السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وبخيلا اخرق ومتهربا من سداد ديونه وكان في اسوأ ايامه شاعرا لعله اخر شخص على وجه الارض يمكن ان تلتفت اليه طالبا منه نصيحة من اجل حياتك او اخر شخص يمكن ان تصادفه في اي نوع من انواع كتب المساعدة الذاتية تطوير الذات او السلف هيلب وهذا ما يجعله نقطة بداية مثالية لهذا الكتاب اراد بوكوفيسكي ان يكون كاتبا لكن عمله ظل عقودا من السنين يواجه بالرفض من جانب كل مجلة وصحيفة ونشرة دولية وناشر يعرض ذلك الكتاب عليه كانوا يقولون انه عمل في غاية السوء عمل فض ومقزز وفقير ومع تراكم رسائل الرفض عليه كان ثقل الفشل المتزايد يدفعه اعمق فاعمق في هاوية اكتئاب يغذيه الكحول اكتئاب لم يفارقه معظم فترة حياته كان لدى بوكوفيسكي عمل نهاري في تصنيف الرسائل في احد مكاتب البريد مقابل اجر قليل جدا وكان ينفق اكثر ذلك المال على الشراب ثم يخسر بقيته في القمار كان يشرب وحيدا في الليل ويكتب بعض الشعر احيانا على الة كاتبة عتيقة كان يملكها كثيرا ما يستيقظ فيجد نفسه نائما على الارض حيث فقد وعيه في الليلة السابقة مضت ثلاثون سنة على هذه الحال ثلاثون سنة كان الشطر الاعظم منها سديما عديما معنا من الكحول والقمار والعاهرات بعد ذلك عندما بلغ بوكوفيسكي الخمسين اي بعد عمر كامل من الفشل واحتقار الذات ابدى اهتماما غريبا بكتابه محرر في واحدة من دور النشر المستقلة الصغيرة ما كان ذلك المحرر قادرا على منح بوكوفيسكي مالا كثيرا ولا على وعده بمبيعات كثيرة لكنه اظهر عطفا غريبا تجاه ذلك السكير الفاشل فقرر المراهنة عليه ادرك بوكوفيسكي ان تلك كانت اول صفقة حقيقية يحصل عليها وادرك انه من الممكن ان تكون اخر صفقة تأتيه ايضا كتب في رده على رسالة المحرر لي ان اختار واحدا من اثنين البقاء في مكتب البريد حتى اجن تماما او البقاء هنا في الخارج لتمثيل دور الكاتب والتدور جوعا لقد قررت ان اتدور جوعا وبعد توقيع العقد انجز بوكوفيسكي روايته الاولى في ثلاثة اسابيع وقد وضع لها اسما في غاية البساطة مكتب البريد وفي المكان الذي يكتبون فيه الاهداء كتب بوكوفيسكي مهدات الى لا احد قيض لبوكوفيسكي ان يصير روائيا ناجحا وشاعرا ناجحا نشر ست روايات ومئات القصائد وباع اكثر من مليوني نسخة من كتبه خالفت الشعبية التي حققها توقعات الجميع بل خالفت توقعاته هو خاصة تشكل قصص الناس من امثال بوكوفيسكي قوتا يوميا لحكاياتنا الثقافية وتجسد حياة بوكوفيسكي الحلم الامريكي رجل يكافح من اجل ما يريده ولا يستسلم ابدا ثم يحقق في النهاية اكثر احلامه جنونا يشبه هذا فيلما ينتظر من يخرجه ننظر جميعا الى قصص من نوع قصة بوكوفيسكي ويقول احدنا للاخر ارأيت انه لا يستسلم ابدا لا يكف عن المحاولة ابدا انه مؤمن بنفسه دائما لقد واصل الاصرار في وجه العقبات كلها وتمكن من جعل نفسه شيئا مهما عندها يكون غريبا ان نقرأ الكتابة المنقوشة على قبر بوكوفيسكي لا تحاول هل رأيتم رغم مبيعات كتبه ورغم شهرته كان بوكوفيسكي فاشلا وكان يعرف هذا لم يكن نجاحه نابعا من تصميمه على الفوز بل من حقيقة ادراكه انه شخص فاشل ومن قبوله تلك الحقيقة ثم من كتابته عنها بكل صدق لم يحاول بوكوفيسكي ابدا ان يكون شيئا غير ما كانه حقا ليست عبقرية اعمال بوكوفيسكي كامنة في التغلب على عقبات لا يصدقها عقل ولا في تطوير نفسه الى ان يصير نبراسا ادبيا متألقا كان الامر عكس ذلك تماما انه قابليته البسيطة لان يكون صادقا مع نفسه كل الصدق من غير ان يحيد عن ذلك قيد انملة بل صادقا مع اسوأ ما فيه خاصة وان يتحدث عن اخفاقاته من غير اي تردد او شك تلكم هي القصة الحقيقية لنجاح بوكوفيسكي احساسه بالراحة تجاه نفسه وتجاه فشله لم يكن بوكوفيسكي مباليا بالنجاح وحتى بعد ان صار شهيرا ظل يستقبل في لقاءات قراءاته الشعرية اشخاصا بؤساء اساءت اليهم الحياة اساءة حقيقية ظل يكشف عن عريه امام الناس ويحاول ان ينام مع كل امرأة يستطيع العثور عليها لم يجعله النجاح والشهرة شخصا احسن منذ قبل ولم يصبح ناجحا شهيرا عن طريق تحوله الى شخص افضل كثيرا ما يأتي النجاح والتطور الذاتي مترافقين معا لكن هذا لا يعني بالضرورة انهما شيء واحد تركز ثقافتنا اليوم تركيزا مفرطا يكاد يكون حصريا على التوقعات والامال الايجابية الى حد غير واقعي كن اكثر سعادة كن اكثر صحة كن الافضل كن احسن من الاخرين كن اكثر ذكاء واكثر سرعة واكثر ثراء واكثر اغراء واكثر شعبية واكثر انتاجية واكثر استقطابا لحسد الناس واكثر استقطابا لاعجابهم كن كاملا مدهشا وتبرز سبيكة ذهبية من عيار اربع تحسنين وعشرين قراطا قبل افطارك كل يوم وانت تمنح زوجتك الجميلة واطفالك قبلة الصباح ثم انطلق بطائرتك الهليكوبتر الخاصة الى عملك الرائع الذي يرضي طموحك حيث تمضي ايامك في اداء مهام كبيرة المغزى الى حد لا يصدق اعمال من المحتمل ان تنقذ هذا الكوكب ذات يوم لكنك اذا توقفت وفكرت في الامر ماليا ستجد ان النصائح التقليدية للحياة كل تلك الاشياء الايجابية الفرحة المصممة للمساعدة الذاتية التي نسمعها طيلة الوقت هي في واقع الامر نصائح تركز على ما انت مفتقر اليه انها موجهة توجيها دقيقا مثل شعاع من الليزر الى ما تراه نقائصك الشخصية ومواضع فشلك وهي تشدد عليها حتى تراها جيدا انت تتعلم اشياء عن افضل الطرق لكسب المال لانك تحس ان المال الذي تجنيه ليس كافيا وانت تقف امام المرآة وتكرر عبارات تؤكد بها لنفسك على انك شخص جميل لانك تحس كما لو انك لست جميلا حقا وانت تتبع النصائح المتعلقة بالعلاقات والمواعدة لانك تحس نفسك شخصا لا يمكن ان يحبه احد على نحو طبيعي وانت تجرب تمرينات غمية حمقاء تتصور نفسك من خلالها شخصا اكثر نجاحا لانك لا ترى نفسك ناجحا بما فيه الكفاية والمفارقة المضحكة في ذلك كله ان هذا التركيز الشديد على ما هو ايجابي على ما هو افضل وعلى ما هو اكثر تفوقا لا يفعل شيئا غير تذكيرنا مرة بعد مرة بما لسنا عليه او بما نحن مفتقرون اليه او بما يجب ان نكونه لو لا فشلنا وفي اخر المطاف ندرك كلنا ان ما من امرأة سعيدة حقا تجد في نفسها حاجة الى الوقوف امام المرآة لتكرر القول انها سعيدة انها سعيدة بالفعل من غير حاجة الى ذلك لديهم في تكساس مثل يقول اصغر الكلاب اشدها نباحا لا يجد رجل واثق من نفسه حاجة الى البرهنة انه واثق من نفسه ولا تجد امرأة ثرية حاجة الى اقناع اي كان بانها ثرية اما ان تكون شيئا او لا تكونه واذا كنت تحلم بشيء ما طيلة الوقت فانت تعزز الواقع نفسه مرة بعد مرة انك لست كذلك يحاول كل شخص ويحاول كل اعلان تلفزيوني جعلك مقتنعا بان مفتاحك الى الحياة الجيدة هو وظيفة احسن من وظيفتك او سيارة اكثر فخامة من سيارتك او صديقة اكثر جمالا من صديقتك او حوض استحمام حار له بركة قابلة للنفخ من اجل الاطفال ويخبرك العالم كله دائما ان الطريق الى حياة افضل هو المزيد والمزيد والمزيد اشتري اكثر واكسب اكثر واصنع اكثر وضاجع اكثر وكن اكثر في كل شيء وانت تجد نفسك دائما تحت وابل من الرسائل التي تدعوك كلها الى المبالات اكثر فاكثر بكل شيء وطيلة الوقت يجب ان تكون اكثر اهتماما بالحصول على جهاز تلفزيون جديد يجب ان تكون اكثر اهتماما بان تقضي عطلة افضل من التي يقضيها بقية زملائك ويجب ان تهتم اكثر بشراء تلك التزيينات الجديدة الجميلة التي توضع على المرج في حديقة بيتك عليك ايضا ان تهتم بالحصول على النوع الصحيح من عصى السيلفي لماذا؟ اظن ان الاجابة بسيطة وهي لان الاهتمام اكثر باشياء امر ملائم تماما لمصالح الشركات صحيح انه ما من شيء خاطئ في الحصول على وظيفة جيدة الا ان المبالغة في الاهتمام بذلك امر سيء لصحتك العقلية انه يجعلك زائد التعلق بما هو سطحي مزيف ويجعلك تكرس حياتك لملاحقة سراب سعادة او احساس بالرضا ليست شدة الاهتمام بالحصول على ما هو اكثر مفتاحا لحياة جيدة بل المفتاح هو الاهتمام اقل الاهتمام المقتصر على ما هو حقيقي اني هام الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها هناك هوس خبيث يمكن ان يصيب دماغك بل يمكنه اذا سمحت له ان يجعلك معتوها تماما ان كان ما ساقوله الان يبدو مألوفا لك فاخبرني ينتابك القلق فيما يتعلق بمواجهة شيء ما في حياتك ثم يجعلك هذا القلق عاجزا عن فعل اي شيء وتبدأ التساؤل عن سبب قلقك هذا انت تصير الان قلقا بخصوص ما يتعلق بقلقك اوه لا انه قلق مزدوج مكرر انت الان قلق بخصوص ما يتعلق بقلقك وهذا ما يسبب لك مزيدا من القلق اسرع اين الوسكي او لنقل ان لديك مشكلة غضب ينتابك الغضب بسبب اشياء شديدة الغباء بسبب اشياء شديدة التفاهة ولا فكرة لديك ابدا عما يجعلك غاضبا هكذا ثم يبدأ ادراكك حقيقة انك تغضب بسهولة الى هذه الدرجة يسبب لك انزعاجا وغضبا اكثر من ذي قبل ثم تدرك في غمرة غضبك الشديد ذاك ان غضبك الدائم هذا يجعلك شخصا ضحلا لئيما وانت تكره هذا كثيرا انت تكرهه الى حد يجعلك غاضبا من نفسك ايضا انظر الى نفسك الان انت غاضب من نفسك لانك تغضب من غضبك اللعنة عليك ايها الجدار خذ هذه اللكمة اخ يدي او انك تكون شديد القلق طيلة الوقت بخصوص ما يتعلق بفعل الشيء الصحيح الى حد يجعل قلقك هذا مصدر قلق جديد لك او ان لديك احساسا شديدا بالذنب نتيجة كل غلطة ترتكبها الى حد يجعلك تبدأ الاحساس بالذنب تجاه نفسك لان لديك هذا الاحساس بالذنب كله او انك تجد نفسك مرات كثيرة شخصا حزينا وحيدا الى حد يجعلك تشعر بحزن اكبر ووحدة اشد لمجرد التفكير في هذا الامر اهلا بك الى الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها من المحتمل تماما انك وجدت نفسك حبيس هذه الحلقة عدة مرات من قبل بل لعلك واقع فيها الان في هذه اللحظة يا الهي انني اقع في الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها طيلة الوقت كم انا فاشل لان هذا يحدث لي دائما علي ان اتوقف اه يا الهي احس نفسي شخصا فاشلا تماما لانني ادعو نفسي فاشلا يجب ان اتوقف عن اطلاق هذه الصفة على نفسي اوه اللعنة على كل شيء انني افعلها من جديد الا ترون انني شخص فاشل يا للهول اهدى يا صديقي اسمع ثم لك ان تصدق او لا تصدق هذا جزء من جمال ان تكون انسانا سوف اقول لك قبل كل شيء قليلة جدا هي الحيوانات التي تمتلك قدرة على التفكير في اشياء تقنع نفسها بها واما نحن البشر فلدينا رفاهية قدرة امتلاك افكار عن افكارنا وهكذا فانني قادر على التفكير في مشاهدة بعض الفيديوهات على يوتيوب ثم ابدأ التفكير مباشرة في انني شخص مختل عقليا لانني اريد ان ارى تلك الفيديوهات على يوتيوب اوه انها اعجوبة العقل البشري ها هي مشكلتنا الان ان مجتمعنا اليوم من خلال الاعاجيب التي تفعلها بنا ثقافة الاستهلاك ورسائل من قبيل انظر حياتي اجمل من حياتك التي تمطرنا بها وسائط التواصل الاجتماعي قد انتج جيلا كاملا من الناس الذين يظنون ان امتلاك هذه التعابير السلبية القلق والخوف والاحساس بالذنب الى اخره امر غير جيد على الاطلاق ما اعنيه هو انك اذا نظرت الى ما يأتيك عبر فيسبوك فانت تجد ان كل شخص في العالم يعيش وقتا رائعا انظر تزوج ثمانية اشخاص هذا الاسبوع وقد ظهرت على التلفزة فتاة في السادسة عشرة من عمرها حصلت على سيارة فراري هدية في عيد ميلادها وهناك طفل اخر كسب مليوني دولار لانه اخترع تطبيقا يزودك اوتوماتيكيا بمزيد من ورق المرحاض اذا نفد ما لديك منه اما انت فانك جالس في بيتك تنظف اسنان قطتك لا يمكنك التفكير عند ذلك الا في ان حياتك بائسة بل انك تراها بائسة اكثر حتى اكثر مما كنت تظن لقد صارت الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها جائحة متفشية في كل مكان وهي تجعل الكثيرين مننا واقعين تحت ضغط نفسي زائد تجعلهم متوتر الاعصاب كثيرا وتجعلهم يكرهون انفسهم الى حد مبالغ فيه في ايام اجدادنا كان الجد يمر بحالة سيئة فيقول في نفسه اللعنة على هذا كله من المؤكد انني اشعر اليوم كما لو انني روث بقرة لا اكثر لكن وماذا اظن ان الحياة هكذا فالاعد الى جرف القش واما نحن فماذا لدينا الان الان اذا انتابك شعور سيء انتجاه نفسك ولو مدة خمس دقائق فقط فانك تجد نفسك على الفور امام مئات الصور لاشخاص سعداء تماما يعيشون حياة مدهشة الى اقصى حد ويصير من المستحيل ان ترد عن نفسك الاحساس بان فيك بالتأكيد اشياء غير صحيحة حتى يكون وضعك اقل منهم هذا الجزء الاخير هو ما يجعلنا نعاني نشعر بالسوء لاننا نشعر بالسوء ونشعر بالذنب لاننا نشعر بالذنب ونغضب لاننا نشعر بالغضب ونقلق لاننا نشعر بالقلق اف ما هي مشكلتي هذا ما يجعل اللامبالات امرا حسنا هذا ما يجعل عدم الافراط في الاهتمام هو ما سينقذ العالم وسوف تنقذه انت من خلال قبولك ان العالم مكان سيء وان هذا شيء لا بأس به لان العالم كان هكذا على الدوام ولانه سيظل هكذا على الدوام من خلال عدم اكتراثك بان يكون لديك شعور سيء فانك تبطل مفعول تلك الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها انت تقول لنفسك لدي احساس سيء حسنا ما اهمية هذا ثم وكأن احد الرشك بمسحوق لا مبالات السحري تجد انك قد توقفت عن كره نفسك لانك تشعر بهذا السوء كله لقد قال جورج اورويل ان قدرة المرء على رؤية ما هو امام انفه تماما في حاجة الى نضال مستمر حسن جدا ان الحل لقلقنا وتوترنا موجود امام انوفنا تماما لكننا منشغلون عنه بمشاهدة الافلام الاباحية والاعلانات عن الات اللياقة البدنية التي لا نفع منها الى حد يجعلنا غير قادرين على رؤية ذلك الحل لاننا نمضي اوقاتنا في التساؤل عن السبب الذي يجعلنا غير قادرين على لفت انظار فتاة شقراء مثيرة بعضلات بطوننا المشدودة نتبادل عبر الانترنت نكاتا عن مشكلات العالم الاول لكننا صرنا ضحايا نجاحنا في حقيقة الامر المشكلات الصحية الناجمة عن الشدة النفسية واضطرابات القلق وحالات الاكتئاب التي شهدت زيادة صاروخية خلال ثلاثين عاما مضت رغم ان كل منا صارت لديه شاشة تلفزيون مسطحة وصار قادرا على طلب مشترياته الى البيت لم تعد ازمتنا مادية بل هي ازمة وجودية ازمة روحية لدينا كثرة زائدة الى حد يجعلنا غير عارفين بالشيء الذي يجب ان نمنحه اهتمامنا وبما ان هناك الان كمية لا نهاية لها من الاشياء التي نستطيع رؤيتها او معرفتها فان هناك ايضا عددا لا نهاية له من الطرق التي تسمح لنا باكتشاف اننا لسنا اهلا لذلك واننا لسنا جيدين كما يجب وان الاشياء ليست عظيمة رائعة كما يمكن ان تكون وهذا كله يمزقنا من الداخل نحن نتمزق من الداخل لان هناك ذلك الشيء الخاطئ في طوفان الهراء الذي يأتينا تحت عنوان كيف تكون سعيدا والذي جرت مشاركته على فيسبوك ثمانية ملايين مرة خلال السنوات القليلة الماضية هاكم ما لا يدركه احد فيما يتعلق بهذا الكلام الفارغ كله ان الرغبة في مزيد من التجارب الايجابية تجربة سلبية في حد ذاتها والمفارقة ان قبول المرء تجاربه السلبية تجربة ايجابية في حد ذاتها هذا شيء يتعب العقل حقا لا بس سوف اعطيكم الان دقيقة لاراحة عقولكم وربما لسماع ذلك من جديد الرغبة في التجارب الايجابية تجربة سلبية وقبول التجارب السلبية تجربة ايجابية هذا ما كان الفيلسوف ألان وات يشير إليه باسم القانون التراجعي أي فكرة أنك كلما سعيت إلى أن يكون إحساسك أفضل طيلة الوقت كلما تناقص رضاك لأن ملاحقة شيء ما لا تفعل إلا تعزيز حقيقة أنك مفتقر إلى ذلك الشيء أصلا كلما كنت شديد الرغبة في أن تكون ثريا كلما شعرت بأنك فقير لا قيمة له وذلك بصرف النظر عن مقدار ما تجنيه من مال في واقع الأمر وكلما ازدادت رغبتك في أن تكون جذابة مثيرة مرغوبة كلما صرت ترين نفسك أكثر بشاعة وذلك بصرف النظر عن مظهرك الجسدي الحقيقي وكلما اشتدت رغبتك في أن تكون سعيدة محبوبة كلما صرت أكثر إحساسا بالوحدة والخوف بغض النظر عن أولئك الموجودين من حولك وكلما ازداد حرصك على أن تكون مستنيرا من الناحية الروحية كلما صرت أكثر ضحالة وتمركزا حول نفسك رغم سعيك الجاد إلى اكتساب البصيرة الروحية العميقة يشبه هذا ما حدث لي عندما دست في بقعة من أسيد حارق فصرت أحس البيت يبتعد عني كلما صرت في اتجاهه أكثر نعم إنني أستخدم هذه الهلوسة عن الأسيد الحارق لكي أوضح نقطة فلسفية تتعلق بالسعادة هل هو سخف؟ لست مهتما بهذا يقول الفيلسوف الوجودي البير كامو وأنا واثق من أنه لم يكن يتعاطى عقاقير الهلوسة في ذلك الوقت لن تكون سعيدا أبدا إذا وصلت البحث عما تتكون السعادة منه ولن تعيش حياتك أبدا إذا كنت من الباحثين عن معنى الحياة أو يمكننا التعبير عن هذا بشكل أكثر بساطة لا تحاول أعرف ما تقولونه لي الآن مارك ما تقوله مثير تماما لكن ماذا عن سيارة شفر لي كامارو التي أحاول التوفير حتى أدفع ثمنها وماذا عن الجسد اللائق للظهور على الشاطئ الذي أجوع نفسي حتى أصل إليه وقد دفعت مالا كثيرا للحصول على تلك الآلة الرياضية وماذا عن البيت الكبير على شاطئ البحيرة الذي أحلم به دائما إذا توقفت عن المبالات بهذه الأشياء فلن أحقق شيئا على الإطلاق أنا لا أريد أن يحدث لي هذا يسرني أنكم تطرحون هذه الأسئلة هل لاحظت في يوم من الأيام أن إنجازك في أمر من الأمور يتحسن بعض الأحيان عندما يقل اهتمامك به وقلقك عليه لاحظ كيف أن الشخص الذي يكون أكثر الأحيان الأقل استثمارا في نجاح شيئ ما هو من ينتهي به الأمر إلى تحقيقه في آخر المطاف ولاحظ كيف أن كل شيء يبدو وكأنه يتخذ موقعه الصحيح من تلقاء نفسه عندما تكف عن الإفراط في الاهتمام به فما معنى هذا؟ ما يثير اهتمامي في القانون التراجعي هو أنه يدعى بالتراجعي لسبب وجيه إن لعدم المبالغة في الاهتمام مفعولا عكسيا إذا كانت ملاحقة ما هو إيجابي أمرا سلبيا فإن ملاحقة السلبي تولد ما هو إيجابي الألم والمشقة الذين يعرض المرء نفسه لهما في صالة التمرينات الرياضية يؤديان إلى صحة أفضل وإلى طاقة أكبر وحالات الفشل في الأعمال هي ما تقود إلى فهم أفضل لما هو ضروري من أجل تحقيق النجاح والأمر الغريب هو أن كونك منفتحا على منابع قلة أمانك يجعلك أكثر ثقة بنفسك ويجعل الآخرين أكثر إعجابا بك إن ألم المواجهة الصادقة هو ما يولد أكبر قدر من الثقة بك ويولد احترامك لدى معارفك كما أن معاناتك عندما تجتاز مخاوفك وكل ما يقلقك هي ما يسمح لك ببناء شجاعتك ومثابرتك أستطيع مواصلة طرح الأمثلة لكن الفكرة وصلت ألم تصل؟ كل ما له قيمة في الحياة يجري كسبه من خلال التغلب على التجارب السلبية التي ترافقه وأي محاولة للهروب من السلبي أو لتجنبه أو لإسكاته أو لقمعه لن يكون لها إلا أثر عكسي تجنب المعاناة ليس إلا شكلا من أشكال المعاناة نفسها وتجنب الصراع صراع في حد ذاته وإنكار الفشل فشل بدوره وإخفاء ما نخجل منه هو خجل نظهره الألم خيط من خيوط نسيج الحياة نفسه وليس اقتلاعه من ذلك النسيج أمرا مستحيلا فحسب بل هو يدمر النسيج نفسه تؤدي محاولة اقتلاعه إلى تفكيك كل ما هو مرتبط به وليست محاولة تفادي الألم إلا مبالاة بالألم أكثر مما يجب وعلى النقيض من هذا إذا كنت قادرا على شيء من اللامبالاة تجاه الألم فإنك تصير شخصا لا يمكن أن يقهر لقد اهتممت اهتماما زائدا بأشياء كثيرة في حياتي وأبديت أيضا قدرا من اللامبالاة تجاه أشياء كثيرة أخرى ومثل ما هي الحال مع الطرق التي لم نسر فيها فقد كانت اللامبالاة التي أبديتها هي ما صنع الفرق كله هناك احتمال لأن تكون قد عرفت في حياتك شخصا اتفق له في وقت من الأوقات أنه لم يظهر اهتماما بشيء ما ثم لم يلبث أن حقق نتائج مدهشة ولعل هناك وقتا في حياتك لم تكن تبدي فيه كبير اهتمام بشيء من الأشياء ثم بلغت قمة استثنائية متميزة في ذلك الشيء تحديدا أما عن تجربتي أنا فقد تركت عملي النهاري في قطاع المال بعد ستة أسابيع فقط لأبدأ عملا في مجال الإنترنت حقق نتائج طيبة حقا ضمن الأشياء التي لم أهتم بها كثيرا ينطبق الأمر نفسه على القرار الذي اتخذته ببيع معظم ممتلكاتي والذهاب للعيش في أمريكا الجنوبية بماذا كنت أبالي لا شيء ذهبت وفعلت ذلك فقط إن تلك اللحظات من اللا اهتمام هي اللحظات التي تحدد مسار حياتنا أكثر من غيرها التحولات الكبرى في حياة المرء المهنية والاختيار العفوي لترك الدراسة والانضمام إلى فرقة غنائية والقرار بالتخلص أخيرا من الصديق المزعج الذي ضبطه عدة مرات مرتديا ملابسك الداخلية عدم المبالغة في الاهتمام بأمر ما هو أن يبدأ المرء مواجهة أكثر تحديات الحياة صعوبة وإثارة للخوف مع بقائه قادرا على الفعل صحيح أن هذه اللا مبالا قد تبدو أمرا بسيطا من الناحية الظاهرية لكنها سلة جديدة مليئة بالمفاجآت المختبئة تحت غطائها لست أعرف لهذه الجملة الأخيرة أي معنى لكني لا أبالي تبدو سلة المفاجآت أمرا رائعا فلنرى ما فيها ينضي أكثرنا مكافحا في الحياة من خلال المبالغة في الاهتمام بأشياء كثيرة في حالات كثيرة لا تستحق اهتماما منها نهتم وننزعج كثيرا من عامل محطة البنزين الوقح الذي رد إلينا بقية المبلغ بقطع معدنية صغيرة وننزعج ونهتم كثيرا عندما يلغى برنامج نحبه في التلفزيون ونهتم أكثر مما يجب بكثير عندما لا يبدي زملاؤنا في العمل أي اهتمام بسؤالنا عما فعلناه في عطلتنا الرائعة وفي تلك الأثناء تصل ديوننا عبر بطاقات الاعتمام إلى أقصاها ويكرهنا حتى كلبنا ونجد أخانا الصغير يتناول المخدرات في الحمام لكننا نظل مصرين على الانزعاج من القطع النقدية الصغيرة ومن إلغاء برنامجنا المفضل في التلفزيون انظر جيدا هكذا يجري الأمر سوف تموت في يوم من الأيام أعرف أن هذا أمر واضح لكني أردت تذكيرك فقط إن كنت نسيا أنت وكل من تعرفه سوف تموت بعد وقت ليس ببعيد وخلال الوقت القصير الباقي لك بين هنا وهناك ليس لديك إلا مقدار محدود من الاهتمام الذي تستطيع بذله إنه مقدار محدود جدا في واقع الأمر فإذا مضيت هنا وهناك مهتما زيادة عن اللزوم بكل شيء وبكل شخص من غير تفكير واع ومن غير انتقاء فماذا أقول لك؟ حسن هذا يعني أنك ستخسر من كل الجهات هناك شيء اسمه فن لا مبالات الذكي صحيح أن الفكرة قد تبدو سخيفة وقد أبدو كأنني شخص معتوه إلا أن ما أتحدث عنه الآن هو من حيث الأساس تعلم كيفية تركيز الأفكار وترتيب أولوياتها ترتيبا فعالا كيفية انتقاء أو اختيار ما يهمك فعلا وتمييز ما لا يهمك استنادا إلى قيم شخصية موضوعة بدقة وهذا أمر صعب صعوبة لا تصدق وقد يستغرق المرء عمرا بطوله حتى يتمرن على التوصل إليه وعلى الانضباط وفقا له وسوف تفشل في هذا مرارا وتكرارا لكن من المحتمل أن يكون هذا أهم صراع يستحق أن يخوضه المرء في حياته كلها بل لعله الصراع الوحيد في حياة الإنسان وذلك لأنك عندما تهتم بأشياء أكثر عددا مما يجب وعندما تهتم بكل شيء وبكل شخص فسوف تشعر بأن من حقك أن تكون مرتاحا سعيدا وبأن كل شيء ينبغي أن يكون مثل ما تريده تماما لكن هذه حالة مرضية وسوف تأكلك حيا سوف ترى في كل نزاع معك ظلما واقعا عليك وسوف ترى في كل تحدي فشلا لك وفي كل إزعاج إهانة شخصية وفي كل اختلاف خيانة سوف تكون محصورا داخل جدران رثائك لنفسك ضمن جحيم على قياس رأسك ليس وقوده شيئا غير تبجحك بنفسك وما تظن أنك تستحقه جحيم يكرر ويعيد تلك الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها في حركة مستمرة لا تصل بك إلى أي مكان فن اللامبالات الذكي عندما يتخيل الناس حالة اللامبالات وعدم الاهتمام الزائد بأي شيء مهما يكون فإنهم يتصورون حالة وادعة ساكنة من عدم الاهتمام بكل شيء يتصورون حالة هدوء من شأنها إخماد كل العواصف يتخيلون هذا ويطمحون إلى أن يكونوا أشخاصا لا يهزهم شيء أشخاصا لا يتنازلون أمام أحد هناك اسم للشخص الذي لا يجد في أي شيء أي مشاعر أو أي معنى إنه الإنسان المضطرب عقليا فلماذا تريد أن تكون إنسانا مضطربا عقليا ليست لدي إجابة على هذا السؤال إذن ما معنى عدم الاهتمام الزائد ما هي اللامبالات التي أحدثكم عنها فلننظر في ثلاثة أمور دقيقة ينبغي أن تساعدنا في توضيح هذه المسألة الأمر الدقيق الأول عدم الاهتمام الزائد لا يعني عدم الاكتراث مطلقا بل هو يعني أن تهتم على النحو الذي يريحك أنت فلنكن واضحين ليس في عدم الاكتراث شيء يدعو إلى الثقة أو الإعجاب ثم إن الناس غير المكترثين أشخاص ضعفاء يخافون رأي الغير بهم لا يصلح هؤلاء لشيء أكثر من أكل رقائق البطاطس المقلية وتصفح الإنترنت والواقع أن غير المكترثين غالبا ما يحاولون أن يكونوا كذلك لأنهم في حقيقة الأمر يهتمون اهتماما زائدا أكثر مما يجب بكثير هم يهتمون بما يقوله كل إنسان عن شعرهم ولكن عدم اكتراثهم يجعلهم غير مكترثين بغسله أو تسريحه وهم يهتمون كثيرا برأي كل شخص في أفكارهم وهكذا فهم يختفون خلف ستار من السخرية والتهكم والتعليقات الجارحة الممتلئة ثقة فارغة بالنفس يخاف هؤلاء من السماح لأي شخص بالاقتراب منهم فكأنهم يتخيلون أنفسهم أشبه ببلورات ثلجية خاصة فريدة من نوعها لها مشاكلها المتميزة التي لا يستطيع أحد فهمها يخشى غير المكترثين العالم ويخافون تداعيات خياراتهم الخاصة وهذا ما يجعلهم محجمين عن أي خيارات ذات معنى إنهم يختبئون في حفرة رمادية عديمة الإحساس صنعوها لأنفسهم بأنفسهم وهم غارقون في أنفسهم وغارقون في الإشفاق على أنفسهم فنراهم يلهون أنفسهم دائما عن هذا الشيء البائس الذي يتطلب منهم وقتا وطاقة هذا الشيء الذي اسمه الحياة ولأن للحياة حقيقة مخاتلة مستترة في هذه الحالة لا وجود لشيء اسمه عدم الاهتمام بشيء أبدا عليك أن تهتم بشيء ما هذا جزء من تركيبنا العضوي يجعلنا نكترث بشيء ما وبالتالي يجعلنا مهتمين دائما إذن السؤال الحقيقي هو ما الذي نهتم به وما الذي نكترث به وما الذي نختار الاهتمام به وكيف يمكننا أن نكفى عن الاهتمام بما لا أهمية له في آخر المطاف منذ فترة احتالت إحدى صديقات أمي عليها فسلبتها مبلغا كبيرا من المال لو لم أكترث بهذا لرفعت كتفي ومضيت أشرب قهوتي وتابعت على الإنترنت حلقة جديدة من مسلسل المفضل ولقلت لها يؤسفني ما حدث يا أمي بل حملتها المسئولية لكني غضبت لما حدث بل غضبت كثيرا لما حدث قلت لا لن نقبل هذا يا أمي وسوف نذهب إلى المحام لكي نلاحق هذه الحقيرة لماذا؟ لأنني لا أعطي هذا الأمر اهتماما أكثر مما يستحق وسوف أدمر حياة تلك المحتالة إذا وجدت نفسي مضطرا لذلك يوضح هذا المثال الأمر الدقيق الأول في مسألة عدم الاهتمام الزائد عندما نقول اللعنة على هذا انتبهوا إن ذلك الشخص لا يهمه شيء فإننا لا نريد القول إنه غير مكترث بأي شيء على العكس تماما نعني بهذا أن الشخص الذي نتحدث عنه لا يبالي بالمشاق والمواجهة عندما تعترض سبيله إلى أهدافه وهو لا يبالي بإزعاج بعض الناس إذا كان يشعر بأن ما يفعله محق أو هام أو نبيل نعني أن هذا الشخص واحد من أولئك الناس الذين يمكن أن يتحدثوا عن أنفسهم بصيغة الغائب ويمتنعوا عن نسبة أي فضل لأنفسهم عندما يظنون أن ذلك هو الصواب إنه شخص لا يبالي بهذا المعنى تحديدا هذا أمر يدعو إلى الإعجاب كثيرا لا لست أقصد الشخص الذي كنت أتحدث عنه بل أقصد التغلب على الصعاب وأقصد استعداد المرء لأن يكون مختلفا لأن يكون منبوذا طريدا من أجل قيمه هو إنه الاستعداد للوقوف أمام الفشل وجها لوجه والاستعداد لتحدي ذلك الفشل إنني أتحدث هنا عن الناس الذين لا يبالون بالمشاق أو بالفشل أو بإحراج أنفسهم أو حتى بتبليل فراشهم بضع مرات الناس الذين يكتفون بالضحك ثم يفعلون ما تمليه عليهم قناعتهم يفعلون هذا لمعرفتهم أنه الشيء الصحيح يعرفون أنه أكثر أهمية منهم هم أنفسهم وأكثر أهمية من مشاعرهم ومن كبريائهم ومن اعتزازهم بأنفسهم إنهم يقولون إلى الجحيم بهذا لكنهم لا يقولونها لكل شيء في الحياة بل لكل شيء يزعجهم أو لا أهمية له في الحياة إنهم يحتفظون باهتمامهم للأشياء التي لها أهمية فعلا للأصدقاء للعائلة للهدف لأي شيء يحبونه وكذلك لدعوى قضائية عارضة مرة أو مرتين وبسبب هذا بسبب أنهم يحتفظون باهتمامهم للأشياء الكبيرة فقط للأشياء التي لها أهمية فإن الناس يبدون اهتماما بهم في المقابل إنها حقيقة مخاتلة أخرى من حقائق الحياة لا يمكنك أن تكون شخصا هاما شخصا يغير الوجود بالنسبة لبعض الأشخاص من غير أن تكون أيضا نكتة ومصدر إحراج لبعض الأشخاص الآخرين لا يمكنك ذلك هذا لأنه لا وجود لشيء اسمه قلة الصعاب الصعاب موجودة دائما هناك قول قديم مفاده أنك لا تستطيع الهرب من نفسك فأنت موجود حيثما ذهبت لا بأس إذن يصح الأمر نفسه على الصعاب وعلى الفشل ستجد أينما ذهبت خمسمائة كيلوغرام من القاذرات في انتظارك هذا أمر لا بأس به أبدا الفكرة ليست في الابتعاد عن تلك القذارة الفكرة هي أن تجد حلا يناسبك أن تتدبر أمرها وتجد حلا الأمر الدقيق الثاني حتى لا تهمك الصعاب لابد لك أولا من الاهتمام بشيء أكثر أهمية منها تخيل أنك في أحد المتاجر وأنك ترى سيدة متقدمة في السن تصرخ على موظف المحاسبة وتوبخه لأنه لم يقبل كوبون شراء قيمته ثلاثون سنتا لماذا تهتم هذه السيدة بالأمر؟ إنها ثلاثون سنتا فحسب سوف أخبركم عن السبب لعل تلك السيدة ليس لديها شيء تمضي فيه أيامها أفضل من الجلوس في بيتها وقص هذه الكوبونات إنها وحيدة متقدمة في السن أولادها حمقى ولا يزورونها أبدا كما أنها لم تمارس الجنس منذ أكثر من ثلاثين عاما ولعلها لا تستطيع أن تتحرك من غير أن يصيبها ألم شديد في أسفل ظهرها راتبها التقاعدي منخفض جدا ومن المحتمل أن تموت وهي امرأة خريفة تبلل فراشها ولهذا فإنها تقص هذه الكوبونات حيث تجدها هذا كل ما لديها إنها وحيدة مع كوبوناتها تلك فهذا كل ما يمكنها الاهتمام به لألا شيء آخر لديها يشغل اهتمامها وهكذا عندما يرفض موظف المحاسبة ذو السبعة عشر عاما بوجهه الممتلئ بثورا أن يقبل كوبونا منها وعندما يدافع عن نقاء درج النقود لديه مثلما كان الفرسان يدافعون عن شرف العذارة فمن المؤكد أن هذه العجوز ستنفجر غاضبة في وجهه سوف تمطره بما تجمع لديها من خيبات خلال فترة إهمالها وستنهال عليه عواصف من كلمات نارية من قبيل في أيام شبابي وكان الناس يظهرون مزيدا من الاحترام المشكلة مع الأشخاص الذين يبالون بأشياء متعددة أكثر مما يجب هي أنه ليس لديهم شيء أكثر جدارة وقيمة يكرسون اهتمامهم له إذا وجدت نفسك على نحو متكرر كثيرا تمنح اهتماما أكثر مما يجب لأشياء ثانوية تسبب لك الانزعاج صورة صديقتك الجديدة على فيسبوك وكم تضعف البطاريات الصغيرة سريعا في جهاز تحكم التلفزيون وتضيع فرصة جديدة لشراء عبوتين من معقم الأيدي بثمان عبوة واحدة فإن من المحتمل كثيرا أنك تعيش حياة فقيرة ليس فيها ما يستحق اهتماما حقيقيا هذه هي مشكلتك الحقيقية إن مشكلتك الحقيقية ليست في الصورة ولا في معقم الأيدي ولا في بطاريات جهاز التحكم عن بعد سمعت أحد الفنانين يقول ذات مرة إنه إذا لم يكن لدى الشخص مشكلات فإن عقله يبحث تلقائيا عن طريقة لاختراعها وأظن أن أكثر الناس المتعلمون خاصة أولئك المدللون من أبناء الطبقة الوسطى البيض يظنون أن مشاكل الحياة ليست في الحقيقة إلا أثارا جانبية لعدم وجود أشياء أكثر أهمية يمكن للإنسان أن يقلق بشأنها ينتج عن هذا أن عثورك على شيء هام له معنى حقيقي في حياتك قد يكون أفضل طريقة لاستخدام وقتك وطاقتك وهذا لأنك إذا لم تجد ذلك الشيء الذي له معنى حقا فإن اهتمامك سوف يتجه إلى أشياء لا معنى لها وإلى قضايا تافها الأمر الدقيق الثالث سواء أدركت هذا أو لم تدركه فإنك تختار دائما ما تمنحه اهتماما لا يولد الناس بحيث لا يهتمون بشيء والواقع أننا مخلوقون على نحو يجعلنا نول اهتماما لأشياء أكثر مما يجب بكثير هل رأيت في يوم من الأيام طفلا يبكي بكاء شديدا لأن لون قبعته الزرقاء ليس الأزرق الذي يريده بالضبط حقا هل هناك أغبى من هذا عندما نكون صغارا في السن يكون كل شيء جديدا مثيرا ويبدو كل شيء كبير الأهمية إلى أقصى حد ومن هنا فإننا نهتم كثيرا جدا بأشياء كثيرة جدا نبدي اهتماما بكل شيء وبكل شخص نبدي اهتماما بما يقوله الناس عنها وبما إذا كان ذلك الولد الظريف أو البنت الظريفة قد اتصل بنا هاتفيا أم لم يتصل وكذلك بما إذا كانت جواربنا متناسبة مع ملابسنا أم غير متناسبة ونهتم كثيرا أيضا بلون البالونات في أعياد ميلادنا ومع تقدمنا في السن واستفادتنا من تراكم خبراتنا ورؤيتنا أن زمنا كثيرا قد ضع منا نبدأ ملاحظة أن القسم الأكبر من تلك الأشياء ليس له أثر حقيقي دائم على حياتنا لم يعد الناس الذين كنا نهتم اهتماما كبيرا بآرائهم موجودين في حياتنا الآن كما يتضح لنا أن حالات الرفض التي واجهتنا وكانت مؤلمة لنا في وقتها قد أدت إلى نتائج جيدة وندرك أيضا كم هو قليل انتباه الناس إلى تفاصيلنا السطحية الخارجية فنميل إلى عدم إشغال بالنا كثيرا بهم وبآرائهم ومن حيث الأساس نصير أكثر انتقائية فيما يتعلق بالأشياء التي نحن على استعداد لإلائها اهتماما هذا هو ما ندعوه بالنطج وهو شيء لطيف عليك أن تجربه في وقت ما النطج هو ما يحدث عندما يتعلم المرء أن لا يهتم إلا بما يستحق اهتمامه وكما يقول بانك مورلاند لشريكه المحقق ماكنولتي في مسلسل دواير لا أزال أشاهد هذا المسلسل على الإنترنت هذا ما تحصل عليه عندما تهتم بأمر ليس من شأنك أن تهتم به ثم يبدأ شيء آخر بالتغير مع مزيد من تقدمنا في السن ومع بلوغنا أواصط العمر ينخفض مستوى الطاقة لدينا وتتصلب شخصيتنا نعرف من نحن ونقبل أنفسنا بما في ذلك تلك الأجزاء والعناصر التي لسنا مسرورين بها في حقيقة الأمر وعلى نحو غريب يكون هذا نوعا من التحرر بالنسبة إلينا لا نعود في حاجة إلى الاهتمام بكل شيء الحياة هي الحياة فحسب ونحن نقبلها بحلوها ومرها يدرك الواحد منا أنه لن يتوصل إلى اكتشاف علاج لمرض السرطان وأنه لن يسافر إلى القمر ولن يداعب ثديي جينيفر أنستون وهذا أمر حسن الحياة تسير ونحن نصير أكثر ميلا إلى القبول بقدرتنا المتناقصة على الاهتمام بالأشياء وإلى توفيرها من أجل تلك الجوانب في حياتنا التي تستحق اهتمامنا فعلا عائلاتنا وأصدقاؤنا المقربون وشركاؤنا في نشاطاتنا المحببة والمدهش هنا أن هذا كاف تماما إن هذا التبسيط للأمور يجعلنا سعداء حقا سعداء على نحو المستمر وعندها نبدأ التفكير في أن بوكوفيسكي ذلك المجنون المدمن على الكحول كان محقا بعض الشيء عندما قال لا تحاول إذن ما الغاية من هذا الكتاب أصلا يهدف هذا الكتاب إلى أن يجعلك تفكر قليلا بمزيد من الوضوح في الأشياء التي تختار أن تعتبرها هامة في الحياة وفي الأشياء التي تختار أن تعتبرها غير ذات أهمية أظن أننا نواجه اليوم نوعا من وباء نفسي خلاصته أن الناس ما عادوا يدركون أن ما من مشكلة في أن تسوء الأمور أحيانا أعرف أن هذا يبدو كسلا من الناحية الذهنية لكنه يبدو هكذا في الظاهر في حسب وأنا أؤكد لكم أن هذه مسألة حياة أو موت وذلك لأننا عندما نرى أن ليس من المقبول أبدا أن تسوء بعض الأمور أحيانا فإننا نبدأ على نحو غير واع بإلقاء اللوم على أنفسنا نبدأ الإحساس بأن فينا شيئا مغلوطا على نحو عميق وهذا ما يدفع بنا إلى مختلف أنواع المبالغة في التعويض عن ذلك الخلل الذي نتصوره تعويض من قبيل شراء أربعين زوجا من الأحذية أو المبالغة في التهام الأدوية التي تحمي المعدة كلما تناولنا الكحول ليلة الثلاثاء أو إطلاق النار على باص مدرسة بكل ما فيه من أطفال إن هذا الاعتقاد بأن ليس من المقبول أبدا أن يكون لدى المرء نقص ما في بعض الأحيان هو مصدر تنامي الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها تلك الحلقة التي صارت مهيمنة على ثقافتنا إن فكرة عدم المبالغة في الاهتمام بأشياء كثيرة ليست إلا طريقة بسيطة في إعادة توجيه آمالنا وتوقعاتنا في الحياة وتحديد ما هو هام وما هو غير هام يقودنا تطوير هذه القدرة لدينا إلى شيء أحب اعتباره نوعا من الإشراق أو فلنسمه الاستنارة العملية لا إنها ليست تلك الراحة السحرية الأبدية ليست هي نهاية أنواع المعاناة كلها ليست ذلك النوع الخيالية التافهة من الإشراق بل على العكس تماما إنني أعتبر الاستنارة العملية نوعا من الإحساس بالراحة تجاه فكرة أن هناك دائما قدرا من المعاناة لا يمكن تجنبه وأن الحياة مكونة بصرف النظر عما يمكن أن نفعله من فشل ومن خسارة ومن ندم ومن موت أيضا عندما تكف عن الانزعاج من مختلف أنواع المساوئ التي ترميك الحياة بها سوف ترميك بها دائما صدقني فإنك تصير شخصا منيعا تجاهها من غير أن تبذل في ذلك جهدا كبيرا ففي نهاية المطاف تظل الطريقة الوحيدة للتغلب على الألم هي أن تتعلم أولا كيف تتحمل ذلك الألم لا ينصب اهتمام هذا الكتاب أبدا على تخليصك من مشاكلك أو آلامك وهذا بالضبط ما سوف يجعلك تدرك أنه صادق معك ليس هذا الكتاب دليلا يوجه خطاك إلى العظمة ولا يمكن أن يكون كذلك هذا لأن العظمة ليست إلا وهما في أذهاننا ليست إلا وجهة مختلقة نرغم أنفسنا على السير في اتجاهها إنها فردوسنا النفسي السحري الكاذب بدلا من ذلك يريد هذا الكتاب أن يحول ألمك إلى أداة في يدك وأن يحول معاناتك إلى طاقة وأن يحسن مشاكلك قليلا هذا تقدم حقيقي اعتبر هذا الكتاب دليلا لك فيما يتعلق بالمعاناة وكيفية التعامل معها بشكل أفضل وبشكل ذي معنى أكثر من قبل مع مزيد من الإحساس بالآخرين ومزيد من التواضع إنه كتاب عن كيف تكون حركتك خفيفة رغم ثقل أحمالك وكيف تتعامل بسهولة أكبر مع أسوأ مخاوفك وكيف تضحك من دموعك وأنت تدرفها لن يعلمك هذا الكتاب كيف تكسب مالا أو كيف تحقق شيئا من الأشياء بل سيعلمك كيف تخسر من غير أن تشكل الخسارة مصدر قلق كبير لك وسوف يعلمك أن تنظر إلى ما في حياتك فتزيل منها كل ما فيها من سقط المتاع ومن سخط وتحتفظ بالأشياء الهامة فقط سوف يعلمك كيف تغمض عينيك وتثق بأن من الممكن أن تسقط على ظهرك وتظل بخير رغم ذلك سوف يعلمك كيف تصل إلى الاهتمام بعدد أقل من الأشياء وسوف يعلمك أن لا تحاول الفصل الثاني السعادة مشكلة منذ نحو 2500 عام على سفوح جبال هيمالايا في المنطقة المعروفة اليوم باسم نيبال كان هناك قصر كبير لملك موشك على أن ينجب طفلا كانت لدى الملك فكرة عظيمة من أجل هذا الابن سوف يجعل حياته كاملة لن يعرف هذا الطفل لحظة معاناة واحدة وسوف تلبى حاجاته ورغباته كلها في كل وقت شيد هذا الملك أسواراً عالية من حول قصره لكي تحول بين الأمير الجديد وبين معرفة أي شيء عن العالم الواقع خارج القصر بالغ في دلال طفله وأغدق عليه الهدايا وأطايب الطعام وأحاطه بخدم يستجيبون لكل نزوة من نزواته كبر الطفل جاهلاً بكل ما يتعلق بأشكال القسوة المألوفة في حياة البشر تماماً مثل ما خطط له أبوه الملك انقضى الطفولة الأمير كلها على هذا النحو لكنه صار شاباً حانقاً منزعجاً رغم كل ما حظي به من رفاهية وترف لا حدود لهما سرعان ما صار يشعر بأن كل تجربة يمر بها فارغة عديمة القيمة والمشكلة أن كل ما يقدمه والده صار في نظره عديم المعنى تماماً وغير كاف على الإطلاق وفي ليلة من الليالي تسلل الأمير فخرج من القصر ليرى ما خلف أسواره جعل أحد الخدمي يأخذه إلى قرية من القرى فهاله ما رأاه فيها رأى الأمير معاناة البشر لأول مرة في حياته رأى أشخاص مرضى ورأى أشخاص عجائز ورأى بشراً مشردين وبشراً يطردون من ديارهم بل رأى بشراً يموتون أيضاً عاد الأمير إلى القصر ووجد نفسه واقعاً في مشكلة وجودية لم يكن يعرف كيف يتعامل مع ما شهده ففاضت عواطفه تجاه كل شيء وصار كثير الشكوى والتذمر وكما هي الحال عادة لدى الشباب انتهى الأمير إلى لوم والده على كل ما حاول فعله من أجله صار الأمير مقتنعاً بأن الثراء هو ما جعله تعيساً وهو جعل حياته تبدو عديمة المعنى إلى هذا الحد فقرر الأمير أن يهرب من القصر لكن الأمير الشاب كان أكثر شبهاً بأبيه مما يظن كانت لديه أفكار كبيرة أيضاً ولم يكن ليكتفي بالهرب من القصر بل أراد أن يتنازل عن وضعه الملكي وعائلته وممتلكاته كلها وأن يعيش في الشوارع وينام على الأرض الترابية مثل ما تفعل الحيوانات هناك سوف يجوع نفسه وسوف يعذب نفسه وسوف يتسول بقايا الطعام ويطلبها من الغرباء طيلة ما بقي من حياته وفي الليلة التالية خرج الأمير خلسة من القصر خرج مرة أخرى وقد قرر ألا يعود أبداً عاش سنوات طويلة متشرداً وصار مجرد بقية منسية منبوذة من المجتمع مثل فضلات الكلاب المتجمعة عند أسفل السلم الاجتماعي كانت معاناة الأمير كبيرة مثل ما خطط تماماً لقد عانى المرض والجوع والوحدة والضعف بل واجه الموت نفسه وكثيراً ما كان طعام يومه كله مقتصراً على جوزة واحدة مرت بضع سنوات ثم بضع سنوات أخرى ولم يحدث شيء بدأ الأمير يلاحظ أن حياة المعاناة هذه لا تختصر المغزى من الحياة كلها لم تزوده معاناته بالبصيرة التي رغب فيها ولم تكشف له عن أي أسرار من أسرار العالم العميقة ولا عن غايته النهائية حقيقة الأمر أن الأمير صار الآن يعرف ما نعرفه كلنا إلى حد ما صار يعرف أن المعاناة أمر سيء جداً ثم إنها ليست بالضرورة أمراً ذا مغزى عندما يكون المرء ثرياً لا يصير للمعاناة المادية أي معنى على الإطلاق إذا كانت معاناة من غير غاية سرعان ما توصل الأمير إلى أن فكرته العظيمة مثل فكرة أبيه من قبله كانت فكرة شديدة السوء في حقيقة الأمر وأدرك أن عليه أن يذهب ويفعل شيئاً آخر بدلاً مما فعله حتى ذلك الوقت كان الأمير مشوش الذهن تماماً نظف نفسه ثم سار حتى وجد شجرة كبيرة عند ضفة النار قرر أن يجلس تحت تلك الشجرة وأن لا ينهض إلى أن تأتيه فكرة عظيمة أخرى تقول تلك القصة الأسطورية بعد ذلك إن الأمير جلس تحت الشجرة تسعة وأربعين يوماً لن ندخل الآن في مناقشة إمكانية جلوس المرء في المكان نفسه تسعة وأربعين يوماً لكننا سنكتفي بالقول إن الأمير توصل بعد ذلك الزمن إلى إدراك عدد من الأمور العميقة كان من بين هذه الأمور ما يلي الحياة نفسها نوع من أنواع المعاناة يعاني الأثرياء بسبب ثرائهم ويعاني الفقراء بسبب فقرهم ويعاني من ليست لديهم أسرة بسبب عدم وجود أسرة ويعاني من لديهم أسرة لأن لديهم أسرة يعاني من ينشدون المسرات الدنيوية لأنهم ينشدون المسرات الدنيوية ويعاني من يستنكفون عن المسرات الدنيوية لأنهم مستنكفون عن تلك المسرات ليس معنى هذا أن أنواع المعاناة متساوية كلها بالتأكيد هناك معاناة أشد ألماً من معاناة أخرى لكن رغم ذلك لابد لنا جميعنا من المعاناة مرت السنوات وكون الأمير لنفسه فلسفة قدمها إلى العالم الفكرة المركزية في هذه الفلسفة هي أن الألم والخسارة أمران لا مهرب منهما وأن علينا أن نقلع عن محاولة مقاومتهما سوف يعرف هذا الأمير فيما بعد باسمي بوذا وإذا لم تكن قد سمعت ببوذا قبل الآن فلك أن تعرف أنه شخص ذو أهمية كبيرة هناك فرضية كامنة خلف كثير مما نظنه ونعتقده الفرضية الأولى هي أن السعادة نوع من عملية منطقية وأن من الممكن أن يعمل المرء من أجلها وأن يحققها ويكسبها مثل ما يحقق لنفسه القبول في كلية الحقوق أو مثل ما يبني منشأة معقدة حقا إذا توصلت إلى إنجاز سين فسوف أستطيع أن أكون سعيدا وإذا صار شكلي مثل عين فإنني أستطيع أن أكون سعيدا وإذا استطعت أن أكون مع شخص مثلها جيم فسوف أكون سعيدا لكن هذه الفرضية هي مكمن المشكلة بالضبط ليست السعادة معادلة رياضية نحلها إن القلق وعدم الرضا جزآن أصيلان من الطبيعة البشرية وهما مكونان ضروريان لخلق سعادة مستقرة وهذا ما سوف نراه في وقت لاحق أقام بوذا البرهان على هذا الأمر من المنظور الديني والفلسفي وسوف أقيم البرهان على الأمر نفسه في هذا الفصل لكني سأقيمه من منظور بيولوجي مستعينا بدببة الباندا تعاسة باندا الخيبة لو كنت قادرا على اختراع بطل خارق لاخترعت بطلا أطلق عليه اسم باندا الخيبة وسأجعل هذا البطل الخارق يضع قناعا غريبا على عينيه ويرتدي قميصا عليه حرف خاء كبير بحيث يكون القميص ضيقا جدا على بطنه الكبير وستكون نقطة قوته الخارقة كامنة في قدرته على إخبار الناس بالحقائق البشعة المزعجة عن أنفسهم تلك الحقائق التي يجب أن يسمعوها لكنهم لا يريدون قبولها سيمضي بطلي من باب إلى باب مثل ما يفعل الباعة المتجولون وسوف يدق تلك الأبواب ويقول للناس أشياء من قبيل نعم إن جني الكثير من المال يجعلك مسرورا من نفسك لكنه لن يجعل أطفالك يحبونك أو إذا كنت تجد حاجة إلى سؤال نفسك إن كنت تثق بزوجتك فمن المرجح أنك لا تثق بها أو إن ما تعتبره صداقة هو في حقيقة الأمر محاولاتك المستمرة للتأثير على الناس وبعد ذلك سيتمنى لأهل كل بيت يوما طيبا ويمضي إلى البيت الذي يليه سيكون هذا الشيء رائعا وسوف يكون مزعجا أيضا وسوف يكون حزينا سوف يفتح بصائر الناس وسوف يكون ضروريا عادة ما تكون أعظم الحقائق في الحياة أكثرها إزعاجا عندما نسمعه سيكون ذلك الباندا هو البطل الذي لا يريده أحد منا لكننا في حاجة إليه جميعا وسوف يكون الخضر المثالية لوجباتنا الذهنية الفقيرة بالخضر سيجعل حياتنا أفضل رغم أنه يجعلنا نشعر بالسوء وسيجعلنا أكثر قوة من خلال تحطيمنا سينير مستقبلنا من خلال جعلنا نرى الظلمة وسيكون الإصواء إليه أشبه بمشاهدة فيلم يموت بطله في آخره هذا ما يجعلك تحبه أكثر رغم أنه يحزنك كثيرا وذلك لإحساسك بأنه شيء حقيقي وبما أننا وصلنا إلى هذا المكان فاسمحوا لي بأن أضع على وجه قناع الباندا وأقدم إليكم حقيقة مزعجة أخرى إنني أعاني لكن لسبب بسيط هو أن المعاناة أمر مفيد من الناحية البيولوجية إنها الواسطة المفضلة لدى الطبيعة من أجل الحث على التغير لقد نشأ جنسنا بحيث نعيش دائما قدرا من عدم الرضا ومن انعدام الأمان لأن من شأن الكائن غير الآمن غير الراضي أن يبذل قدرا أكبر من الجهد والعمل في سبيل التجديد وفي سبيل البقاء نحن مركبون هكذا مركبون بحيث نكون غير راضين مهما حققنا وأيضا بحيث لا يرضينا عدم تمكننا بعد من تحقيق هذا الشيء أو ذاك هذا الغياب الدائم للرضا هو ما جعل جنسنا يقاوم وينجح في البقاء وفي البناء وفي فتح الأرض كلها هذا يعني أن ألمنا وشقاءنا ليس شائبة أو عيبا ضمن تطور بني البشر بل هما من بين سماته الأصيلة الألم في أشكاله كلها هو الوسيلة الأكثر فعالية لدى أجسادنا من أجل دفعها إلى الفعل فلنأخذ شيئا بسيطا جدا تخيل أن شيئا وخز إصبع قدمك إذا كنت مثلي فسوف تصرخ عندما يخز هذا الشيء إصبع قدمك وسوف تقول كلمات سيئة وغالبا ما نلقي باللائمة في هذا الألم على شيء صغير تافه لا يستطيع الحركة فنقول هذه الطاولة الغبية بل من الممكن أيضا أن يصل بك الأمر إلى انتقاد ديكور البيت كله انطلاقا من ذلك الألم المزعج في إصبع قدمك أي غبي أحمق يمكن أن يضع الطاولة في هذا المكان أصلا لكني سأدفع الأمر إلى الأمام قليلا هذا الألم الشديد في إصبع قدمك الألم الذي تكرهه وأكرهه ويكرهه الناس جميعا إنه موجود لسبب في غاية الأهمية إن الألم الجسدي ناتج عن نظامنا العصبي وهو آلية موجودة من أجل إعطائنا إحساسا بأبعاد جسدنا أين نستطيع أن نتحرك وأين لا نستطيع وما نستطيع لمسه وما لا نستطيع عندما نتجاوز حدودنا هذه يعاقبنا نظامنا العصبي العقوبة التي نستحق ويحرص على أن ننتبه فلا نكرر تلك الفعلة مرة أخرى هذا الألم مفيد لنا بقدر ما نكرهه الألم هو ما يعلمنا الأشياء التي يجب أن ننتبه إليها عندما نكون صغارا أو عندما نكون طائشين وهو يساعدنا في رؤية ما هو جيد لنا وما هو سيء إنه يساعدنا في فهم حدودنا وعدم تجاوزها إنه يعلمنا أن علينا أن لا نعبث بالقرب من المدفأة الحارة وأن لا ندخل أجساما معدنية في المقابس الكهربائية هذا يعني أن تفادي الألم والسعي وراء المسرة ليس بالأمر المفيد دائما لأن الألم يمكن أن يكون أحيانا ذا أهمية حاسمة فيما يتعلق بصحتنا وبقائنا إلا أن الألم ليس جسديا فحسب يستطيع كل من اضطر إلى مشاهدة مقدمة الجزء الأول من فيلم ستار وورز التي تسبق أحدث الفيلم نفسه أن يخبرك بهذا يمكن لبني البشر أن يعيش آلاما نفسية حادة أيضا والحقيقة أن الباحثين توصلوا إلى أن أدمغتنا لا تميز كثيرا بين الألم النفسي والألم الجسدي عندما أخبرك أن إحساسي عندما خانتني صديقة الأولى وتركتني كان أشبه بقطعة جليد تنغرس ببطء في قلبي فإن هذا يعني أنني تألمت مثل ما يظن دماغي أنني يمكن أن أتألم لو انغرست قطعة الجليد تلك في قلبي وعلى غرار الألم الجسدي يكون الألم النفسي مؤشرا على أن هناك شيئا قد اختل توازنه أو على أن هناك حدا قد جرى تجاوزه وعلى غرار ألمنا الجسدي أيضا ليس الألم النفسي أمرا سيئا بالضرورة وليس أمرا غير مرغوب فيه بالضرورة ففي بعض الحالات يمكن أن يكون عيش الألم النفسي أو الانفعالي أمرا صحيا مفيدا أو أمرا ضروريا فمثل ما تعلمنا آلام إصبع القدم أن علينا أن نسير من غير أن نصطدم بالطاولات يعلمنا الألم الانفعالي الناجم عن الفشل أو الصد كيف نتجنب الوقوع في الأخطاء نفسها في المستقبل هذا هو مصدر الخطر في مجتمع يسعى أكثر فأكثر إلى تجنيب نفسه المعاناة الناجمة عن منغصات الحياة التي لا مهرب منها إننا نخسر الفوائد الناتجة عن تلقي جرعات صحية من الألم وهي خسارة تجعلنا منفصلين عن واقع العالم الذي من حولنا قد يسيل لعابكم لفكرة إمكانية وجود حياة خالية من الألم حياة من السعادة الدائمة والحب الأبدي بين البشر إلا أن مشكلاتنا هنا على الأرض لن تكف عن الوجود أبدا أقول هذا جادا المشاكل لا تنتهي لقد زارني قبل قليل باندا الخيبة الذي نعرفه أكلنا البيتزا معا وقال لي الحقيقة كلها عن هذا الأمر قال إن المشاكل لا تزول أبدا من الممكن فقط أن تتحسن يعاني وورين بوفيت مشكلات مالية ويعاني ذلك السكير المتشرد عند المتجر الكبير مشكلات مالية أيضا لكن مشكلات بوفيت أفضل من مشكلات المتشرد هكذا هو كل ما هو موجود في الحياة قال للباندا إن الحياة في جوهرها يا مارك سلسلة غير منتهية من المشاكل شرب قليلا من كأسي وعدل وضع مظلته الوردية الصغيرة ثم تابع يقول وليس حل إحدى تلك المشاكل إلا بداية للمشكلة التي تليها مرت هنايهة كنت أتساءل فيها عن المكان الذي جاء هذا الباندا المتكلم منه ثم من الذي صنع هذه البيتزا أيضا قال للباندا لا تأمل في حياة من غير مشاكل لا وجود لشيء من هذا القبيل عليك بدلا من ذلك أن ترجو لنفسك حياة فيها مشاكل من النوع الجيد ومع هذه الكلمات وضع نظارته ثم أمال قبعته وانطلق في اتجاه مغيب الشمس تأتي السعادة من حل المشاكل المشاكل ثابت من ثوابت الحياة وعندما تحل مشكلتك الصحية من خلال الاشتراك في عضوية أحد النواد الرياضية فإنك تخلق مشكلات جديدة من قبيل اضطرارك إلى النهوض في وقت أبكر من أجل الوصول إلى النادي في الوقت المناسب قبل ذهابك إلى عملك ثم تتعرق هناك تعرقا شديدا خلال جريك ثلاثين دقيقة على آلة الجري ثم الاستحمام وتغيير الملابس قبل الذهاب إلى العمل حتى لا تفوح رائحة عرقك هناك عندما تحل مشكلة عدم قضاء الوقت الكافي مع شركتك من خلال تحديد ليلة الأربعاء لتكون موعدا دائما بينكما فإنك تخلق مشكلات جديدة من قبيل ضرورة التفكير في شيء تفعلانه معا يوم الأربعاء بحيث يكون مقبولا لكما معا مع التأكد من امتلاكك المال الكافي لتناول عشاء لطيف واكتشاف تلك الكيمياء بينكما من جديد وإشعال الشرارة التي تحسان أنكما فقدتماها وإعادة اكتشاف الأساليب العملية لممارسة الجنس في حوض الاستحمام الصغير المليء بفقاعات الصابون الكثيرة لا تتوقف المشاكل أبدا بل نحن نبدلها بغيرها أو نتركها تتفاقم تأتي السعادة من حل المشكلات الكلمة المفتاح هي الحل إن كنت تتجنب مشاكلك أو تحس كما لو أنه ليست لديك أي مشاكل فإنك في سبيلك إلى أن تجعل من نفسك إنسانا بائسا وإذا رأيت أن لديك مشاكل لا تستطيع حلها فإنك ستجعل من نفسك إنسانا بائسا أيضا الخلطة السحرية كامنة في حل تلك المشاكل لا في عدم وجود مشاكل في حياتك يجب أن يكون لدينا شيء نحله حتى نكون سعداء فالسعادة إذن شكل من أشكال الفعل إنها نشاط وليست شيئا يأتينا ونحن في حالة سلبية متلقية فقط ليست شيئا تكتشفه بطريقة سحرية من خلال مقالة ترشدك إليه في صحيفة مشهورة أو من خلال هذا أو ذاك من المعلمين والمرشدين الروحيين إنها لا تظهر ظهورا سحريا بعد أن تتوصل أخيرا إلى جني ما يكفي من المال حتى تشتري بيتا أكبر بغرفة من بيتك الحالي وأنت لا تجدها جالسة تنتظرك في مكان أو في فكرة أو وظيفة أو حتى في كتاب السعادة عمل يتقدم باستمرار لأن حل المشاكل عملية ماضية باستمرار يرسي حل مشاكل اليوم أساسا لمشاكل الغد وهكذا دواليك وأنت لا تعثر على السعادة الحقيقية إلا عندما تجد المشاكل التي يمتعك وجودها لديك أي المشاكل التي تستمتع بحلها تكون تلك المشاكل بسيطة بعض الأحيان تناول طعام جيد والارتحال إلى مكان جديد ما والفوز في لعبة الفيديو الجديدة التي اشتريتها قبل قليل لكن هناك أوقات أخرى تكون المشاكل فيها مجردة وتكون معقدة تصحيح وضع علاقتك بأمك والعثور على عمل يرضيك وإيجاد أو تطوير صداقات جديدة مهما تكون مشاكلك فإن الفكرة تتظل هي نفسها حل مشاكلك وكن سعيدا لكن الحياة للأسف ليست بهذه البساطة عند أشخاص كثيرين هذا لأنهم يفسدون الأمر كله بطريقة من الطريقتين التاليتين أو بالطريقتين معا واحد الإنكار ينكر بعض الناس وجود المشاكل من الأصل وبما أن هؤلاء ينكرون الواقع فإن عليهم دائما أن يخفوا هذا الواقع عن عيونهم أو أن يلهوا أنفسهم عنه قد يمنحهم هذا بعض الراحة على المدى القصير لكنه يؤدي إلى حالة من العصابية وانعدام الأمان والاكتئاب اثنان ذهنية الضحية يفضل البعض التفكير في أن ما من شيء يستطيع فعله لحل مشكلاته حتى عند توفر القدرة على حلها يسعى الضحايا إلى لوم الآخرين على مشكلاتهم أو إلى لوم ظروف خارجية قد يجعلهم هذا أكثر ارتياحا على المدى القصير لكنه يؤدي بهم إلى حياة من العجز واليأس والحنق الدائم ينكر الناس مشاكلهم ويلقون باللوم على الآخرين لسبب بسيط هو أن هذا طريق سهل وأنه يريحهم في حين أن حل المشاكل نفسها عمل صعب غالبا ما يجعلهم منزعجين إن أشكال الإنكار والإلقاء باللائمة على الآخرين تمنحنا مخرجا سهلا سريعا إنها أشكال من الهروب المؤقت من مشاكلنا ومن الممكن أن يعطينا هذا الهروب دفعة مؤقتة إلى الأمام فجعلنا نحس أننا صرنا أحسن حالا لكن لن تنهي المشاكل تأتي المخارج السريعة في أشكال متعددة كثيرة قد تكون مادية كالكحل مثلا وقد تكون إحساسا بالتفوق الأخلاقي ناجما عن الإلقاء باللائمة على الآخرين كما قد تأتي بفعل النشوة التي نعيشها عندما نندفع في مغامرة خطيرة جديدة مهما يكون نوعها ليست هذه المخارج السريعة إلا سبلا ضحلة غير مفيدة لا يستطيع المرء استخدامها طيلة حياته يعتمد القسم الأكبر من عالم مساعدة الذات على طرح المخارج السريعة على الناس بدلا من حل مشاكلهم المشروعة حقا يعلمك كثير من مرشدي المساعدة الذاتية أشكالا جديدة من الإنكار ويحقنونك بمختلف أنواع التمرينات التي تمنحك إحساسا طيبا على المدى القصير لكنهم يتجاهلون الأسباب العميقة تذكر أن ما من أحد سعيد حقا يجد نفسه في حاجة إلى الوقوف أمام المرآة وإخبار نفسه بأنه سعيد كما أن المخارج السريعة تسبب الإنمان أيضا كلما زاد اعتمادك عليها حتى يتحسن إحساسك تجاه مشاكلك العميقة كلما صرت أكثر حاجة إليها وبهذا المعنى يمكن لكل شيء تقريبا أن يصير مادة لإدمانك وذلك بحسب الدافع الذي يجعلك تستخدمه إن لكل منا طرقه المختارة من أجل تخدير ألم مشاكله ليس في الأمر مشكلة إذا استخدمنا تلك الأشياء بجرعات معقولة لكن كلما طال تفادينا لمواجهة المشاكل وكلما طال أمد تخديرنا تلك المشاكل كلما صارت أكثر إيلاما عندما نجد أنفسنا مضطرين إلى مواجهتها في وقت ما يعلن ناس من شأن العواطف والانفعالات تنشأ عواطفنا وانفعالاتنا لغاية واحدة محددة حتى تساعدنا في العيش وفي إعادة إنتاج أنفسنا على نحو أفضل قليلا هذا كل ما في الأمر إنها آليات تخبرنا بأن لدينا شيئا من المحتمل كثيرا أن يكون صحيحا أو من المحتمل كثيرا أن يكون خاطئا لا شيء أكثر من هذا ولا شيء أقل من هذا ومثل ما يعلمك الألم الناجم عن لمس الموقد الحار أن عليك أن لا تلمسه مرة أخرى فإن شعورك بالحزن الناجم عن كونك وحيدا يعلمك أن تمتنع عن تكرار فعل الأشياء التي جعلتك تشعر بهذه الوحدة كلها ليست الانفعالات إلا إشارات بيولوجية مصممة لكي تلكيزك على نحو يوجهك صوب تغييرات مفيدة لك انتباه أنا لا أريد التهوين من شأن أزمة منتصف الحياة التي تمر بها الآن ولا من حقيقة أن والدك السكير سرق دراجتك عندما كنت في التاسعة من عمرك ولم تتمكن من تخطي ما حدث حتى الآن لكن الأمر عندما يكون هكذا وعندما تجد نفسك لا تزال تشعر بالانزعاج فهذا لأن دماغك يخبرك بأن هناك مشكلة لم يتم التعامل معها أو لم يتم حلها بكلمة أخرى فإن المشاعر والانفعالات السلبية ليست إلا نداء إلى الفعل وعندما تأتيك هذه الانفعالات فمعنى هذا أن عليك أن تفعل شيئا أما من ناحية أخرى فإن المشاعر والانفعالات الإيجابية تأتيك كنوع من المكافأة لأنك فعلت الشيء الملائم عندما تعيش هذه المشاعر تبدو لك الحياة بسيطة ويبدو لك أنه ليس مطلوبا منك غير الاستمتاع بها وبعد ذلك على غرار كل شيء في الحياة تزول تلك المشاعر الإيجابية لأن مشاكل أخرى تظهر من جديد فتحل محل القديمة وهذا أمر لا يمكن تجنبه المشاعر والانفعالات جزء من معادلة حياتنا لكنها ليست المعادلة كلها لا يعني إحساسي بأن شيئا ما حسن أن هذا الشيء حسن حقا وإحساسي بأن شيئا آخر سيء لا يعني أن ذلك الشيء سيء فعلا المشاعر والانفعالات ليست أكثر من إشارات على الطريق أو مقترحات يقدمها إلينا جهازنا العصبي وهي ليست حقائق ولا أوامر من هنا لا يجوز أن نثق بمشاعرنا على طول الخط بل إنني أرى في الواقع أن علينا أن نطور عادة الشك فيها يتعلم كثير من الناس أن يكبتوا مشاعرهم وذلك لأسباب مختلفة شخصية أو اجتماعية أو ثقافية وينطبق هذا على المشاعر والانفعالات السلبية خاصة والمحزن في الأمر أن إنكار المرء مشاعره وانفعالاته السلبية ليس إلا رفضا لكثير من الآليات التي تعمل على تزويده بمعلومات تساعده في حل مشكلاته ونتيجة هذا يجد كثير من الأفراد الذين يعيشون هذا النوع من الكبت صعوبة في التعامل مع مشكلتهم على امتداد مجرى حياتهم كله إذا كان هؤلاء غير قادرين على حل تلك المشاكل فهذا يعني أنهم غير قادرين على أن يكونوا سعداء تذكر دائما أن للألام غاية لكننا نجد أيضا أشخاص يفرطون في التصرف وفقا لمشاعرهم وانفعالاتهم وكل شيء مبرر عندهم لسبب وحيد ألا وهو أنهم يشعرون هكذا يقول الواحد منهم أوه لقد كسرت زجاج سيارتك لكني كنت في حالة جنون حقيقية لم أستطع الامتناع عن فعل ذلك أو لقد تركت المدرسة وانتقلت إلى آلاسكا لأنني شعرت أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب أن أفعله إن اتخاذ القرار استنادا إلى الحدس الانفعالي من غير الاستعانة بالتفكير المنطقي لضبط هذا الحدس يؤدي بك إلى الفشل دائما هل تعرف من الذي يبني حياته كلها اعتمادا على مشاعره وانفعالاته؟ إنه الطفل ابن ثلاث سنوات الكلاب تفعل ذلك أيضا وأنت تعرف ما قد يفعله الكلب وابن السنوات الثلاث أليس كذلك؟ إنه يقضي حاجته على السجادة إن الاتكال المفرط على المشاعر والانفعالات وجعلها هاجسا لنا يقودنا إلى الفشل لسبب بسيط هو أن تلك المشاعر والانفعالات لا تدوم على حال أبدا مهما يكن ما يجعلنا سعداء اليوم فسوف يكف عن جعلنا سعداء غدا لأن تركيبنا البيولوجي يحتاج دائما إلى المزيد والتركيز المستمر على السعادة يصل لا محالة إلى مطالبة لا تنتهي بشيء آخر بيت جديد أو علاقة جديدة أو طفل جديد أو زيادة جديدة في الأجر وعلى الرغم من عرقنا وتعبنا كله ينتهي بنا الأمر بنوع من الإحساس المخيف بأننا عدنا إلى حيث بدأنا لم نكتفي بعد يشير علماء النفس إلى هذه الفكرة أحيانا باسم حلقة المتعة المفرغة فكرة أننا نعمل بجد على الدوام من أجل تغيير حياتنا لكننا لا نحس اختلافا كبيرا في حقيقة الأمر هذا هو السبب الذي يجعل مشكلاتنا متكررة الظهور ويجعلها شيئا لا يمكن تفاديه الشخص الذي تحبينه وتتزوجينه هو نفسه الشخص الذي تتشجرين معه والبيت الذي تشتريه لأنه أعجبك كثيرا هو نفسه الذي تجد نفسك مضطرا إلى إصلاحه أو تحسينه ووظيفة الأحلام التي تحصل عليها هي الوظيفة التي تجعلك تعيش تحت ضغط متطلبات العمل التي لا تنتهي هناك قدر من التضحية ملازم لكل شيء دائما فكل ما يمنحنا إحساسا طيبا سيجعلنا لا محالة نعيش إحساسا سيئا أيضا وما نربحه هو أيضا ما نخسره وما يخلق تجاربنا الإيجابية هو ما يحدد تجاربنا السلبية هذا قرص دواء يصعب ابتلاعه تعجبنا فكرة وجود نوع من السعادة القصوى الدائمة التي يمكن الوصول إليها وتعجبنا فكرة أن من الممكن أن نتخلص إلى الأبد من معاناتنا كلها وتعجبنا فكرة أننا قادرون على الإحساس بالإشباع والرضى الدائمين في حياتنا لكننا لا نستطيع هذا اختر ما تكافح من أجله إذا سألتك ما الذي تريده من حياتك فأجبتني بشيء من قبيل أريد أن أكون سعيدا وأن تكون لي أسرة ممتازة وعمل أحبه فإن إجابتك إجابة متوقعة إلى حد يجعلها لا تعني أي شيء في واقع الأمر يستمتع كل مرئ بأن يشعر شعورا حسنا ويريد الجميع حياة سعيدة سهلة خالية من الهموم يريد الجميع عيش حب ساحر وممارسة الجنس بشكل مدهش وبناء علاقات رائعة ويريد كل منا أن يكون حسن المظهر وأن يجني مالا كثيرا وأن يتمتع بشعبية واحترام وإعجاب وأن يكون ماهرا في لعب الكرة إلى درجة تجعل الناس يشهقون عندما يدخلون مكانا فيرونه فيه الجميع يريد هذا من السهل أن يريد المرء هذا لكن السؤال الذي يلفت النظر أكثر ويجعلك تفكر السؤال الذي لا ينتبه إليه أكثر الناس هو ما الألم الذي تريده في حياتك وما الذي تظن أنك مستعد للكفاح من أجله السؤال هام لأن هذا الكفاح هو المحدد الأول للمجرى الذي ستسير فيه حياتك فلنضرب مثالا يرغب معظم الناس في الحصول على المكتب الأفضل وفي الحصول على الأجر الأفضل لكن الأشخاص المستعدين لمعاناة أسبوع عمل من 60 ساعة ومن السفر مسافات طويلة إلى أماكن العمل ثم الغرق في أكوام من العمل والأوراق وفي التسلسل الوظيفي العشوائي في الشركة للإفلات من قيود لا حصر لها يفرضها الجلوس في حجرة المكتب الصغيرة ليسوا كثير العدد على الإطلاق يرغب أكثر الناس في عيش علاقة رائعة وفي ممارسة جنسية عظيمة لكنك لا تجد كل شخص مستعدا لأن يعيش حالة الأحاديث الصعبة والصمت الغريب المربك والإحساس بالمشاعر المجروحة وحالات الدراما النفسية الانفعالية حتى يصل إلى تلك النتيجة آخر الأمر وهكذا فإنهم يجلسون ويلازمون أماكنهم يلازمون أماكنهم ويمضون سنين بعد سنين وهم يتساءلون ماذا لو؟ إلى أن يتحول هذا السؤال من تلقاء نفسه من ماذا لو؟ إلى ما الفرق وعندما يأتيهم المحامون وتصلهم شيكات النفقة الزوجية عبر البريد نرهم يقولون لماذا؟ حقا؟ لماذا؟ ما من سبب غير أن هذه نتيجة طبيعية للمعايير المنخفضة والآمال المتواضعة التي كانت لديهم قبل عشرين عاما هذا لأن السعادة تتطلب نضالا من أجلها إنها ثمرة مصارعة المشكلات لا تنبت البهجة من الأرض مثلما تنبت الورود والأزهار لا بد من كسب الإحساس الحقيقي الجدي بامتلاء الحياة ومعناها من خلال اختياراتنا ومن خلال طريقة إدارة الصراعات التي نخوضها وسواء كنت تعاني القلق أو الوحدة أو اضطرابا وسواسيا قهريا أو مديرا مزعجا في العمل يخرب نهارك كل يوم فإن الحل كامل في قبول تلك التجربة السلبية والتعامل معها تعاملا إيجابيا نشطا وليس محاولة تجنبها أو تفاديها ليس البحث عن خلاص سحري منها يرغب الناس في أجساد الرائعة مدهشة لكن جسدك لن يكون هكذا إلا إذا قبلت الألم والإجهاد الجسدي الذين يرافقان العيش داخل صالة التمرينات الرياضية ساعة بعد ساعة إلا إذا كنت تفضل حساب وضبط كمية ونوعية الطعام الذي تأكله وقضاء حياتك كلها تتناول وجبات صغيرة الحجم يرغب الناس في إقامة مشاريعهم الخاصة بهم لكنك لن تكون رائد أعمال ناجح إلا إذا عثرت على طريقة تجعلك تتقبل المخاطرة وحالات الفشل المتكررة وساعات عمل طويلة مجنونة مكرسة لشيء من الممكن أن لا يدر عليك شيئا على الإطلاق يرغب كل شخص في شريك حياة في زوج أو زوجة لكن الأمر لن ينتهي بك إلى أن تجتد بشخصا رائعا من غير أن تقبل الاضطرابات الانفعالية التي ترافق حالة الصد المؤلمة ومراكمة التوتر الجنسي الذي لا يجد انفراجا والتحديق طويلا في الهاتف الذي لا يرن أبدا هذا جزء من لعبة الحب لا يمكنك الفوز في اللعبة إذا لم تلعبيها إنما يقرر نجاحك ليس ما تريد أن تستمتع به بل إن السؤال الصحيح هو ما الألم الذي أنت راغب في تحمله أو قادر على تحمله إن الطريق إلى السعادة درب مفروشة بالأشواك والخيبات عليك أن تختار شيئا لا يمكنك أن تحظى بحياة لا ألم فيها لا يمكن أن تكون الحياة كلها مفروشة بالورود طيلة الوقت السعادة هي السؤال السهل وتكاد الإجابة على هذا السؤال أن تكون متماثلة عندنا جميعا السؤال الأكثر إثارة للاهتمام هو سؤال الألم ما الألم الذي أنت راغب في عيشه؟ هذا هو السؤال الصعب الذي له أهمية السؤال الذي سيوصلك إلى مكان ما في حقيقة الأمر إنه السؤال الذي يمكنه تغيير نظرتك وتغيير حياتك إنه السؤال الذي يجعلني ما أنا عليه ويجعلك ما أنت عليه إنه ما يحددنا ويحدد الفروق بيننا وما يجمعنا معا في آخر المطاف خلال معظم فترة مراهقة وشبابي كنت أحلم بأن أكون موسيقيا نجما من نجوم الروك تحديدا وكلما سمعت أغنية جيدة على القتار كنت أغمض عيني وأتخيل نفسي واقفا على المسرح أعزف القتار أمام جمهور يزعق جنونا أمام أناس فقدوا عقولهم تماما وهم يستمعون إلى الروعة التي تخلقها أصابع من تلك الأوتار كان من الممكن أن يجعلني هذا الحلم أتمرن على عزف القتار ساعات لا نهاية لها وفي نظري لم يكن مطروحا أبدا السؤال عما إذا كنت سأقف على المسرح يوما ما وأعزف أمام ذلك الجمهور المذهول بل متى يحدث ذلك لقد خططت لكل شيء كنت أنتظر أن تأتي اللحظة المناسبة لاستثمار الكمية الصحيحة من الطاقة والجهد في الوصول إلى حيث أريد لأترك بصمتي في عالم الموسيقى كان علي إنهاء المدرسة أولا ثم كان علي أن أحصل على بعض المال الإضافي حتى أشتري المعدات الضرورية ثم صرت في حاجة إلى العثور على الوقت الحر الكافي لكي أتمرن وبعد ذلك صار علي أن أتواصل مع أشخاص كثيرين وأن أخطط من أجل مشروعي الموسيقية الأول وبعد ذلك بعد ذلك لا شيء على الرغم من أحلام كلها التي استمرت نصف فترة حياتي تقريبا لم تثمر تلك الأحلام شيئا في الواقع ثم كان لابد لي من وقت طويل وصراع كثير حتى أتوصل إلى السبب أنا لا أريد هذا في حقيقة الأمر كنت أعيش حالة حب مع النتيجة التي أتخيلها صورتي على خشبة المسرح والناس يهللون لي وأنا أعزف وأسكب قلبي فيما أعزفه لكني لم أكن أعيش حالة الحب نفسها مع العملية التي يمكن أن توصلني إلى تلك النتيجة وقد فشلت لهذا السبب فشلت مرة بعد مرة بل إنني لم أكد أبذل في تلك المحاولات جهدا كافيا لأن أعتبر ما حدث لي فشلا حقيقة الأمر هي أنني لم أحاول محاولة جدية أصلا التمرينات اليومية الشاقة والعمل اللازم للعثور على مجموعة مناسبة من الأشخاص والتدرب معهم ومشقة العثور على المستلزمات كلها ثم جعل الناس يأتون حقا ويهتمون بما تفعله والأوتار التي تتقطع والأجهزة التي تتعطل وحمل 20 كيلو جراما من المعدات ذهابا إلى التدريب وعودة من التدريب ومن غير وجود سيارة إنه حلم كبير مثل جبل مرتفع يتطلب جهدا حقيقي للوصول إلى قمته وقد أنفقت زمنا طويلا حقا قبل أن أكتشف أنني لا أحب تسلق الجبال كنت أحب فقط أن أتخيل نفسي واقفا على قمة ذلك الجبل سوف تخبرني الأدبيات الثقافية الشائعة بأنني خذلت نفسي على نحو ما وبأنني شخص منسحب أو فاشل وبأنني لا أملك ما يلزم للأمر وبأنني تخليت عن حلمي ربما لأنني تركت نفسي أرضخ أمام ضغط المجتمع لكن الحقيقة مدهشة مثيرة للاهتمام أكثر من هذه التفسيرات كلها الحقيقة هي ظننت أنني أريد شيئا لكن اتضح لي أنني لا أريده انتهت الحكاية لقد أردت النتيجة ولم أرد الصراع من أجلها أردت النتيجة ولم أرد العملية المفضية إليها لم أكن واقعا في حب الكفاح من أجل تلك الغاية بل كنت أحب النصر فقط لا تسير الحياة على هذه الشاكلة تتحدد الإجابة على السؤال من أنت؟ بما أنت مستعد للصراع من أجله فالناس الذين يستمتعون بالصراع في ميادين التمرينات الرياضية هم الأشخاص القادرون على المشاركة في المسابقات الثلاثية الجري والسباحة وركوب الدرجات والذين يمتلكون أجساما منحوتة نحتا يستطيعون رفع أثقال ضخمة كما أن الناس الذين يستمتعون بساعة العمل الطويلة وبسياسات السلم الوظيفي في المؤسسات هم الأشخاص الذين يطيرون إلى أعلى ذلك السلم طيرانا والناس الذين يستمتعون بتوترات الحياة الفنية وحالات الجوع وعدم اليقين فيها هم من يعيشونها حقا ويتوصلون إلى النجاح فيها آخر الأمر لا علاقة لهذا الكلام بقوة الإرادة ولا بالمثابرة والجلد وما أقوله هنا ليس نصيحة جديدة من نوع لا فوز من غير مشقة هذه أبسط مكونات الحياة وأكثرها أساسية صراعاتنا تحدد نجاحاتنا ومشاكلنا تلد سعادتنا وإلى جانبها تلد أيضا مشكلات أفضل قليلا أرأيتم الآن إنه مسار حلزوني صاعد لا ينتهي وإذا ظننت في أي نقطة من ذلك المسار أن في وسعك أن تتوقف عن تسلقه فأخشى أنك لم تفهم شيئا أقول هذا لأن المتعة الحقيقية كامنة في التسلق نفسه الفصل الثالث لست شخصا خاصا متميزا كنت أعرف شخصا من الأشخاص ولنقول أن اسمه جمي كانت لدى جمي مغامرات مستمرة في عالم الأعمال فإذا سألته في يوم من الأيام عما يفعله يجيبك باسم شركة من الشركات قائلا إنه يقدم لها المشورة أو يصف لك تطبيقا طبيا واعدا يبحث له عن مستثمر من أجل تمويله أو يحدثك عن مناسبة خيرية يفترض أن يكون المتحدث الرئيسي فيها أو يخبرك عن فكرة لصنع نوع فعال من مضخات الوقود التي ستجعله يكسب الملايين كان شخصا دائما الحركة دائما الانشغال وإذا حاولت أن تتحدث معه قليلا يسحقك سحقا بكلامه عن نجاحه في تلك الأعمال وعن عبقرية فكرته الأخيرة وينطرك بقائمة من الأسماء تجعلك تحس كما لو أنك تتحدث مع مراسل من مراسل الصحف ذات الانتشار الواسع كان جمي شخصا إيجابيا نشطا طيلة الوقت وكان يرهق نفسه دائما ولا تجده إلا منشغلا أشد الانشغال في شيء ما كان يبدو شخصا يسعى إلى هدفه حقا لكن حقيقة الأمر أن جمي كان أيضا شخصا فاشلا بكل معنى الكلمة كلام من غير فعل كان يجلس معظم وقته وينفق في البارات والمطاعم الفاخرة ما لا يعادل ما ينفقه على أفكار الأعمال التي لديه بل كان أيضا طفيليا محترفا يعيش على المال الذي جنته عائلته بالكدح الشاق وذلك من خلال خداعهم مثلما يخدع أي شخص آخر في المدينة بأفكاره الزائفة عن أمجاده في ميادين تكنولوجيا المستقبل صحيح أنه كان يبذل بعض الجهد أحيانا أو يمسك بالهاتف فيتحدث مع شخصية كبيرة ما فيمضي في سرد قائمة الأسماء التي لديه إلى أن تنتهي ثم لا يحدث شيء بعد ذلك لم تنتج أي واحدة من مغامرات الأعمال تلك أي تثمرة لكن صاحبنا واصل فعل هذا سنوات طويلة عاش خلالها على حساب عائلته وصديقاته وبعض أقاربه البعيدين إلى أن قارب عمره ثلاثين عاما وأسوأ ما في الحكاية كلها أن جامي كان يجد هذا أمرا حسنا كانت لديه سوية وهمية مرتفعة من الثقة بالنفس وبحسب رأيه كان الناس الذين يسخرون منه أو يقطعون المكالمات الهاتفية معه يفوتون على أنفسهم أكبر فرصة في حياتهم وأما من كانوا ينصحونه بالتخلي عن أفكاره الزائفة تلك فكانوا أكثر جاهلا وأقل خبرة من أن يستطيعوا فهم عبقريته وكان الناس الذين يشيرون إلى نمط حياته الطفيلي أشخاصا حاسدين كانوا يكرهونه ويغارون من نجاحه كان جامي يجني بعض المال رغم أن ذلك كان يحدث عادة من خلال وسائل ملتوية تماما كأن يبيع أفكار أعمال سرقها من أناس آخرين أو يأخذ قرضا بطريقة مخادعة من شخص ما والأسوأ من ذلك أنه كان يتوصل أحيانا إلى إقناع بعض الناس بإعطائه المال مقابل أسهم في مشاريعه الموعودة وكان يلح على الناس من حين إلى آخر حتى يعطوه فرصة لإلقاء كلمة أمام جمهور ما كلمة عن ماذا؟ لا أستطيع تخيل الإجابة لكن أسوأ ما في الأمر كله أن جيمي كان مؤمنا بهذا الهراء كانت أوهامه منيعة تماما وكان من الصعب حقا أن يغضب المرء منه لأن الأمر كله كان شيئا عجيبا مذهشا في وقت ما خلال سنوات الستينات صار تطوير التقدير العالي للذات أي أن تكون لدى المرء أفكار ومشاعر إيجابية تجاه نفسه توجها واسع لانتشار في علم النفس وقد توصلت الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يقيمون أنفسهم تقييما عاليا يكونون عادة أصحاب أداء أفضل ويسببون نسبة أقل من المشاكل ثم نشأت قناعة لدى كثير من الباحثين وصانع السياسات في ذلك الوقت مفادها أن تحسن تقدير الجمهور لنفسه يمكن أن يؤدي إلى منافع اجتماعية ملموسة نسبة جريمة أقل وأداء أكاديمي أفضل ونسبة بطالة أقل وعجز أقل في الموازنة العامة ونتيجة ذلك بدأت ممارسات تقدير الذات اعتبارا من العقد التالي أي عقد السبعينيات تصير موضوعا يتعلمه الأهل ويشدد عليه المعالجون النفسيون والسياسيون والمدرسون بل صار جزءا من السياسة التعليمية أيضا وعلى سبيل المثال جرى تطبيق تضخم الشهادات التعليمية لجعل الأطفال ذوي الأداء التعليمي المنخفض يمتلكون شعورا أفضل تجاه نقص إنجازهم وجرى اختراع جوائز المشاركة والكؤوس الزائفة من أجل أي نوع من أنواع النشاطات العادية صاروا يعطون الأطفال واجبات بيتية تافهة من قبيل كتابة الأسباب التي تجعلهم يظنون أنهم متميزون أو ذكر أهم خمسة أشياء تعجبهم في أنفسهم وبدأ القائمون على الكنائس يقولون لأفراد الرعية إن لكل منهم أهمية خاصة فريدة في عين الرب وإن من المقدر له أن يكون شخصا استثنائيا متميزا وليس مجرد شخص عادي وبدأت الندوات والحلقات الدراسية التحفيزية الخاصة بالشركات والمؤسسات تنشد الأنشودة الغريبة نفسها يمكن لكل واحد منا أن يكون استثنائيا وأن يكون ناجحا إلى حد هائل وبعد جيل أظهرت البيانات أننا لسنا استثنائيين كلنا واتضح أن مجرد إحساسك الجيد تجاه نفسك لا يعني أي شيء في حقيقة الأمر إلا إذا كان لديك سبب وجيه يجعلك تحس كذلك وقد تبين أن المشاق والفشل أمران مفيدان حقا بل حتى إنهما ضروريان حتى يكبر الطفل فيصير شخصا ناضجا ناجحا قوي العقل اتضح أن تعليم الناس أن يعتقدوا أنهم استثنائيون وأن يكون لديهم إحساس جيد تجاه أنفسهم بصرف النظر عن أي شيء لا يمكن أبدا أن ينتج مجتمعا مليئا بأمثال بل جيتس ومارتن لوثر كينغ إنه يعطي مجتمعا من أمثال صاحبنا جيمي لا أكثر جيمي مؤسس الشركات الجديدة الوهمية جيمي الذي يتعاطى المخدرات كل يوم والذي ليست لديه أي مهارات حقيقية قابلة للبيع غير مديحه نفسه وإقناعها بما يقوله لها جيمي ذلك النوع من الأشخاص الذي يصرخ على شريكه في العمل متهما إياه بأنه غير ناضج ثم يضاعف ديون الشركة فيصل بها إلى أقصى حد ممكن محاولا إثارة إعجاب عارضة أزياء الروسية جيمي الذي نفد سريعا ما لديه من عمات وأعمام يمكن أن يقرضوه مزيدا من المال نعم إنه جيمي الواثق من نفسه جيمي صاحب السوية المرتفعة من تقدير الذات إنه جيمي الذي كان يمضي الكثير الكثير من وقته في الحديث عن نجاحه في كل ما يفعله إلى حد صرتم تعرفون هذا جعله ينسى أن يفعل شيئا مشكلة حركة تقدير الذات هي أنها كانت تقيس تقدير الذات من خلال مدى إيجابية إحساس الناس تجاه أنفسهم لكن من شأن المقياس الحقيقي الدقيق لتقدير المرء لذاته أن يكون معتمدا على شعور الناس تجاه الجوانب السلبية في أنفسهم فإذا كان شخص مثل جيمي يرى أنه رائع جدا في 99.9% على الرغم من تداعي حياته كلها فكيف يمكن أن يكون هذا مقياسا صالحا لمدى النجاح والسعادة في حياة المرء إن جيمي شخص يستحق هذا وأعني أنه يحس كما لو أنه يستحق الأشياء الجيدة كلها من غير أن يفعل أي شيء حتى يكسبها يظن جيمي أنه يجب أن يكون قادرا أن يصير ثريا من غير أن يعمل من أجل ذلك ويظن أنه يجب أن يكون شخصا محبوبا ذا علاقات واسعة من غير أن يقدم لأحد مساعدة في واقع الأمر ويظن أنه يستحق أن يعيش حياة مدهشة رائعة من غير أن يضحي بأي شيء يصير الأشخاص الذين يشبهون جميع معتادين على أن تكون لديهم مشاعر طيبة تجاه أنفسهم إلى حد يسمح لهم بخداع أنفسهم وجعلها تصدق أنهم ينجزون أشياء عظيمة حتى عندما لا ينجزون شيئا يجعلون من نفسهم أضحوكة للناس وهم يظنون أنهم يقدمون أداء باهرا يظنون أنهم مؤسس شركات جديدة ناجحين لكنهم لا يؤسسون أي شركة ناجحة على الإطلاق يدعون أنفسهم مرشدين في الحياة ويتقاضون مالا لمساعدة الآخرين رغم أنهم لم يتجاوزوا خمسة وعشرين عاما ولم ينجزوا أي شيء ملموس في حياتهم إنهم أشخاص ناضحون بسوية خيالية من الثقة بالنفس وقد تكون هذه الثقة بالنفس خداعة للآخرين لفترة وجيزة على الأقل وفي بعض الحالات يمكن أن يكون المستوى الموهوم من الثقة بالنفس عند أولئك الأشخاص أمرا معديا بحيث يساعد الناس الذين من حولهم على أن يشعروا بثقة أكبر في أنفسهم أيضا لكن وعلى الرغم من هذا الخداع كله لدى جمي فإن علي الاعتراف بأن قضاء الوقت معه كان مسليا أحيانا عندما تكون معه يجعلك تحس حقا أنك قادر على فعل كل شيء لكن المشكلة الحقيقية في هذا الإحساس الزائد بالاستحقاق هي أنه يجعل الناس في حاجة إلى أن يكون لديهم شعور طيب تجاه أنفسهم طيلة الوقت حتى إن كان ذلك على حساب الأشخاص الذين من حولهم وبما أنهم في حاجة دائمة إلى هذا الشعور فإن الأمر ينتهي بهم إلى إنفاق القسم الأكبر من أوقاتهم في التفكير في أنفسهم ففي نهاية المطاف لا بد من قدر كبير من الطاقة والجهد لكي تقنع نفسك بأن خراءك لا رائحة له خاصة إذا كنت تمضي حياتك كلها في مرحاض وعندما ينشأ لدى الناس نمط التفكير الذي يجعلهم على الدوام يفسرون كل ما يجري من حولهم بأنه تأكيد على عظمتهم فمن الصعب كثيرا أن تخرجهم من تلك الحالة وبكل بساطة تصير أي محاولة لمناقشتهم في الأمر خطرا جسيما يتهدد تفوقهم من قبل شخص جديد لا يستطيع استيعابا كم هم أذكياء أو موهوبون أو وسيمون أو ناجحون تنغلق دورة هذا الإحساس العالي بالاستحقاق على نفسها فتصير نوعا من فقاعة نرجسية تشوه أي شيء وكل شيء على نحو تعزز فيه نفسها بتلك النرجسية دائما يرى الأشخاص الذين لديهم هذا الإحساس بالاستحقاق في كل حدث من أحداث حياتهم تأكيدا على عظمتهم أو خطرا يتهددها إذا حدث لهم شيء جيد فإنه ناتج عن إنجاز مدهش حققوه وإذا حدث لهم شيء سيء فلأن شخصا ما يغار منهم ويحاول الانتقاص من شأنهم من الصعب أن يكون لأي شيء تأثير على هذا الإحساس العالي بالاستحقاق فهؤلاء هم الناس يضللون أنفسهم باستخدام أي شيء يمكن أن يغذي إحساسهم بالتفوق وهم يعملون على إبقاء هذه الواجهة الجميلة التي في أذهانهم واقفة في مكانها مهما تكون التكلفة حتى إذا تطلب الأمر أن يوجه إلى من حولهم إساءات جسدية أو معنوية لكن هذا الإحساس العالي بالاستحقاق استراتيجية فاشلة إنه مخرج سهل آخر وهو ليس سعادة ليس القياس الحقيقي لتقدير الذات هو معرفة كيف ينظر المرء إلى تجاربه الإيجابية بل كيف ينظر إلى تجاربه السلبية يخبئ أمثال جميع أنفسهم عن مشاكلهم من خلال اختلاق نجاحات وهمية في كل لحظة ولأنه غير قادر على مواجهة مشاكله مهما تكون نظرته جيدة إلى نفسه فإنه شخص ضعيف إن الشخص الذي يرى حقا أن له قيمة كبيرة شخص قادر على النظر إلى الأجزاء السلبية من شخصيته نظرة إيجابية نعم أكون أحيانا شخص غير مسؤول فيما يتعلق بإنفاق المال أو نعم إنني أبالغ أحيانا في تضخيم نجاحاتي أو نعم أنا أعتمد على عون الآخرين أكثر مما ينبغي لي ويجب أن أكون أكثر اعتمادا على نفسي وبعد ذلك يتصرف هذا الشخص بطريقة تساعده في تحسين نفسه وتطويرها أما الأشخاص الذين لديهم الإحساس العالي بالاستحقاق ولأنهم غير قادرين على الاعتراف بمشاكلهم على نحو صادق وصريح فإنهم غير قادرين على تطوير أنفسهم على أي نحو مستمر أو ذي معنى إنهم يجرون دائما من مخرج سريع سهل إلى مخرج سريع سهل آخر ويراكمون مستويات من الإنكار لا تنفك تزداد علوا لكن الواقع لابد أن ينتقم لنفسه في آخر المطاف ولن تلبث المشاكل الكامنة أن تعبر عن نفسها بكل وضوح السؤال الوحيد هو توقيت حدوث ذلك وكم يكون مؤلما عندما يحدث لحظة الانهيار إنني جالس الساعة التاسعة صباحا إنه درس البيولوجيا رأسي مستند إلى ذراعي على المقعد وأنا أحدق في قفزات عقرب الثواني في ساعته تختلط تكات الساعة مع صوت المعلم الذي يتحدث عن الكروموسومات وانقسام الخلايا لقد كنت ضجرا مثل ما يضجر كل فتى في الثالثة عشرة من عمره يجد نفسه محصورا في غرفة صف مزدحمة شديدة الإنارة دقة على الباب إنه السيد برايس مساعد مدير المدرسة يود رأسه من الباب ويقول آسف للمقاطعة مارك تعال معي لحظة أوه هاتي حوائجك معك أمر غريب هكذا قلت في نفسي يحدث أحيانا أن يرسل المعلم طالبا إلى المدير لكن من النادر أن يرسل أحد المدير إلى الطالب جمعت أشيائي وخرجت من الغرفة كان الممر خاليا ومئات الخزائن الجدارية ذات اللون البني الخفيف على امتداد الجدار هل تدلني على خزانتك يا مارك؟ أقول له بالتأكيد ثم أسير في الممر ببنطلون الجينز المتهدل وشعر المنفوش وقميص الكبير على مقاسي وكل شيء نصل إلى خزانتي فيقول لي السيد برايس افتحها من فضلك أفتح الخزانة يتقدم إلى الخزانة فيخرج منها معطفي وحقيبة الرياضية وحقيبة الظهر يخرج محتويات الخزانة كلها عدى بعض الدفاتر والأقلام يحملها كلها ثم يبدأ السير مبتعدا ويقول لي من غير أن ينظر خلفه تعال معي يراودني إحساس غير مريح أتبعه إلى مكتبه حيث يطلب مني الجلوس يغلق الباب من خلفنا ثم يقفله يذهب إلى النافذة ويسدل الستائر بحيث لا يتمكن أحد في الخارج من رؤيتنا تتعرق راحة يدي هذه ليست زيارة عادية إلى مكتب المدير يجلس السيد برايس وبهدوء يبدأ تفتيش أشيائي وفتح جيوب ملابسي والنظر فيها ثم يخرج ملابس الرياضة فيهزها ويضعها على الأرض يسألني السيد برايس من غير أن ينظر إلي هل تعرف ما أبحث عنه يا مارك أجيبه لا أعرف مخدرات تصدمني هذه الكلمة فتجعلني منتبها وتجعلني متوترا أقول متلعثما مخدرات ما نوعها ينظر إلي نظرة صارمة ثم يقول لست أدري ما النوع الذي تتعطى يفتح إحدى طبقات حقيبتي وينظر في الجيوب الصغيرة المخصصة لوضع الأقلام يتصبب العرق مني غزيرا بعد أن تعرقت كفاي يتعرق ذراعاي ثم تتعرق رقبتي أحس بالنبض في صدغي ويندفع الدم إلى دماغي ووجهي أشعر برغبة في الهرب والاختباء بعيدا مثل ما يحدث لكل صبي في الثالثة عشرة من عمره يجد نفسه أول مرة متهما بحيازة مخدرات وجلبها إلى المدرسة أقول معترضا لا أعرف ما تتحدث عنه تبدو كلماتي وديعة أكثر مما أردت لها أن تكون أحس أن علي أن أبدو أكثر ثقة بنفسي في هذه اللحظة تحديدا أو ربما ليس علي أن أكون كذلك ربما علي أن أكون مذعورا هل يبدو الكاذبون أكثر خوفا أم أكثر ثقة بأنفسهم فأنا أريد أن أبدو على العكس منهم تماما إلا أن قلة ثقتي بنفسي تتضعف ولا تلبث قلة ثقة ناجمة عن إحساسي بأنني غير واثق بنفسي أن تجعلني أشعر بمزيد من انعدام الثقة إنها الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها يقول لي سنرى سنرى ثم يحاول انتباهه إلى حقيبة الظهرية التي تبدو لي في تلك اللحظة وكأن لها مئة جيب كل جيب من جيوبها محشو بحمولته الخاصة من لوازم المراهقين السخيفة أقلام ملونة وقصاصات ورق قديمة مما نتبادله في غرفة الصف وأقراص سي دي من أوائل التسعينيات بأغلفة ممزقة وأقلام تخطيط جافة كان علي رميها منذ زمن بعيد ودفتر رسم قديم فقد نصف صفحاته وتراب وخيوط وأشياء لا قيمة لها تراكمت خلال الفصل الدراسي كله لابد أنني كنت أتعرق بسرعة الضوء لأن الزمن طال وطال رغم أنه لم يتجاوز في حقيقة الأمر ثواني معدودة من صباح ذلك اليوم أحسست أن الدرس التالي صار بعيدا جدا كأنه حقبة جيولوجية أخرى وكأنني أكبر وأموت في كل دقيقة تمر كنا وحدنا أنا والسيد برايس وحقيبتي التي لا قرار لها وفي لحظة ما من ذلك العصر الجيولوجي الطويل انتهى السيد برايس من تفتيش حقيبة الظهرية بدى على الرجل شيء من الارتباك لأنه لم يجد شيئا قلب الحقيبة وترك كل ما فيها يسقط على أرض مكتبه إنه يتعرق الآن مثل ما أتعرق أنا باستثناء اختلاف وحيد أنا خائف أما هو فغاضب قال بصوت حاول أن يجعله عاديا إذن لا مخدرات اليوم أليس كذلك؟ أجبته بنبرة عادية أيضا لا راح يفتش الملابس التي كانت في الخزانة ثم يضعها في كومات صغيرة إلى جانب حقيبتي التي تحتوي على لوازم الرياضية الآن صار معطفي وحقيبتي راقدين في حضنه فارغين من أي حياة رأيته يزفر وينظر إلى الجدار شعرت برغبة في البكاء مثل ما يحدث مع كل صبي في الثالثة عشرة من عمره يجد نفسه محبوسا مع رجل غاضب يرمي أشياءه هنا وهناك نظرت عين السيد برايس إلى الأشياء المصفوفة على الأرض ليس فيها شيء محظور أو غير مشروع لا مخدرات ولا حتى أي شيء يخالف أنظمة المدرسة يتنهد الرجل ثم يرمي المعطف والحقيبة على الأرض أيضا ينحني ويضع مرفقيه على الطاولة فيصير وجهه قبالة وجهي اسمع يا مارك سأمنحك فرصة أخيرة حتى تكون صادقا معي وإذا كنت صادقا معي فسوف تكون النتيجة أفضل بكثير بالنسبة إليك أما إذا تبين لي آخر الأمر أنك تكذب فسوف تسوء الأمور كثيرا أبتلع ريقي كما لو أنني مذنب في شيء ما يسألني السيد برايس قل للحقيقة الآن هل جلبت مخدرات إلى المدرسة اليوم أقاوم دموعي وأحبس صراخي في حلقي وأحدق في وجه هذا الذي يعذبني ثم أقول له بصوت متوسل متلهف إلى الخلاص من هذا الرعب كله لا ليست لدي أي مخدرات ولا أعرف عن أي شيء تتكلم يقول معلنا استسلاما لا بس أظن أنك تستطيع أن تأخذ أشيائك وتذهب يلقي نظرة متمهلة أخيرة على حقيبة الظهرية المتكومة على أرض مكتبه كأنها حلم متكسر يضع قدمه على تلك الحقيبة ويضغط قليلا كأنه يقوم بجهد أخير أعله يكتشف شيئا أما أنا فأنتظر قلقا أن ينهض ويبتعد عنها حتى أعود إلى حياتي وأنسى هذا الكابوس كله لكن قدمه تتحسس شيئا في الحقيبة يسألني فجأة ماذا؟ أقول عن أي شيء تسألني؟ لا يزال في الحقيبة شيء ما يرفع الحقيبة ويبدأ البحث في قعرها أما أنا فتصير الغرفة كلها غائمة في عيني ويصير كل شيء ضبابيا لقد كنت ذكيا عندما كنت صغيرا وكنت ودودا لكنني كنت شخصا تافها أيضا إنني أستخدم هذه الكلمة بألطف معنا لها كنت ميالا إلى التمرد والكذب وكنت حانقا قليل الاحترام لمن حولي وعندما كنت في الثانية عشر من عمري عطلت جهاز الإنذار في بيتنا باستخدام مغناطيص أخذته من البراد وذلك حتى أتمكن من التسلل إلى خارج البيت في منتصف الليل من غير أن يلحظني أحد وقد ذهبت مع صديقي فدفعنا سيارة أمه حتى أخرجناها إلى الشارع حتى نتمكن من التجول بها في الحي من غير أن نوقظ صاحبتها وكنت أكتب أوراقا عن الإجهاد لأنني كنت أعرف أن معلم اللغة الإنجليزية مسيحي محافظ متشدد وكنت أسرق مع صديق آخر السجائر من أمه ونبيعها للأولاد خلف المدرسة وفوق هذا كله صنعت جيبا سريا صغيرا في أسفل حقيبة الظهرية لكي أخبئ الماريوانا كان ذلك الجيب السري نفسه هو ما واجه السيد برايس بعد أن داس على المخدرات التي كنت أخفيها في حقيبتي لقد كنت كاذبا وكما وعدني لم يتساهل السيد برايس معي على الإطلاق وبعد بضع ساعات وكما يحدث مع كل مراهق في الثالثة عشرة من عمره يجد نفسه مقيد اليدين في المقعد الخلفي في سيارة الشرطة ظننت أن حياتي قد انتهت كنت محقا قليلا في ذلك الظن على نحو ما قرر أبي وأمي حبسي في البيت ومنعي من الخروج وصار اتصالي بأصدقائي ممنوعا لفترة غير محدودة وبما أنني طردت من المدرسة فقد كان لزاما علي أن أتلقى دروسي في البيت بقية تلك السنة جعلتني أمي أقص شعري ورمت بقمصاني التي تحمل صور مارلين مانسون وفرقة ميتاليكا بالنسبة لمراهق في سنة 1998 كان هذا شيئا يشبه حكما بالإعدام كان أبي يجرني معه إلى مكتبه كل صباح ويجعلني أعمل في تصنيف الأوراق ساعات لا تنتهي وبعد أن انتهت فترة تعليمي في البيت سجلوني في مدرسة دينية خاصة صغيرة فلم أجد نفسي مرتاحا فيها قد لا يفاجئكم هذا وبعد ذلك تماما عندما انتهيت من التكفير عما فعلته وصرت أكتب واجبات المدرسية بانتظام وتعلمت قيمة المسئولية الحقيقية قرر أبي وأمي الانفصال أقول لكم هذا حتى تعرفوا أن فترة مراهقتي كانت سيئة حقا فقدت أصدقائي كلهم وفقدت من حولي وكذلك خسرت حقوقي القانونية ثم خسرت أسرتي وذلك كله في فترة لم تتجاوز تسعة شهور سوف يطلق معالج نفسي ذهبت إليه عندما كنت في العشرينيات اسم فترة صدمة حقيقية على هذه المرحلة وسوف أمضي بعد ذلك أكثر من عشر سنين في محاولة فكفكتها وفي السعي إلى أن أصير أقل انطواء على نفسي لم تكن مشكلة حياة المنزلية أي انفصال أبي وأمي في ذلك الوقت ناجمة عن الأشياء الفضيعة التي كانت تقال أو تفعل بل عن الأشياء الفضيعة التي كان يجب أن تقال أو أن تفعل لكنها لم تقل ولم تفعل كانت أسرتي تحيط كل شيء بأسوار محكمة بمهارة تشبه مهارة وورين بوفيت في كسب المال أو بمهارة جينا جامسون في ممارسة الجنس إننا أبطال في هذا المجال من الممكن أن يحترق البيت من حولنا لكننا نقابل هذا بالقول أوه لا كل شيء على ما يرام قد يكون هناك شيء حار هنا لكن كل شيء على ما يرام في حقيقة الأمر بعد طلاق أمي وأبي لم تعد هناك أطباق تتكسر ولا أبواب تطبق بعنف ولا صراخ ولا مشجرات وتبادل للاتهامات فبعد أن أكد لي ولأخي أن الذنب فيما يحدث ليس ذنبنا جرت بيننا جميعا جلسة أسئلة وإجابات نعم إنها أسئلة وإجابات فيما يتعلق بالتفاصيل العملية لترتيبات حياتنا الجديدة لم يذرف أحد دمعة ولم يرفع أحد صوتا وكان أعمق ما توصلنا أنا وأخي إلى معرفته بخصوص الحياة العاطفية لأبينا وأمنا شيء من قبيل لم يغش أحد من الآخر ولم يخنه أوه هذا حسن حقا هناك شيء ما حار في البيت لكن كل شيء على ما يرام في حقيقة الأمر أبي وأمي شخصان جيدان ولست ألومهما على شيء من هذا لم أعد ألومهما على الأقل وأنا أحبهما كثيرا إن لديهما قصصهما وطريقهما ومشاكلهما تماما مثل بقية الآباء والأمهات جميعا هكذا كان أباهما وأمهما وهكذا تجري الأمور دائما وعلى غرار الآباء والأمهات جميعا أورثني أبي وأمي بعضا من مشكلاتهما عن حسن نية طبعا وعلى الأرجح سوف أورث أطفالي أيضا قسما من مشاكلي عندما تحدث أشياء سيئة من هذا القبيل في حياتنا نبدأ الإحساس على نحو غير واع كما لو أنها مشاكل لا نستطيع أن نحلها أبدا وهذا العجز المفترض عن حلها يجعلنا نشعر بالتعاسة والعجز لكنه يسبب أيضا حدوث شيء آخر إذا كانت لدينا مشكلات غير قابلة للحل فإن لا وعينا يصور لنا أننا إما أن نكون أشخاصا خاصين فريدين حتى تصيبنا هذه المشاكل الخاصة الفريدة أو أن نكون أشخاصا مصابين بعطب ما ونبدأ التفكير في أننا على نحو ما لا نشبه أحدا غيرنا وأن الأنظمة يجب أن تكون مختلفة بالنسبة إلينا لكن الأمر بسيط إننا نصير أشخاصا لديهم ذلك الشعور الزائد بالاستحقاق الذي تحدثنا عنه قبل قليل لقد أدى بي الألم الذي مررت به في مراهقتي إلى طريق ذلك الشعور الزائد بالاستحقاق وهو طريق ضللت فيه طيلة القسم الأكبر من فترة شبابي وفي حين ظهر شعور جمي الزائد بالاستحقاق في عالم الأعمال حيث كان يتظاهر بأنه صاحب نجاحات كبيرة فإن شعوري بالاستحقاق ظهر من خلال علاقاتي مع النساء خاصة وقد تمحورت الصدمة التي أصابتني حول الحميمية والقبول بحيث صرت أشعر بحاجة دائمة إلى نوع من التعويض الزائد حتى أثبت لنفسي طيلة الوقت أنني محبوب وأنني مقبول من الطرف الآخر وبنتيجة هذا سرعان ما صرت ألاحق النساء مثل ما ينجذب مدمن على الكوكايين إلى تمثال كبير مصنوع من تلك المادة صرت واقعا في حب تلك الحالة إلى حد مفرط وسرعان ما وجدت نفسي أختنق بها لقد صرت كأنني لاعب لاعب أناني غير ناضج رغم كونه يتمتع بالسحر أحيانا ثم أنفقت نحو عشر سنين في سلسلة طويلة من العلاقات السطحية غير الصحية لم يكن الجنس هو ما أسعى إليه كثيرا رغم أنه كان شيئا ممتعا لقد كنت ساعيا خلف التأكيد على ذاتي وعلى صلاحيتي كنت مرغوبا وكنت محبوبا وللمرة الأولى طيلة الزمن الذي أستطيع تذكرة كانت لي قيمة وسرعان ما تحول توقي إلى التأكيد على ذاتي إلى عادة عقلية تمثلت في تضخيم الذات وفي المبالغة في تدليلها وإشباع رغباتها كنت أشعر أن من حقي قول أو فعل كل ما أريد قوله أو فعل وأن من حقي أن أخيب ثقة الآخرين فيي وأتجاهل مشاعر الناس ثم أبرر ذلك بأعذار واهية تافهة صحيح أن تلك الفترة كانت فيها لحظات من الإثارة والمتعة وصحيح أنني التقيت بعض النساء الرائعات إلا أن حياتي كانت طيلة الوقت مزرية إلى هذا الحد أو ذاك كنت عاطلا عن العمل في أوقات كثيرة وكنت أنام على أرائك الأصدقاء أو عند أمي وأشرب أكثر بكثير مما يجوز أن أشرب وأخسر علاقاتي بعدد من أصدقائي وعندما التقيت امرأة أعجبتني حقا كان الغماسي في نفسي كفيلا بأن يفسد كل شيء بسرعة كلما كان الألم أكثر عمقا ازداد إحساسنا بالعجز أمام مشكلاتنا وازداد شعورنا الباطل بالاستحقاق حتى نعوض عن هذه المشكلات يظهر هذا الشعور بالاستحقاق من خلال واحد من الشكلين التاليين واحد أنا شخص رائع وأنتم عاجزون ولا قيمة لكم جميعا وهكذا فأنا استحق معاملة خاصة اثنان أنا عاجز ولا قيمة لي وأنتم جميعا رائعون النتيجة أنا أستحق معاملة خاصة هاتان الذهنيتان مختلفتان من حيث المظهر الخارجي لكن لهم الجوهر الأناني نفسه والواقع أنك كثيرا ما تجد أصحاب الشعور الزائد بالاستحقاق يتأرجحون بين هاتين الحالتين إما أن تكون على قمة العالم أو أن يكون العالم كله فوقك وذلك بحسب كل يوم من أيام الأسبوع أو بحسب مقدار ما تصيبه من نجاح في كل لحظة بعينها يكون الناس على حق عندما يرون شخصا من أمثال جيمي إنسانا تافها نرجسيا إلى أقصى حد وهذا لأنه شديد الصفاقة فيما يتعلق بنظرته الواهمة إلى نفسه وأما ما يخطئ أكثر الناس تقييمه واعتباره شعورا زائدا بالاستحقاق فهو وضع الأشخاص الذين يشعرون دائما بأنهم أقل من غيرهم وبأنهم لا يستحقون العيش في هذا العالم أقول هذا لأن تفسير كل شيء في الحياة على نحو يجعلك ضحية دائمة لما يحدث من حولك يتطلب قدرا من الأنانية لا يقل عما تتطلبه الحالة المعاكسة وهو يتطلب القدر نفسه من الطاقة ومن التضخيم الواهم من شأن الذات حتى يبقى المرء ثابتا على اعتقاده بأن ما يعانيه من مشكلات غير قابل أبدا لأي حل وهي طاقة لا تقل عن الطاقة اللازمة لكي يشعر المرء بألا مشكلات لديه على الإطلاق الحقيقة أن ما من شيء يمكن اعتباره مشكلة شخصية غير موجودة إلا عندك أنت إن كانت لديك مشكلة فهناك فرصة لأن يكون ملايين الناس قد عانوا تلك المشكلة في الماضي أو يعانونها الآن أو سوف يعانون منها في المستقبل ومن المحتمل أيضا أن يكون من بين هؤلاء الناس أيضا أشخاص تعرفهم لا يعني هذا التقليل من المشكلة ولا يعني أنها يجب أن لا تكون مؤلمة لك وهو لا يعني أيضا إلغاء احتمال أن تكون ضحية حقيقية في بعض الظروف لا يعني هذا الكلام شيئا غير أنك لست شخصا خاصا فريدا مختلفا عن الآخرين كثيرا ما يكون هذا الإدراك إدراك هو أنك أنت ومشاكلك لست متميزين فيما يتعلق بحدة هذه المشاكل أو مدى إيلامها الخطوة الأولى الأكثر أهمية في اتجاه حل تلك المشكلات لكن الظاهرة ولسبب ما أن هناك عددا متزايدا ممن ينسون هذا الأمر من الشباب خاصة لقد لاحظ عدد كبير من التربويين والمدرسين نقصا في المرونة العاطفية وزيادة في المتطلبات الأنانية عند شباب اليوم وليس من غير المألوف في أيامنا هذه أن يجري حذف كتب مقررة من المنهاج الدراسي لصف من الصفوف لا لسبب إلا لأنها لم تعجب أحدا ما ويجري أيضا الصراخ على المتحدثين والأساتذة حتى ينزلوا عن المنابر ثم يمنعون من دخول الحرم الجامعي بعد ذلك بسبب مخالفات أو تجاوزات بسيطة جدا من قبيل الإشارة إلى عدم وجود ضرورة تستدعي أن يكون بعض أزياء الهالوين عدوانيا إلى هذا الحد ويلاحظ الاستشاريون النفسيون في المدارس زيادة أعداد الطلاب الذين تظهر عليهم علامات حادة للشدة النفسية والانفعالية أكثر من أي وقت مضى نتيجة حوادث عادية خلال حياتهم الدراسية من قبيل مشاجرة مع زملاء السكن أو تلقي درجة متدنية في اختبار دراسي ما من الغريب في هذا الزمن الذي صرنا فيه أكثر اتصالا من أي وقت سابق أن يبدو ذلك الشعور الزائد بالاستحقاق أعلى من أي وقت مضى والظاهر أن في التكنولوجيا الحديثة ما يسمح لإحساسنا بعدم الأمان أو بقلة الأمان أن يزداد زيادة مسعورة لم نعرفها من قبل كلما امتلكنا حرية أكبر في التعبير عن أنفسنا كلما صرنا أكثر رغبة في التحرر من اضطرارنا إلى التعامل مع أي إنسان من المحتمل أن يختلف معنا أو من المحتمل أن يسبب لنا انزعاجا ما وكلما صرنا أكثر اطلاعا على وجهات النظر المتعارضة كلما بدأ أننا نغدو أكثر انزعاجا من وجود وجهات النظر المخالفة لوجهات نظرنا وكلما صارت حياتنا أكثر سهولة وأكثر خلوا من المشاكل كلما بدأ أن لدينا شعورا زائدا بأن من حقنا أن تتناقص تلك المشاكل أكثر فأكثر لا شك أبدا في روعة المزايا التي يتيحها لنا كل من الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ومن نواحي كثيرة يمكن القول إن الحياة في زماننا هذا أحسن من أي وقت في التاريخ كله لكن لعل لهذه التكنولوجيا بعض الآثار الاجتماعية الجانبية غير المقصودة ولعل هذه التكنولوجيا نفسها التي حررتنا وعلمتنا الكثير تقوم في الوقت نفسه بتعزيز شعور الناس الزائد بالاستحقاق أكثر من أي وقت مضى طغيان الاستثناء يتمتع أكثر الناس بسوية متوسطة في معظم الأشياء التي يفعلونها وحتى إذا كنت استثنائيا في أمر من الأمور فمن المحتمل تماما أن تكون شخصا عاديا أو حتى أقل من عادي في معظم الأمور الأخرى هذه هي طبيعة الحياة حتى تكون عظيما حقا في أمر من الأمور لابد لك من تكريس الكثير الكثير من الوقت والطاقة من أجل هذا الأمر وبما أن لدينا كلنا وقتا محدودا وطاقة محدودة فإن قلة صغيرة منا تتمكن من أن تصير استثنائية حقا في أكثر من أمر واحد هذا إذا استطاعت أن تكون استثنائية أصلا في هذه الحالة يمكننا القول إن من غير المحتمل أبدا من الناحية الإحصائية أن يكون شخص من الأشخاص صاحب أداء فائق في مجالات الحياة كلها أو حتى في عدد كبير من مجالات الحياة غالبا ما يكون رجال الأعمال اللامعون فاشلين تماما في حياتهم الشخصية وغالبا ما يكون الرياضيون المتميزون أشخاصا بليدين ذوي تفكير ضحل كأن الواحد منهم صخرة كبيرة من غير عقل وهناك الكثير الكثير من المشاهير الذين من المحتمل تماما أن يكونوا مع دوم الخبرة في الحياة مثلهم مثل الناس الذين يحدقون بهم تحديقا أبلا ويقلدون كل حركة من حركاتهم نحن جميعا أو الأغلبية العظمى منا بشر متوسطون عاديون لكن الحالات الحدية هي التي تحظى بالشهرة كلها ونحن نعرف هذا على نحو ما لكننا لا نفكر فيه ولا نتحدث عنه إلا نادرا كما أننا لا نناقش أبدا تلك النواحي التي يمكن أن تجعل من هذا الأمر مشكلة إن وجود الإنترنت وغوغل وفيسبوك ويوتيوب إضافة إلى إمكانية الوصول إلى أكثر من خمسمائة قناة تلفزيونية أمر رائع حقا لكن انتباهنا محدود وليست لدينا طريقة تسمح لنا بمعالجة هذه الأمواج الهائلة من المعلومات التي تجتاحنا على نحو مستمر من هنا فإن وحدات المعلومات التي تفلح في لفت انتباهنا هي الوحدات الاستثنائية حقا وهذا لا يتجاوز نسبة واحد من مئة ألف طيلة اليوم وفي كل يوم تأتينا كميات ضخمة من تلك الأشياء الاستثنائية حقا يأتينا أفضل الأفضل ويأتينا أسوأ الأسوأ تأتينا أكبر الإنجازات الرياضية وأقوى النكات وأكثر الأخبار إزعاجا وأكثر الأخطار هولا يأتينا هذا كله من غير توقف أبدا تمتلئ حياتنا اليومية بمعلومات آتية من الحدين الأقصيين من مجال التجربة البشرية الواسع لأن هذا ما يلفت الأنظار في مجال الإعلام ولأن ما يلفت الأنظار يدر مالا هذه هي حقيقة الأمر لكن النسبة الكبرى من الحياة الواقعية موجودة في المنطقة الوسطى ليست النسبة الكبرى من الحياة الحقيقية استثنائية بأي معنى من المعاني بل هي عادية تماما لقد أدى هذا الفيض من المعلومات الحدية المتطرفة إلى إعادة صياغتنا على نحو يجعلنا نظن أن الاستثناء هو الناظم الجديد للأشياء ولأننا كلنا بشر عاديون معظم الوقت فإن فيضان المعلومات الاستثنائية يدفع بنا إلى الشعور بقدر كبير من القنوط وقلة الأمان لأن من الواضح أننا على نحو ما لسنا مثل أولئك الناس لسنا جيدين بما فيه الكفاية وهكذا فإننا نحس أكثر فأكثر بحاجة إلى التعويض عن ذلك كله من خلال الشعور الزائد بالاستحقاق ومن خلال الإدمان إننا نتلاءم مع تلك الحالة باستخدام الطريقة الوحيدة التي نعرف كيفية استخدامها إما من خلال تضخيم الذات أو من خلال تضخيم الآخرين يفعل بعض الناس هذا عن طريق طبخ خطط عجيبة للإثراء سريعا ويفعله آخرون من خلال الارتحال في العالم لإنقاذ الأطفال الذين يتضورون جوعا في أفريقيا ويفعل غيرهم ذلك عن طريق التفوق في المدرسة والفوز بالجوائز كلها ويفعل غيرهم هذا عن طريق إطلاق النار على إحدى المدارس ويفعل غيرهم هذا من خلال محاولة ممارسة الجنس مع كل ما يتكلم ويتنفس هذا كله تعبير فاقع عن تنامي ثقافة الشعور الزائد بالاستحقاق التي تحدثت عنها آنفا غالبا ما تلقى لائمة هذا التحول الثقافي على الجيل الذي بلغ سن النطج مع بداية الألفية الثالثة لكن السبب في هذا قد يكون أن هذا الجيل هو الأكثر تواصلا والأكثر وضوحا للأنظار والحقيقة أن الميل في اتجاه الشعور الزائد بالاستحقاق واضح في قطاعات المجتمع كلها وأظنه على صلة وثيقة بالنزوع إلى كل ما هو استثنائي ذلك النزوع الذي تسوقنا إليه وسائل الإعلام الجماهيرية المشكلة هي أن الانتشار الواسع لتكنولوجيا الاتصالات وللتسويق الجماهيري يدمر نظرة كثير من الناس إلى أنفسهم إن هذا الإغراق بكل ما هو استثنائي يجعل الناس يشعرون بالسوء تجاه أنفسهم ويجعلهم يحسون حاجة شديدة إلى أن يكونوا أكثر تميزا وأكثر راديكالية وأكثر تأكيدا لذواتهم حتى يصيروا أشخاصا بارزين أو حتى يصيروا أشخاصا لهم أهمية ما أو تميز ما مهما تكن تلك الأهمية ومهما يكن ذلك التميز عندما كنت شابا في أوائل العمر كان إحساسي بقلة الأمان فيما يتعلق بالأمور الخصوصية يزداد بل يتفاقم نتيجة قصص الرجولة السخيفة كلها التي يشيع تداولها في ثقافة البوب لا تزال تلك القصص شائعة إلى الآن حتى تكون شابا جذابا عليك أن تحتفل مثل ما يفعل نجوم الروك وحتى تكون محترما لا بد لك من أن تكون محط إعجاب النساء هذا فضلا عن قصة أن الجنس هو أكثر الأشياء قيمة مما يمكن للرجل الحصول عليه وهو يستحق التضحية بكل شيء من أجل الحصول عليه بما في ذلك كرامتك الشخصية يفاقم هذا التيار المستمر من الإعلام غير الواقعي إحساسنا الموجود بقلة الأمان من خلال زيادة احتكاكنا بالمعايير غير الواقعية التي نعجز عن مسايرتها فنحن لا نشعر أننا معرضون لمشكلات غير قابلة للحل فحسب بل نرى أنفسنا فاشلين أيضا لأن نتائج بحث بسيط على جوجل تجعلنا نرى آلاف الأشخاص الذين ليست لديهم مشكلات مثل مشكلاتنا تحل التكنولوجيا المشكلات الاقتصادية القديمة من خلال منحنا مشكلات نفسية جديدة ولا يقدم إلينا الإنترنت المعلومات ذات المصادر المفتوحة فحسب بل يقدم إلينا أيضا إحساسا مفتوح المصادر بقلة الأمان والشك في الذات والشعور بالخجل منها لكن إذا لم أكن خاصا أو استثنائيا فما الغاية؟ لقد صار جزءا مقبولا من ثقافتنا اليوم أن نؤمن بأن من المقدر لنا جميعا أن نفعل شيئا استثنائيا حقا هذا ما يقوله المشاهير وهذا ما يقوله كبار أقطاب الأعمال وهذا ما يقوله السياسيون بل إن أوبرا وينفري تقوله أيضا يعني أن هذا صحيح بالتأكيد يمكن لكل واحد مننا أن يكون استثنائيا متفوقا ونحن نستحق العظمة جميعنا وأما حقيقة أن هذه الفكرة تحمل تناقضا ذاتيا واضحا كفيلا بهدمها في نهاية المطاف إذا كان كل شخص استثنائيا فلا أحد استثنائي بالتعريف لا ينتبه إلى ذلك معظم الناس وبدلا من التساؤل عما نستحقه فعلا أو عما لا نستحقه فإننا نبتلع تلك الرسالة ثم نطلب المزيد وقد صار كون المرء عاديا أو متوسطا المعيار الجديد للفشل أسوأ ما يمكنك تحقيقه هو أن تكون في وسط القطيع في وسط المجال الإحصائي فعندما يصير معيار ثقافة النجاح أن تكون استثنائيا يصير من الأفضل أن تكون عند النهاية السفلة للمنحنى البياني بدلا من أن تكون في منتصفه لأنك تظل خاصا في تلك الحالة وتستلفت الأنظار يختار كثير من الناس هذه الاستراتيجية وذلك حتى يثبتوا أمام الجميع أنهم الأكثر تعاسى أو الأكثر اضطهادا أو الأكثر تعرضا للأذى أو حتى الأكثر شرا يخشى كثير من الناس قبول تواضع الحال لأنهم يظنون أن قبوله سيؤدي بهم إلى عدم إنجاز أي شيء وإلى عدم تحقيق أي تقدم ويخشون أن تصير حياتهم كلها غير ذات معنى في نظر أي إنسان هذا نوع خطر من التفكير فما أن تقبل فرضية أن الحياة لا تصير ذات قيمة إلا إذا كانت مرموقة أو عظيمة حتى يصير معنى هذا أنك تقبل من حيث الأساس حقيقة أن معظم بني البشر فاشلون لا قيمة لهم بمن فيهم أنت ومن الممكن أن تتحول هذه الذهنية تحولا سريعا إلى شيء خطير عليك وعلى الآخرين وأما الأشخاص النادرون الذين يصيرون استثنائيين حقا في شيء ما فهم لا يفعلون هذا لأنهم يرون أنفسهم استثنائيين على العكس تماما إنهم يصيرون أشخاصا مدهشين لأنهم مسكونون بهاجس تطوير أنفسهم وتحسينها وينبع هذا الهاجس من قناعة راسخة لديهم بأنهم ليسوا عظماء على الإطلاق في حقيقة الأمر هذا نقيض الشعور الزائد بالاستحقاق والناس الذين يصيرون عظماء في شيء ما يصيرون عظماء لأنهم يفهمون أنهم لم يكونوا كذلك في الأصل إنهم عاديون متواضع الحال متوسطون لكنهم يرون أنهم قادرون على أن يكونوا أحسن من ذلك ليس هذا الكلام كله عن أن كل إنسان يستطيع أن يكون استثنائيا وأن يحقق أشياء عظيمة إلا تلاعبا بالأنا لديك إنها رسالة لذيذة الطعم عند ابتلاعها لكنها ليست في حقيقة الأمر إلا طعاما خاليا من الحريرات يجعلك بدينا منتفخا من الناحية العاطفية الانفعالية إنه شطيرة مكدونالز الضخمة اللفظية من أجل تغذية قلبك وعقلك مفتاح صحتك العقلية هو تماما مثل مفتاح صحتك الجسدية تناول ما يلزمك من خضر أي قبول حقائق الحياة العادية حقائق من قبيل أفعلك ليست لها في واقع الأمر أهمية كبرى على مسار الأشياء العام والشطر الأعظم من حياتنا سيكون مملا ليس فيه ما يلفت الأنظار إلا أن هذا شيء لا بأس فيه ستجد طعم هذا الطبق من الخضر رديئا أول الأمر ستجده رديئا جدا وسوف تحاول أن تتجنب قبوله لكنك لن تلبث أن تخضم هذا الطبق فيستيقظ جسدك في الصباح التالي وهو يشعر بمزيد من القدرة والحيوية وعلى الأقل ستجد أن ذلك الضغط الدائم الذي يدفعك إلى أن تكون شيئا مدهشا إلى أن تكون شيئا كبيرا قد انزاح عن ظهرك وسوف يتبدد الضغط النفسي والقلق الناجمان عن شعورك الدائم بعدم الجدارة وبالحاجة الدائمة إلى إثبات نفسك ثم إن معرفتك بوجودك الدنيوي وقبولك لهذا الوجود تحررك حتى تتمكن من إنجاز ما أنت راغب حقا في إنجازه من غير تأثر بأحكام الآخرين ومن غير توقعات كبيرة لا أساس لها وسوف يصير لديك تقدير متنام لتجارب الحياة الأساسية مسرة الصداقة البسيطة ومسرة ابتكار شيء ما أو مساعدة شخص في ضيق أو قراءة كتاب جيد أو الضحك مع شخص يهم كأمره هل تبدو هذه الأشياء مضجرة لأنها أشياء عادية؟ لكن لعلها عادية لسبب وجه تماما هي عادية لأنها كل ما له أهمية حقا الفصل الرابع قيمة المعاناة وفي السادس والعشرين من كانون الأول من سنة الف وتسعمائة وأربعة وأربعين جرى إرسال الملازم هيرو أونودا الضابط في الجيش الإمبراطوري الياباني إلى جزيرة لوبانغ الصغيرة في الفلبين كانت الأوامر التي تلقاها تقضي بأن عليه إبطاء تقدم قوات الولايات المتحدة الأمريكية إلى أقصى حد ممكن والثبات والقتال مهما تكون التكلفة وعدم الاستسلام على الإطلاق كان ذلك الملازم وقائده مدركان تماما أنها مهمة انتحارية في حقيقة الأمر وفي شهر شباط ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين وصلت القوات الأمريكية إلى جزيرة لوبانغ واستولت عليها بقوة كاسحة فخلال أيام معدودة قتل أو استسلم معظم الجنود اليابانيين لكن أونودا وثلاثة من رجاله نجحوا في الاختفاء في الأدغال ومن هناك راحوا يشنون حرب عصابات ضد القوات الأمريكية فيهاجمون خطوط الإمداد ويطلقون النار على جنود فرادة ويهاجمون القوات الأمريكية بأية طريقة يستطيعونها وفي شهر آب من ذلك العام أي بعد ستة أشهر ألقت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلتين ذريتين على مدينتي هيروشيما ونجزاكي فاستسلمت اليابان وبلغت أشد الحروب هولا في تاريخ البشر نهايتها المأساوية إلا أن آلاف الجنود اليابانيين ظلوا مبعثرين في جزر كثيرة في المحيط الهادي وكان أكثرهم مختبئا في الأدغال على غرار الملازم أونودا لم يعرف هؤلاء أن الحرب قد انتهت لقد وصلوا القتال مثل ما كانوا يفعلون من قبل كانت هذه مشكلة حقيقية في وجه إعادة بناء شرق آسيا بعد الحرب فاتفقت الحكومات على ضرورة فعل شيء ما ألقت قوات الولايات المتحدة بالتعاون مع حكومة اليابان آلاف المناشير في منطقة المحيط الهادي كلها معلنة فيها أن الحرب قد انتهت وأن الوقت قد حان لكي يعود كل واحد إلى بيته ومثل ما حدث مع كثيرين غيرهم عثر أونودا ورجاله على بعض تلك المناشير إلا أنه قرر على عكس الآخرين أنها كاذبة وأنها فخ تنصبه القوات الأمريكية لجعل مقاتل الأدغال يظهرون أنفسهم أحرق أونودا تلك المناشير وظل مختبئا مع رجاله وتابعوا القتال مرت خمس سنوات وتوقف إسقاط المناشير وعاد القسم الأكبر من القوات الأمريكية إلى الوطن حاول سكان جزيرة لوبانغ العودة إلى حياتهم الطبيعية حياة الزراعة وصيد الأسماك لكن هيرو أونودا ورجاله واصلوا إطلاق النار عليهم وحرق محاصيلهم وسلب مواشيهم وقتل من يغامر منهم بالتوغل بعيدا في الأدغال وعند ذلك قررت حكومة الفلبين طباعة مناشير جديدة وتوزيعها في الغابات كانت تلك المناشير تقول أخرجوا لقد انتهت الحرب لقد خسرتم الحرب لكن الملازمة أونودا تجاهل هذه المناشير أيضا وفي سنة 1952 قامت الحكومة اليابانية بمسعى أخير لسحب آخر الجنود الباقين من أماكن اختبائهم في جزر المحيط الهادي وفي هذه المرة جرى إسقاط صور ورسائل من أهالي هؤلاء الجنود عن طريق الطائرات إضافة إلى رسالة شخصية من أمبراطور اليابان نفسه ومن جديد رفض أونودا تصديق أن تلك الأخبار كانت صحيحة كان مقتنعا هذه المرة أيضا بأن إسقاط تلك الرسائل ليس إلا خدعة من جانب الأمريكيين ومن جديد واصل أونودا القتال مع جنوده مرت بضع سنوات أخرى وسائم سكان تلك المنطقة في الفلبين خوفهم المستمرة من هذا الوضع فحملوا السلاح وراحوا يقاتلون أولئك الجنود وفي عام 1959 استسلم واحد من رفاق الملازم أونودا وقتل واحد آخر وبعد عشر سنين من ذلك قتل آخر رفاق أونودا كان اسمه كوزوكا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بينما كان يحرق حقول الأرز كان لا يزال يحارب السكان المحليين بعد ربع قرن من نهاية الحرب العالمية الثانية أما أونودا الذي أنضى أكثر من نصف حياته في أدغال جزيرة لوبانغ فقد صار وحيدا وفي سنة 1972 بلغت اليابان أنباء مقتل كوزوكا فسببت ضجة هناك كان الشعب الياباني يظن أن آخر الجنود من فترة الحرب قد عاد إلى البلاد قبل سنوات من ذلك راحت وسائل الإعلام اليابانية تطرح السؤال التالي إذا كان كوزوكا قد ظل في جزيرة لوبانغ حتى سنة 1972 فمن الممكن أن يكون الملازم أونودا نفسه أي آخر جندي ياباني من الحرب العالمية الثانية لا يزال حيا أيضا وفي تلك السنة أرسلت حكومة اليابان والفلبين فرقا للبحث عن ذلك الملازم اللغز الذي صار أسطورة وبطلا وشبحا أيضا لكنهم لم يجدوا أحدا ومع مر الشهور تحول الملازم أونودا إلى شيء يشبه أسطورة في اليابان بطل الحرب الذي يبدو مجنونا إلى حد يجعل من الصعب تصديق أنه موجود حقا انتقده البعض وحوله البعض الآخر إلى صورة رومانسية في حين رأى آخرون أنه جزء من قصة خيالية اخترع هؤلئك الذين لا يزالون متمسكين بالرغبة في الإيمان باليابان القديمة التي كفت عن الوجود منذ زمن بعيد وفي ذلك الوقت تقريبا سمع شاب اسمه نوريو سوزوكي اسم أونودا للمرة الأولى كان سوزوكي الشاب شخصا مغامرا مستكشفا وكان هيبيا بعض الشيء لقد ولد بعد نهاية الحرب ثم ترك المدرسة وأمضى أربع سنوات في التجول في أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا حيث كان ينام على مقاعد الحدائق وفي سيارات أشخاص غرباء وفي زنزانات السجون وتحت النجوم كان يعمل في المزارع مقابل طعامه ويتبرع بالدم حتى يتمكن من دفع المال لبعض الأماكن التي يبيت فيها كان صاحب روح حرة ولعله كان مجنونا بعض الشيء وفي سنة 1972 وجد سوزوكي نفسه في حاجة إلى مغامرة جديدة كان قد عاد إلى اليابان بعد أسفاره كلها ووجد المعايير الاجتماعية الصارمة والهرمية الاجتماعية المحكمة شيئا خانقا كان يكره المدرسة ولم يستطع الثبات في وظيفة من الوظائف أراد أن يعود إلى ارتحاله وأن يعود بمفرده مثل ما كان جاءت أسطورة الملازم هيرو أونودا إجابة على مشكلات سوزوكي هذه مغامرة جديدة تستحق الاندفاع فيها آمن سوزوكي بأنه الشخص القادر على العثور على أونودا صحيح أن فرق البحث التي أرسلتها حكومات اليابان والفلبين والولايات المتحدة الأمريكية عجزت عن العثور على أونودا كما لم يحالف الحظ قوات الشرطة التي ظلت تمشط الأدغال قرابة ثلاثين عاما ولم تظهر أي استجابة لآلاث المنشورات التي ألقيت هناك لكن فليكن ما يكون سوف يعثر عليه هذا الهيبي الفاشل الذي ترك الدراسة سافر سوزوكي الأعزل من السلاح الذي لم يتلقى أي نوع من التدريب على أعمال الاستطلاع والتكتيكات القتالية إلى جزيرة لوبانغ وبدأ التجول في الأدغال وحيدا كانت خطته بسيطة يصرخ باسم أونودا بصوت مرتفع حقا ويقول له إن امبراطور اليابان قلق عليه والعجيب أنه وجد أونودا بعد أربعة أيام ظل سوزوكي بعض الوقت في الغابات مع أونودا في ذلك الوقت كان قد مرت سنة تقريبا على بقاء الملازم وحيدا هناك وما إن صادف سوزوكي حتى رحب بصحبته وأظهر توقا شديدا إلى معرفة أخبار ما يحدث في العالم من مصدر ياباني يستطيع أن يثق به صار الرجلان صديقين على نحو ما سأل سوزوكي الملازم أونودا عن السبب الذي جعله يظل هناك ويواصل القتال كانت إجابة أونودا بسيطة لقد تلقى أوامر بعدم الاستسلام أبدا وهكذا بقي هناك لقد ظل قرابة ثلاثين عاما ملتزما بتلك الأوامر وقد سأل أونودا سوزوكي عن السبب الذي يجعل الشابا هيبيا مثله يأتي باحثا عنه أجابه سوزوكي قائلا إنه ترك اليابان بحثا عن ثلاثة أشياء الملازم أونودا ودب الباندا ورجل الثلج المخيف هكذا كانت سلسل الأهداف الثلاثة التقى هذان الرجلان في ظل أكثر الظروف غرابة مغامران عقد العزم على ملاحقة صورة زائفة للمجد كأنهما نسخة يابانية حقيقية عن دونكي شوت وسانشوبانزا رجلان عالقان معا في وسط أدغال الفلبين النائية الرطبة يتخيلان نفسيهما بطلين رغم كونهما وحيدين معدمين تماما ورغم كونهما لا يفعلان شيئا هنا كان أونودا قد كرس القسم الأكبر من حياته حتى ذلك الوقت من أجل حرب غير موجودة وكان سوزوكي مستعدا لتقديم حياته أيضا فبعد أن عثر على الملازم هيرو أونودا وعلى دب الباندة صار مستعدا لأن يموت في جبال الهملايا بعد عدة سنوات من ذلك وهو يبحث عن رجل الثلج المخيف كثيرا ما يختار الإنسان تكريس قسم كبير من حياته من أجل قضية قد تبدو ضارة أو عدمة النفع لا معنى لتلك القضية من حيث الظاهر إن من الصعب تخيل كيف كان ممكن للملازم أونودا أن يكون سعيدا في تلك الجزيرة طيلة ثلاثين عاما وهو يعيش على الحشرات والقوارض وينام على الأرض الترابية ويقتل أشخاص مدنيين سنة بعد سنة أو ما جعل سوزوكي يسير إلى حتفه من غير نقود ولا رفيق ولا غاية غير ملاحقة رجل الثلج الخيالي لكن أونودا قال في وقت لاحق من حياته إنه ليس نادما على أي شيء قال إنه فخور حقا بخيراته وبالزمن الذي أمضاه في جزيرة لوبانغ وقال إنه مما يشرفه أنه كرس جزءا كبيرا من حياته لخدمة امبراطور لم يعد موجودا ومن المرجح أن سوزوكي كان سيقول شيئا مماثلا لو أنه بقي حيا إنه غير نادم على شيء لأنه أمضى حياته في فعل ما هو مخلوق من أجله لقد اختار كل من هذين الرجلين المعاناة التي أراداها اختار الملازم هيرو أونودا المعاناة وفاءا لإمبراطور الميت واختار سوزوكي المعاناة من أجل المغامرة بصرف النظر عن جنون مغامراته وبالنسبة لكل واحد من هذين الرجلين كان لتلك المعاناة معنا حقيقي لأنها قدمت في سبيل خدمة قضية كبرى ولأنها كانت تعني شيئا فقد كان قادرين على احتمالها بل لعلهما كان مستمتعين بها أيضا إذا كانت المعاناة أمرا لا مهرب منه وإذا كانت مشكلاتك في الحياة أمرا لا يمكن تفادية فإن السؤال الذي يجب أن نطرحه ليس كيف أوقف المعاناة بل لماذا أعاني ولأي غاية وعلى هذا الجواب تتوقف قدرتك على تقبل ما تعانيه أو إيجاد الحل الذي يريحك عاد هيرو أونودا إلى اليابان في سنة 1974 وصار له شيء من الشهرة في بلاده بدأ ينتقل بين البرامج التلفزيونية والمحطات الإذاعية وصار السياسيون حريصين على مصافحته ثم نشر كتابا عن حياته بل إن الحكومة قدمت له مبلغا كبيرا من المال إلا أن ما وجده عندما عاد إلى اليابان أصابه بالذعر ثقافة استهلاكية رأس مالية سطحية ضيعت تقاليد الشرف والتضحية التي نشأ عليها جيله كله حاول أونودا استخدام شهرته المفاجئة من أجل تعزيز قيم اليابان القديمة لكن مجتمعه الجديد أعاره أذنا صماء كان الناس يعتبرونه شيئا للفرجة وليس شخصا جديا صاحب فكر رجل ياباني خرج فجأة من آلة الزمن لنتفرج عليه كأنه عجيبة من العجائب أو كأنه أثر قديم في متحف ما ولعل المفارقة الكبرى أن الملازم أونودا صار أكثر اكتئابا مما كان عليه في الأدغال طيلة ثلاثين عاما لأن حياته هناك كانت من أجل شيء ما على الأقل كان لها معنى وهذا المعنى هو ما جعل معاناته شيئا يمكن احتماله بل جعلها شيئا مرغوبا فيه أيضا أما بعد عودته إلى اليابان التي صار يعتبرها أمة من الأشخاص الفارغين الهيبيين والنساء المتهتكات بملابسهن الغريبة فقد واجهته الحقيقة التي لا مهرب منها لم يكن لقتاله أي معنى إن اليابان التي عاش وقاتل من أجلها لم تعد موجودة لقد مزقه إدراك هذه الحقيقة أكثر مما فعل به الرصاص طيلة حياته بما أن معاناته كلها كانت من غير معنى فقد أدرك الحقيقة المخيفة على نحو المفاجئ ثلاثون سنة من عمره ضاعت هباء وهكذا حزم الملازم أونودا حقائبه في سنة ألف وتسعمائة وثمانين ورحل إلى البرازيل فأقام فيها حتى مات بصلة إدراك الذات إدراك الذات يشبه البصلة إن له طبقات كثيرة وكلما قشرت هذه الطبقات واحدة بعد أخرى كلما كان من المحتمل أن تذرف الدموع في أوقات غير مناسبة فلنقل إن الطبقة الأولى من بصلة إدراك الذات هي فهم المرء الأولي البسيط لمشاعره وانفعالاته هنا أشعر بالسعادة هذا يجعلني حزينا هذا يمنحني أملا ومما يؤسف له أن هناك أشخاص كثيرين يفشلون حتى على هذا المستوى الأولي من إدراك الذات أعرف هذا لأنني واحد منهم في بعض الأحيان أتبادل مع زوجتي حوارا مضحكا يسير على النحو التالي هي ماذا بك أنا لا شيء لا شيء على الإطلاق هي لا هناك شيء ما قل لي أنا أنا بخير أنا بخير حقا هي هل أنت واثق من هذا؟ يبدو عليك الانزعاج أنا مع ضحكة عصبية حقا لا إنني بخير جديا تمر ثلاثون دقيقة أنا هذا ما يجعلني منزعجا حقا بل غاضبا إن ذلك الشخص يتصرف معظم الوقت كما لو أنني غير موجود أبدا إن لدى كل واحد مننا نقاط انفعالية عمياء وغالبا ما تكون هذه النقاط العمياء على صلة بمشاعر وانفعالات تعلمنا خلال نشأتنا أنها غير مناسبة ولا بد من سنين من التجارب والجهد حتى يصير المرء ماهرا في تحديد النقاط العمياء في نفسه ثم يعبر تعبيرا مناسبا عن الانفعالات المرتبطة بتلك النقاط العمياء لكن هذا أمرا في غاية الأهمية وهو يستحق الجهد المبذول من أجله وأما الطبقة الثانية من طبقات بصلة إدراك الذات فهي قدرتنا على السؤال عن السبب الذي يجعلنا نحس هذه المشاعر والانفعالات بعينها إن أسئلة لماذا أسئلة صعبة وقد تلزمنا شهور أو سنين حتى نتوصل إلى إجابة متسقة دقيقة عليها يحتاج أكثر الناس إلى الذهاب إلى معالج نفسي حتى يستمع إلى هذه الأسئلة للمرة الأولى في حياتهم وهي أسئلة مهمة لأنها تلقي ضوءا على ما نعتبره نجاحا أو فشلا لماذا تشعر بالغضب؟ ألأنك فشلت في تحقيق هدف ما؟ ولماذا تحس نفسك كسولا متبلدا من غير حافز يدفعك إلى فعل شيء؟ ألأنك لا ترى نفسك جيدا إلى هذا الحد؟ تساعدنا هذه الطبقة من الأسئلة في فهم السبب الأصلي للمشاعر التي تطغى علينا وعندما نفهم ذلك السبب الأصلي نصير قادرين على فعل شيء ما من أجل تغييره لكن هناك مستوى آخر في بصلة إدراك الذات مستوى أكثر عمقا وهذا المستوى هو ما يسبب ذرف الدموع أكثر من أي مستوى آخر إنه مستوى قيمنا الشخصية لماذا أعتبر هذا الشيء نجاحا أو فشلا؟ وكيف أختار أن أقيس نفسي؟ بأي معيار أحكم على نفسي وعلى الناس الذين من حولي؟ إن الوصول إلى هذا المستوى صعب إلى حد لا يصدق فهو في حاجة إلى تساؤل وجهد مستمرين لكنه المستوى الأكثر أهمية لأن قيمنا تحدد طبيعة مشكلاتنا ولأن طبيعة مشكلاتنا تحدد جودة حياتنا إن القيم كامنة تحت كل ما نحن عليه وتحت كل ما نفعله إذا كان ما نعتبره ذا قيمة أمرا غير مفيد وإذا أسأنا اختيار ما نعتبره نجاحا أو فشلا فإن كل شيء مبني على تلك القيم الأفكار والانفعالات والمشاعر اليومية سيسقط كله كل ما نفكر فيه وكل ما نحسه تجاه شيء ما عائد في آخر الأمر إلى مقدار القيمة التي نجدها في هذا الشيء يظهر لدى أكثر الناس عجز مخيف عن الإجابة على أسئلة لماذا؟ هذه إجابة صحيحة وهذا ما يحول بينهم وبين التوصل إلى معرفة أعمق لقيمهم من المؤكد أنهم سيقولون إن الصدق والصداقة الحقيقية قيمتان كبيرتان لكنهم لا يلبثون أن يكذبوا عندما يتحدثون عنك من خلف ظهرك وذلك حتى يتحسن إحساسهم تجاه أنفسهم قد يرى الناس أنهم يشعرون بالوحدة وأما عندما يسألون أنفسهم عن السبب الذي يجعلهم يحسون هكذا فإنهم يكونون أكثر ميلا إلى البحث عن طريقة تسمح لهم بإلقاء اللوم على الآخرين كلهم سيئون لا أجد أحدا يفهمني وهكذا فإنهم يمعنون في تفادي مواجهة مشكلتهم بدلا من البحث الحقيقي عن حل لها هناك أشخاص كثيرون يظنون مخطئين أن هذا هو إدراك الذات لكنهم لو كانوا قادرين على المضي إلى ما هو أعمق من ذلك والنظر إلى القيم الكامنة لديهم فسوف يرون أن تحليلهم الأصلي كان قائما على تجنب تحمل مسؤولية مشكلتهم بدلا من تحديد المشكلة تحديدا صائبا كانوا سيرون أن القرارات التي اتخذوها استندت إلى محاولة البحث عن خلاص سريع بدلا من السعي إلى السعادة الحقيقية وأيضا يتجاهل معظم مرشد المساعدة الذاتية هذا المستوى الأكثر عمقا لوعي الذات فهم يأخذون أشخاص يشعرون بالتعاسى لأنهم يريدون أن يكونوا أثرياء فيقدمون إليهم مختلف أنواع النصائح عن كيفية التوصل إلى جني مزيد من المال لكنهم يتجاهلون طيلة الوقت الأسئلة الهامة المستندة إلى القيم لماذا يشعرون بهذه الحاجة إلى الثراء أصلا وكيف يقيسون النجاح أو الفشل حين يتعلق الأمر بأنفسهم أما من قيمة بعينها يمكن التوصل إلى أنها السبب الأصلي لقلة سعادتهم وليس حقيقة أنهم لم يستطيعوا شراء سيارة فاخرة حتى الآن إن القدر الأكبر من النصائح في هذه الحالة ينطلق من العمل على المستوى الضحل أي الاكتفاء بمحاولة جعل إحساس الناس تجاه أنفسهم طيبا على المدى القصير في حين تبقى المشكلات الحقيقية بعيدة المدى من غير حل على الإطلاق قد تتغير أحاسيس الناس وأفكارهم لكن القيام العميقة والمعايير التي يمكن أن يجري تقدير هذه القيام بها تظل هي نفسها هذا ليس تقدما حقيقيا إنه طريقة أخرى فحسب للحصول على حلول سريعة سهلة إن الاستجواب الصادق للنفس أمر صعب وهو يستلزم أن تطرح على نفسك أسئلة لا تريحك الإجابة عليها وبحسب تجربتي فإن احتمال أن تكون تلك الإجابات حقيقية صادقة يزداد كلما كانت الأسئلة غير مريحة لأصحابها توقف لحظة وفكر في شيء يزعجك حقا والآن اسأل نفسك عن السبب الذي يجعل هذا الشيء مزعجا هناك احتمال حقيقي لأن تشتمل الإجابة على فشل من نوع ما ثم تأمل هذا الفشل واسأل نفسك عن السبب الذي يجعله يبدو لك فشلا حقيقيا ماذا لو أن ذلك الفشل ليس فشلا في حقيقة الأمر ماذا لو كنت أنت الذي ينظر إليه بطريقة غير صحيحة إليكم مثالا حديث العهد من حياتي الشخصية يزعجني كثيرا أن أخي لا يرد على رسائلي لماذا؟ لأن لديه رغبة في عدم الاهتمام بي ولماذا يبدو لك هذا حقيقيا لأنه إن أراد أن تكون بيننا علاقة فهو قادر على تخصيص عشر ثوان من يومه لكي يرد على رسائلي ولماذا يبدو لك نعدام وجود علاقة مع أخيك فشلا لك؟ لأننا شقيقان من المفترض أن تكون العلاقة بيننا حسنة ثم تأمران يفعلان فعلهما هنا قيمة أتمسك بها كثيرا وسيلة قياس اعتدت استخدامها لتقدير مدى التقدم في اتجاه تلك القيمة القيمة التي عندي من المفترض أن تكون بين الأشقاء علاقة طيبة والمقياس التواصل عن طريق الرسائل أو الهاتف هكذا أقيس نجاحي في أن أكون أخا إنني أجعل نفسي أبدو فاشلا لأنني أتمسك بهذا المقياس وهذا ما يفسد نهاري عادة يمكننا التعمق أكثر من ذلك من خلال تكرار العملية نفسها لماذا يفترض أن يكون الأشقاء على علاقة طيبة؟ لأنهم أفراد عائلة واحدة ومن المفترض أن تكون هناك علاقة وثيقة بين أفرادها ولماذا يبدو لك هذا حقيقيا؟ لأن من المفترض أن تعني لك عائلتك أكثر مما يعنيه لك أي شخص آخر ولماذا يبدو هذا لك صحيحا؟ لأن وجود علاقة وثيقة تربطك بعائلتك هو الشيء الطبيعي والصحي والحالة ليست هكذا عندي لقد كان واضحا في هذا الحوار أن القيمة الكامنة لدي هي وجود علاقة طيبة مع أخي لكني لا أزال أعاني مشكلة فيما يتعلق بوسيلة القياس لقد أطلقت الآن على تلك العلاقة صفة أخرى علاقة وثيقة لكن المقياس لم يتغير في حقيقة الأمر لا أزال أحكم على أخوتي استنادا إلى كثرة التواصل مع أخي وأنا أقارن نفسي مع أشخاص آخرين أعرفهم مستخدما المقياس نفسه إن لدى كل شخص آخر أو هكذا يبدو لي في هذا المثال علاقة وثيقة مع أفراد أسرته أما أنا فليست لدي هذه العلاقة الوثيقة من الواضح إذن أن لدي شيئا غير صحيح لكن ماذا لو كنت أطبق مقياسا خاطئا على نفسي وعلى حياتي ما الشيء الذي يمكن أن يكون صحيحا لكني لا أخذه بعين الاعتبار حسن قد لا أكون محتاجا إلى علاقة وثيقة تربطني بأخي حتى تكون لدي علاقة جيدة لها قيمة حقا ولعل الاحترام المتبادل بيني وبين أخي هو كل ما يلزم الاحترام موجود حقا أو لعل علي البحث عن الثقة المتبادلة بيننا وهي موجودة أيضا ربما تكون هذه مقاييس أفضل لتقدير الأخوة بدلا من استخدام عدد الرسائل التي نتبادلها لقياس العلاقة بيننا من الواضح أن هذا منطقي وهو يبدو لي صحيحا لكن حقيقة أنني وأخي لسنا قريبين لا تزال مؤلمة لي لا توجد طريقة إيجابية لتدوير هذا الأمر ولا وجود لطريقة سرية تجعل هذه المعرفة تشعرني بأنني صرت شخصا أفضل في بعض الأحيان لا تكون بين الإخوة حتى إن كان كل منهم يحب الآخر حقا علاقات وثيقة وهذه ليست كارثة صحيح أنها شيء يصعب قبوله أول الأمر لكنك تستطيع قبوله إنما هو حقيقي من الناحية الموضوعية فيما يتعلق بوضعك أقل أهمية من كيفية نظرتك إلى ذلك الوضع ومن الكيفية التي تختارها لقياسه وتقييمه قد تكون المشكلات أمرا محتوما لكن معنى كل مشكلة ليس أبدا بالشيء المحتوم الذي لا يتغير أبدا يمكننا التوصل إلى التحكم بما تعنيه مشكلاتنا لنا بالاستناد إلى كيفية اختيارنا التفكير بتلك المشكلات وكذلك المعيار الذي نختاره لقياسها مشكلات نجم الرك في سنة 1983 جرى طرد عازف جيتار موهوب من فرقته بأسوأ طريقة ممكنة كانت الفرقة قد وقعت لتوها عقدا من أجل بعض التسجيلات كانوا على وشك تسجيل ألبومهم الأول لكن الفرقة طردت عازف الجيتار قبل يومين فقط من بداية التسجيل طردته من غير إنذار أو مناقشة أو انفجارات غضب ما حدث بالضبط هو أنهم ذهبوا ذات يوم فإيقظوه وسلموه بطاقة العودة إلى البيت وبينما كان عازف الجيتار جالسا في الباص العائد به من نيويورك إلى لوس أنجلوس ظل يفكر ويسأل نفسه كيف حدث هذا ما الشيء الخاضئ الذي فعلته وماذا أفعل الآن إن عقود التسجيل لا تسقط من السماء هكذا وخاصة لفرق من هذا النوع فهل خسر هذه الفرصة الوحيدة الأخيرة لكن عازف الجيتار تمكن من تجاوز رثائه لنفسه مع وصول الباص إلى لوس أنجلوس وأقسم على بدء تأسيس فرقة جديدة هناك قرر أن يجعل هذه الفرقة الجديدة ناجحة إلى حد يجعل أفراد فرقته القديمة يندمون على قرارهم سيصير شهيرا وسوف يضطرون إلى قضاء عشرات السنين وهم يشاهدونه على شاشات التلفزيون ويسمعونه في الإذاعة ويرون ملصقات حفلاته في الشوارع وصوره في المجلات سوف يذهبون للعمل في إعداد الشطائر في مكان ما أو في تحميل الشاحنات من أجل مرتاد النادي القذرين البدينين السكارة مع زوجاتهم القبيحات أما هو فسوف يبث التلفزيون حفلاته بثا حيا وهو يعزف أمام جمهور ضخم في ملعب الرياضي سوف يستحم في دموع من خانوه ويمسح كل دمعة منها بورقة نقدية جديدة نظيفة من فئة المئة دولار وهكذا راح عازف الجتار يعمل كأن شيطانا موسيقي تملك أنفق شهورا في البحث عن أفضل الموسيقيين وجعلهم يعملون معه موسيقيون أفضل بكثير من أفراد فرقته السابقة كتب عشرات الأغاني وتدرب عليها بكل تفان وإخلاص كان غضبه الحارق وقودا لطموحه وصار التفكير في الانتقام تسليته المفضلة وفي غضون عامين فقط تمكنت فرقته الجديدة من توقيع عقد تسجيل خاص بها وبعد سنة من ذلك دخل ألبومهم الأول القائمة الذهبية كان اسم عازف الجتار ديف موستين وأما فرقته الجديدة التي كونها فكانت فرقة ميجا ديث ذات الشهرة الأسطورية وسرعان ما بلغت مبيعات تلك الفرقة من ألبومها خمسة وعشرين مليون نسخة وقد جالت العالم كله عدة مرات يعتبر موستين اليوم واحدا من ألمع الموسيقيين وأكبرهم أثرا في عالم الموسيقى المعدنية الصاخبة لكن المؤسفة أن الفرقة التي طردته كانت فرقة متاليكا التي باعت أكثر من 180 مليون ألبوما في أنحاء العالم ويعتبر كثير من الناس أن فرقة متاليكا واحدة من أعظم فرق موسيقى الروك على الإطلاق ونتيجة هذا أقر موستين دامع العينين في مقابلة خاصة نادرة أجريت معه سنة 2003 بأنه لا يستطيع إلا أن يعتبر نفسه فاشلا فعلى الرغم من كل ما حققه سيظل موسيقى يرى نفسه الشخص الذي طردته فرقة متاليكا نحن قرود لا أكثر نظن أننا متطورون كثيرا لأن لدينا أفران تحميص الخبز والأحذية الرياضية رفيعة التصميم لكننا لسنا أكثر من مجموعة من القردة المزينة تزيينا حسنا ولأننا قردة فإن غريزتنا تجعلنا نقيس أنفسنا بالآخرين ونفني أنفسنا بحثا عن تحقيق مكانة لديهم ليست المسألة ما إذا كنا نقيم أنفسنا بالمقارنة مع الآخرين بل هي ما المعيار الذي نقيس به أنفسنا سواء أدرك ديف مستين هذا الأمر أم لم يدركه فقد اختار أن يقيس نفسه بما إذا كان أكثر نجاحا وشعبية من فرقة متاليكا لقد سببت له تجربة طرده من فرقته السابقة ألما كبيرا جعله يتخذ النجاح بالمقارنة مع فرقة متاليكا مقياسا لنفسه ولسيرته المهنية في عالم الموسيقى صحيح أنه اختار لحظة شديدة السوء في حياته وخرج منها بشيء إيجابي لقد أطلق فرقة ميجا ديث إلا أن قراره بأن يتمسك بنجاح فرقة متاليكا فيجعله مقياسا يحدد حياته كلها ظل يسبب له الألم على امتداد عشرات السنين بعد ذلك وعلى الرغم من كل ما تحقق له من مال ومعجبين ومن كل ما ناله من جوائز فقد ظل يعتبر نفسه فاشلا من الممكن الآن أن ننظر أنتم وأنا إلى حالة ديف مستين ونضحك منها ها هو شخص لديه ملايين الدولارات ومئات آلاف المعجبين الذين يعبدون وقد أنضى حياته في فعل الشيء الذي يحبه أكثر من أي شيء آخر إلا أنه لا يزال دامع العينين لأن زملاءه من نجوم الروك الذين عرفهم من عشرين عاما حققوا من الشهرة والنجاح أكثر مما حققه هو بكثير لكننا نضحك من مستين الآن لأن لدينا أنتم وأنا قيما مختلفة عن القيم التي لدي فنحن نقيس أنفسنا بمقياس مختلف عن مقياسه قد يكون المقياس الذي لدينا شيئا من قبيل لا أحب أن يكون مديري في العمل شخص أكرهه أو أريد أن أجني مالا كافيا لإرسال طفلي إلى مدرسة جيدة أو سأكون سعيدا إذا لم أجد نفسي مضطرا إلى النوم في الشارع من خلال هذه المقاييس يمكن اعتبار مستين شخص ناجحا إلى حد كبير جدا يصعب تخيله وأما من خلال مقياسه هو أي تحقيق شعبية ونجاح أكبر مما حققته فرقة ميتاليكا لأنها طردته فإنه شخص فاشل تحدد قيمنا المقاييس التي نقيس بها أنفسنا والتي نقيس بها الآخرين أيضا كانت قيمة الولاء للإمبراطور الياباني هي ما جعل الملازم أونودا قادرا على العيش قرابة ثلاثين عاما في جزيرة لوبانغ لكن هذه القيمة نفسها جعلته بائسا حزينا بعد عودته إلى اليابان وقد ساعد مقياس مستين الذي يركز على ضرورة تفوقه على زملائه في فرقة ميتاليكا في إطلاق مسيرة نجاح رائع في عالم الموسيقى إلا أن هذا المقياس نفسه ظل يعذبه فيما بعد على الرغم من نجاحه كله إذا كنت راغبا في تغيير نظرتك إلى مشكلاتك فإن عليك أن تغير ما تعتبره ذا قيمة كبيرة أو ما تقيس به نجاحك أو فشلك وعلى سبيل المثال فلنلقي نظرة إلى موسيقي آخر طرد من فرقة أخرى إن قصته شبيهة كثيرا بقصة ديف مستين رغم أن أحداثها جرت قبل عشرين سنة من قصة مستين كان ذلك في سنة ألف وتسعمائة واثنين وستين وكانت هناك ضجة فيما يتعلق بفرقة صاعدة في مدينة ليفربول في إنجلترا كانت لأفراد هذه الفرقة قصات شعر غريبة وكان اسم فرقتهم أكثر غرابة لكن موسيقاها كانت جيدة على نحو لا يستطيع أحد إنكارا وأخيرا بدأت الفرقة تستقطب انتباه شركات التسجيلات الموسيقية تكونت الفرقة من جون المغني الأول الذي كان يكتب الأغاني للفرقة وبول عازف الڭتار الجهير ذي الوجه الرومانسي الطفولي وجورج المشاغب عازف الڭتار الرئيسي وكان لديهم أيضا عازف الدرامز كان هذا العازف الأخير أكثر أفراد الفرقة وسامة وكانت الفتيات مجنونات به وقد كان وجهه أول وجه يظهر في المجلات وكان أكثر أعضاء الفرقة مهارة أيضا ولم يكن يتعاطى المخدرات وكانت له علاقة ثابتة مستقرة بصديقته وقد رأى عدد من الأشخاص المهمين في عالم الموسيقى آنذاك أنه يجب أن يكون وجه الفرقة وليس بول أو جون كان اسم هذا الشاب بيت بيست وفي سنة 1962 بعد توقيع أول عقد تسجيل للفرقة اجتمع أعضاء الفرقة الثلاثة الآخرون وطلبوا بهدوء من مدير الفرقة الذي كان اسمه براين إبستين أن يطرد عازف درامز بيست كان هذا القرار عذابا لإبستين لأن بيت يعجبه كثيرا وهكذا فقد قرر تأجيل الأمر آملا أن يغير أولئك الثلاثة رأيهم مرت ثلاثة شهور وقبل ثلاثة أيام فقط من موعد التسجيل الأول استدعى أبستين بيت إلى مكتبه وأخبره على نحو مباشر أن عليه أن يذهب ويبحث لنفسه عن فرقة أخرى لم يوضح له السبب ولم يشرح له شيئا ولم يحاول مواساته بل اكتفى بإخباره بأن أفراد الفرقة الثلاثة الآخرين يريدون ذهابا إذن أتمنى لك حظا طيبا أتت الفرقة بشخص آخر بدلا منه وكان هذا الشخص شابا غريب الأطوار اسمه رينغو ستار كان رينغو أكبر سن من بيت وكان له أنف كبير غريب الشكل وافق رينغو على أن تكون له قصة الشعر القبيحة نفسها التي لدى جون وبول وجورج وأصر على كتابة أغاني عن الأخطبطات والغواصات فأجابه الثلاثة الآخرون بالتأكيد فليكن لما لا عرفت فرقة بيتلمانيا نجاحا كبيرا خلال الأشهر الستة التي أعقبت طردبيت وصار كل من جون وبول وارينغو ثلاثة من أكثر الوجوه شهرة في العالم في هذه الأثناء كان بيست واقعا في اكتئاب عميق ولم يكن يفعل إلا ما يفعله أي انجليزي إذا توفر له السبب الكافي لفعله الشرب لم تكن بقية سنوات عقد الستينيات لطيفة مع بيست هذا لقد أقام في سنة الف وتسعمائة وخمسة وستين دعوى قضائية ضد اثنين من أفراد الفرقة بتهمة الافتراء وشهدت مشاريعه الموسيقية كلها فشلا ذريعا ثم حاول الانتحار في سنة الف وتسعمائة وثمانية وستين لكن أمه أفلحت في إنقاذه وجعله يعدل عن ذلك كانت حياته مزرية جدا لم تكن لدى بيست القصة التي استخدمها ديف مستين لإبراء نفسه من الإحساس بالذنب ولم يصبح أبدا نجما عالميا كبيرا ولم يكسب ملايين الدولارات إلا أن الأمر انتهى به على نحو أحسن مما جرى مع مستين ففي مقابلة معه سنة الف وتسعمائة واربعة وتسعين قال بيست إنني الآن أكثر سعادة مما لو بقيت مع الفرقة شيء عجيب كيف قال بيست إن الظروف التي رافقت طرده من تلك الفرقة أدت به آخر الأمر إلى لقاء الفتاة التي صارت زوجتها ثم أثمر زواجه أطفالا ها هو إذن لقد تغيرت قيمه وبدأ يطبق مقياسا مختلفا على حياته الشهرة والمجد أمران جيدان بالتأكيد لكنه قرر أن ما يفعله أكثر أهمية أسرة كبيرة متحابة وزواجا مستقرا وحياة بسيطة بل إنه واصل عزف الدرامز وكانت له جولات في أوروبا وألبومات جديدة استمرت حتى بداية القرن الحادي والعشرين فما الذي خسره حقا لم يخسر إلا الشهرة الواسعة وجموع المعجبين المتزلفين إلا أن ما كسبه بالمقابل كان أكبر أهمية بكثير في نظره توحي هذه القصص بأن هناك قيم ومقاييس أفضل من غيرها فهناك قيم ومقاييس تؤدي إلى مشكلات جيدة يسهل حلها وهناك قيم ومقاييس تؤدي إلى مشكلات صعبة الحل أو إلى مشكلات لا يمكن حلها قيم لا قيمة لها هناك مجموعة من القيم الشائعة التي تخلق للناس مشكلات سيئة حقا إنها تخلق مشكلات يكاد يكون حلها مستحيلا فلنلقي نظرة سريعة على بعض هذه القيم 1- المتعة المتعة شيء عظيم لكنها قيمة شديدة السوء إذا وضعت أولويات حياتك وفقا لها اسأل أي مدمن مخدرات كيف كانت نتيجة جريه وراء المتعة واسأل امرأة جعلتها المتعة تدمر أسرتها وتفقد أطفالها إن كانت تلك المتعة قد جعلتها سعيدة في آخر المطاف واسأل رجلا أسرف في الأكل حتى كاد يموت كم كانت متعة الأكل مفيدة له في حل مشكلاته المتعة إله زائف تبين الدراسات أن الناس الذين يركزون طاقتهم على المتعة السطحية ينتهي بهم الأمر إلى أن يصير أكثر قلقا وأقل استقرارا من الناحية الانفعالية وأكثر اكتئابا أيضا المتعة أكثر أشكال الرضا سطحية ولعل هذا سبب كونها الأسهل تحققا والأسرع زوالا إلا أن المتعة هي ما يجري تسويقه لنا على امتداد 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع إنها ما نجد انتباهنا كله منصبا عليه وهي ما نستخدمه لإلهاء أنفسنا وتخديرها لكن المتعة ليست كافية في حد ذاتها وإن تكن ضرورة من ضرورات الحياة شريطة أن تكون بجرعات صحيحة ليست المتعة سببا للسعادة بل هي أثر ناتج عن السعادة إذا كانت لديك بقية العناصر القيم والمعايير الأخرى فسوف تأتي المتعة بشكل طبيعي باعتبارها نتاجا ثانويا 2- النجاح المادي يقيس أناس كثيرون قيمتهم الذاتية اعتمادا على مقدار ما يكسبونه من مال أو على نوع السيارة التي لديهم أو على ما إذا كانت الحدائق أمام بيوتهم أكثر خضرة وجمالا من حدائق الجيران إلا أن الدراسات تظهر أن الارتباط بين السعادة والنجاح المادي يقترب سريعا من الصفر بعد أن يتمكن المرء من توفير احتياجاته المادية الأساسية كالطعام والمسكن إلى آخره هذا يعني أنك إذا كنت شخصا ممن يعانون الجوع ويعيشون في الشارع في مكان ما في الهند فمن الممكن أن يكون لعشرة ألاف دولار في السنة أثر كبير جدا على سعادتك أما إذا كنت واحدا من أفراد الطبقة الوسطى في بلد من البلاد المتقدمة فإن عشرة ألاف دولار إضافية في السنة لن يكون لها أثر كبير على أي شيء يعني هذا أن من الممكن أن تقتل نفسك وأنت تعمل عملا إضافيا كل يوم حتى في أيام العطلة من أجل لا شيء في حقيقة الأمر مكمن الخطر الآخر في المبالغة في قيمة النجاح المادي هو وضعه في موضع متقدم على القيم الأخرى كأن تكون صادقا مسالما محبا للآخرين متعاطفا معهم عندما يقيس الناس أنفسهم لا بسلوكهم بل برموز المكانة التي يستطيعون جمعها فإن هذا لا يعني أنهم أشخاص ضحلون فحسب بل يعني أنهم أغبياء أيضا ثلاثة أن تكون على صواب دائما إن أدمغتنا آلات منخفضة الكفاءة فكثيرا ما نضع فرضيات خاطئة ونسيء تقدير الاحتمالات ونتذكر الحقائق بشكل خاطئ ونرضخ لأشكال الانحياز الحدسي ونتخذ القرارات استنادا إلى نزواتنا الانفعالية وبما أننا بشر فإننا نكون مخطئين في حالات كثيرة جدا فإذا كان مقياس النجاح في الحياة عندك هو أن تكون على صواب فهذا يعني أنك ستجد مشقة كبيرة في تفسير الأسباب الكامنة خلف أخطائك كلها والحقيقة أن الناس الذين ينشئون قيمتهم الذاتية استنادا إلى كونهم محقين في كل شيء يحرمون أنفسهم من التعلم من أخطائهم إنهم أشخاص مفتقرون إلى القدرة على اعتماد منظورات جديدة وعلى تفهم الآخرين وهم ينغلقون على أنفسهم فيمنعون وصول معلومات جديدة هامة إليهم من الأنفع لك كثيرا أن تفترض أنك جاهل وأن هناك الكثير الكثير مما لا تعرفه فهذا ما يجعلك غير مقيد بأية معتقدات خيالية غير مستندة إلى معلومات كافية وهو يشجعك على أن تكون في حالة دائمة من التعلم والتحسن 4- الحرص على الإيجابية هناك أيضا أشخاص يقيسون حياتهم بالقدرة على أن يكونوا إيجابيين في كل شيء نعم في كل شيء تقريبا هل خسرت وظيفتك؟ عظيم إنها فرصة جديدة لكي تكتشف ما تحبه حقا فربما تغير نوع عملك هل يخونك زوجك مع أختك؟ لا بأس أنت تتعلمين الآن شيئا جديدا عن موقعك تجاه الأشخاص المحيطين بك صحيح أن هناك قيمة لما يصفونه بأنه البقاء في الجانب المشمس من الحياة لكن الحقيقة هي أن الحياة سيئة لئيمة في أحيان كثيرة وأن الشيء الصحي الوحيد الذي يمكنك فعله هو تقبل الحياة كما هي يؤدي إنكار المشاهدات السلبية إلى عيش انفعالات سلبية أكثر عمقا وامتدادا في الزمن وكذلك إلى عجز انفعلي وأما الإيجابية الدائمة فهي نوع من أنواع التجنب والهروب أي أنها ليست حلا صالحا لمشكلات الحياة وبالمناسبة هي مشكلات يجب أن تحفزك وأن تشد من عزمك إذا اخترت القيم والمقاييس الصحيحة الأمر بسيط حقا تسير أمورنا على غير ما نحب ويزعجنا الناس وتحدث لنا حوادث مزعجة أيضا فتجعلنا هذه الأمور نشعر باستياء شديد لا بأس في هذا إن الانفعالات السلبية مكون ضروري من مكونات الصحة الانفعالية وأما إن كار هذا الجانب السلبي فهو ما يطيل أمد المشكلات بدلا من أن يحلها الطريقة الذكية للتعامل مع الانفعالات السلبية هي واحد التعبير عنها بصيغة صحية مقبولة اجتماعيا اثنان التعبير عنها بطريقة منسجمة مع قيمك وهذا مثال بسيط على ما سبق ألا عنف قيمة من قيمي والمقياس الذي أستخدمه لقياس هذه القيمة هو أنني لا أضرب أحدا بالتالي عندما أغضب من أحد ما فإنني أعبر عن ذلك الغضب لكني أحرص دائما على عدم التعبير عن غضبي بلكمة على الوجه أعرف أن هذا قد يبدو كثيرا لكن الغضب في حد ذاته ليس مشكلة الغضب أمر طبيعي والغضب جزء من الحياة ويمكن القول أيضا إن الغضب أمر صحي تماما في حالات كثيرة تذكر هنا أن الانفعالات ليست إلا معلومات يزودنا بها جهازنا العصبي هل اتضح الأمر؟ إن توجيه لكمة إلى شخص ما هو المشكلة وليس الغضب فالغضب رسول أدى الرسالة التي حملها إلى أن تنطلق قبضتي في اتجاه وجهك لا تلقي باللائمة على الرسول قبضة يدي هي الملومة في هذا أو لعله وجهك عندما نرغم أنفسنا على البقاء إيجابيين طيلة الوقت فإننا ننكر وجود مشكلات في حياتنا وعندما ننكر مشكلاتنا فإننا نسلب أنفسنا فرصة حل تلك المشكلات وتوليد السعادة في حياتنا إن المشكلات تضيف إلى حياتنا إحساسا بالمعنى وبالأهمية ومن هنا فإن إخفاء مشكلاتنا أو تجنبها يعني أن وجودنا لا معنى له حتى إذا افترضنا أنه سر للآخرين على المدى البعيد تكون سعادتنا بالوصول إلى خط النهاية في سباق الماراثون أكبر من سعادتنا عندما نأكل حلوى بالشوكولاتة وتربية طفل حتى يكبر تجعلنا أكثر سعادة من الفوز في لعبة من ألعاب الفيديو كما أن بدء عمل صغير بمشاركة بعض الأصدقاء مع الكفاح لتدبر أمورنا طيلة الوقت يجعلنا أكثر سعادة من شراء كمبيوتر جديد هذه النشاطات شاقة ضغطة بل غير سارة في أحيان كثيرة كما أنها في حاجة إلى معاناة مواجهة مشكلة تلو أخرى لكنها من أكثر اللحظات معنا ومن أكثر الأشياء بهجة في حياتنا كلها إن فيها ألما وكفاحا بل حتى غضبا ويأسا لكننا ننجزها آخر الأمر ثم ننظر إلى الخلف ونحكي لأحفادنا عنها بعيون دامعة يقول فرويد عندما تستعيد ذكرياتك في يوم من الأيام يفاجئك أن سنوات المشقة كانت أجمل سنواتك ولهذا قلت إن هذه القيم المتعة والنجاح المادي وأن تكون على صواب دائما وأن تظل إيجابيا مثل ضعيفة سيئة من أجل حياة الإنسان إن بعضا من أعظم اللحظات في حياة المرء لحظات غير ممتعة وغير ناجحة وغير معروفة لأحد وغير إيجابية أيضا الفكرة الأهم في هذا السياق هي تثبيت بعض القيم والمقاييس الجيدة وسوف تأتي المسرة والمتعة والنجاح كنتيجة طبيعية بعد ذلك هذه الأمور نتائج جانبية لوجود قيم جيدة وأما إذا نظرنا إليها في حد ذاتها فهي ليست أكثر من مخارج سريعة سهلة فارغة من المحتوى تعريف القيم الجيدة والقيم السيئة تكون القيم الجيدة واحد مؤسسة على الواقع اثنان بناءة اجتماعيا ثلاثة آنية قابلة للضبط وتكون القيم السيئة واحد خرافية أو خيالية اثنان هدامة اجتماعيا ثلاثة ليست آلية ولا يمكن ضبطها الصدق قيمة جيدة لأنه شيء يمكنك ضبطه والتحكم فيه تماما ولأنه يعكس الحقيقة ولأنه مفيد للآخرين حتى إذا كان غير سار في بعض الأحيان وأما من ناحية أخرى فإن الشعبية والشهرة قيمة سيئة إن كانت تلك قيمة من قيمك وإذا كان مقياسك هو أن تكون الشخص الأكثر شعبية في حفلة الراقصة فسوف يكون معظم ما يحدث خارجا عن نطاق سيطرتك أنت لا تعرف من غيرك سيكون موجودا في تلك المناسبة ومن الممكن تماما أنك لا تعرف نصف الأشخاص الحاضرين ثم إن القيمة المقياس ليست مؤسسة على شيء واقعي قد تحس نفسك ذا شعبية أو من غير شعبية رغم أنك لا تملك في واقع الأمر أي دليل يثبت حقيقة آراء الآخرين فيك ملاحظة جانبية نتيجة هذا يكون الناس الذين يخشون آراء الآخرين فيهم خائفين في داخلهم من كل الأشياء السيئة التي يظنون أنها موجودة فيهم وهم يخشون أن ترتد عليهم من خلال الآخرين هذه أمثلة على قيم صحية جيدة الصدق والتجديد وقابلية التأثر والدفاع عن النفس والدفاع عن الآخرين واحترام الذات وحب المعرفة والإحسان والتواضع والإبداع ومن الأمثلة على القيم السيئة غير الصحية الهيمنة من خلال العنف أو التلاعب والجنس المنفلت والرضا عن النفس طيلة الوقت والحرص على احتلال مركز الاهتمام على الدوام والخوف من الوحدة والسعي إلى إرضاء الجميع والثراء من أجل الثراء والتضحية بحيوانات صغيرة من أجل آلهة وثنية سوف تلاحظ أن المرأة يستطيع أن يصل داخليا إلى القيم الصحية الجيدة فمن الممكن أن تعيش قيما من قبيل الإبداع أو التواضع الآن في هذه اللحظة ليس عليك إلا أن توجه ذهنك في اتجاه معين حتى تعيشها هذه قيم قابلة للضبط تجعلك على صلة بالعالم كما هو لا كما تتمنى أن يكون وأما القيم السيئة فعادة ما تكون معتمدة على أحداث خارجية الطيران بطائرة خاصة وأن يقول لك الناس طيلة الوقت إنك مصيب وامتلاك بيت في جزيرة استوائية وتناول أطائب الطعام بينما تتلوى راقصات عاريات من حولك صحيح أن القيم السيئة يمكن أحيانا أن تمنحك بهجة أو متعة إلا أنها واقعة خارج نطاق سيطرتك وضبطك وغالبا ما يكون تحقيقها في حاجة إلى استخدام وسائل هدامة اجتماعيا كما أن هناك مسألة ترتيب أولويات القيم ليس غريبا أبدا أن يحب كل إنسان تناول طعام لذيذ أو أن يكون له بيت في جزيرة استوائية المسألة هي أولويات القيم لديك ما هي القيم التي تضعها قبل غيرها فيكون لها أثر على القرار الذي تتخذه أكبر من أثر أي قيم غيرها كانت خدمة امبراطور اليابان والولاء التام له القيمة العليا عند الملازم هيرو أونودا وهذه القيمة إذا لم تدرك هذا عندما كنت تقرأ عنه قيمة شديدة السوء لقد خلقت لذلك الرجل مشكلات كبيرة حقا لأنه ظل عالقا في جزيرة النائية طيلة ثلاثين عاما كان خلالها يأكل الحشرات والديدان ثم إنه وجد من واجبه أيضا أن يقتل مدنيين أبرياء إذن وعلى الرغم من حقيقة أن هيرو كان يعتبر نفسه ناجحا وكذلك على الرغم من حقيقة أنه حقق متطلبات المقياس الذي استخدمه فأظننا نوافق جميعا على أن حياته كانت سيئة حقا لن يمتدح أحد منا أفعاله ولن يقبل أحد منا مبادلته بزوج من الأحذية حقق ديف مستين شهرة ومجدا كبيرين لكنه ظل يرى نفسه فاشلا هذا لأنه تبنى قيمة سيئة مستندة إلى مقارنة تعسفية بنجاحات الآخرين وقد أثمرت له هذه القيمة مشكلات ضخمة من قبيل علي أن أبيع 150 مليون سطوانة إضافية وعند ذلك سيكون كل شيء رائعا وفي جولة الغنائية القادمة لا يجوز أن أقبل الغناء في مكان أصغر من ملعب الرياضي هذه هي المشكلات التي كان يظن أنه في حاجة إلى حلها حتى يصير سعيدا لا يفاجئني أبدا أنه لم يتمكن من بلوغ السعادة وعلى العكس منه اختار بيت بيست قيمة مختلفة فعلى الرغم من أنه كان محبطا يائسا نتيجة طرده من فرقته الأولى فقد تعلم عندما كبر قليلا أن يعيد ترتيب أولويات ما يهتم به فصار قادرا على قياس حياته على ضوء جديد ونتيجة هذا عاش بيست إلى أن صار رجلا كهلا سعيدا معافى يتمتع بحياة جيدة وأسرة رائعة والمفارقة أن أفراد فرقته الأولى أمضوا عشرات السنين يكافحون من أجل تحقيق ذلك أو من أجل المحافظة عليه عندما تكون لنا قيم سيئة أو معايير سيئة نضعها لأنفسنا وللآخرين فإننا نهتم اهتماما زائدا بأشياء لا أهمية لها أي بأشياء تجعل حياتنا أسوأ في واقع الأمر أما عندما نختار قيما أفضل فإننا نكون قادرين على توجيه اهتمامنا إلى أشياء أفضل أي إلى أشياء لها أهمية أشياء تحسن حالتنا وتخلق لنا السعادة والمسرة والنجاح أيضا هذا باختصار المعنى الحقيقي لتطوير الذات وضع القيم الأفضل في موضع الأولوية واختيار أشياء أفضل لكي تمنح اهتمامك هذا لأن مشاكلك تكون أفضل عندما تركز انتباهك على أشياء أفضل وعندما تصير مشاكلك أفضل فإن حياتك تصير أفضل أيضا ينصب اهتمام ما بقي من هذا الكتاب على خمس قيم تخالف الحدس المعتاد والمألوف لكني أظنها أكثر القيم التي يمكن للمرء أن يتبناها فائدة تتبع هذه القيم كلها القانون التراجعي الذي تحدثنا عنه في وقت سابق وذلك من حيث أنها قيم سلبية تتطلب هذه القيم كلها مواجهة مشكلات أكثر عمقا بدلا من تجنب تلك المشكلات من خلال المخارج السريعة السهلة وهذه القيم الخمس غير تقليدية وغير مريحة في الوقت نفسه لكني أراها قيما قادرة على تغيير حياة المرء القيمة الأولى التي سنلقي نظرة عليها في الفصل التالي هي شكل متشدد من أشكال المسئولية تحمل المسئولية عن كل شيء يحدث في حياتك بصرف النظر عمن هو ملوم فيه القيمة الثانية هي إقرارك بجهلك وممارستك الشك الدائم في آرائك ومعتقداتك وأما القيمة الثالثة فهي الفشل أو الإخفاق استعدادك لاكتشاف أخطائك ونقاط ضعفك حتى تكون قادرا على العمل عليها لتحسينها والرابعة هي الرفض القدرة على أن تقول كلمة لا وعلى أن تسمعها أيضا وهذا ما يحدد ما تقبله في حياتك وما لا تقبله تحديدا واضحا تماما ثم تأتي القيمة الأخيرة التي هي تأملك في حقيقة أنك لست خالدا هذه قيمة حاسمة الأهمية لأن بقاء المرء منتبها إلى أنه سيموت قد يكون الأمر الوحيد القادر على مساعدتنا في النظر إلى قيمنا الأخرى كلها نظرة صحيحة الفصل الخامس أنت في حالة اختيار دائم تخيل أن أحدا يصوب سلاحا إلى رأسك ويقول لك إن عليك أن تجري 42 كم في أقل من خمس ساعات وإلا فسوف يقتلك ويقتل أسرتك كلها معك ما أسوأ هذا؟ وتخيل الآن أنك اشتريت زوجا جميلا من الأحذية مع بقية لوازم الجاري ثم ثابرت على التمرين الجاد شهورا كثيرة وتخيل أنك ذهبت بعد ذلك فأكملت سباق الماراثون وكان أفراد أسرتك جميعا واقفين مع أصدقائك يهتفون لك عند خط النهاية قد تكون تلك اللحظة واحدة من أكثر لحظات حياتك فخرا واعتزازا إنها المسافة نفسها 42 كم وأنت هو الشخص نفسه الذي يجري هذه المسافة وهو الجهد نفسه الذي تبذله سقاك لكنك في الحالة الثانية تختاره بملء إرادتك وتستعد له فتكون النتيجة معلما هاما مجيدا من معالم حياتك أما حين كان الأمر مفروضا عليك ضد إرادتك فقد كانت تجربة مخيفة من أكثر التجارب ألما في حياتك كلها غالبا ما يكون الاختلاف الوحيد بين مشكلة مؤلمة ومشكلة تملأ كيانك كله طاقة هو إحساسك بأنك أنت بنفسك من اختار المشكلة وبأنك مسؤول عنها إذا كنت تجد نفسك تعيسا في وضعك الراهن فمن المحتمل كثيرا أن يكون ذلك الإحساس ناجما في جزء منه على الأقل من أن الأمر خارج عن إرادتك هناك مشكلة ليست لديك قدرة على حلها مشكلة فرضت عليك فرضا من غير اختيار من جانبك أما عندما نحس أننا نختار مشكلاتنا فإننا نشعر بالتمكين كأننا شحنا بطاقة جديدة وعندما نحس أن مشكلاتنا مفروضة علينا ضد إرادتنا فإننا نرى أنفسنا تعساء ونرى أنفسنا ضحايا الاختيار كانت لدى ويليام جيمس مشكلات كثيرة وكانت مشكلات سيئة حقا صحيح أنه ولد في أسرة ثرية بارزة لكنه عانى منذ ولادته مشكلات صحية كبيرة جعلت حياته في خطر مشكلة في العينين جعلته أعمال فترة مؤقتة خلال طفولته ومرضا فضيعا في البطن جعله يتقيأ كثيرا وأرغمه على اتباع نظام غذائي غامض شديد الحساسية ومشكلات في السمع أيضا وتشنجات ظهر شديدة إلى حد يبقيه عدة أيام عاجزا عن الجلوس أو الوقوف منتصب القامة ونتيجة مشكلاته الصحية هذا أمضى جيمس معظم وقته في البيت لم يكن له أصدقاء كثر ولم يكن أداؤه المدرسي جيدا لكنه كان يمضي أوقاته في الرسم كان ذلك الشيء الوحيد الذي أحبه والشيء الوحيد الذي أحس أنه جيد فيه لكن المؤسف أن أحدا غيره لم يكن يرى أنه جيد في الرسم وعندما كبر وصار رجلا لم يقبل أحد شراء أعماله ومع مضي السنين بدأ أبوه كان رجل أعمال واسع الثراء يسخر منه ويقول له إنه كسول عديم الموهبة وفي تلك الأثناء صار شقيقه الأصغر هنري جيمس روائيا صاحب شهرة عالمية وأما شقيقته أليس جيمس فقد كانت تكسب دخلا جيدا من الكتابة أيضا كان واليوم الشخص الفاشل في الأسرة كان الخروف الأسود في مسعى أخير لإنقاذ مستقبل جيمس الشاب قرر والده استخدام علاقاته الواسعة لتأمين قابول له في كلية الطب بجامعة هارفرد قال له والده إن تلك هي فرصته الأخيرة وإذا أخفق الآن فهو شخص لا أمل فيه لكن جيمس لم يكن مرتاحا أبدا في جامعة هارفرد ولم تعجبه دراسة الطب على الإطلاق كان يمضي وقته كله وهو يشعر بأنه شخص مزيف وكاذب فبعد كل حساب إذا كان شخصا غير قادر على التغلب على مشكلاته الصحية فكيف يمكن له أن يأمل في أن تكون له قدرة على مساعدة الآخرين في حل مشكلاتهم وبعد جولة ذات يوم من الأيام في أحد مراكز الطب النفسي في الجامعة كتب جيمس في يومياته أنه أحس نفسه أقرب إلى المرضى منه إلى الأطباء هناك مضت بضع سنوات ثم ترك جيمس كلية الطب رغم عدم رضا والده عن تلك الخطوة لكن جيمس فضل الابتعاد عن أبيه بدلا من مواجهة غضبه الحارق لقد التحق ببعثة أنثروبولوجية ذاهبة إلى غابات الأمازون المطيرة حدث هذا في ستينيات القرن التاسع عشر عندما كان السفر بين القارات أمرا شاقا تحفه المخاطر إذا كنت قد لعبت لعبة الكمبيوتر دروب أوريون عندما كنت طفلا فقد كان الأمر شبيها بما يراه المرء في تلك اللعبة مرض الزحاري والثيران التي تغرقك في النهر وكل شيء إلا أن جيمس تمكن من الوصول إلى الأمازون حيث بدأت المغامرة الحقيقية ومن المفاجئ أن صحته الضعيفة صمدت طيلة تلك الرحلة كلها لكنه وصل آخر الأمر ومرض هناك التقط مرض الجدري في أول يوم له بعد وصوله وكاد يموت في الغابات ثم عادت تشنجات ظهره وكانت مؤلمة إلى حد جعله عاجزا عن المشي كان في تلك المرة ضعيفا هزيلا بسبب مرض الجدري وعاجزا عن الحركة بسبب آلام ظهره وكان متروكا وحده في غابات أمريكا الجنوبية ذهب بقية أفراد البعثة وتركوه من غير أن يعرف كيف يعود إلى بلاده رحلة طويلة تستغرق شهورا وقد يموت فيها قبل أن تنتهي لكنه تمكن على نحو ما من العودة إلى نيو إنجلند آخر الأمر حيث استقبله أبوه الذي بلغت خيبة أمله فيه حدودا لم تبلغها من قبل لم يكن صاحبنا الشاب في أول شبابه آنذاك فقد قارب الثلاثين عاما من عمره ولم يزل من غير عمل كان فاشلا في كل شيء حاول القيام به وكان جسده يخونه دائما مع عدم وجود ما يسمح له بالأمل في أن صحته ستصير أحسن لقد أخفق في كل شيء رغم ما حظي به من مزايا وفرص في الحياة وبدأ أن المعاناة وخيبة الأمل هما الثابتان الوحيدان في حياته أصيب جيمس باكتئاب عميق وبدأ يضع خططا لإنهاء حياته لكنه جلس ذات ليلة وقرأ محاضرات للفيلسوف تشارلز بيرز فجعلته تلك القراءة يقرر إجراء تجربة صغيرة كتب في يومياته أنه سيمضي سنة كاملة يعتبر نفسه فيها مسؤولا مئة بالمئة عن كل ما حدث في حياته مهما تكون أسباب ما حدث وسيفعل خلال تلك السنة كل ما في وسعه لتغيير ظروفه مهما يكون احتمال فشله في ذلك كبيرا إذا لم يتحسن شيء خلال تلك السنة فسيكون من الواضح أنه عاجز حقا وغير قادر على مواجهة الظروف المحيطة به وسوف ينهي حياته في تلك الحالة فما النتيجة التي تمخضت عن تلك التجربة لقد صار وليام جيمس أبا علم النفس الأمريكي وقد ترجمت أعماله إلى عشرات اللغات وصار الناس يعتبرونه واحدا من أكثر المثقفين الفلاسفة علماء النفس أثرا ونفوذا في جيله كله صار مدرسا في جامعة هارفرد وتجول في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ملقيا محاضراته وقد تزوج وأنجب خمسة أطفال صار واحد منهم اسمه هنري كاتب سير شهيرا وحاز على جائزة بوليتزر للأداب وفي وقت لاحق أشار جيمس إلى تجربته الصغيرة تلك باسم الولادة من جديد ونسب إليها الفضل في كل ما أنجزه بعدها في حياته كلها هناك لحظة إدراك بسيطة ينبعث منها كل ما يحققه المرء من تقدم وتطور ذاتي إنها لحظة ندرك فيها أننا نحن الأفراد مسؤولون عن كل شيء في حياتنا بصرف النظر عن الظروف الخارجية المحيطة بنا لسنا قادرين دائما على التحكم بما يحدث لنا ولا التحكم بما يصيبنا لكننا قادرون دائما على التحكم بكيفية تفسيرنا لما يحدث لنا إضافة إلى تحكمنا بكيفية استجابتنا له وسواء كنا ندرك الأمر إدراكا واعيا أو لا ندركه فإننا مسؤولون دائما عن تجاربنا وعما يمر بنا من المستحيل أن لا نكون مسؤولين لأن اختيارنا أن لا نفسر الأحداث التي في حياتنا تفسيرا واعيا يظل في حقيقته تفسيرا لتلك الأحداث وخيارنا أن لا نستجيب لتلك الأحداث التي في حياتنا يظل استجابة لها حتى إذا صدمتك سيارة يقودها مهرجون وبال عليك كل من في باص المدرسة من أطفال فإن من مسؤوليتك أنت أن تفسر معنى الحدث وأن تختار استجابتك له وسواء أعجبنا هذا أم لم يعجبنا فإننا نقوم دائما بدور فعال فيما يحدث لنا وفيما يحدث داخلنا إننا نقوم دائما بتفسير معنى كل لحظة وكل حدث ونحن نقوم دائما باختيار القيم التي نعيش بها والمقاييس التي نقيس بها كل شيء يحدث لنا وغالبا ما يمكن أن يكون الحدث نفسه جيدا أو سيئا بحسب المقياس الذي نختار استخدامه الفكرة هي أننا في حالة اختيار دائم سواء أدركنا هذا أم لم ندركه إننا هكذا دائما والأمر عائد إلى أنه لا وجود في الواقع الحقيقي لشيء اسمه عدم الاهتمام بأي شيء على الإطلاق هذا أمر مستحيل لا بد لأي منا من الاهتمام نهتم بشيء ما وحتى إذا قررت أن لا تهتم بأي شيء فإن هذا يظل اهتماما بشيء ما إنه اهتمامك بأي لا تهتم بشيء السؤال الحقيقي هو ما الذي نختار أن نليه اهتمامنا ما القيم التي نختارها لكي تستند أفعالنا إليها وما المقاييس التي نختارها لاستخدامها في قياس حياتنا وهل هذه خيارات جيدة؟ هل هي قيم جيدة ومقاييس جيدة؟ مغالطة المسئولية الذنب منذ سنوات عندما كنت أكثر شبابا وأكثر حماقة كتبت منشورا على مدونتي في الإنترنت وقلت في نهايته شيئا من قبيل وكما قال أحد كبار الفلسفة ذات يوم المسئولية الكبرى ترافق السلطة الكبرى بدت لي هذه العبارة جميلة موحية بالمعرفة والحكمة لم أستطع أن أتذكر صاحب هذه العبارة ولم أفلح في معرفته من خلال البحث في جوجل لكني كتبتها رغم ذلك لقد كانت مناسبة تماما لذلك المنشور وبعد عشر دقائق أتاني التعليق الأول على منشوري أظن أن الفيلسوفة الكبيرة الذي أشرت إليه ليس إلا أنكل بن في فيلم الرجل الوطواط كان هذا يشبه ما قاله فيلسوف عظيم آخر عجبا كانت عبارة المسئولية الكبرى ترافق السلطة الكبرى الكلمات الأخيرة التي يتفوه بها أنكل بن قبل أن يقتله لص تركه الرجل الوطواط يهرب وذلك على رصيف غاص بالناس ومن غير أي سبب واضح يا له من فيلسوف كبير ورغم هذا فإننا نسمع الناس يستشهدون بهذه العبارة كثيرا إنها تتردد كثيرا من حولنا ترد بشكل ساخر عادة بعد بضع كؤوس من البيرة إن هذا واحدا من المقتطفات الناجحة التي تبدو ذكية حقا لكنها لا تفعل أكثر من إخبارك شيئا تعرفه أصلا حتى إن كنت لم تفكر في المسألة قبل ذلك المسؤولية الكبرى ترافق السلطة الكبرى هذا صحيح لكن هناك نسخة أفضل من هذه الحكمة نسخة عميقة فعلا ولا تتطلب أكثر من تبديل مواضع الكلمات السلطة الكبرى ترافق المسؤولية الكبرى كلما اخترنا أن نكون أكثر قبولا بالمسؤولية في حياتنا صرنا نمارس سلطة أكبر عليها ومن هنا فإن قبولنا المسؤولية عن مشاكلنا خطوة أولى في اتجاه حلها عرفت ذات مرة رجلا كان مقتنعا بأن السبب الذي يجعل النساء يبتعدن عنه هو أنه قصير جدا كان رجلا متعلما جذابا حسن المظهر أي أنه لقطة من حيث المبدأ لكنه كان مقتنعا تماما بأنه لا يعجب النساء لأنه شديد القصر ولأنه كان يرى نفسه قصيرا جدا فقد كان محجما عن الخروج لمحاولة لقاء النساء وفي المرات القليلة التي فعل فيها ذلك كان يستنتج من أبسط سلوك لأي امرأة يتحدث معها أنها لا تراه جذابا إلى الحد الكافي مما يجعله يقنع نفسه سريعا بأنه لا يعجبها حتى إن كان يعجبها في حقيقة الأمر من الواضح إذن أن علاقته بالنساء كانت في حالة مزرية ما لم يدركه هذا الرجل هو أنه اختار القيمة التي تجعله خاسرا طول القامة لقد افترض أن النساء لا تنجذبن إلا إلى رجل طويل القامة هذا يعني أنه محكوم مسبقا بالفشل مهما فعل ومهما حاول كان هذا الاختيار للقيمة يسلب صاحبه الثقة والقوة لقد وضعه أمام مشكلة سيئة حقا ألا يكون طول قامة المرء كافيا في عالم مصنوع لطوال القامة فقط بحسب رأيه هو فقط هناك قيم أحسن كثيرا كان يمكن أن يعتمدها هذا الرجل فيما يتصل بعلاقته مع النساء أحب أن ألتقي النساء اللواتي تعجبهن حقيقتي كان من الممكن أن تكون هذه العبارة مناسبة للبدء مقياس يضع في اعتباره قيمتي الصدق والقبول لكنه لم يختر هاتين القيمتين بل لعله لم يكن يدرك أنه يختار قيمه بنفسه أو أنه قادر على اختيارها ورغم عدم إدراكه هذا فقد كان هو المسؤول عن مشكلاته وعلى الرغم من هذه المسؤولية فقد ظل هذا الرجل متذمرا كان يقول لعامل البار لكن ليس لدي خيار لا أستطيع أن أفعل شيئا النساء سطحيات تافهات ولن أعجبهن أبدا نعم إن كل امرأة مذنبة في حقيقة الأمر لأنها لا يمكن أن تعجب برجل لديه هذا القدر من الرثاء لنفسه رجل ضحل يحمل قيما سيئة هذا أمر واضح جدا يتردد كثير من الناس في تحمل المسؤولية عن مشكلاتهم لأنهم يظنون أن مسؤوليتك عن مشكلاتك لا توجد إلا عندما تكون أنت من تقع عليه اللائمة في خلق هذه المشكلات كثيرا ما تظهر اللائمة والمسؤولية في ثقافتنا لكنهما ليست شيئا واحدا إذا صدمتك بسيارتي فأنا الملوم في ذلك ومن المحتمل كثيرا أن يجدني القانون مسؤولا عن تعويضك بطريقة ما عن تلك الحادثة وحتى إذا وقع ذلك مصادفة فأنا أظل مسؤولا هكذا يعمل مبدأ الإلقاء باللائمة في مجتمعنا إذا أسأت فإن عليك أن تصحح إساءتك أو أن تعوض عنها يجب أن يكون الأمر هكذا لكن هناك مشكلات لا تقع اللائمة فيها علينا إلا أننا نظل مسؤولين عنها وهذا مثال على ذلك إذا استيقظت في أحد الأيام ووجدت طفلا حديث الولادة على باب بيتك فما من أحد يستطيع لومك على وجود الرضيع هناك لكن الرضيع صار الآن من مسؤوليتك أنت وعليك أنت أن تختار ما تفعله به ومهما يكون ما تختاره الاحتفاظ بذلك الرضيع أو التخلص منه أو تجاهله أو رميه في حفرة فسوف تكون هناك مشكلات مرتبطة باختيارك وسوف تكون أنت مسؤولا عن ظهور تلك المشكلات أيضا لا يستطيع القضاة اختيار القضايا التي تأتيهم عندما تصل قضية إلى المحكمة فإن القاضي الذي يكلف بها ليس هو الشخص الذي ارتكب الجريمة وليس شاهدا على الجريمة وليس متأثرا بالجريمة لكنه يصير مسؤولا عن تلك الجريمة وعند ذلك يكون على القاضي أن يختار العواقب التي تترتب عليها عليه أن يحدد المقياس الذي يقيس به تلك الجريمة وأن يحرص على تطبيق ذلك المقياس إننا مسؤولون طيلة الوقت عن أحداث وتجارب لا تقع لائمتها علينا هذا جزء من الحياة هاكم طريقة للتمييز بين الفكرتين اللائمة شيء في الماضي والمسؤولية فعل حاضر اللائمة ناتجة عن خيارات قد اتخذت بالفعل والمسؤولية ناتجة عن خيارات تتخذها أنت الآن في كل ثانية من حياتك أنت تختار أن تسمع هذا وأنت تختار أن تفكر في نتائجه ثم أنت الذي يختار أن يقبل تلك النتائج أو يرفضها قد تكون اللائمة واقعة علي في أنك ترى هذه الأفكار عرجها إنها أفكاري وأنا الملوم عما فيها من عرج لكنك أنت المسؤول عن الاستنتاجات التي تخرج بها بعد الاستماع أنت لست ملوما على أنني اخترت أن أكتب هذه الجملة لكنك تظل مسؤولا عن اختيارك أن تسمعها أو لا تسمعها هناك فارق بين لوم شخص آخر على وضعك وبين أن يكون ذلك الشخص مسؤولا مسؤولية فعلية عن التعامل مع ذلك الوضع لا أحد غيرك أبدا مسؤول عن وضعك قد تقع اللائمة على أشخاص كثيرين في أنك غير سعيد لكن ما من أحد مسؤول عن عدم سعادتك إلا أنت هذا لأنك أنت الذي يستطيع دائما أن يختار كيف ينظر إلى الأمور وكيف يستجيب لها وكيف يقيمها إن عليك دائما أن تختار المقياس الذي تقيس به تجاربك لقد أقدمت أول صديقة لي على التخلي عني بطريقة مشهودة كانت تخونني مع معلمها وكان هذا شيئا مريعا أعني بكلمة مريع أن إحساسي به كان يشبه ما أحسه لو تلقيت 253 لكمة في بطني وحتى تزداد الأمور سوءا كانت صديقة تلك سريعة في تركي والذهاب إليه عندما واجهتها بالأمر لم تتردد بل ألقت بثلاث سنين عشناها معا من غير أن تهتم بالأمر أبدا أمضيت بعد ذلك شهورا في تعاسة شديدة وكان هذا أمرا متوقعا لكني اعتبرتها أيضا مسؤولة عن تعاستي وهو ما لم يؤدي إلى أي نتيجة على الإطلاق صدقوني بل إنه جعلني أكثر تعاسة أرأيتم؟ لم أكن قادرا على التحكم بها كانت خارج سيطرتي اتصلت بها مرات كثيرة وصرخت عليها كثيرا ورجوتها أن تعود إلي أو كنت أقوم بزيارات مفاجئة إلى بيتها أو أفعل غير ذلك من الأشياء السخيفة التافهة التي يفعلها من هم في مثل حالتي لكني لم أستطع أبدا أن أتحكم بانفعالاتها أو بأفعالها في نهاية المطاف ومع أن اللائمة تقع عليها فيما كنت أحسه وأعيشه إلا أنها لم تكن مسؤولة عنه أبدا أنا الذي كنت مسؤولا وفي وقت ما بعد القدر الكافي من الدموع والكحل بدأ تفكيري يتخذ وجهة أخرى وبدأت أفهم أن من مسؤوليتي أنا الآن أن أجعل نفسي سعيدا من جديد رغم أنها فعلت بي شيئا فضيعا ورغم أنني ألومها على ما فعلته لم يكن متوقعا أن تظهر تلك المرأة فجأة وتصلح الأمور من أجلي كان علي إصلاح حياتي بنفسي عندما بدأت أفكر هكذا حدثت لي بضعة أمور الأمر الأول هو أنني بدأت أطور نفسي بدأت أمارس التمرينات الرياضية وأنضي مزيدا من الوقت مع أصدقائي الذين كنت قد أهملتهم وبدأت أتعمد أن ألتقي بأناس جدد قمت برحلة دراسية طويلة إلى الخارج وأديت بعض العمل التطوعي وشيئا فشيئا بدأت أحس أنني صرت في حالة أفضل لا أزال أكره صديقة السابقة تلك بسبب ما فعلته بي لكني على الأقل صرت أتحمل المسؤولية عن انفعالاتي ومشاعري ومن خلال فعل هذا كنت أختار قيما أفضل كنت أختار قيما متجهة إلى الاهتمام بنفسي وإلى معرفة المزيد عن نفسي بدلا من أن تكون متجهة إلى محاولة جعل صديقة السابقة تصلح ما أفسدت بالمناسبة من المحتمل تماما أن تكون قصة اعتبارها مسؤولة عن مشاعر وانفعالاتي كلها جزءا من السبب الذي جعلها تتركني سوف أستفيد في الحديث عن هذه النقطة بعد فصلين وبعد نحو سنة من ذلك بدأ شيء غريب يحدث صرت ألاحظ عندما أتذكر علاقتنا وأعيد النظر فيها أن تلك العلاقة كانت تعاني مشكلات لم ألاحظها أبدا من قبل مشكلات أنا من تقع عليه اللائمة فيها وأنا من كان قادرا على فعل شيء ما لحلها وبدأت أدرك أنني لم أكن صديقا جيدا لها وأن الناس لا يخون أحدهم الآخر من غير سبب لا يفعل أحد ذلك بشريكه إلا إذا كان غير سعيد معه نتيجة أمر ما لست أقول إن هذا مبرر لما فعلته صديقة السابقة ليس الأمر هكذا على الإطلاق لكن إدراك أخطائي ساعدني في إدراك أنني لم أكن ضحية بريئة تماما مثل ما كنت أظن من قبل أدركت أنه كان لي دور في تمكين علاقة فاشلة من الاستمرار ذلك الزمن الطويل كله ففي آخر المطاف غالبا ما تكون القيم لدى الطرفي العلاقة متماثلة فإذا كنت على علاقة مع شخص يحمل قيما سيئة واستمرت العلاقة ذلك الزمن كله فما الذي يقوله هذا عني وعن قيمي لقد تعلمت بطريقة مؤلمة أنه إذا كان الطرف الآخر في العلاقة أنانيا وإذا كان يفعل أشياء مؤلمة فمن المحتمل كثيرا أن تكون أنت مثلا لكنك لا تدرك هذا صرت قادرا عندما أسترجع الأمر كله على النظر إلى الماضي ورؤية إشارات الإنذار في شخصية صديقة السابقة إشارات كنت أختار تجاهلها أو التغاضي عنها عندما أكون معها أنا الملوم في هذا صرت قادرا على النظر إلى الماضي ورؤية أنني لم أكن الصديقة المناسبة لها تماما والحقيقة أنني كنت باردا في أوقات كثيرة وكنت متكبرا تجاهها وفي أوقات أخرى كنت أعتبر وجودها معي تحصيل حاصل فأصرخ عليها وأزعجها كثيرا أنا الملوم في هذه الأشياء أيضا هل يمكن اعتبار أغلاطي تبريرا لغلطتها؟ لا لكني تحملت مسؤولية عدم تكرار هذه الأغلاط مرة أخرى وعدم تجاهل تلك الإشارات مرة أخرى وذلك حتى أساهم في ضمان أن لا أعاني النتائج نفسها من جديد وجعلت من مسؤوليتي أن أبذل أقصى جهدي لجعل أي علاقة لي مع النساء في المستقبل أفضل بكثير يسعدني القول أنني نجحت في هذا لم يحدث بعدها أن خانتني امرأة وتركتني ولم يحدث بعدها أن تلقيت 253 لكمة في بطني لقد تحملت المسؤولية عن مشكلاتي وطورت نفسي فيما يتصل بهذه المشكلات تحملت المسؤولية عن دوري في تلك العالم وطورت نفسي من أجل علاقات أتت بعدها هل تعرفون؟ رغم أن هجران صديقتي السابقة كان من أكثر التجارب التي مرت بي إيلاما إلا أنها كانت أيضا واحدة من أكثرها أهمية وأثرا في حياتي وأنا مدين لتلك التجربة بالفضل في إطلاق عملية تطور ونمو شخصي كبيرة الأهمية تعلمت من تلك المشكلة وحدها أكثر بكثير مما تعلمته من عشر حالات نجاح مجتمعة معا نحب جميعا أن نتحمل المسؤولية عن النجاح والسعادة بل إننا نتنافس على الظهور بمظهر المسؤولين عن النجاح والسعادة لكن تحمل المسؤولية عن مشكلاتنا أمر أكثر أهمية بكثير لأن ذلك هو المكان الذي يأتي منه التعلم الحقيقي إنه المكان الذي يأتي منه التحسن الحقيقي والذي يأتي منه التطور الحقيقي في الحياة أما عندما نكتفي بإلقاء اللوم على الآخرين فإننا لا نفعل أكثر من إيلام أنفسنا الاستجابة للمأساة لكن ماذا عن الأحداث الفضيعة حقا؟ يستطيع أشخاص كثر أن يبدأوا تحمل المسئولية عن مشكلات متعلقة بالعمل أو ربما عن الإفراط في مشاهدة التلفزيون بينما يجب أن يلعبوا مع أطفالهم أو ينصرفوا إلى إنتاج شيء مفيد ما أو عندما يصل الأمر إلى أحداث مأساوية مخيفة فإنهم يجذبون حبل الإنذار في قطار المسئولية ثم ينزلون من القطار عندما يتوقف هناك أشياء يشعرون أنها مؤلمة إلى حد يجعلهم عاجزين عن تحمل مسئوليتها لكن دعونا نفكر في هذا الأمر إن شدة الحادث لا تغير الحقيقة الكامنة من خلفه فلنقل إنك تعرضت للسلب من الواضح أن اللائمة في تعرضك للسلب ليست واقعة عليك أنت لا يمكن أبدا أن يختار أي شخص المرور بهذه التجربة لكن المسألة هنا تشبه مسألة الطفل الذي وجدته على عتبة بيتك فأنت تجد نفسك على الفور مقحما في تحمل المسئولية عن مسألة حياة أو موت هل تقاوم من يريد سلبك؟ هل يصيبك الذعر؟ هل تتجمد في مكانك؟ هل تخبر الشرطة؟ هل تحاول نسيان الأمر والتظاهر أن شيئا لم يحدث؟ هذه كلها خيارات وردود أفعال أنت المسؤول عن اتخاذها أو عدم اتخاذها أنت لم تختر أن تقع ضحية السلب لكنك تظل مسؤولا عن إدارة النتائج الانفعالية والنفسية والقانونية أيضا لتلك التجربة استولت حركة طالبان على وادي سوات في سنة 2008 وذلك الوادي واقع في أقصى شمال شرق باكستان وسرعان ما طبقوا هناك أجندتهم المتطرفة لا تلفزيون ولا أفلام ولا خروج للمرأة من بيتها إذا لم يرافقها محرم ولا فتيات تذهبن إلى المدارس وفي سنة 2009 بدأت فتاة باكستانية في الحادية عشرة من عمرها اسمها ملالا يوسف زاي تتحدث على الملأي ضد منع البنات من الذهاب إلى المدرسة وظلت مصرة على الذهاب إلى مدرستها مخاطرة بحياتها وحياة أبيها وكانت أيضا تحضر اجتماعات تقام في المدن القريبة كتبت ملالا على الإنترنت كيف تجرؤ حركة طالبان على سلب حق في التعليم وفي سنة 2012 أي عندما صار عمر ملالا 14 عاما أطلقت عليها النار في وجهها عندما كانت في الباص عائدة من المدرسة إلى بيتها في أحد الأيام صعد مسلح من طالبان إلى ذلك الباص وسأل أين هي ملالا؟ قلوا لي وإلا أطلقت النار على الجميع نهضت ملالا معرفة عن نفسها هذا اختيار مذهل في حد ذاته فأطلق المسلح النار على رأسها أمام ركاب الباص جميعا دخلت ملالا في حالة غيبوبة وكادت تموت وقالت حركة طالبان على الملأ إنها ستقتلها وستقتل أبيها إذا نجت من تلك المحاولة لا تزال ملالا حية إلى اليوم ولا تزال تتحدث على نن ضد العنف والقمع الواقعين على النساء في بعض البلاد الإسلامية وكتبها الآن من أكثر الكتب مبيعا تلقت ملالا جائزة نوبل للسلام في سنة 2014 والظاهر أن إطلاق النار على وجهها أدى إلى جعل صوتها مسموعا أكثر من ذي قبل وإلى جعلها أكثر جرأة من ذي قبل كان من السهل عليها أن تنبطح أرضا وتقول لا أستطيع فعل أي شيء أو ليس لدي أي خيار والمفارقة هنا أن ذلك لو قالته سيكون خيارها أيضا إلا أنها اختارت العكس منذ بضع سنين كتبت بعض الأفكار الواردة في هذا الفصل في مدونتي على الإنترنت فترك لي أحد الرجال تعليقا قال الرجل إنني سطحي ضحل وأضاف أيضا إنني لا أمتلك أي فهم حقيقي لمشكلات الحياة ولمسؤولية البشر قال إن ولده قتل في حادث سيارة واتهمني بأنني لا أعرف معنى الألم الحقيقي ثم قال إنني وغد تافه لقولي إن عليه أن يكون مسؤولا عن الألم الذي أحسه نتيجة وفاة ابنه من الواضح أن هذا الرجل عانى ألما أشد بكثير مما قد يواجهه معظم الناس في حياتهم لم يختر أن يموت ابنه ولم تكن اللائمة في موته واقعة عليه لقد فرضت عليه فرضا مسؤولية تحمل هذه الخسارة رغم أن من الواضح والمفهوم تماما أنها مسؤولية غير مرغوب فيها لكنه يظل رغم هذا كله مسؤولا عن انفعالاته وقناعاته وأفعاله كانت كيفية استجابته لموت ابنه من اختياره هو إن وقوع الألم بهذا الشكل أو ذاك أمر محتوم علينا جميعا لكن علينا أن نختار ما يعنيه هذا الألم لنا وحتى عندما زعم ذلك الرجل أنه لم يكن لديه أي خيار في المسألة وأنه لا يريد إلا أن يعود ابنه إليه فقد كان يختار كان يختار سبيلا من بين سبل كثيرة في وسعه أن يختار واحدا منها للتعامل مع ألمه الكبير من الطبيعي أنني لم أقل له أي شيء من هذا لقد شغلني كثيرا الذعر الذي أصابني والتفكير في أنني قد بالغت كثيرا وفي أنني لا أمتلك أي تفكرة عما أتحدث عنه هذه واحدة من المخاطر التي أواجهها في هذا النوع من العمل وهي مشكلة اخترتها بنفسي لقد كنت مسؤولا عن التعامل مع هذه المشكلة انتابني إحساس فضيع أول الأمر لكني بدأت أغضب بعد بضع دقائق لم تكن لاعتراضاته علاقة حقيقية بما كتبته فعلا هكذا قلت لنفسي ثم ماذا لا تعني حقيقة كوني ليس لدي طفل قتل في حادث سيارة أنني لم أعش ألما فضيعا في حياتي وبعد ذلك طبقت على نفسي النصائح التي أقدمها هنا لقد اخترت مشكلتي كان من الممكن أن يصيبني الغضب تجاه هذا الرجل وأن أنغمس في مجدلة معه وأن أحاول أن أتفوق على ألمه بألمي لكن هذا كان من شأنه فقط أن يجعلنا نحن الاثنين أحمقين من غير إحساس وكان يمكنني أيضا اختيار حل مشكلة أفضل من تلك والعمل على ممارسة الصبر ومحاولة فهم قرائي فهما أفضل مع تذكر ذلك الرجل كلما كتبت عن الألم والمعاناة هذا ما حاولت فعلا أجبته ببساطة قائلا له إن خسارته تحزنني ثم تركت الأمر عند تلك النقطة ما الذي يمكنك قوله غير هذا العوامل الوراثية والحظ في سنة 2013 قدم تلفزيون بي بي سي مجموعة من المراهقين المصابين بالاضطراب الوسواسي القهري تابع البرنامج تطورات وضعهم خلال خضوعهم لمعالجة مكثفة لمساعدتهم على التغلب على الأفكار والسلوكيات المتكررة غير المرغوب فيها كانت من بينهم فتاة في السابعة عشرة من عمرها اسمها إيموجين وكانت لديها حاجة قهرية إلى أن تضرب بكف يدها على كل سطح تمر به إذا لم تستطع فعل ذلك فإن أفكارا مخيفة تجتاحها ويخيل لها أن أسرتها سوف تموت كان من بينهم أيضا جوش الذي يعاني حاجة شديدة إلى فعل كل شيء بجانبي جسده معا يصافح شخصا بيده اليمنى ثم يصافحه بيده اليسرى يتناول الطعام بيده اليمنى ويتناول الطعام بيده اليسرى يخطو داخلا الباب بإحدى قدميه ثم بالأخرى وهكذا دواليك إذا لم يوازن بين جانبي جسده فإنه يعاني نوبات ذعر رهيبة وكان هناك أيضا جاك المصاب برهاب الجراثيم الذي يرفض الخروج من بيته قبل أن يضع قفازين ولا يشرب الماء قبل أن يغليه ولا يقبل أن يأكل طعاما لم ينظفه ويعده بنفسه إن الطراب الوسواس القهري حالة عصبية وراثية مخيفة غير قابلة للشفاء لكن من الممكن تدبيرها في أحسن الأحوال وكما سنرى يتلخص تدبير هذا الاضطراب بأن يدبر المرء قيمة كان أول ما فعله المعالجون النفسيون في هذا المشروع هو إخبار أولئك المراهقين بأن عليهم أن يقبلوا المشكلات الناجمة عن اضطراباتهم القهرية وكان معنى هذا على سبيل المثال أن تتقبل إيموجين الأمر عندما تغمرها تلك الأفكار الفضيعة التي تقول لها إن من الممكن أن تموت أسرتها وإنها لا تملك فعل شيء حيال ذلك لقد قيل لها ببساطة إنها ليست ملومة فيما يحدث لها كما أرغم جوش على القبول بأن موازنة أفعاله كلها لجعلها متقابلة متساوية تماما ليس على المدى البعيد إلا تدميرا لحياته بأكثر مما تدمرها نوبات دعر عارضة من حين إلى آخر وجرى تذكير جاك بأن الجراثيم موجودة دائما وبأنه معرض لها باستمرار بصرف النظر عما يمكن أن يفعلها وكان الهدف من ذلك جعل هؤلاء المراهقين يدركون أن قيمهم ليست عقلانية بل إن تلك القيم ليست قيمهم في حقيقة الأمر بل القيم التي أتت بها اضطراباتهم وأنهم بتلبية تلك القيم لاعقلانية يلحقون الأذى بقدرتهم على الفعل في الحياة تمثلت الخطوة التالية في تشجيع أفراد تلك المجموعة على اختيار قيم أكثر أهمية من القيم التي فرضها عليهم الاضطراب الوسواسي القهري ثم التركيز على تلك القيم صار جوش مسؤولا عن عدم اعتبار نفسه مضطرا إلى إخفاء اضطرابه طيلة الوقت عن أصدقائه وأفراد أسرته لأن ذلك هو سبيله إلى امتلاك حياة اجتماعية طبيعية فاعلة أما مسؤولية إيموجين فكانت التحكم بأفكارها وأحاسيسها وكذلك أن تكون سعيدة من جديد وأما مسؤولية جاك فكانت القدرة على الخروج من بيته لفترة أطول من الوقت من غير أن يعاني نوبات وسواسية مؤذية ومع تلك القيم التي صارت تحتل مركز الصدارة في أذهانهم انطلق أولئك المراهقون في تمارين مكثفة لإزالة التحسس ترغمهم على العيش انطلاقا من قيمهم الجديدة تلت ذلك نوبات ذعر وذرفت دموع كثيرة وكان جاك يصطدم بكثير من الأجسام فيغسل يديه على الفور لكن تقدما كبيرا تحقق مع نهاية ذلك البرنامج الوثائقي لم تعد إيموجين تجد نفسها في حاجة إلى التربيت على كل سطح تصادفه إنها تقول لا تزال هناك وحوش مختبئة في عقلي ولعلها ستظل هناك دائما لكنها صارت الآن أكثر هدوءا وصار جوش قادرا على البقاء خارج البيت فترات تصل إلى ثلاثين دقيقة من غير موازنة سلوكه بين جانبي جسده وأما جاك الذي أنجز أكبر قدر من التقدم فقد صار قادرا على الخروج إلى المطاعم وتناول الطعام هناك والشرب من زجاجات وكؤوس لم يغسلها بنفسه يلخص جاك ما تعلمه تلخيصا جيدا فيقول أنا لم أختر هذه الحياة ولم أختر هذه الحالة المخيفة حقا لكن علي أن أختار كيف أتعايش معها نعم علي أن أختار كيف أتعايش معها هناك الكثير من الناس الذين يتعاملون مع كونهم مولودين مع نقص ما أو شيء ما سواء كان ذلك الشيء اضطرابا وسواسيا قهريا أو قصر قامة أو أي شيء آخر كما لو أنهم محرومون من شيء كبير القيمة يشعرون أنهم لا يستطيعون فعل شيء حيال ذلك ولذلك نراهم يتجنبون المسؤولية عن أوضاعهم إنهم يفكرون على النحو التالي أنا لم أختر مورثات الرديئة ولست مذنبا إن اتخذت الأمور مسارا سيئا هذا صحيح فاللوم ليس واقعا عليهم إنها ليست غلطتهم لكنها تظل مسؤوليتهم عندما كنت في الكلية كانت لدي رغبة خيالية في أن أصير لعب بوكر محترفا كنت أكسب المال وكل شيء وكان هذا أمرا حسنا لكني أمضيت سنة في لعب البوكر جديا ثم توقفت لم يناسبني نمط الحياة المتمثل في السهر طيلة الليل محدقا في شاشة كمبيوتر فأربح آلاف الدولارات في يوم ما ثم أخسر القسم الأكبر منها في اليوم الذي يلي ثم إن تلك لم تكن طريقة صحية مستقرة لكسب العيش لكن من المفاجئ أن الزمن الذي أنضيته في لعب البوكر كان ذا أثر عميق في نظرتي إلى الحياة مكمل جمال البوكر هو أن الحظة رغم دوره الدائم ليس هو ما يحدد نتائج اللعبة على المدى البعيد قد يحصل اللاعب على أوراق في غاية السوء ثم يهزم شخصا حصل على أوراق ممتازة من المؤكد أن احتمال أن يفوز في الجولة ذلك الشخص الذي حصل على أوراق ممتازة كبير حقا لكن الفائز يتحدد آخر الأمر من خلال ماذا؟ نعم لقد حذرتم يتحدد من خلال الخيارات التي يقدم عليها خلال مسار اللعبة إنني أنظر إلى الحياة بالطريقة نفسها كل منا على أوراق يحصل بعضنا على أوراق أفضل من الأوراق التي يحصل عليها البعض الآخر ورغم سهولة إصابتنا بالإحباط عندما نرى أوراقنا وإحساسنا مسبقا بأننا قد هزمنا فإن اللعبة الحقيقية كامنة في الخيارات التي نتخذها بناء على هذه الأوراق وفي المخاطر التي نقرر أن نتحملها وفي العواقب التي نختار أن نقبلها والأشخاص الذين يتخذون أفضل الخيارات على الدوام ضمن الأوضاع التي يجدون أنفسهم فيها هم الأشخاص الذين يفوزون في لعبة البوكر آخر الأمر تماما مثل ما يحدث في لعبة الحياة وليس بالضرورة أن يفوز أصحاب الأوراق الأفضل هناك من يعانون نفسيا وانفعاليا نتيجة عيوب عصبية أو وراثية لكن هذا لا يغير شيئا من المؤكد أنهم قد ورثوا حظا سيئا لا يستطيع أحد أن يلومهم عليه تماما كما لا يلام الرجل صاحب القامة القصيرة الذي كان راغبا في مواعدة النساء وتماما مثل ما لا يمكن لأحد أن يلقي باللائمة على من يتعرض للسلب لكن المسئولية تظل مسئوليتهم فهل يحاولون البحث عن علاج نفسي؟ وهل يخضعون للمعالجة؟ أم لا يفعلون شيئا؟ إن الخيار خيارهم وحدهم هناك أشخاص عانوا ظروفا سيئة في طفولتهم وهناك أشخاص تعرضوا للإساءة وللانتهاك وللاحتيال نفسيا وعاطفيا وماليا لا تقع لائمة مشكلاتهم ونواقصهم عليهم لكنهم يظلون مسئولين مسئولين دائما عن المضي قدما رغم مشكلاتهم وعن اتخاذ أفضل الخيارات الممكنة ضمن الظروف المعطاة ثم فلنكن صادقين هنا إذا تسنى لنا أن نجمع كل الناس الذين لديهم اضطراب نفسي ما أو الذين لديهم اكتئاب أو أفكار انتحارية أو الذين تعرضوا للإهمال أو لإساءة المعاملة أو مروا بمأساة ما أو مات شخص يحبون أو الذين أصابتهم حالات صحية خطيرة أو حوادث أو صدمات إذا تسنى لنا أن نجمع هؤلاء كلهم في مكان واحد فمن المحتمل تماما أن نجمع كل الناس لأن ما من أحد يمكن أن يعيش حياته كلها من غير أن تصيبه الندوب عبر مجراها من المؤكد أن بعض الناس تقع على كاهلهم مشكلات أسوأ من التي يواجهها غيرهم وهناك أشخاص صاروا ضحايا بكل معنى الكلمة وبطرق مفزعة لكن وبقدر ما يمكن لهذا الأمر أن يزعجنا أو يخيفنا فهو لا يغير شيئا في نهاية المطاف في معادلة مسئولية كل منا عن وضعه مظهر الضحية تسمح مغالطة المسئولية اللائمة للناس برمي مسئولية حل مشكلاتهم على الآخرين من المحتمل تماما أن تتيح هذه القدرة على التملص من المسئولية عن طريق إلقاء اللوم مخرجا سريعا مؤقتا وقد تمنح المرأة أيضا شعورا مرضيا بأنه محق من الناحية الأخلاقية ومن المؤسف أن من الآثار الجانبية للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أنها تجعل من الأسهل أكثر من أي وقت مضى أن يدفع المرأة المسئولية عن نفسه حتى المسئولية عن أبسط الأمور الخاطئة فيلقيها على شخص آخر أو على مجموعة أخرى والواقع أن هذا النوع الشائع من لعبة اللوم العار قد صار شعبيا إلى حد واسع بل إن هناك جماعة من الناس تراه ممتازا إن المشاركة العامة لحالات الظلم تستقطب اهتماما ومشاركة عاطفية انفعالية أكثر بكثير من معظم الأحداث الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي مما يصب في صالح الأشخاص الذين يجدون أنفسهم قادرين على زيادة شعورهم بأنهم ضحايا طيلة الوقت من خلال الاهتمام والتعاطف المتناميين مظهر الضحية هو نمط مشترك اليوم بين اليسار واليمين بين الأثرياء والفقراء على حد سواء والحقيقة أن هذه قد تكون أول مرة في تاريخ البشر تجد كل مجموعة ديموغرافية نفسها ضحية مظلومة في الوقت نفسه الذي تجد فيه المجموعات البشرية نفسها هكذا أيضا وهم كلهم يستفيدون من المخارج السهلة السريعة نتيجة السخط الأخلاقي العام الذي تستقطبه مشاركة هذه الحالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في هذه اللحظة تماما يمكن لأي شخص يشعر بالاستياء من أي شيء سواء كان ذلك نتيجة إدخال كتاب عن العنصرية في مقررات منهج جامعي ما أو منع بيع أشجار عيد الميلاد في متجر محلي أو زيادة الضريبة على الصناديق الاستثمارية بنسبة نصف بالمئة أن يعتبر نفسه مضطهدا بطريقة ما فيرى بالتالي أنه يستحق أن يغضب الناس من أجله وأن يتلقى قدرا ما من اهتمامهم إن بيئة الإعلام الراهنة تشجع ردود الأفعال هذه وتعمل على دوامها أيضا لأن ذلك يعني تحسن الأعمال في نهاية المطاف يشير كتاب المعلق الإعلامي رايان هوليدي إلى هذا باسم إباحية الغضب بدلا من العمل الصحفي على قصص حقيقية ومشكلات حقيقية تجد وسائل الإعلام أن من الأسهل لها والأكثر ربحا أن تعثر على شيء مسيء إلى حد ما فتبثه إلى جمهور واسع يخلق قدرا من الغضب ثم تعيد بث ذلك الغضب على الناس بطريقة تؤدي إلى إثارة غضب قسم جديد منهم وهذا ما يطلق نوعا من مفعول الصدى الفارغ الذي يتأرجح جيئة وذهابا بين جانبين متخيلين ويشغل أذهن الجميع عن المشكلات الاجتماعية الحقيقية ليس من العجيب إذن أن يكون الاستقطاب السياسي الآن أشد منه في أي وقت مضى والمشكلة الأكبر فيما يتعلق بمظهر الضحية هو أنه يحرف الانتباه بعيدا عن الضحايا الحقيقيين وهذا ما يشبه قصة الصبي الذي صرخ الذئب كلما ازداد عدد الناس الذين يزعمون أنهم ضحايا مظالم صغيرة صارت معرفة الضحايا الحقيقيين أكثر صعوبة ينشأ لدى الناس إدمان على الإحساس بأنهم واقعون ضحية اعتداء طيلة الوقت لأن هذا يمنحهم مخارج سهلة من الممتع أن يرى المرء نفسه محقا متفوقا من الناحية الأخلاقية وقد عبر رسام الكاريكاتير السياسي تيم كريدر عن هذا في عمود نشره في صحيفة نيويورك تايمز هذا الغضب العام يشبه الكثير من الأشياء التي تخلق لدى الإنسان شعورا طيبا لكنه يلتهمنا من الداخل مع مرور الوقت بل إنه أكثر خبثا من معظم الرذائل الأخرى لأننا لا نعرف حتى بأنه ممتع لنا لكن جزءا من عيشنا في مجتمع ديمقراطي حر يتمثل في أن علينا التعامل مع أشخاص ومع وجهات نظر لا تعجبنا بالضرورة إنه ببساطة الثمن الذي ندفعه لقاء عيشنا في هذا المجتمع بل يمكن القول أيضا إن هذا مغزى النظام الديمقراطي كله والظاهر أن هناك عددا متزايدا من الناس الذين ينسون هذه الحقيقة علينا أن ننتقي معاركنا بعناية وانتباه وأن نحاول في الوقت نفسه أن يكون لدينا شيء من التفهم للآخر أي لذلك الذي ندعوه عدوا علينا أن نتعاطى مع الأنباء ووسائل الإعلام بالقدر الصحي من التشكك وأن نتجنب طلاء من يختلفون معنا بلون موحد داكن علينا أن نضع قيم الصدق وتشجيع الشفافية والترحيب بالشك في مكانة متقدمة على قيم من قبيل أن يكون المرء محقا وأن يكون إحساسه تجاه نفسه طيبا وأن ينتقم يصير الحفاظ على هذه القيم الديمقراطية أكثر صعوبة في خضم هذا الضجيج المستمر عن العالم المترابط شبكيا لكن علينا أن نقبل المسؤولية وأن نستمر في رعاية هذه القيم بصرف النظر عن أي شيء قد يكون استقرار أنظمتنا السياسية في المستقبل معتمدا على هذا لا تقل كيف قد يسمع أشخاص كثيرون هذا كله ثم يقولون شيئا من قبيل لا بس لكن كيف فهمت أن قيمي سيئة وأنني أتجنب تحمل المسؤولية عن مشاكل كلها وأنني لست إلا شخصا تافها يشعر باستحقاق أكثر بما يجب ويظن أن على العالم أن يدور من حوله ومن حول كل مشقة يلاقيها لكن كيف أتغير أقول ردا على هذا وبأقصى قدر من الحيادية افعل أو لا تفعل لكن لا تقل لي كيف أنت تمارس عملية الاختيار بالفعل تمارسها في كل لحظة من كل يوم تختار ما تهتم به وهذا يعني أن التغير أمر بسيط لا يحتاج أكثر من أن تهتم بشيء مختلف الأمر بسيط إلى هذه الدرجة حقا لكنه ليس سهلا وهو ليس سهلا لأنك ستحس نفسك أولى الأمر فاشلا مزيفا غبيا وسوف تكون متوتر الأعصاب وسوف يصيبك الذعر أيضا ومن الممكن أن تنفجر غضبا على زوجتك أو أصدقائك أو أهلك خلال مجرى هذه العملية وهذه كلها آثار جانبية لتغيير قيمك أي لتغيير ما تهتم به حقا لكنها آثار جانبية لا مفر منها الأمر بسيط لكنه صعب صعب بكل معنى الكلمة دعونا الآن نلقي نظرة على بعض هذه الآثار الجانبية سوف تشعرون بنوع من عدم اليقين وأنا أضمن لكم هذا أعلي حقا أن أترك هذا؟ أهذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي علي فعله؟ التخلي عن قيمة اعتدت الاعتماد عليها طيلة سنوات كثيرة سوف يجعلك تشعر بنوع من الضياع وستجد نفسك غير قادر على التمييز بين ما هو صحيح وما هو خاطئ إنه أمر صعب لكنه طبيعي وبعد ذلك ستحس أنك فاشل لقد أمضيت نصف عمرك وأنت تقيس نفسك بتلك القيمة القديمة ثم تقوم بتغيير أولوياتك ومقاييسك وتكف عن التصرف بالطريقة نفسها فتصير غير قادر على تلبية المقياس القديم الذي كنت تثق به فتشعر على الفور بأنك أشبه بشخص مزيف أو بأنك لا أحد هذه أيضا نتيجة طبيعية وهي بدورها غير مريحة ومن المؤكد أنك ستبدأ ممارسة الرفض إن في حياتك الكثير من العلاقات المبنية على القيم التي كنت تحملها وهذا يعني أن لحظة تغييرك تلك القيم اللحظة التي تقرر فيها أن الانصراف إلى الدراسة أكثر أهمية من إقامة الحفلات وأن الزواج وتكوين أسرة أكثر أهمية من الجنس في حد ذاته وأن عملك في وظيفة مقنعة لك أكثر أهمية من المال الذي تجنيه هي اللحظة التي ترى فيها أن لتحولك هذا أثر على علاقاتك التي قد ينهر بعضها أمام عينيك هذه نتيجة طبيعية أيضا ومن الواضح أنها لن تكون مريحة هذه نتائج جانبية لا بد منها وإن تكون مؤلمة لاختيارك توجيه اهتمامك وجهة أخرى ووضعه في مكان أكثر أهمية وأكثر استحقاقا لطاقتك ومع إعادتك النظر في قيمك سوف تواجه مقاومة داخلية ومقاومة خارجية طيلة الطريق وسوف تشعر أكثر من أي شيء آخر بأنك قد فقدت اليقين فتسأل نفسك إن كان ما تفعله خاطئا لكننا سنرى بعد قليل أن هذا التساؤل أمر حسن أيضا الفصل السادس أنت مخطئ في كل شيء وأنا كذلك قبل خمسمائة عام من الآن كان رسام الخرائط يعتقدون أن ولاية كاليفورنيا جزيرة وكان الأطباء يعتقدون أن فتح ذراع إنسان أو جعله ينزف من أي مكان في جسده يمكن أن يشفي المرض وكان العلماء يعتقدون أن النار مصنوعة من شيء يطلقون عليه اسم مصدر اللهب وكانت النساء تظن أن مسح وجوههن ببول الكلاب يمنحهن مظهر الشباب الدائم كما كان الفلكيون يعتقدون أن الشمس تدور من حول الأرض وعندما كنت ولدا صغيرا كنت أظن أن متواضع نوع من الخضر لا أحب تناوله وكنت أظن أن أخي قد عثر على ممر سري في بيت جدتنا لأنه كان قادرا على التسلل خارجا من غير أن يخرج من الحمام ملاحظة هامة كانت في الحمام نافذة وكنت أظن أيضا أن ذهاب صديقي مع عسرته في زيارة إلى جبل واشنطن يعني أنه مرتحل رجوعا في الزمن على نحو ما إلى الحقبة التي كانت الديناصورات تعيش فيها وهذا لأن ذلك الرمز أي جبل واشنطن يشير إلى زمن بعيد جدا في الماضي ولما صرت مراهقا كنت أقول للجميع إنني لا أهتم بأي شيء لكن الحقيقة كانت أنني أهتم بأشياء أكثر مما يلزمني بكثير وكان أشخاص آخرون يحكمون عالمي من غير أن أعرف ذلك كنت أظن أن السعادة قدر وليست خيارا وكنت أظن أن الحب شيء يحدث من تلقاء نفسه وليس شيئا يعمل المرء من أجله وكنت أظن أن كون المرء رائعا شيء يتمرن عليه المرء ويتعلمه من الآخرين وليس شيئا يخترعه المرء من أجل نفسه وعندما صارت لي صديقة للمرة الأولى ظننت أننا سنظل معا إلى الأبد وعندما انتهت العلاقة ظننت أنني لن أعيش المشاعر نفسها من جديد مع أية امرأة أخرى وعندما عشت تلك المشاعر من جديد مع امرأة أخرى ظننت أن الأمر كذلك لأن الحب لا يكون كافيا بعض الأحيان ثم أدركت أن على كل فرد من الأفراد أن يقرر ما هو كاف له وأن الحب يمكن أن يوجد في أي مكان نسمح له بأن يوجد فيه لقد كنت مخطئا في كل خطوة من خطوات طريقي كنت مخطئا في كل شيء طيلة حياتي كلها كنت مخطئا تماما فيما يتعلق بنفسي وبالآخرين وبالمجتمع وبالثقافة وبالعالم وبالكون في كل شيء آمل أن يستمر الوضع هكذا طيلة ما بقي لي من حياتي ومثل ما يستطيع مارك الموجود حاليا أن ينظر إلى الخلف إلى أخطاء مارك وعيوبه في الماضي فسوف ينظر مارك إلى الخلف في يوم من الأيام في المستقبل سينظر إلى ما يظنه ويقوله مارك الحالي بما في ذلك محتويات هذا الكتاب فيلاحظ عيوبا وأخطاء مماثلة وسوف يكون هذا أمرا حسنا لأنه يعني أنني أنمو وأتطور هناك عبارة شهيرة للاعب كرة السلة مايكل جوردن تتحدث عن فشله مرة بعد مرة بعد مرة وعن أن ذلك هو السبب في نجاحه حسن جدا سأقول ما قال إنني أخطئ دائما في كل شيء مرة بعد مرة بعد مرة وهذا سبب تحسن حياتي وتطورها إن النمو عملية ترابطية متكررة لا نهاية لها نحن لا ننتقل من خطأ إلى صواب عندما نتعلم شيئا جديدا بل إننا ننتقل من خطأ إلى خطأ لكنه خطأ أقل بمقدار طفيف وعندما نتعلم شيئا إضافيا بعد ذلك فإننا ننتقل من خطأ أقل بقدر بسيط إلى خطأ أقل بقدر بسيط إضافي ثم ننتقل إلى خطأ أقل بقدر بسيط من ذلك الخطأ وهكذا دواليك نحن في عملية اقتراب دائمة من الحقيقة ومن الكمال من غير أن نصل أبدا إلى تلك الحقيقة أو إلى ذلك الكمال لسنا مطالبين بأن نعثر على الإجابة الصحيحة صحة مطلقة فيما يتعلق بأنفسنا بل علينا أن نبحث عما نحن مخطئون فيه اليوم فنتخلص منه حتى نستطيع أن نكون مخطئين أقل يوم غد يمكن للنمو الشخصي أن يكون أمرا علميا تماما عند النظر إليه من هذه الزاوية قيمنا هي فرضياتنا هذا السلوك جيد وهو هام أما ذلك السلوك فهو ليس كذلك وأما أفعالنا فهي تجارب كما في العلم كما أن أنماط المشاعر والانفعالات والأفكار الناتجة هي البيانات التي نحصل عليها لا وجود لعقيدة صائبة أو إيديولوجية كاملة الموجود فقط هو ما تجعلك تجاربك تراه صحيحا بالنسبة إليك وحتى في هذه الحالة فإن من الممكن أن تكون تجربتك أيضا خاطئة على نحو ما وبما أن لي ولك ولكل شخص آخر حاجات مختلفة وتاريخا مختلفا وظروف حياة مختلفة فإننا نصل بالتأكيد إلى إجابات صحيحة مختلفة فيما يتعلق بمعنى حياتنا وكيف يجب أن نحياها تتضمن إجابة الصحيحة السفر وحدي على امتداد سنوات طويلة والعيش في أماكن نائية معزولة والضحك بأقصى ما أستطيع أو على الأقل هكذا كانت الإجابة الصحيحة حتى وقت قريب لكن إجابتي ستتغير وترتقي دائما لأنني أتغير وأرتقي ومع تقدمي في السن وزيادة تجاربي فإنني أتخلص من بعض ما في إجابتي من خطأ فتصير أكثر انسجاما مع متطلباتي يوما بعد يوم وهذا سيستمر هناك أشخاص كثيرون لديهم هاجس أن يكونوا على صواب في حياتهم إلى حد يجعلهم لا يعيشون تلك الحياة أبدا لنقل إن هناك امرأة عازبة وحيدة تريد لنفسها شريكا لكنها لا تخرج من بيتها أبدا ولا تفعل شيئا للوصول إلى ما تريد ولنقل إن هناك رجلا يفني نفسه في العمل ويظن أنه يستحق ترقية لكنه لا يقول ذلك أبدا بوضوح أمام مديره إنهما خائفان من الفشل أو من الرفض أو من وجود شخص ما يقول لهما لا لكن الأمر ليس هكذا من المؤكد أن الرفض مؤلم وأن الفشل مزعج لكن هناك بعض الأمور اليقينية التي نتمسك بها إنها أمور يقينية نخشى أن نضعها موضع التساؤل أو نتخلى عنها إنها قيم منحت حياتنا معناها على امتداد سنوات طويلة تلك المرأة لا تخرج من بيتها ولا تواعد أحدا لأنها ستجد نفسها مضطرة إلى مواجهة معتقداتها فيما يتعلق بمدى كونها مرأة مرغوبة وأما الرجل فهو لا يطلب الترقية لأن ذلك يعني مواجهة معتقداته حول القيمة الحقيقية لمهاراته من الأسهل على المرء أن يجلس في مكانه مع يقينه المؤلم بأن ما من أحد يجده جذابا وما من أحد يقدر مواهبة من أن يختبر ذلك اليقين اختبارا حقيقيا ويتأكد من الأمر بنفسه إن المعتقدات التي من هذا النوع اعتقادي بأنني لست جذابا إلى الحد الكافي فلماذا أتعب نفسي أو اعتقادي بأن مديري في العمل شخص سيء تافه فلماذا أتعب نفسي هذه المعتقدات مصممة لإعطائنا قدرا متواضعا من الراحة الآن مع التضحية بقدر أكبر من السعادة والنجاح في وقت لاحق هذه استراتيجية شديدة السوء على المدى البعيد لكننا نتعلق بها لأننا نفترض أننا محقون ولأننا نفترض معرفتنا المسبقة بما سيحدث بكلمات أخرى نفترض أننا نعرف نهاية القصة اليقين عدو التطور وما من شيء يقيني قبل أن يحدث قبل أن يتحقق فعلا وحتى تلك اللحظة فهو يظل قابلا للجدل هذا هو السبب في أن قبول النواقص والعيوب المحتومة في قيمنا أمر لا بد منه حتى تنمو تلك القيم وتتطور بدلا من الجري وراء اليقين علينا أن نكون في حالة شك وبحث دائمين شك في معتقداتنا وشك في أحاسيسنا وشك في ما قد يحمله المستقبل لنا إذا لم نتحرك ونخلق ذلك المستقبل لأنفسنا وبدلا من السعي إلى أن نكون على صواب طيلة الوقت يتعين علينا أن نبحث طيلة الوقت عن كيف نكون مخطئون هذا لأننا مخطئون دائما وأن نكون مخطئين يجعلنا منفتحين على إمكانية التغير أن نكون مخطئين يأتينا بفرصة للنمو والتطور وهو لا يعني إحداث شق في ذراعنا فصد لكي نشفى من المرض ولا أن نرش وجهنا ببول الكلاب حتى نبدو شبابا من جديد وهو يعني أن لا نظن أن متواضع نوع من أنواع الخضر وأن لا نخشى منح بعض الأشياء اهتماما الأمر هكذا لأن هناك شيء غريبا لكنه حقيقي نحن لا نعرف حقا ما هي التجربة الإيجابية أو السلبية ينتهي بعض أصعب وأشد اللحظات في حياتنا بأن يكون أكثرها تحفيزا وصوغا لنا كما يتضح لنا أن بعضا من أكثر اللحظات إشباعا في حياتنا هي أيضا لحظات تشتت انتباهنا وتنزع الحافز منا لا تثق بفكرتك عن التجارب الإيجابية السلبية كل ما نحن متأكدون من معرفته حقا هو ما يؤلمنا في اللحظة الراهنة وما لا يؤلمنا وهذا ليس شيئا كبير القيمة تماما مثلما ننظر مذعورين إلى الحياة التي كان يعيشها الناس قبل خمسمائة سنة أتخيل الناس بعد خمسمائة سنة من الآن وهم يضحكون منا ومن يقينياتنا سيضحكون كثيرا عندما يرون كيف نترك مالنا ووظائفنا تحدد لنا حياتنا وسيضحكون عندما يرون كم نحن خائفون من إظهار تقديرنا لأشخاص هم أكثر أهمية بالنسبة إلينا لكننا نكيل المديحة لشخصيات عامة لا تستحق أي شيء وسيضحكون منا عندما يرون طقوسنا والأشياء التي نتطير منها والأشياء التي تسبب قلقنا والأشياء التي تجعل حروبا تنشب بيننا سوف ينظرون شزرا إلى قسوتنا وسوف يدرسون فنوننا ويتجادلون حول تاريخنا وسيدرك هؤلاء الناس حقائق عن حياتنا لا يعرفها أحد منا حتى الآن وسوف يكونون مخطئينهم أيضا وسيتجاوزون الكثير من أخطائنا حاول أن تفهم هذا خذ شخصا لا على التعيين وضعه في غرفة مع مفتاح صغير يمكنه أن يضاط عليه ثم أخبره بأنه إذا فعل شيئا محددا شيئا عليه أن يحدده بنفسه فإن مصباحا سيضيء مشيرا إلى أنه كسب نقطة ثم قل له أن يحصي النقاط التي يستطيع أن يكسبها خلال فترة ثلاثين دقيقة عندما أجرى علماء النفس هذه التجربة حدث ما لعلك تتوقعه جلس الأشخاص الذين خضعوا إلى هذه التجربة وراحوا يضغطون المفتاح عشوائيا إلى أن أضاء المصباح ليخبرهم أنهم أحرزوا نقطة ومن المنطقي عند ذلك أنهم حاولوا تكرار ما فعلوه بغية الحصول على مزيد من النقاط لكن المصباح لم يكن يضيء مجددا وهكذا راحوا يجربون طرقا معقدة مختلفة اضغط المفتاح ثلاث مرات ثم ضغطه مرة ثم انتظر خمس ثوان ثم يضيء المصباح نقطة أخرى لكن هذا لم يعد مجديا في آخر المطاف راحوا يفكرون لعل الأمر لا علاقة له بالمفتاح على الإطلاق لعله متعلق بكيفية جلوسي أو لعله متعلق بما ألمسه قد يكون للأمر علاقة بقدمي أضاء المصباح نقطة أخرى نعم إنهما قدمي ثم أضغط المفتاح يضيء المصباح وبشكل عام تمكن كل شخص خلال فترة تراوحت من عشر دقائق إلى خمس عشرة دقيقة من العثور على السلوكيات اللازمة لجني مزيد من النقاط وقد كانت هذه السلوكيات غريبة حقا أشياء من قبيل الوقوف على قدم واحدة أو تذكر سلسلة طويلة من ضغطات متتابعة على المفتاح خلال زمن محدد مع النظر في اتجاه ما لكن إليكم الجزء الغريب من القصة كان منح نقاط عشوائيا في واقع الأمر لم يكن هناك أي تسلسل بعينه ولا أي نمط محدد مجرد مصباح يضيء وأشخاص يضاطون على المفتاح ظنين أن ما يفعلونه يمنحهم نقاطا إذا أزحنا كل شيء جانبا نجد أن هدف التجربة كان تبيان سرعة العقل البشري في اختراع بعض الهراء ثم تصديقه واعتباره حقيقة وقد اتضح أننا ماهرون حقا في هذا الأمر ماهرون كلنا خرج كل شخص من تلك الغرفة مقتنعا بأنه اجتاز التجربة بنجاح وفاز في اللعبة كانوا مقتنعين كلهم بأنهم اكتشفوا التسلسل الصحيح للضغط على المفتاح الذي جعلهم يكسبون نقاطهم لكن الطرق التي اخترعوها كانت فريدة فرادة الأشخاص أنفسهم توصل أحد الرجال إلى سلسلة طويلة من الضغطات على المفتاح لا معنى لها إلا بالنسبة إليه وخرجت إحدى الفتيات مقتنعة بأن عليها أن تلمس السقف عددا بعينه من المرات حتى تفوز بالنقاط وعندما خرجت من الغرفة كانت في غاية الإرهاق نتيجة القفز المتكرر حتى تلمس السقف إن أدمغتنا آلات للمعاني وأما ما ندركه على أنه معنى فهو متولد من الارتباطات التي يقيمها عقلنا بين تجربتين أو أكثر نضغط مفتاحا فنرى المصباح يضيء نفترض أن المفتاح جعل المصباح يضيء هذا في جوهره أساس المعنى مفتاح ضوء ضوء مفتاح إننا نرى كرسيا ونحن نلاحظ أن لون الكرسي رمادي وعندها يقيم عقلنا ارتباطا بين اللون رمادي وبين الشيء كرسي ثم يصوغ المعنى الكرسي رمادي تعمل أدمغتنا دائما وتولد المزيد والمزيد من الارتباطات حتى تساعدنا في فهم البيئة المحيطة بنا وفي التحكم بها وكل شيء في التجارب التي نعيشها التجارب الخارجية والداخلية يولد ارتباطات وصلات جديدة ضمن أدمغتنا كل شيء من الكلمات التي في هذه الصفحة إلى المفاهيم النحوية التي نستخدمها لفهم هذه الكلمات إلى الشتائم القذرة التي يتجه دماغك إليها عندما يصير ما تسمعه متكررا أو مملا كل فكرة من هذه الأفكار وكل نبضة وكل إدراك مكون من آلاف وآلاف الترابطات العصبية التي تتداخل معا وتنير لعقلك ضوءا في مسار الفهم والمعرفة لكن هناك مشكلتان الأولى أن عقولنا ليست كاملة ونحن نخطئ في أشياء نراها ونسمعها كما أننا ننسى بعض الأشياء ونخطئ تفسير الأحداث بكل سهولة المشكلة الثانية أن أدمغتنا مصممة للتمسك بالمعنى الذي نخلقه لأنفسنا إننا منحازون دائما إلى المعنى الذي صنعته عقولنا ونحن لا نرغب في التخلي عنه وحتى عندما نرى دليلا يناقض المعنى الذي توصلنا إليه فإننا نتجاهل ذلك الدليل معظم الأحيان ونظل متمسكين باعتقادنا قال الكوميدي إيمو فليبس ذات مرة كنت أظن أن الدماغ البشرية أعظم عضو في جسدي ثم عرفت من الذي يقول لي هذا والحقيقة المؤسفة هي أن القسم الأكبر مما نتوصل إلى معرفته والاعتقاد به نتاج على صلة وثيقة بالانحياز وانعدام الدقة الموجودين في أدمغتنا إن الكثير من قيامنا بل حتى معظمها منتجات لأحداث لا تمثل العالم كله أو هي ناتجة عن ماض نسيء فهمه إساءة تامة فما نتيجة هذا الكلام؟ النتيجة أن معظم معتقداتنا خاطئة أو لنكن أكثر دقة معتقداتنا خاطئة كلها لكن بعضها خاطئ أقل من غيره العقل البشري كتلة متشابكة من قلة الدقة صحيح أن هذه فكرة قد تجعلك غير مرتاح إلا أن قبولها مهم أهمية يصعب تصديقها وسوف نرى هذا انتبه إلى ما أنت مقتنع به خلال خضوعها للمعالجة النفسية في سنة 1988 توصلت الصحفية الكاتبة في ميدان النسوية مردث ماران إلى حقيقة مفاجئة لقد أساء والدها إليها جنسيا عندما كانت طفلة كانت هذه صدمة لها ذاكرة مقموعة أمضت معظم حياتها بعد أن كبرت من غير أن تعرف عنها شيئا لكنها واجهت أباها عندما كانت في السابعة والثلاثين من عمرها وأخبرت أفراد أسرتها بما جرى أثار ما قالته ماردث ذعر الأسرة كلها أنكر والدها على الفور أنه قد فعل أي شيء وقف بعض أفراد الأسرة إلى جانب ماردث ووقف بعضهم الآخر إلى جانب الأب انقسمت شجرة العائلة إلى شقين وسرى الألم الذي كان عنصرا محددا في العلاقة بين ماردث ووالدها منذ زمن طويل فانتشرك العفن بين أغصان تلك الشجرة لقد تمزق الجميع وفي سنة 1996 توصلت ماردث إلى اكتشاف مفاجئ آخر لم يقم والدها بأية إساءة جنسية انتجاهها لقد اخترى عقلها تلك الذكرى بمساعدة من معالج نفسي حسن النية استبد بها الشعور بالذنب وأمضى الطيلة ما بقي من حياة أبيها في محاولة مصالحته ومصالحة بقية أفراد الأسرة من خلال شروح واعتذارات لا نهاية لها لكن الوقت لم يسعفها لأن والدها مات ولم يكن لتلك الأسرة أبدا أن تعود مثل ما كانت ثم اتضح أن ماردث لم تكن وحيدة إنها تصف في سيرتها الذاتية التي حملت عنوان كذبتي قصة حقيقية عن ذكر زائفة كيف أن نساء كثيرات في عقد الثمانينيات اتهمن بعض الذكور من أفراد أسرهن بالإساءة الجنسية إليهن ثم لم يلبثن أن عدن عن أقوالهن بعد سنوات من ذلك وعلى نحو مماثل ظهر في تلك الحقبة أيضا أشخاص كثيرون تحدثوا عن وجود مجموعات من عبدة الشيطان تسيئ إلى الأطفال إلا أن الشرطة لم تعثر أبدا على أي دليل على تلك الممارسات الجنونية التي وصفوها على الرغم من تحقيقات كثيرة جرت في عشرات المدن لماذا راح الناس فجأة يختلقون ذكريات عن إساءات مفزعة في الأسرة وفي بعض الجماعات الدينية ولماذا كان ذلك كله يحدث في ذلك الوقت أي في عقد الثمانينيات هل لعبت لعبة التليفون عندما كنت طفلا؟ تلك اللعبة التي تهمس فيها بشيء ما في أذن أحدهم ثم ينتقل ذلك الشيء الذي قلته عبر عشرة أشخاص بالطريقة نفسها فيكون ما يسمعه آخر واحد منهم مختلفا كل الاختلاف عما قلته في البداية من حيث الأساس هكذا تعمل ذاكرتنا نمر بتجربة ما وبعد بضعة أيام نتذكر تلك التجربة على نحو مختلف قليلا كما لو أن أحدا همس بها في أذننا فلم نسمعه جيدا ثم نخبر شخصا عن تلك التجربة ونجد أنفسنا مضطرين إلى ملء بعض الفجوات بأشياء من عندنا حتى نتأكد من أن يكون للحكاية كلها معنا وحتى لا تبدو حكاية جنونية ثم نصدق تلك الأشياء الصغيرة التي أضفناها لملء الثغرات وهكذا نحكي القصة كاملة مع الإضافات في المرة القادمة لكن تلك الإضافات ليست حقيقية ونحن نعرف أنها خاطئة بعض الشيء ثم نسكر ذات ليلة بعد سنة من ذلك ونحكي القصة نفسها فنضيف إليها مزيدا من التحسينات لا بأس فلنكن صادقين يصير ثلث قصتنا مختلقا لكننا نكون صاحين بعد أسبوع من ذلك ولا نريد الإقرار بأننا أفرطنا في الكذب وهكذا نسرد القصة بنسختها الموسعة السكرة ثم تمر خمس سنين فتصير قصتنا التي نقسم بأنها صحيحة نقسم بأرواح أمهاتنا بأنها صحيحة وأنها صادقة أكثر من الصدق نفسه تصير غير صحيحة إلا بنسبة خمسين بالمئة فقط نحن نفعل هذا كلنا أنت تفعل هذا وأنا أفعل هذا ولا علاقة للأمر بمدى صدقنا أو حسن نوايانا لأننا في حالة دائمة من تضليل أنفسنا وتضليل الآخرين لا لسبب إلا لأن أدمغتنا مصممة على أن تكون نشطة دائما لكنها ليست مصممة لأن تكون دقيقة لا يقتصر الأمر على سوء ذاكرتنا ذاكرة سيئة إلى حد يجعل المحاكم لا تأخذ شاهد العيان على محمل الجد تماما في بعض الأحيان بل إن أدمغتنا تعمل أيضا بطريقة منحازة إلى حد فضيع كيف هذا؟ يحاول الدماغ دائما أن يستنتج معنا مما يحيط بنا وذلك استنادا إلى ما نعتقده مسبقا وإلى ما خبرناه مسبقا تقاس كل معلومة جديدة باستخدام قيم واستنتاجات موجودة لدينا مسبقا ونتيجة ذلك يكون الدماغ متحيزا دائما إلى ما نشعر بأنه صحيح في تلك اللحظة وهكذا عندما تكون علاقتي بأختي ممتازة فإني أفسر معظم ذكرياتي معها في ضوء إيجابي وأما عندما تسوء العلاقة فغالبا ما يحدث أنني أنظر إلى تلك الذكريات نفسها نظرة مختلفة فأعيد اختراعها بطريقة تفسر الغضب والانزعاج القائمين بيننا الآن إنني أنظر الآن إلى هديتها اللطيفة التي قدمتها لي العام الماضي باعتبارها شيئا يرمز إلى نزعة فوقية كأنها كانت تعطيني حسنة لا هدية ثم لا أعود أقبل أن عدم دعوتها لنا إلى بيتها عند البحيرة غلطة بريئة حدثت عن غير قصد بل أراها إهمالا وتجاهلا فضيعين من جانبها تصير قصة ميريدث الكاذبة عن إساءة أبيها إليها أكثر معنا بكثير عندما نفهم القيم التي انبعث منها ذلك الاعتقاد يجب أن نعرف في البداية أن علاقة ميريدث بأبيها كانت صعبة متوترة خلال الشطر الأكبر من حياتها ويجب أن نعرف ثانيا أن ميريدث أقامت سلسلة من العلاقات الفاشلة مع الرجال بما في ذلك زواج فاشل وهكذا فقد كانت القيم التي لديها تقول إن العلاقات الوثيقة مع الرجال أمر سيء وفي أوائل الثمانينيات صارت ميريدث ناشطة نسوية متشددة وبدأت تجري أبحاثا عن الإساءة الجنسية إلى الأطفال واجهتها قصص إساءات مخيفة جدا واحدة تلو الأخرى وتعاملت مع أشخاص تعرضوا إلى إساءات جنسية داخل الأسرة بنات صغيرات عادة واستمر ذلك عدة سنوات كما كتبت تقارير صحفية كثيرة عن عدد من الدراسات غير الدقيقة التي ظهرت في ذلك الوقت تقريبا دراسات اتضح فيما بعد أنها بالغت كثيرا في مدى تفشي ظاهرة الاعتداء على الأطفال ضمن الأسرة ذكرت واحدة من أشهر تلك الدراسات أن ثلث النساء البالغات تعرضن لاعتداءات جنسية في طفولتهم ثم تبين لاحقا أن هذا الرقم غير صحيح على الإطلاق وفوق هذا كله وقعت ميرديث في حب امرأة أخرى وأقامت علاقة جنسية معها كانت تلك المرأة من النساء اللواتي تعرضن لاعتداء جنسي داخل الأسرة في طفولتهم لقد طورت ميرديث علاقة سامة من الاعتماد المتبادل بينها وبين شريكتها تلك الشريكة التي كانت ميرديث تحاول دائما إنقاذها من ماضيها الأليم وقد استخدمت الشريكة ماضيها الأليم سلاحا لتجعل ميرديث تشعر بالذنب إزاءها حتى تكسب عطفها وحبها يشتمل الفصل الثامن على المزيد حول هذا الأمر وحدوده وفي هذه الأثناء ازداد تدهور علاقة ميرديث بأبيها فلم يكن مسرورا أبدا بأنها تقيم علاقة مثلية وكانت تواضب على جلسات العلاج النفسي على نحو يكاد يكون وسواسيا وأما المعالجون الذين كانت لديهم قيمهم ومعتقداتهم التي توجه سلوكهم فكانوا مصرين دائما على أن من غير الممكن أن يكون عمل ميرديث المرهق في إعداد التقارير الصحفية أو علاقاتها الفاشلة بالرجال السبب الوحيد الكامن خلف تعاستها لا بد أن يكون هناك شيء آخر شيء أكثر عمقا في تلك الفترة تقريبا ظهر نوع جديد من المعالجة النفسية أطلق عليه اسم المعالجة بالذاكرة المكبوتة وصارت له شعبية كبيرة يشتمل هذا النوع من المعالجة على وضع المريض في حالة تشبه التنويم المغناطيسي ثم يجري تشجيعه على نبش ذكريات طفولته المنسية وعيشها من جديد تكون هذه الذكريات عادية لا مشكلة فيها أكثر الأحيان لكن الفكرة كانت أن هناك قسما من الذكريات قد يكون ذكريات سيئة هكذا كانت المسكينة ميرديث بائسة تجري كل يوم أبحاثا عن سفاح القربة وعن الإساءة الجنسية تجاه الأطفال حانقة على أبيها وقد مرت بحياة حافلة بالعلاقات الفاشلة مع الرجال ثم كان الشخص الوحيد الذي بدى لها أنه يفهمها ويحبها امرأة أخرى امرأة أخرى كانت ضحية سفاح القربة فيما مضى كانت تستلقي على الأريكة كل يومين فتبكي أمام معالجها الذي يطالبها مرة بعد مرة بأن تتذكر شيئا لا تستطيع تذكرا هكذا هو الأمر لدينا هنا حالة ممتازة من أجل ذكرى مختلقة عن اعتداء جنسي لم يحدث أبدا إن المشكلة الكبرى التي تواجهها أدمغتنا عندما تعالج تجارب حياتنا هي تفسير تلك التجارب على نحو يجعلها منسجمة مع خبراتنا السابقة كلها ومع مشاعرنا ومعتقداتنا لكننا كثيرا ما نواجه في حياتنا أوضاعا لا يحدث التوافق فيها بين الماضي والحاضر في هذه المناسبات ينتصب ما نعيشه في اللحظة الراهنة في مواجهة كل ما نقبله باعتباره حقيقة وكل شيء نعتبره منطقيا حين يتعلق بالماضي وفي مسعى لتحقيق التوافق المفقود تعمد أدمغتنا بعض الأحيان أي في حالات من هذا النوع إلى اختلاق ذكريات زائفة ومن خلال الربط بين تجاربنا الحالية وذلك الماضي المتخيل تسمح لنا أدمغتنا بالإبقاء على ما استقر في أذهاننا من معنى وكما لاحظنا آنفا لم تكن قصة ميريدث فريدة من نوعها والواقع أن سنوات عقد الثمانينيات وبداية عقد التسعينيات شهدت اتهام مئات الأشخاص الأبرياء بالعنف الجنسي في ظل ظروف مشابهة وقد ذهب كثير من هؤلاء الناس إلى السجن بالنسبة للأشخاص الذين كانوا غير راضين عن حياتهم قدمت هذه التفسيرات الموحية إلى جانب الشحنة العاطفية الكبيرة التي ضختها وسائل الإعلام في الأمر حافزا جعل اللاوعي في عقول الناس يدفع تلك العقول إلى بعض التلفيق في ذكريات أصحابها لكي يتمكنوا من تفسير معاناتهم الحالية على نحو يسمح لهم بأن يكونوا ضحايا وأن يتجنبوا تحمل المسئولية وهكذا لعبت المعالجة بالذاكرة المكبوتة دور الوسيلة لإخراج هذه الرغبات غير الواعية من مكامنها ووضعها في صيغة ذاكرة تبدو شيئا ملموسا صارت هذه العملية والحالة الذهنية الناتجة عنها شديدة الشيوع إلى حد جعلهم يطلقون عليها اسم وتلازمة الذاكرة الزائفة وقد أدت إلى تغيير في طريقة عمل المحاكم جرت محاكمة آلاف من هؤلاء المعالجين وفقدوا تراخيص عملهم خرجت المعالجة بالذاكرة المكبوتة من ميدان الممارسة وحلت محلها طرق عملية أكثر منها ثم أفضط الأبحاث اللاحقة إلى التأكيد على الدرس الأليم الذي جرى تعلمه في تلك الحقبة معتقداتنا مرنة وذكرياتنا غير موثوقة إلى حد مخيف هناك قدر كبير من الحكمة التقليدية التي تخبرنا بأن نثق بأنفسنا ونستمع إلى قلوبنا ومختلف أنواع الكليشيهات التي تسر الأسماع لكن لعل الإجابة الصحيحة هي أن علينا أن نقلل من الثقة بأنفسنا فبعد كل حساب إذا كانت قلوبنا وعقولنا غير موثوقة فقد يكون علينا أن نزيد من وضع نوايانا ودوافعنا موضع التساؤل إذا كنا مخطئين جميعا طيلة الوقت أفلا يكون الشك في أنفسنا وتحدي أفكارنا ومعتقداتنا وفرضياتنا تحديا لا يعرف الهوادة هو المسلك المنطقي الوحيد من أجل التقدم قد يبدو هذا مخيفا وقد يبدو نوعا من تحطيم الذات لكنه على العكس من ذلك تماما وهو ليس بالخيار الأكثر أمانا فحسب بل إنه يمنحنا أيضا قدرا أكبر من الحرية مخاطر اليقين المحض إيرن جالسة قبالتي في واحد من مطاعم السوشي تحاول شرح ما يجعلها غير مؤمنة بالموت لقد مضت ثلاث ساعات وأكلت إيرن كمية كبيرة من السوشي وشربت وحدها زجاجة ساكي كاملة الحقيقة أنها صارت الآن في منتصف الزجاجة الثانية الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم الثلاثاء لم أدع إيرن إلى هذا المطعم لقد عرفت مكان تواجدي من الإنترنت فأتت ووجدتني هنا ليست المرة الأولى لقد فعلت هذا من قبل إيرن مقتنعة بأنها قادرة على شفاء الموت لكنها مقتنعة أيضا بأنها في حاجة إلى مساعدة مني حتى تفعل ذلك لكن المساعدة التي تطلبها ليست نوعا من العمل لو أنها أرادت بعض النصائح في مجال العلاقات العامة أو شيئا من هذا القبيل لما كان في الأمر أي مشكلة لا فالأمر أكثر من هذا تريدني أن أكون على علاقة معها لماذا؟ ظل الأمر غير واضح على الرغم من ثلاث ساعات من الأسئلة وعلى الرغم من زجاجة ونصف زجاجة من الساكي بالمناسبة كانت خطيبتي معنا في ذلك المطعم رأت إيرن أن من المهم أن تكون خطيبتي طرفا في هذه المناقشة وأرادت أيضا أن تجعلها تعرف أنها مستعدة لمشاركتي معها وأن صديقتي هي زوجتي الآن ليس عليها أن تشعر بأي تهديد أو خطر من ناحيتها التقيت إيرن أول مرة في ندوة من ندوات المساعدة الذاتية جرت في سنة 2008 بدت لي شخصية لطيفة إلى حد معقول صحيح أنها كانت مجنونة بعض الشيء أي أن فيها بعض الجوانب المستقبلية لكنها كانت محامية وقد درست في مدارس راقية كانت ذكية بشكل واضح أيضا ثم إنها كانت تضحك لنكاتي وتراني شخصا ضريفا فماذا تظنون لقد نمت معها بالطبع وبعد شهر من ذلك دعتني إلى اقتلاع جذوري من حيث كنت أعيش والانتقال للسكن معها في مكان آخر من البلاد فاجأني هذا واعتبرته نوعا من راية حمراء نوعا من شارة تحذير فحاولت الابتعاد عنها وإنهاء كل شيء معها استجابت لتلك المحاولة بالقول إنها ستقتل نفسها إذا رفضت أن أعيش معها نعم صارت هناك رايتان حمروان سرعان ما حضرتها في بريد الإلكتروني وفي الأجهزة التي أستخدمها كلها سوف يبطئها هذا لكنه لن يوقفها قبل أن أعرفها بسنين تعرضت إيرين لحادث سيارة كادت تموت فيه بل إنها ماتت من الناحية الطبية ماتت بضع لحظات عندما توقف نشاط دماغها بالكامل لكنهم تمكنوا من إنعاشها بأعجوبة ما وعندما عادت إلى الحياة زعمت أن كل شيء قد تغير صارت شخصية شديدة التمسك بالجوانب الروحية وصارت مهتمة بل مؤمنة بالشفاء عن طريق الطاقة وبالملائكة وبالعقل الكلي وبقراءة الطالع أيضا صارت أيضا مؤمنة بأنها أصبحت قادرة على شفاء الناس وأنها قد صارت شخصا ذا قدرة عجيبة على فهم الحالة العقلية والانفعالية للأشخاص الآخرين إضافة إلى القدرة على رؤية المستقبل ولسبب من الأسباب قررت بعد مقابلتي أن القدر يريد لنا أن نكون معا حتى ننقذ العالم حتى نشفي الموت بحسب تعبيرها بعد أن قمت بحظرها راحت تنشئ عنوين بريد إلكتروني جديدة وتبعث إلي أحيانا بأكثر من عشر رسائل غاضبة في اليوم الواحد أنشأت لنفسها حسابين زائفين على فيسبوك وتويتر وصارت تستخدمهما لمضايقتي وإزعاجي إضافة إلى إزعاج الأشخاص القريبين مني ثم أنشأت موقعا على الإنترنت مماثلا لموقعي تماما وكتبت فيه عشرات المقالات التي تزعم أنني كنت على علاقة معها في السابق وأنني كذبت عليها وخنتها وقالت إنني وعدتها بالزواج وأننا شخصاني ينتمي كل منهما إلى الآخر وعندما اتصلت بها طالبا منها إغلاق ذلك الموقع قالت لي إنها مستعدة لإغلاقه شرط أن أسافر إلى كاليفورنيا وأعيش معها هكذا كانت فكرتها عن التنازلات المتبادلة ظلت مبرراتها على حالها خلال هذا الأمر كله من المقدر لي أن أكون معها لأن الرب قد شاء هذا كانت تقول إنها استيقظت في منتصف الليل على أصوات الملائكة تأمرها بأن تصير علاقتنا الاجتماعية بشيرا بعهد جديد من السلم الدائم على الأرض نعم لقد قالت لي هذا وحتى ذلك الوقت الذي كنا جالسين فيه معا في مطعم السوشي كانت قد أرسلت لي آلاف الرسائل عبر البريد الإلكتروني سواء أجبت على تلك الرسائل أم لم أجب وسواء كانت إجابتي غاضبة أو مهذبة فإن شيئا لم يتغير لم تتغير قناعتها أبدا ولم يتغير رأيها في ذلك الوقت كان قد مضى على بداية الأمر سبع سنين ولم يزل مستمرا لقد كنا كذلك جالسين في مطعم السوشي الصغير وإيرين تشرب الساكي وتثرثر ساعات عن أنها شفت قطتها من حصى الكولية باستخدام الطاقة فقط وقتها خطر في ذهن ما يلي ليست إيرين إلا واحدة من الذين أدمنوا التطوير الذاتي لقد أنفقت عشرات آلاف الدولارات على الكتب والمحاضرات والندوات وأكثر ما في الأمر جنونا هو أن إيرين تتقمص كل ما تعلمته من دروس إن لديها حلمها وهي مصممة عليه دائما إنها تتصور الأمر ثم تقوم بالفعل وتزيح الرفض والإخفاق جانبا وتنهض وتحاول من جديد إنها إيجابية من غير نهاية ولديها أيضا فكرة ممتازة عن نفسها أعني أنها تزعم القدرة على شفاء القطط مثل ما شفى المسيح البرص ورغم هذا فإن قيمها سيئة إلى حد يجعل هذا كله لا أهمية له كما أن حقيقة كونها تفعل كل شيء على النحو الصحيح لا تجعلها محقة هي نفسها إن في نفسها يقينا يرفض أن يزول وقد أخبرتني بنفسها عن هذا من خلال كلمات كثيرة جدا تعرف أن هذا التثبيت لديها غير عقلاني أبدا وغير صحي كما أنه يجعلها غير سعيدة ويجعلني غير سعيد لكنها ولسبب ما تشعر بأنه صائب تماما فتعجز عن تجاهله وتعجز عن التوقف في أواصط عقد التسعينيات بدأ عالم النفس روي باومستر يدرس مفهوم الشر ومن حيث الأساس كان مهتما بالأشخاص الذين فعلوا أشياء سيئة وبالأسباب التي جعلتهم يفعلون تلك الأشياء وقد كان الافتراض في ذلك الوقت أن الناس يفعلون الأشياء السيئة لأن شعورهم تجاه أنفسهم يكون سيئا جدا يعني هذا أن لديهم قدرا منخفضا من تقدير الذات لكن من بين أول اكتشافات باومستر المفاجئة كان أن هذا الافتراض غير صحيح في معظم الحالات بل اتضح أن الأمر كان عادة عكس ذلك كان بعض من أسوأ المجرمين ينظر إلى نفسه نظرة حسنة تماما وكان هذا الشعور بالارتياح تجاه أنفسهم على الرغم من الحقائق المحيطة بهم هو ما يمنحهم الشعور بأنه من المبرر لهم إيقاع الأذى بالآخرين وتحقيرهم حتى يشعر الفرد بأن من المبرر له أن يفعل أشياء فضيعة لأناس آخرين لا بد أن يكون على قناعة لا تتزعزع في أنه شخص صالح تماما وأن معتقداته صحيحة وأن من حقه أن يفعل ما يفعله يقوم العنصريون بأفعال عنصرية لأنهم واثقون من تفوقهم الجيني ويقدم المتطرفون على تفجير أنفسهم وقتل آلاف الأشخاص لأنهم واثقون تماما من أنهم شهداء وأن لهم في الجنة مكانا محفوظا ويقدموا رجال على اغتصاب النساء والإساءة إليهم انطلاقا من ثقتهم بأن أجساد النساء حق لهم وقد دفعوا ثمن لا يعتقد الأشرار أبدا أنهم أشرار بل يعتقدون أن كل من عداهم شرير وفي مجرى سلسلة من التجارب التي صارت موضع نقاش واختلاف تعرف هذه التجارب الآن باسمه تجارب ميليجرام وذلك نسبة لعالم النفس ستانلي ميليجرام قال الباحثون لأشخاص عاديين إن عليهم إنزال العقوبة بمتطوعين آخرين لأنهم خالفوا بعض الأنظمة وقد أقدم هؤلاء الأشخاص على معاقبة المتطوعين وصعدوا العقوبة أحيانا إلى حد إيقاع أذى جسدي بهم ولم يكد يوجد بين هؤلاء المعاقبين من رفض ذلك أو من طالب بتفسير الله بل على العكس من ذلك بدا كثير منهم مستمتعا نتيجة ثقته في الصلاح الأخلاقي الذي تسبغه عليه مشاركته في تلك التجارب ليست المشكلة هنا في عدم إمكانية اليقين فحسب بل في أن السعي إلى اليقين غالبا ما يولد قدرا أكبر وأسوأ من اللايقين إن لدى أشخاص كثيرين يقينا لا يتزعزع في قدراتهم في عملهم أو في مقدار الأجر الذي يجب أن يحصلوا عليه لكن ذلك اليقين لا يجعل إحساسهم أفضل تجاه الأمر بل يجعله أسوأ فيرون الآخرين يحصلون على ترقيات لا يحصلون عليها ويشعرون بالظلم وهذا ما يجعلهم يشعرون بعدم تقديرهم وبعدم الاعتراف بهم بل إن سلوكا بسيطا جدا من قبيل إلقائك نظرة على الرسائل في هاتف صديقتك أو سؤالك صديقا ما عما يقوله الناس عنك يكون نابعا من شعورك بقلة الأمان ومن تلك الرغبة الموجعة في أن تكون على يقين من الأمر من الممكن أن تنظر إلى الرسائل في هاتف صديقتك ولا تجد شيئا لكن من النادر أن تكون هذه نهاية المطاف لأنك قد تبدأ بالتساؤل عما إذا كان لديها هاتف آخر ومن الممكن أن تشعر بأنهم يتجاهلونك ويتجاوزونك في العمل حتى تفسر لنفسك سبب عدم ترقيتك لكن ذلك يجعلك تحس مزيدا من قلة الثقة تجاه زملائك ويجعلك تفسر كل ما يقولونه لك تفسيرا غير صحيح وستفسر مشاعرهم تجاهك على هذا النحو أيضا وهذا ما سوف يجعل احتمال ترقيتك أكثر بعدا من ذي قبل يمكنك أن تظل مصرا على ملاحقة ذلك الشخص الذي من المفترض أن تكون معه لكن كل رفض لمحاولاتك وكل ليلة تقضيها وحيدا تجعلانك تبدأ التساؤل عما هو خاطئ فيما تفعله في لحظات عدم اليقين هذا وفي لحظات القنوط العميق يصير المرء معرضا لإحساس خبيث بالاستحقاق نقتنع بأننا نستحق أن نغش قليلا حتى نحقق ما نريد وأن الآخرين يستحقون العقاب وأننا نستحق أن نأخذ ما نريد بل أن نأخذه بالقوة أحيانا إنه القانون التراجعي من جديد كلما حاولت أن تكون على يقين من شيء ما أحسست مزيدا من اللايقين ومن قلة الأمان لكن العكس صحيح أيضا كلما قبلت اللايقين وكلما قبلت أنك لا تعرف ازداد إحساسك بالراحة لأنك تدرك حدود معرفتك إن اللايقين يزيل أحكامنا تجاه الآخرين وهو يستبق التصنيفات التي لا ضرورة لها وأشكال الانحياز والتحامل التي نحسها عندما نرى شخصا على شاشة التلفزيون أو في المكتب أو في الشارع كما أن اللايقين يريحنا من أحكام ناتجها أنفسنا أيضا لسنا ندري إن كنا محبوبين أم غير محبوبين ولسنا ندري إن كنا جذابين أم غير جذابين ولسنا ندري مقدار النجاح الذي من الممكن أن نحققه السبيل الوحيد لتحقيق هذه الأشياء هو أن يظل المرء غير متيقن منها وأن يظل منفتحا على معرفتها من خلال التجربة اللايقين هو جذر كل تقدم وكل نمو وكما تقول الحكمة القديمة فإن الرجل المتيقن من أنه يعرف كل شيء لا يستطيع أن يتعلم شيئا لا يمكننا تعلم أي شيء من غير أن نكون جاهلين به أولا كلما ازداد اعترافنا بأننا لا نعرف ازدادت فرصتنا في النجاح في اكتساب المعرفة قيمنا غير تامة وغير مكتملة وأما إذا افترضنا أنها تامة مكتملة فهذا يعني أننا نضع أنفسنا ضمن ذهنية دغمائية خطرة تجعلنا نتهرب من المسئولية ونشعر باستحقاق زائد من هنا فإن الطريقة الوحيدة لحل مشكلاتنا هي الاعتراف أولا بأن أفعالنا ومعتقداتنا كانت خاطئة حتى هذه اللحظة وأنها لا تجدي نفعا لا بد من وجود هذا الانفتاح على أن يكون المرء مخطئا حتى يحدث أي تغيير أو نمو حقيقي وقبل أن نتمكن من النظر إلى قيمنا وأولوياتنا وتغييرها حتى نصير أشخاص أفضل وأحسن صحة فإن علينا أولا أن نصير غير متيقنين من قيمنا الحالية علينا أن نعريها في أذهاننا وأن نرى مواضع الخلل ومواضع الانحياز والجنوح فيها وكيف أنها غير متناسبة مع القسم الأكبر من العالم علينا أن ننظر إلى جهلنا وأن نحدق في وجهه وأن نعترف به وذلك لأن جهلنا أكبر منا جميعا قانون مانسون في التجنب لعلك سمعت بشيء اسمه قانون باركنسون يقول هذا القانون يتوسع العمل حتى يملأ الوقت المخصص لإنجازه وأظنك أيضا سمعت بقانون مورفي إن كان هناك احتمال لحدوث خطأ ما فسوف يحدث لا بأس عندما تكون في حفلة كوكتيل فاخرة في المرة القادمة وتريد أن تحدث انطباعا جيدا لدى أحد ما فعليك أن تحاول تطبيق قانون مانسون في التجنب على ذلك الشخص هذا هو قانون مانسون كلما ازداد خطر شيء ما على هويتك كلما ازدادت محاولتك لتجنبه يعني هذا أنه كلما ازداد تهديد شيء ما بأن يغير نظرتك إلى نفسك كم أنت ناجح أو غير ناجح بحسب قناعتك وكم ترى أنك شخص ملتزم بقيمه كلما وجدت نفسك تتجنب فعل ذلك الشيء هناك قدر أكيد من الراحة الذي يأتي من معرفة مدى انسجامك في العالم وأما أي شيء يمكن أن يجعل هذه الراحة تهتز فهو مخيف بالضرورة حتى إذا كان من المحتمل أن يجعل حياتك أفضل ينطبق قانون مانسون على الأشياء الحسنة وعلى الأشياء السيئة في الحياة فمن الممكن أن يشكل كسبك مليون دولار خطرا على هويتك بقدر ما يمكن أن يشكله فقدان مالك كله ومن الممكن أن يشكل نجاحك في أن تكون نجما من نجوم الموسيقى خطرا على هويتك تماما مثل ما يمكن أن يكون فقدان وظيفتك خطرا عليها هذا ما يجعل الناس في أكثر الأحيان خائفين من النجاح إنهم يخافون النجاح للسبب نفسه الذي يجعلهم يخافون الفشل إنه خطر على ما هم مقتنعون به فيما يتعلق بأنفسهم أنت تتجنب كتابة تلك المسرحية التي حلمت بها دائما لأن إقدامك على ذلك يمكن أن يجعل هويتك موضع التساؤل لأن أحدا سيتهمك بأنك انتحلتها وأنت تتجنبين الحديث مع زوجك عن ضرورة الحاجة إلى قدر من الجرأة عندما تكونان في غرفة النوم وهذا لأن الحديث يمكن أن يشكك في هويتك باعتبارك امرأة صالحة حسنة الأخلاق وأنت تتجنب إخبار صديقك أنك لا تريد رؤيته بعد الآن لأن إنهاء صداقتك به أمر متعارض مع هويتك باعتبارك شخصا لطيفا مسامحا هذه كلها فرص جيدة هامة نرفضها باستمرار لأنها تهدد بتغيير نظرتنا وشعورنا تجاه أنفسنا إنها تهدد القيم التي اخترناها وتعلمنا أن نعيش حياتنا وفقا لها لدي صديق ظل زمنا طويلا يتحدث عن أنه سيضع أعماله الفنية على الإنترنت ليحاول الانطلاق في هذا المجال بصفته فنانا محترفا أو نصف محترف على الأقل أنضى سنوات في الحديث عن هذا الأمر ووفر بعض المال بل أنشأ أيضا عدة مواقع على الإنترنت ووضع عليها أعماله لكنه لم يطلق تلك المواقع كان لديه سبب ما على الدوام وضوح الصور ليس كما يجب أو أن عليه أن يدخل تحسينات على إحدى اللوحات أو أنه ليس قادرا بعد على تكريس الوقت الكافي لهذا الأمر مرت بضع سنوات ولم يترك صديقي عمله الحقيقي أبدا لماذا؟ لأنه بالرغم من حلمه في كسب عيشه من خلال فنه كان يخشى احتمال أن يصير فنانا لا يعجب أحدا وكان يرى أن هذا أكبر وأخطر بكثير من أن يظل فنانا لم يسمع به أحد على الأقل كان مرتاحا مع كونه فنانا لم يسمع به أحد وقد اعتاد ذلك أيضا كان لدي صديق آخر شديد الولع بالحفلات وكان يخرج دائما ويشرب ويطارد الفتيات وبعد سنين من عيش هذه الحياة وجد نفسه وحيدا إلى حد مخيف وصار مكتئبا معتل الصحة أراد أن يتخلى عن حياة الحفلات هذه وقد كان يتكلم بغيرة شديدة عن أصدقائه الذين لديهم علاقات حقيقية والذين كانوا أكثر استقرارا منه لكنه لم يتغير أبدا تابع الأمر لعدة سنوات ليلة فارغة بعد ليلة فارغة وزجاجة بعد زجاجة وكان العذر هو نفسه على الدوام دائما كان لديه سبب يجعله غير قادر على التغير كان ترك نمط الحياة هذا يهدد هويته إلى حد كبير جدا ولم يكن يعرف أن يكون أي شيء غير فتى الحفلات كان الابتعاد عن ذلك يشبه إقدامه على انتحار نفسي إن لكل منا نحن جميعا قيمه الخاصة ونحن نحمي هذه القيم وندافع عنها ونحاول أن نكون أوفياء لها كما نبررها ونعمل على استمرارها هكذا تفعل أدمغتنا الغريبة حتى إذا لم نطلب منها أن تفعل كذلك وكما أشرنا سابقا فإن لدينا انحيازا وجنوحا غير منصف لصالح ما نعرفه قبلا وما نحن موقنون بأنه صحيح وأكيد إذا كنت أظن نفسي شخصا لطيفا فسوف أتجنب الحالات التي تحمل إمكانية اتضاح ما قد يخالف هذا الاعتقاد وإذا كنت أرى نفسي طباخا عظيما فسوف أسعى خلف فرص تسمح لي بإثبات تلك القناعة لنفسي مرة بعد مرة لنفسي فقط يتقدم الاعتقاد دائما على كل شيء آخر وإلى أن نغير طريقة نظرنا إلى أنفسنا وما نعتقد أنه موجود لدينا وما نعتقد أنه غير موجود فإننا نظل عاجزين على التغلب على هذا القلق وهذا الميل إلى التجنب أي أننا نظل عاجزين عن التغير وبهذه الطريقة يمكن أن تكون عبارة اعرف نفسك أو ابحث عن نفسك خطرة وذلك لأن من الممكن أن تجعلك تتجمد ضمن دور محدد تماما ويمكن أن تثقل كاهلك بأمال وتوقعات لا ضرورة لها يمكن لها أن تجعلك منغلقا أمام إمكانياتك الداخلية وأمام الفرص التي هي موجودة خارجك أيضا أقول لك لا تبحث عن نفسك ولا تجدها وأقول لك لا تعرف من أنت أبدا أقول هذا لأن تلك هي الأشياء التي تمنعك من البحث والاكتشاف وأقول هذا لأنه يرغمك على البقاء متواضعا في أحكامك على الآخرين مستعدا لقبول اختلافهم عنك اقتل نفسك تقول البوذية إن فكرتك عمن أنت ليست أكثر من إنشاء عقلي اعتباطي وإن عليك أن تتخلى عن فكرة أنك موجود أصلا وذلك لأن المقاييس العشوائية الاعتباطية التي تعرف بها نفسك تجعلك كأنك عالق في فخ وهذا يعني أن من الأفضل لك أن تتخلى عن ذلك كله بمعنى ما يمكن القول إن البوذية تشجعك على عدم المبالغة في الاهتمام قد يبدو في هذا المنطق شيء من العرج لكن هناك عددا من المنافع النفسية الناجمة عن هذا المنهج في الحياة عندما نتخلى عن القصص التي نحكيها عن أنفسنا أي عندما نتخلى عنها أمام ذواتنا فإننا نحرر أنفسنا حتى نصير قادرين على الفعل وعلى الفشل أيضا وقادرين على النمو والتطور أيضا عندما تعترف امرأة لنفسها فتقول الحقيقة أنني قد أكون فاشلة في العلاقات مع الجنس الآخر فإنها تصير على نحو مفاجئ حرة في الفعل فتضع نهاية لزواجها الفاشل في هذه الحالة لا تكون لديها هوية تتمسك بحمايتها من خلال الإصرار على البقاء في زواج بائس فاشل لمجرد أن تثبت لنفسها شيئا ما وعندما يعترف طالب لنفسه فيقول الحقيقة أنني لست شخصا يمكن الاعتماد عليه لعل المشكلة كلها في أنني مذعور فإنه يحرر نفسه لكي يكون طموحا من جديد ولا يعود لديه سبب للخوف من متابعة أحلامه الدراسية وحتى من احتمال الفشل في ذلك وعندما يعترف أحد وكلاء التأمين لنفسه فيقول الحقيقة أنه قد لا يكون هناك أي شيء خاص أو فريد في أحلام المتعلقة بعملي فإنه يجعل نفسه متحررا قادرا على التخلي عن تلك الحكاية كلها والمضي صادقا في حياته ورؤية ما يحدث بعد ذلك لدي لكم الآن أنباء حسنة وأنباء سيئة لا يكاد يكون في مشكلاتكم أي شيء خاص أو فريد وهذا ما يجعل فكرة التخلي تحرركم بالفعل هناك نوع من الغرق في الذات يأتي مع الخوف المستند إلى يقين غير عقلاني عندما تفترض أن الطائرة التي تسافر فيها سوف تسقط وتتحطم أو عندما تفترض أن فكرة مشروعك فكرة غبية ستجعل الناس يضحكون منها أو عندما تفترض أنك الشخص الذي سيقع عليه اختيار الجميع لكي يسخروا منه أو لكي يتجاهلوا فإنك تقول ضمنيا لنفسك أنا حالة استثنائية وأنا لست مثل بقية الناس إنني حالة خاصة مختلفة هذه نرجسية لا أكثر ولا أقل وأنت تحس كما لو أن مشكلاتك تستحق معاملة مختلفة وكما لو أن في مشكلاتك نوع خاص فريد من الرياضيات أو الفيزياء لا ينصع لقوانين الكون الذي نعيش فيه نصيحتي هي لا تكن خاصا ولا تكن فريدا أعد تحديد مقاييسك بطريقة عامة منتمية إلى هذا العالم واختر أن لا تقيس نفسك انطلاقا من أنك نجم صاعد أو عبقري لم يكتشفه أحد بعد واختر أن لا تقيس نفسك باعتبارك ضحية مسكينة أو فاشلا تعيسا عليك بدلا من ذلك كله أن تقيس نفسك وفق هويات أكثر انتماء إلى العالم الواقعي أنت طالب أنت شريك أنت صديق أنت مبدع في مجال ما كلما كانت الهوية التي تختارها لنفسك أكثر ضيقا وندرة بدى لك أن كل شيء يمكن أن يهدد هذه الهوية ولهذا السبب فإنني أقول إن عليك تعريف نفسك بأكثر الطرق عادية بل بأبسط طريقة ممكنة وهذا ما يعني غالبا التخلي عن بعض أفكار العظمة عن نفسك أنك شخص ذكي إلى حد فريد أو موهوب على نحو متميز أو جذاب إلى حد مخيف أو ضحية بطريقة لا يستطيع الناس الآخرون تخيلها أبدا هذا يعني أن تتخلى عن شعورك بالاستحقاق الزائد غير المبرر وعن اعتقادك بأن العالم كله مدين لك بشيء ما هذا يعني أيضا أن تتخلى عن المخارج السهلة السريعة التي ظللت معتمدا عليها لسنوات طويلة حتى تستطيع الاستمرار إن الحالة هنا تشبه مدمن المخدرات الذي يتخلى عن الحقن وذلك لأنك ستعاني أعراض الانسحاب عندما تبدأ التخلي عن هذه الأشياء إلا أنك ستخرج من الجهة الأخرى شخصا أفضل من ذي قبل بكثير كيف تكون متأكدا من نفسك أقل من ذي قبل إن وضع أنفسنا موضع التساؤل وشكنا في أفكارنا ومعتقداتنا مهارة من أصعب المهارات تطويرا لكنها مهمة قابلة للإنجاز فيما يلي بعض الأسئلة التي ستساعدك في توليد مزيد من عدم التأكد في حياتك السؤال الأول ماذا لو كنت مخطئا؟ جرت منذ فترة وجيزة خطبة إحدى صديقاتي وهي الآن عازمة على الزواج والشخص الذي تقدم لخطبتها رجل جيد حقا فهو لا يشرب ولا يضربها ولا يسيء معاملتها إنه شخص ودود لديه وظيفة حسنة لكن صديقة تلك تعاني منذ خطبتها مضايقات أخيها وقوله من غير توقف إن خياراتها في الحياة غير ناضجة إنه يحذرها من أنها موشيكة على إقاع الأذى بنفسها من خلال ارتباطها بهذا الشخص ومن أنها ترتكب غلطة كبيرة ومن أنها تتصرف بطريقة غير مسؤولة وكلما سألت الفتاة أخاها ما مشكلتك أنت؟ لماذا يزعجك الأمر إلى هذا الحد؟ تراه يتصرف كأن ما من مشكلة هناك على الإطلاق وكأن ما من شيء يزعجه في تلك الخطبة كأنه يحاول فقط أن يكون نافعا وأن يبدي اهتمامه بمستقبل شقيقته الصغرى لكن من الواضح أن هناك شيء يزعجه لعل الأمر ناجم عن إحساسه الخاص بقلة الأمان فيما يتعلق بالزواج ولعل الأمر نوع من المنافسة بين الأشقاء أو لعلها الغيرة ولعله غارق في إحساسه الخاص بأنه ضحية إلى حد يجعله لا يعرف كيف يظهر سعادته من أجل الآخرين من غير أن يجعلهم يشعرون بالتعاسة أولا وكقاعدة عامة نحن أسوأ من يلاحظ أنفسنا فعندما نغضب أو نغار أو ننزعج نكون آخر من يلاحظ ذلك على الإطلاق الطريقة الوحيدة لملاحظة ما يحدث هو أن نعمل على إحداث بعض التشققات في الدرع التي نحيط أنفسنا بها تلك الدرع من الثقة والتأكد من كل شيء يحدث هذا من خلال سؤالنا الدائم عن المواضع التي يمكن فيها أن نكون مخطئين تجاه أنفسنا هل أشعر بالغيرة؟ إذا كنت أشعر بالغيرة فلماذا؟ هل أنا غاضب؟ هل هي محقة؟ وهل أنا مهتم فقط بحماية أناي؟ يجب أن تصبح هذه الأسئلة عادة ذهنية لدينا ففي حالات كثيرة يكفي مجرد طرح هذه الأسئلة على أنفسنا لتوليد قدر من التواضع والتعاطف كاف لحل قسم كبير من مشكلاتنا لكن من المهم ملاحظة أن قيامك بسؤال نفسك إن كانت لديك أفكار خاطئة غير كاف بحد ذاته لإثبات أن لديك أفكار خاطئة إن كان الزوج يضرب زوجتها لأنها أحرقت قدر الطعام فراحت الزوجة تسأل نفسها إن كانت مخطئة في اعتقادها أنه يسيء إليها فما رأيكم؟ نعم من الممكن تماما أن يكون اعتقاد المرء صحيحا بعض الأحيان وليس خاطئا الهدف هو أن تطرح السؤال على نفسك وأن تتأمل في الفكرة في تلك اللحظة وليس أن تكره نفسك يجدر بنا تذكر أن حدوث أي شيء جديد في الحياة يتطلب أن تكتشف أنك مخطئ في شيء ما إذا كنت جالسا هناك بائسا تعيسا يوما بعد يوم فهذا يعني أنك مخطئ بالفعل في شيء ما كبير في حياتك ولن يتغير شيء قبل أن تصير قادرا على طرح الأسئلة على نفسك حتى تعثر على ما أخطأت فيه السؤال الثاني إن كنت مخطئا فما معنى هذا؟ يستطيع أشخاص كثيرون سؤال أنفسهم إن كانوا مخطئين لكن قلة منهم تتمكن من السير خطوة إضافية والإقرار بما يعنيه أن يكون المرء مخطئا هذا لأن المعنى المحتمل الكامن خلف كوننا مخطئين مؤلم أكثر الأحيان فهو لا يضع قيمنا موضع التساؤل فحسب بل يرغمنا أيضا على التفكير في القيم المختلفة المعاكسة التي من الممكن أن نجدها صحيحة آخر الأمر يقول أرستو من مزايا العقل المثقف أنه قادر على التأمل في فكرة من الأفكار من غير أن يقبلها أي أنه قادر على النظر إلى قيم مختلفة وتقييمها من غير أن يجد نفسه مضطرا إلى تبني أي منها ولعل هذه هي المهارة المركزية اللازمة من أجل قيام المرء بتغيير حياته على نحو له معنى نعود إلى قصة شقيق صديقتي سيكون السؤال الذي يجب أن يطرحه على نفسه ماذا يعني كوني مخطئا في موقفي من زواج أختي وغالبا ما تكون إجابة هذا السؤال صريحة مباشرة تماما ستكون شيئا من قبيل إنني شخص أناني نرجسي قليل الإحساس بالأمان وإذا اتبح أنه مخطئ وأن خطبة أخته خطوة جيدة صحية سعيدة فلن يجد شيئا يفسر به سلوكه غير إحساسه بعدم الأمان وقيمه السيئة يفترض هذا الشخص أنه يعرف ما هو أفضل لأخته وأنها غير قادرة على اتخاذ القرارات الكبرى في حياتها بنفسها وهو يفترض أيضا أن من حقه ومن مسؤوليته أن يتخذ القرارات بدلا منها لأنه واثق من أنه على صواب ومن أن كل من يخالفه في هذا الأمر لابد أن يكون مخطئا لكن من الصعب قبول هذه النتائج عند اكتشافها سواء لدى شقيق صديقتي أو لدينا كلنا بشكل عام إنه أمر مؤلم ولهذا نجد أن من يطرحون هذه الأسئلة الصعبة على أنفسهم قليلون جدا لكن هذه الأسئلة الكاشفة ضرورية حتى نصل إلى المشكلات الجوهرية التي تولد سلوكنا المزعج السيئ السؤال الثالث هل يؤدي كوني مخطئا إلى خلق مشكلة أفضل لي وللآخرين أم مشكلة أسوأ منها هذا هو الاختبار الكاشف الذي يجعلنا نعرف إن كانت لدينا قيم صلبة مستقرة أو أننا عصابيون فاشلون نضايق الجميع بما في ذلك أنفسنا الهدف هنا هو النظر لمعرفة المشكلة الأفضل وذلك لأن مشكلات الحياة لا نهاية لها كما قال دب الباندا الذي تعرفنا عليه فما هي خيارات شقيق صديقتي واحد مواصلة التسبب بحالة الاحتكاك والتوتر في الأسرة بما يؤدي إلى تعقيد ما يفترض أن يكون لحظة سعيدة وإلى الإضرار بالثقة والاحترام بينه وبين أخته وكل هذا لأن لديه حدسا قد يطلق البعض اسم حدس على هذا الإحساس يخبره أن هذا الشخص ليس جيدا من أجلها اثنان الشك في قدرته على تحديد ما هو صحيح أو خاطئ بخصوص حياة أخته والبقاء شخصا متواضعا يثق بقدرتها على اتخاذ قراراتها بنفسها وحتى إذا كان غير واثق من هذا فمن الممكن أن يتعايش مع النتائج انطلاقا من حبه واحترامه لأخته يفضل معظم الناس الخيار الأول وهذا لأن الخيار الأول هو الطريق الأسهل إنه ليس في حاجة إلى تفكير كثير ولا إلى إعادة النظر لا يتطلب إلا عدم تقبل القرارات التي يتخذها الآخرون في حياتهم كما أنه الخيار الذي يخلق أكبر قدر من التعاسة لكل من له علاقة بالأمر وأما الخيار الثاني فهو ما يحافظ على العلاقة الصحية السعيدة المبنية على الثقة والاحترام وهو الخيار الذي يرغم الناس على البقاء متواضعين والإقرار بجهلهم هذا هو الخيار الذي يسمح للناس بالنمو والتطور بما يمكنهم من تجاوز قلة إحساسهم بالأمان وكذلك يسمح لهم بتمييز الحالات التي يكونون فيها انفعاليين أو أنانيين أو غير منصفين لكن الخيار الثاني خيار مؤلم صعب ولهذا فإن معظم الناس لا يختارون لقد دخل شقيق صديقتي من خلال رفضه خطبتها معركة متخيلة مع نفسه من المؤكد أنه مقتنع بأنه يحاول حماية أخته لكننا رأينا أن القناعات والمعتقدات أمر عشوائي اعتباطي بل الأسوأ أنها غالبا ما تنشأ وتعتمد بعد الواقعة أو الحدث بغير تبرير القيم والمقاييس التي اخترناها لأنفسنا والحقيقة أنه فضل إفساد علاقته بأخته على التفكير في أنه قد يكون مخطئا رغم احتمالي أن يساعده هذا التفكير في النمو والتطور بما يتجاوز إحساسه بقلة الأمان الذي جعله يخطئ في المقام الأول إنني أحاول العيش بأقل قدر من القواعد لكن هناك قاعدة تبنيتها مع مرور السنوات وهي على النحو التالي إذا كان هناك احتمال لأن يكون فشلي ناتجا عني أو ناتجا عن الآخرين فمن الأكثر احتمالا بل من الأكثر احتمالا بكثير أن يكون ناتجا عني تعلمت هذا من تجاربي ووجدت أنني كنت الشخص التافه الذي يتصرف انطلاقا من شعوره بقلة الأمان وانطلاقا من قناعات خاطئة وذلك في عدد من المرات يصعب علي إحصاؤه هذا ليس بالشيء الجميل أبدا ليس معنى الكلام هنا أنه لا توجد حالات يكون فيها الناس كلهم مخطئين وهو لا يعني أيضا أنه لا توجد حالات يمكن أن تكون فيها على صواب أكثر من معظم الناس الآخرين إنه الواقع بكل بساطة إذا أحسست أنك في مواجهة العالم فإن هناك احتمالا حقيقيا لأن تكون في مواجهة نفسك فقط عندما قلت لقد كنت محظوظا كنت أعني ما أقول حقا كنت أعني أنهيت دراسة الجامعية في سنة 2007 تماما عندما بدأ الانهيار المالي والكساد الكبير ثم رحت أحاول دخول سوق العمل الذي بلغ في ذلك الوقت أسوأ أحواله منذ أكثر من ثمانين عاما وفي الوقت نفسه تقريبا اكتشفت أن مستأجر إحدى الغرف في الشقة التي كنت أشغل غرفة من غرفها لم يدفع الإيجار منذ ثلاثة أشهر كان ذلك الشخص فتاة وعندما واجهتها بالأمر بكت ثم اختفت وتركتني مع شريك السكن الثالث لندفع الإيجار كله وداعا يا مدخراتي نمت طيلة الأشهر الستة التي أعقابت ذلك على أريكة في بيت واحد من أصدقائي وكنت أعمل في وظائف مؤقتة متفرقة وأحاول إبقاء ديوني في الحدود الدنيا ريثما أعثر على وظيفة حقيقية أقول إنني كنت محظوظا لأنني كنت في حالة فشل أصلا عندما دخلت عالم الكبار لقد بدأت من الصفر تماما ولعل هذا أكثر ما يخشاه أي إنسان في مرحلة لاحقة من الحياة عندما يجد نفسه مضطرا إلى بدء عمل جديد أو تغيير مجال عمله تماما أو عندما يجد نفسه مرغما على ترك وظيفة لأنها بالغة السوء لقد جربت هذا كله منذ البداية ولم يكن هناك أي احتمال غير أن يصير الوضع أحسن وهكذا أنا شخص محظوظ عندما تنام على أريكة تفوح منها رائحة كريهة وعندما تحصل قطع النقدية الصغيرة في جيبك لتعرف إن كنت تستطيع شراء سندويتش ماكدونالز هذا الأسبوع وعندما ترسل سيرتك الذاتية عشرين مرة من غير أن تأتيك كلمة واحدة ردا على ما أرسلت فإنك تذهب وتنشئ مدونة على الإنترنت لأن فكرة عمل غبي ما عن طريق الإنترنت لا تبدو لك فكرة مخيفة جدا في تلك الظروف إذا فشل كل مشروع أباشره عبر الإنترنت وإذا لم يقرأ أحد أي منشور أكتبه في مدونتي فلن يعني هذا شيئا أكثر سوءا من العودة إلى حيث بدأت فلماذا لا أحاول؟ إن الفشل مفهوم نسبي في حد ذاته لو كان مقياسي لنفسي لأن أصير ثوريا شيوعيا أو فوضويا فإن من شأن الفشل التام الذي لقيته وعجزي عن جني أي مال بين عامي 2007 و2008 أن يكون نجحا مدويا وأما لو كان مقياسي مثل معظم الناس أن أجد بعد إنهاء دراستي مباشرة وظيفة الجدية الأولى التي تسمح لي بتسديد بعض الفواتير فمن المؤكد أنني كنت فاشلا بمعنى الكلمة لقد نشأت في أسرة لم يكن المال فيها مشكلة على الإطلاق بل على العكس من هذا لأن أسرتي كانت تستخدم المال أكثر الأحيان لتجنب المشكلات بدلا من حلها ومن جديد كنت محظوظا لأن هذا علمني في سن مبكرة أن جني المال مقياس شديد السوء في حد ذاته يمكنك أن تجني مالا كثيرا وأن تكون بائسا في الوقت نفسه كما يمكنك أيضا أن تكون مفلسا وأن تكون سعيدا في الوقت نفسه من هنا لماذا إذن أستخدم المال مقياسا لقيمة الذاتية لقد كانت قيمتي شيئا آخر غير المال كانت قيمتي الحرية والاستقلالية ولطالما أغرتني فكرة أن أصير واحدا من رواد الأعمال لأنني كنت أكره أن يقول لي أحد ما أفعله بل أفضل أن أقرر الأشياء وأفعلها بنفسي وقد بدت لي فكرة العمل عبر الإنترنت جذابة لأنني أستطيع القيام بذلك من أي مكان إضافة إلى أنني أستطيع العمل في أي وقت يعجبني طرحت على نفسي سؤالا بسيطا هل أفضل كسب قدر طيب من المال من خلال العمل في وظيفة أكرهها؟ أم أفضل أن أكون رائد أعمال على الإنترنت وأن أمضي بعض الوقت مفلسا؟ كانت إجابتي فورية واضحة لي كل الوضوح الخيار الثاني سألت نفسي بعد ذلك إذا جربت هذا الأمر وفشلت بعد بضع سنوات فوجدت نفسي مضطرا إلى البحث عن وظيفة؟ فهل أكون قد خسرت شيئا في حقيقة الأمر؟ كانت الإجابة بالنفي بدلا من أن أكون مفلسا عاطلا عن العمل في سن الحادية والعشرين ومن غير أي خبرة سأكون مفلسا عاطلا عن العمل في سن الخامسة والعشرين ومن غير أي خبرة فما أهمية ذلك؟ مع هذه القيمة صار الفشل هو أن أحجم عن المضي في مشاريع خاصة وليس قلة المال ولا النوم على الأرائك في بيوت أصدقائي لقد وصلت فعل هذا على امتداد سنتين تقريبا ولا خلو سيرة الذاتية من أي خبرات وظيفية مفارقة الفشل النجاح عندما صار الرسام بابلو بيكاسو عجوزا كان جالسا في أحد المقاهي في إسبانيا يخربش على منديل ورقي كان قليل الاكتراث بالأمر كله فهو يرسم ما يعجبه في تلك اللحظة مثلما يرسم الصبيان المراحقون رسوما جنسية على جدران المراحيض إلا أن هذا الشخص كان بيكاسو ذاته فكان ما رسمه لوحة تكعيبية انطباعية رائعة على منديل عليه بقع من القهوة لكن امرأة كانت جالسة إلى طاولة قريبة منه كانت تنظر إليه مذهولة وبعد لحظة أنهى بيكاسو شرب قهوته وكور المنديل الورقي في يده حتى يرميه في سلة القمامة عند خروجه أوقفته تلك المرأة قائلة له انتظر هل يمكنني أخذ المنديل الذي كنت ترسم عليه سوف أدفع لك ثمنه أجابها بيكاسو بالتأكيد عشرون الف دولار ارتد رأس المرأة بعنف إلى الخلف كما لو أنه قذفها بحجر قالت له ماذا؟ لم يستغرق رسمها أكثر من دقيقتين أجابها بيكاسو لا يا سيدتي لقد لازمني أكثر من ستين عاما حتى أرسمها ثم وضع المنديل في جيبه وخرج من المقهى يقوم تطور كل شيء على آلاف حالات الفشل الصغيرة كما أن حجم نجاحك في شيء ما معتمد على عدد مرات فشلك في فعل ذلك الشيء وإذا كان شخص ما أفضل منك في أمر ما فمن المحتمل كثيرا أنه فشل فيه أكثر مما فشلت وإذا كان شخص ما أسوأ منك فمن المحتمل أن السبب في ذلك كامن في آلام عملية التعلم الطويلة التي مرت بها إذا نظرت إلى طفل صغير يحاول تعلم المشي فسوف ترى أنه يقع ويتألم مئات المرات لكن ذلك الطفل لا يتوقف في أي لحظة من اللحظات ويقول في نفسه أوه أظن أن المشي لا يصلح لي أنا لست ماهرا في المشي إننا نتعلم تجنب الفشل في وقت لاحق من حياتنا وأنا واثق من أن قسما كبيرا من هذا آت من نظامنا التعليمي الذي يصدر أحكاما صارمة معتمدة على أداء التلميذ ويعاقب من لا يكون أداؤهم حسنا وتأتي نسبة كبيرة أخرى من ذلك بسبب الأهل كثير التطلب والانتقاد بحيث لا يسمحون لأطفالهم بأن يسيروا على هواهم فيفشلوا إلى الحد الكافي بل يعاقبونهم عندما يجربون أي شيء جديد أو غير مقرر لهم مسبقا ثم لدينا ذلك الإعلام الجماهري كله الذي يعرض لنا حالات نجاح سماوية مذهلة واحدة تلو الأخرى ولا يجعلنا نرى آلاف الساعات من المشقة والتمرين المضني التي كان لابد منها من أجل التوصل إلى تحقيق تلك النجاحات وفي لحظة ما يصل أكثرنا إلى حالة نخشى عندها الفشل فتدفعنا غريزتنا إلى تفديه والاقتصار على ما يوضع أمامنا مباشرة أو على ما نعرف أننا جيدون في فعله أصلا وهذا بالضبط ما يقيدنا ويخنقنا لا يمكننا أن نكون ناجحين حقا إلا في الأشياء التي نحن مستعدون للفشل فيها وإذا كنا غير مستعدين للفشل فإننا غير مستعدين للنجاح أصلا يأتي قسم كبير من خشية الفشل هذا من أننا اخترنا قيما سيئة على سبيل المثال إذا كنت أقيس نفسي وفق المعيار التالي أن أجعل كل من أقابله يشبهني فسوف أظل قلقا لأن الفشل يتحدد بنسبة مئة بالمئة من خلال أفعال الأشخاص الآخرين وليس من خلال أفعالي أنا لأنني لا أستطيع التحكم بهم ولا بأفعالهم وبالتالي تكون قيمة الذاتية تحت رحمة أحكام الآخرين وقراراتهم أما إذا اخترت مقياسا آخر تطوير حياة الاجتماعية وتحسينها فإنني قادر على التصرف وفقا لقيمة العلاقات الجيدة مع الآخرين بصرف النظر عن كيفية استجابة الآخرين لي وتكون قيمة الذاتية مؤسسة على سلوك وسعادته رأينا في الفصل الرابع أن القيم السيئة تجتمل على أهداف خارجية لا سيطرة لنا عليها إن السعي وراء هذه الأهداف ينتج قدرا كبيرا من القلاق وحتى إذا تمكننا من تحقيقها فإننا تتركنا نشعر بالخواء ونعدام الحياة لأنها تحققت وماذا بعد سنحتاج إلى أهداف أخرى والأفضل أن تكون أهدافا فيها قيم فلا تشعرنا بالخواء وأما القيم الأفضل فهي القيم التي تعتمد عملية ما مسارا لها مثل ما رأينا من قبل إنها شيء يستخدم المقياس التعبير عن نفسي بصدق أمام الآخرين من أجل قياس قيمة الصدق وهذه عملية لا تنتهي أبدا إنها مشكلة لا بد لنا من التعامل معها على نحو مستمر كل محادثة جديدة مع شخص من الأشخاص وكذلك كل علاقة جديدة تأتينا بتحديات وفرص جديدة لكي نعبر عن أنفسنا تعبيرا صادقا إنها قيمة مستمرة وهي عملية ترافقنا طيلة حياتنا ولا نقبل نهاية أو اكتمالا إن كان شراء بيت وسيارة جيدة مقياسا تستخدمه لقياس قيمة النجاح وفق المعايير الدنيوية ثم أمضيت عشرين عاما في عمل مرهق حتى تصل إلى هذا المقياس فلن يظل هذا المقياس مفيدا لك في شيء بعد أن تشتري البيت والسيارة وعند ذلك لا يكون أمامك غير الترحيب بأزمة منتصف العمر لأن المشكلة التي كانت دافعا لك طيلة حياتك منذ أن بلغت سن الرشد قد انزاحت عنك الآن إنك الآن من غير فرص أخرى لمواصلة النمو والتطور لكن تأكد أن هذا النمو هو ما يخلق السعادة وليس تحقيق عدد من الأهداف التي سرعان ما تفقد قيمتها عند تحققها وبهذا المعنى فإن الأهداف كما يجري تعريفها تقليديا تخرجك في الكلية وشراءك بيتا على إحدى البحيرات وتخفيف وزنك عشرة كيلوغرامات ليست إلا أهدافا محدودة من حيث مقدار السعادة الذي يمكن لها أن تنتجه في حياتنا قد يكون وضع أهداف من هذا النوع أمرا مناسبا عندما نسعى إلى تحقيق مكتسبات سريعة على المدى القصير أما إذا كنا نهتدي بها خلال مسار حياتنا كله فهي سيئة ظل بابلو بيكاسو غزير الإنتاج خلال حياته كلها عاش حتى أواخر الثمانينيات ووصل إنتاج فنه حتى سنوات عمره الأخيرة لو كان مقياسه هو تحقيق الشهرة أو جني مال كثير في عالم الفن أو رسم ألف لوحة لتوقف إنتاجه عند نقطة ما على الطريق لو كانت مقاييسه هكذا لطغى عليه القلق أو التشكيك في الذات ومن المرجح أنه ما كان ليطور فنه ويجدده مثل ما ظل يفعل عقدا بعد عقد والسبب في نجاح بيكاسو مماثل تماما للسبب الذي جعله عندما صار رجلا عجوزا إنسانا سعيدا بخربشة رسم ما على منديل ورقي وهو جالس وحده في مقهى لقد كانت القيمة الكامنة عنده بسيطة متواضعة وكانت لا نهائية إنها قيمة التعبير الصادق وهذا ما جعل ذلك المنديل ثمينا إلى ذلك الحد الألم جزء من المسار في خمسينيات القرن العشرين أجرى عالم النفس البولندي كازمير دابروفسكي دراسة على أشخاص ناجين من الحرب العالمية الثانية وكيف تعايشوا مع التجارب الصادمة المؤذية التي مروا بها في الحرب كان ذلك في بولندا أي أن الوضع كان مروعا حقا عانى هؤلاء الناس أو شهدوا حالات جوع جماعية وعانوا القصف الذي أحال مدنا بأسرها إلى حطام وكذلك الهولوكوست وتعذيب سجناء الحرب والاغتصاب وقتل أفراد من الأسرة إما على يد النازيين أو على يد السوفيت بعد سنوات من ذلك درس دابروفسكي الناجين ولاحظ شيئا مفاجئا مدهشا في الوقت نفسه لقد رأت نسبة غير قليلة من هؤلاء الناس أن تجارب زمن الحرب التي عانوها أدت إلى جعلهم أشخاص أفضل وأكثر مسؤولية وأكثر سعادة في الحياة رغم شدتها وألمها وقد وصف كثير منهم حياته قبل الحرب كما لو أنهم كانوا أشخاصا مختلفين في ذلك الوقت كانوا أشخاصا جاحدين تجاه من أحبوهم ولم يقدروهم حق قدرهم وكانوا كسالا تستهلكهم مشكلات تافهة وكان لديهم شعور بأنهم يستحقون كل ما كان يعطى لهم وبأن لا فضل لأحد فيه إلا أنهم صاروا أكثر ثقة بعد الحرب وأكثر اعترافا بفضل الغير صاروا أشخاصا لا تنغصهم توافه الحياة وصغائرها المزعجة من الواضح أن تجاربهم كانت مفزعة وأن هؤلاء الناجين لم يكونوا سعداء لأنهم مروا بتلك التجارب بل إن كثيرا منهم كان يعاني ندوبا فعالية تركتها سياط الحرب في نفوسهم لكن قسما منهم تمكن من الاستفادة من تلك الندوب حتى يحول نفسه بطرق إيجابية كلها قوة وطاقة لم يكن هذا التحول مقتصرا على هؤلاء الناس وذلك أن أهم منجزات كثير منا وأشدها إثارة لاعتزازنا تحققت في مواجهة أشد الصعوبات غالبا ما يجعلنا ألمنا أكثر قوة وأكثر مرونة وأكثر رسوخا وعلى سبيل المثال يقول كثير من الناجين من مرض السرطان إنهم صاروا يحسون أنفسهم أكثر قوة وأكثر اعترافا بالفضل بعد الانتصار في تلك المعركة مع المرض ومواصلة العيش ويتحدث كثير من العسكريين عن المرونة الذهنية التي اكتسبوها نتيجة تحمل مخاطر وجودهم في ميادين المعارك استنتج دابروفسكي أن الخوف والقلق والحزن ليست بالضرورة حالات عقلية غير مفيدة وغير مرغوب فيها على الدوام بل غالبا ما تمثل الألم الذي لا بد منه من أجل نمو نفسي والانفعالي وليس إنكار ضرورة ذلك الألم إلا إنكارا لقدراتنا نفسها هذا يشبه تماما وجوب معاناتنا الألم الجسدي حتى تصير عضلاتنا وعظامنا أكثر قوة فلابد للمرء من معانات الألم الانفعالي حتى تتطور لديه مرونة انفعالية أكبر وإحساس أقوى بالذات وتعاطف أكبر مع الآخرين أي حياة أكثر سعادة بشكل عام ومن هذا المنظور فإن القسم الأكبر من التغيرات الجذرية يحدث لدينا في نهاية أسوأ لحظات حياتنا وفقط عندما نشعر بالألم الشديد نصير مستعدين للنظر إلى قيمنا والتساؤل عن السبب الذي يجعلها تبدو كأنها تخذلنا إننا في حاجة إلى نوع من الأزمات الوجودية حتى ننظر نظرة موضوعية إلى طريقة استخلاصنا مغزى حياتنا وفي تلك اللحظة نبدأ التفكير في تغيير مسارنا يمكنك أن تدعو ذلك بلوغ القاع أو عيش أزمة وجودية أما أنا فأفضل أن أطلق عليها اسم النحت في المشقات ولك أن تختار الاسم الذي يعجبك لعلك في ذلك المكان الآن ولعلك خارج لتوك من أهم تحدي في حياتك وأنت حائر مشوش لأن كل شيء كنت تظنه صحيحا طبيعيا جيدا قد اتضح أنه عكس ذلك لكن هذا أمر جيد إنه البداية لا يسعني إلا أن أعيد التشديد على فكرة أن الألم جزء من المسار أو جزء من العملية ومن المهم أن نشعر بالألم هذا لأنك إن اكتفيت بالجري وراء المخارج السريعة السهلة للتخلص من الألم وواصلت التمرغ في شعورك الزائد بالاستحقاق وفي تفكيرك الإيجابي الواهم وكذلك إذا واصلت مبالغتك في الانغماس في كثير من النشاطات أو في كثير من تعاطي العقاقير التي تجعلك تحس أنك أفضل حالا فلن تستطيع أبدا أن تولد في نفسك الحافز الضروري لكي تتغير حقا في طفولتي عندما كانت أسرتي تشتري جهاز فيديو أو جهاز استيريو جديدا كنت أضغط المفاتيح كلها وأفك الكابلات والأسلاك ثم أعيدها فقط حتى أعرف وظيفة كل مفتاح وكل سلك وكل كابل ومع مرور الوقت تعلمت كيف يعمل النظام كله ونتيجة هذا صرت الشخص الوحيد في البيت الذي يستخدم تلك الأجهزة لأنني الوحيد الذي يعرف كيف تعمل وكما هي الحال لدى كثير من الأطفال في الألفية الجديدة كان أهلي ينظرون إلي كما لو أنني أعجوبة من الأعاجيب ففي نظرهم كانت قدرتي على برمجة جهاز الفيديو من غير النظر إلى كتيب التعليمات تجعلني أشبه بعالم كبير من السهل الآن أن أنظر خلفا إلى جيل أبي وأمي أبحك من رهاب التكنولوجيا لدى ذلك الجيل لكني كلما سرت خطوات أكثر في مرحلة النضج كلما أدركت أن لدينا كلنا مناطق في حياتنا نكون فيها مثلما كان أبي وأمي مع جهاز الفيديو الجديد نجلس وننظر ونهز رؤوسنا ونقول لكن كيف؟ في حين أن الأمر بسيط جدا في الحقيقة ولا يحتاج إلا أن تفعله أتلقى طيلة الوقت رسائل عبر البريد الإلكتروني من أشخاص يطرحون أسئلة من هذا النوع وعلى امتداد سنوات كثيرة لم أعرف أبدا ما الذي يمكن أن أقوله لهم يخطر ببالي تلك الفتاة التي جاء أهلها إلى هذه البلاد مهاجرين وظلوا يدخرون المال طيلة حياتهم حتى تدخل ابنتهم كلية الطب ها هي صارت في كلية الطب الآن وهي تكرهها لا تريد أن تعيش حياتها طبيبة بل هي راغبة في ترك الكلية أكثر من راغبتها في أي شيء آخر إلا أنها تحس نفسها عالقة في تلك الكلية تحس نفسها عالقة إلى حد ينتهي بها إلى مراسلة شخص غريب عبر الإنترنت أي أنا لكي تطرح عليه سؤالا سهلا واضح الإجابة من قبيل كيف أترك كلية الطب ولدينا ذلك الطالب الجامعي الذي يحس ميلا شديدا تجاه المدرسة المشرفة عليه وهو يتعذب عند كل إشارة وكل ضحكة وابتسامة ولدى كل حديث صغير خارج الدرس فيرسل لي بالبريد الإلكتروني قصة من 28 صفحة ينهيها بسؤال كيف أطلب منها أن نخرج معا ولدينا تلك الأم الوحيدة التي صار أطفالها راشدين وأنهوا درستهم لكنهم ظلوا يعيشون عندها ويأكلون طعامها وينفقون مالها من غير أي مراعاة لحيزها الخاص أو لرغبتها في الانفراد بنفسها إنها تريد منهم أن يتحركوا ويتابعوا مسار حياتهم وهي تريد أيضا أن تتابع مسار حياتها لكنها خائفة كثيرا من دفع أولادها بعيدا عنها بل هي مذعورة إلى حد يجعلها تسألني حائرة كيف أجعلهم ينتقل من بيتي هذه أسئلة من نوع أسئلة جهاز الفيديو والإجابة عليها من الخارج أمر سهل أطبق ثمك وفعلها أما من الداخل من منظور كل واحد من هؤلاء الأشخاص فإن هذه الأسئلة تبدو مبهمة معقدة إلى حد غير معقول تبدو كأنها معضلات وجودية تلفها الأسرار ثم إن أسئلة جهاز الفيديو هذه طريفة حقا لأن إجاباتها تبدو شديدة الصعوبة لكل واحد من أصحاب هذه الأسئلة لكنها تبدو واضحة سهلة لكل من هو ليس كذلك الألم هو المشكلة هنا إنما الأنموذج طلب ترك كلية الطب عمل واضح سهل لكن كسر قلب الأهل ليس كذلك والصعوبة في دعوة المشرفة إلى موعد ليست في الكلمات التي يجب أن يقولها المرء لها إنها المخاطرة بمواجهة الرفض والوقوع في حالة من الحرج العميق يبدوان شيئا أكثر تعقيدا بكثير كما أن مطالبة شخص ما بأن يترك بيتك أمر لا يجب أن يكون فيه تردد وأما شعورك بأنك تبتعد عن أطفالك فهو ليس كذلك لقد عانيت حالة القلق الاجتماعي طيلة مراهقة وشبابي الأول وكنت أمضي أكثر أيامي محاولا إلهاء نفسي بألعاب الفيديو وأمضي أكثر الليالي في التسرية عن نفسي بالتدخين والشرب ولسنوات كثيرة ظلت فكرة الحديث مع شخص غريب تبدو لشيئا مستحيلا خاصة إذا كان ذلك الغريب ذا جاذبية خاصة أو مثيرا للاهتمام على نحو ما أو صاحب شعبية أو ذكيا تجولت بضع سنوات على غير هدى وأنا أطرح على نفسي أسئلة جهاز الفيديو الخرقاء كيف يمكن للمرء أن يذهب هكذا ويتحدث مع شخص ما كيف يمكن لأحد أن يفعل هذا أو ذاك كانت لدي أنواع عجيبة من المعتقدات الغبية فيما يتعلق بهذا الأمر من قبيلي أنه لا يجوز أن تذهب فتتحدث مع شخص ما إلا إذا كان لديك سبب عملي يدعوك إلى ذلك وإلا فسوف تظن تلك المرأة مثلا أنني أريد اغتصابها إذا قلت لها مرحبا كانت مشكلتي أن انفعالاتي ومشاعري تحدد واقعي ولأنني كنت أحس الناس غير راغبين في الحديث معي فقد صرت مقتنعا حقا بأنهم غير راغبين في الحديث معي من هنا أتى سؤال جهاز الفيديو كيف يمكن للمرء أن يذهب هكذا ويتحدث مع شخص لا يعرفه كيف يمكن لأحد أن يفعل هذا ولأنني كنت فاشلا في الفصل بينما أحسه وما أكونه فقد كنت عاجزا عن أن أخطو خارج ذاتي لأرى العالم كما هو مكانا بسيطا يمكن فيه لأي شخصين في أي وقت أن يقترب أحدهما من الآخر ويتحدثا هناك أشخاص كثيرون يتخلون عن كل شيء ويحاولون تخدير ما قد يكون لديهم من أحاسيس عندما يشعرون بشكل من أشكال الألم أو الغضب أو الحزن ويكون هدفهم أن يعودوا إلى حالتهم الجيدة من جديد وبأسرع ما يمكن حتى إن كان هذا يعني قيامهم بخداع أنفسهم أو بتعاطي بعض المواد أو بالعودة إلى قيمهم الفاشلة تعلم كيف تتحمل الألم الذي تختاره عندما تختار قيمة جديدة فإنك تختار إدخال نوع جديد من الألم إلى حياتك استمتع بهذا الألم تذوقه افتح ذراعيك مرحبا به ثم افعل ما قررت فعله على الرغم من وجود الألم لن أكذب عليكم سوف تجدون هذا الأمر صعبا صعوبة لا تصدق في البداية لكن من الممكن أن تكون البداية بسيطة ستشعرون كما لو أنكم لا تعرفون ما الذي يتعين عليكم فعله لكننا ناقشنا هذا الأمر أنت لا تعرف شيئا وحتى عندما تظن أنك تعرف فإنك لا تعرف ما الذي تفعله إذن حقا ماذا تخسر؟ الحياة هي أن لا تعرف ثم أن تفعل شيئا ما على الرغم من ذلك الحياة كلها على هذا النحو وهي لا تتغير أبدا حتى عندما تكون سعيدا وحتى عندما تكون في قمة مجدك وحتى عندما تربح بطاقة اليناصيب وتشتري كل ما تريد فإنك لن تعرف أبدا ما الذي تفعله لا تنسى هذا أبدا ولا تخف من هذا أبدا مبدأ افعل شيئا ما في سنة 2008 وبعد ثباتي على عمل نهاري طيلة ستة أسابيع تركت فكرة الوظيفة كلها حتى أبدأ عملا عن طريق الانترنت وفي ذلك الوقت لم تكن لدي أية فكرة عما كنت أفعله لكني قلت في نفسي إنني مفلس بائس ومن الممكن أن أظل هكذا وأنا أعمل بطريقة خاصة وفي ذلك الوقت لم يكن يبدو لي أنني مهتم بأي شيء غير ملاحقة الفتيات وهكذا قررت أن أنشأ مدونة على الانترنت تتحدث عن حياة العلاقات المجنونة التي كنت أعيشها استولى علي الرعب سريعا عندما استيقظت في الصباح الأول من عمل الشخصي الجديد وجدت نفسي أمام كمبيوتري المحمول وأدركت للمرة الأولى أنني كنت عديم المسئولية تماما تجاه قراراتي كلها إضافة إلى انعدام مسئوليتي تجاه نتائج تلك القرارات أيضا كنت مسئولا عن تعليم نفسي تصميم مواقع الانترنت والتسويق على الانترنت وجعل محركات البحث مطابقة لحاجات البحث الفعلية إضافة إلى مواضيع أخرى من هذا القبيل صار هذا كله ملقا على عاتق الان وهكذا فعلت ما يفعله أي شاب في الرابعة والعشرين من عمره ترك وظيفته للتو وليست لديه أي فكرة عما يفعله أو ما سيفعله نصبت على كمبيوتري بضعة ألعاب فيديو وتجنبت بدء العمل مثل ما يتجنب المرء فيروسا خطيرا ومع مرور الأسابيع ووصول حسابي المصرفي إلى حد الخطر صار من الواضح أنني في حاجة إلى استنباط استراتيجية ما لكي أجعل نفسي أعمل 12 ساعة أو 14 ساعة يوميا وهو ما كان أمرا لا بد منه لانطلاق أي عمل جديد وقد أتت تلك الخطة من مكان لم أكن أتوقعه أبدا عندما كنت في المدرسة الثانوية كان معلم الرياضيات السيد باكوود يقول لنا إذا وجدت نفسك عاجزا عن حل مسألة فإياك أن تجلس وتفكر فيها وفي صعوبتها بل ابدأ العمل على حلها حتى إذا كنت لا تعرف ما تفعله فإن مجرد العمل على المسألة يؤدي إلى جعل الأفكار الصحيحة تأتي إلى عقلك وخلال الفترة الأولى من عملي المستقل عندما كنت أكافح عبثا في كل يوم من غير أن أعرف شيئا عما أفعله وحين كنت خائفا من النتائج أو من عدم ظهور نتائج بدأت نصيحة السيد باكوود تخاطبني من أعماق ذهني صرت أسمعها كأنها شعار لا تجلس هناك افعل شيئا ستأتيك الإجابات وفي محاولتي تطبيق نصيحة السيد باكوود تعلمت درسا شديد الأهمية عن خلق الحافز استلزم فهم هذا الدرس جيدا نحو ثماني سنوات لكن اكتشفت خلال شهور طويلة مرهقة من محاولات الانطلاق الفاشلة ومن مقالات النصائح المضحكة والليالي غير المريحة على أرائك أصدقائي والحسابات المصرفية المستنفدة ومئات آلاف الكلمات المكتوبة لم يقرأ أحد معظم هذه الكلمات كانت الكلمات التالية أهم شيء تعلمته في حياتي لا يكون القيام بالفعل نتيجة التحفيز فقط بل هو سبب لنشوء التحفيز أيضا ينكب أكثرنا على العمل إذا أحس في نفسه سوية ما من الحافز الذي يدفعه إلى العمل ونحن لا نحس هذا الحافز إلا عندما يكون لدينا إحساس بالإلهام الانفعالي الكافي ونحن نفترض أن هذه الخطوات تحدث على نحو متسلسل كالتالي الإلهام الانفعالي يليه التحفيز يليه الفعل المرغوب فيه إذا أردت إنجاز أمر ما لكنك لم تشعر بحاجز أو إلهام فإنك تفترض أنك غير قادر على فعله تفترض أن ما من شيء تستطيعه إزاء هذا الأمر وتظل هكذا إلى أن يحدث أمر كبير في حياتك الانفعالية يجعلك قادرا على توليد ما يكفي من الحافز للنهوض وإنجاز شيء ما لكن الحقيقة فيما يتعلق بالحافز هي أن الأمر ليس مقتصرا على تلك السلسلة المكونة من ثلاث حلقات بل هو سلسلة لا نهاية لها الإلهام الانفعالي يليه التحفيز يليه الفعل يليه الإلهام الانفعالي يليه التحفيز يليه الفعل وهكذا دواليك تخلق أفعالك مزيدا من الإلهام وردود الأفعال الانفعالية التي تحفزك للقيام بالفعل التالي فإذا استفدنا من هذه المعرفة يمكننا إعادة توجيه أذهاننا بالطريقة التالية الفعل يليه الإلهام يليه التحفيز إذا كنت مفتقرا إلى الحافز الكافي لإحداث تغيير هام في حياتك ففعل شيئا ما افعل أي شيء ثم اجعل ردة الفعل على ما قمت به وسيلة تبدأ تحفيز نفسك بها إنني أطلق على هذا المبدأ اسمه افعل شيئا ما وبعد أن استخدمته بنفسي لكي أبدأ عملي المستقل صرت أعلمه للقراء الذين يأتونني حائرين مرتبكين بفعل أسئلة جهاز الفيديو التي لديهم كيف تقدم إلى وظيفة أو كيف أقول لهذا الشخص أنني أريد أن أكون صديقته وهكذا دواليك أمضيت أول سنتين أعمل من أجل نفسي وكنت أظل أسابيع من غير أن أنجز شيئا كثيرا لا لسبب غير أنني كنت قلقا متوترا بشأن ما يتعين علي فعله إضافة إلى أن السهولة الكبيرة هي في تأجيل كل شيء كالعادة لكني تعلمت سريعا أن إرغام نفسي على فعل شيئ ما حتى إن كان ذلك الشيء مهام بسيطة جدا سرعان ما يجعل المهام الأكبر حجما تبدو أكثر سهولة بكثير إذا كان علي أن أعيد تصميم موقع إنترنت بأسره فقد كنت أرغم نفسي على الجلوس وأقول لا بأس سوف أكتفي بتصميم أعلى الصفحة الآن لكنني أنجز تصميم أعلى الصفحة فأجد نفسي أنتقل للعمل على أجزاء أخرى من الموقع وقبل أن أدرك ما يحدث أصير ممتلئا طاقة وأنهمك في العمل على المشروع يروي الكاتب تيم فيريس قصة سمعها ذات مرة من روائي كتب أكثر من سبعين رواية لقد سأل أحدهم ذلك الكاتب عن السر الكامن وراء قدرته على الكتابة باستمرار هكذا مع المحافظة على إلهامه وعلى الحافز الذي دفعه إلى الكتابة أجابه الكاتب المسألة كلها أن تكتب مئتي كلمة كيفما اتفق في اليوم الواحد الفكرة هي أنه إذا أجبر نفسه على كتابة مئتي كلمة وإن تكن تلك الكلمات رديئة تافها فإن فعل الكتابة نفسه سيخلق الحافز معظم الأحيان وقبل أن يدرك الأمر يجد ذلك الكاتب أنه قد دون آلاف الكلمات على الوراق عندما يعتمد المرء مبدأ افعل شيئا يصير لديه شعور بأن الفشل ليس بالشيء الهام وعندما يصير القيام بالفعل معيارا للنجاح في حد ذاته عندما يجري النظر إلى أي نتيجة باعتبارها تقدما وباعتبارها أمرا هاما وعندما ننظر إلى الإلهام الذي يدفعنا إلى العمل باعتباره نوعا من مكافأة لنا بدلا من النظر إليه باعتباره شرطا مسبقا فإننا نجد دائما القوة التي تدفعنا إلى الأمام عندها نشعر بحريتنا في أن نفشل ويجعلنا ذلك الفشل نتابع السير كما أن مبدأ افعل شيئا لا يساعدنا في التغلب على المماطلة والتسويف فحسب بل إنه العملية التي نتبنى من خلالها قيما جديدة إذا كنت في خضم أزمة وجودية كبيرة وصار كل شيء يبدو لك من غير معنا فإن الإجابة تظل كما هي افعل شيئا يكون هذا عندما تبحث عن الطرق التي تستخدمها لقياس نفسك فتجدها مسجودة كلها ولا يكون لديك أي فكرة عما سيحدث بعد ذلك ولا تعرف إن كنت ستؤذي نفسك من خلال الجري خلف أحلام زائفة أو إذا كنت مدركا أن هناك مقياس أفضل يجب أن تستخدم لقياس نفسك لكنك لا تعرف كيفية استخدامه من الممكن أن يكون ذلك الشيء الذي تفعله أبسط فعل حقيقي في اتجاه فعل شيء آخر ومن الممكن لذلك الشيء أن يكون أي شيء هل تدرك الآن أنك لم تكن في كل علاقاتك السابقة أكثر من شخص مزعج لديه شعور زائد بالاستحقاق وأنك تريد أن تبدأ تطوير إحساسك بالآخرين وتعاطفك معهم إذن افعل شيئا ابدأ بداية بسيطة واجعل هدفا لك أن تصغي إلى مشكلة شخص ما وأن تعطيه بعضا من وقتك حتى تساعد افعل هذا مرة فقط أو عاهد نفسك على أنك ستنطلق من افتراض أنك أنت جذر مشكلاتك كلها عندما تجد نفسك منزعجا محبطا في المرة القادمة جرب هذه الفكرة وسترى كيف يكون إحساسك عند ذلك غالبا ما يكون هذا كل ما يلزم لجعل كرة الثلج تبدأ تدحرجها الفعل اللازم لإطلاق الحافز الذي يجعلك تستمر إنك قادر على أن تصير منبع الإلهام الذي يطلق ذلك الحافز إنك قادر على أن تكون منبعا لحافزك وأنت قادر على الفعل دائما وإذا اكتفيت بجعلي فعل شيئ ما مقياسا لنجاحك فلن يستطيع الفشل أن يفعل لك شيئا غير دفعك إلى الأمام جمعت أغراض شقتي كلها في سنة 2009 فبعت قسما منها وخزنت قسما آخر ثم تركت شقتي وانطلقت إلى أمريكا اللاتينية وفي ذلك الوقت كانت مدونة استشارات المواعدة التي أنشأتها قد بدأت تحظى بشيء من الإقبال وصرت أجني منها قدرا متواضعا من المال من خلال بيع بعض النصوص والدورات على الإنترنت وكانت خطتي أن أعيش في الخارج القسم الأكبر من السنوات التي تلت ذلك بحيث أتعرف على ثقافات جديدة وأستفيد من انخفاض تكلفة العيش في عدد من البلدان النامية في أسيا وأمريكا اللاتينية حتى أتمكن من تقوية عملي كان ذلك حلم البدوي الرقمي وبما أنني كنت باحثا عن المغامرات في الخامسة والعشرين من عمري فقد كان هذا بالضبط كل ما أريده من الحياة إلا أن القيم التي كانت خطتي منطوية عليها رغم ما تبدو عليه تلك الخطة من جاذبية وبطولة لم تكن قيما جيدة ولا صحية كلها من المؤكد أنني كنت أحمل بعض القيم التي تدعو إلى الإعجاب التعطش إلى رؤية العالم والفضول تجاه الناس والثقافات وشيء من حب المغامرة على النمط التقليدي إلا أنه كان لدي أيضا ظل من الإحساس بالخجل يستبطن كل ما عدا لم أكن أدرك الأمر إدراكا واضحا في ذلك الوقت لكني إن أردت أن أكون صادقا تماما مع نفسي كنت أعرف أن هناك قيمة سيئة معشعشة في مكان ما تحت السطح ما كنت قادرا على رؤية تلك القيمة لكني كنت قادرا على الإحساس بها في اللحظات الهادئة عندما أكون صادقا تماما مع نفسي إلى جانب إحساسي الزائد بالاستحقاق في أوائل العشرينيات من عمري كانت الأزمة الحقيقية التي عشتها في سنوات مراهقتي قد خلفت لي حزمة من الأشياء التي صرت ألزم نفسي بها وقد أنضيت السنوات القليلة التي سبقت ذلك وأنا أحاول تعويض النقص والقلق الاجتماعي الذين عشتهما في سنوات مراهقتي مما أدى إلى جعلي أحس كما لو أنني قادر على مقابلة أي شخص أريد مقابلة ومصادقة أي شخص أريد مصادقة وحب أي شخص أريد أن أحبه وممارسة الجنس مع أي شخص أريد أن أمارس الجنس معه فلماذا ألزم نفسي بالبقاء على صديقة واحدة أو على مجموعة اجتماعية واحدة أو على مدينة واحدة أو بلد واحد أو ثقافة واحدة إن كنت قادرا على عيش كل شيء وتجري بكل شيء فعلي أن أعيش كل شيء على حد سواء أليس كذلك؟ مسلحا بهذا الإحساس المتضخم بقدرتي على التواصل مع العالم كله رحت أتنقل بين البلدان والمحيطات كأنني في لعبة قفز استمرت أكثر من خمس سنوات وقد زرت في تلك السنوات خمسة وخمسين بلدا وصار لي عشرات الأصدقاء وجدت نفسي في أحضان عدد من الحبيبات اللواتي كنت أستبدلهن سريعا بل أنسى بعضهن حال سفري إلى البلد التالي كانت تلك حياة غريبة ممتلئة رائعة وكانت زاخرة بتجارب واسعة إضافة إلى حالات تحليق سطحية مصممة لتخدير ألم الدفين بدت تلك التجارب لي شديدة العمق لكنها كانت عديمة المعنى في الوقت نفسه ولا تزال تبدو لها كذا حتى اليوم لقد اكتسبت بعضا من أهم دروس حياتي وعشت بعضا من اللحظات التي كونت شخصيتي خلال أسفاري في تلك الفترة لكن تلك السنوات اجتملت أيضا على بعض من أكبر مراحل تبديد الوقت والطاقة أيضا أعيش الآن في نيويورك لدي بيت وأثاث وفاتورة كهرباء وزوجة ولا شيء من هذا كله يمكن اعتباره باهرا أو مثيرا وأنا أحب أن تكون الأمور هكذا وذلك لأن أكبر درس تعلمته من تجاربي بعد سنوات الإثارة تلك كلها كان كما يلي الحرية المطلقة لا تعني شيئا في حد ذاتها تمنح الحرية المرأة فرصة اكتساب قدر أكبر من المعنى وأما الحرية نفسها فليس فيها بالضرورة شيء ذو معنى وفي نهاية المطاف يكون رفض بعض الخيارات هو الطريق الوحيد لتحقيق المعنى ووصول المرء إلى الشعور بأهمية حياته أي أنه تضييق للحرية وهو أيضا اختيار المرء في حياته أن يلتزم مكانا واحدا أو اعتقادا واحدا أو شخصا واحدا لم يأتني هذا الإدراك إلا على نحو بطيء خلال سنوات الترحال تلك وكما يحدث في معظم إفراطات الحياة يكون عليك أن تغرق نفسك فيها حتى لا تدرك أنها لا تجعلك سعيدا هكذا كان الترحال بالنسبة إلي فمع وصولي إلى البلد الثالث والخمسين ثم الرابع والخمسين ثم الخامس والخمسين بدأت أفهم أن قلة من تجاربي رغم كونها كلها تجارب عظيمة مثيرة كان لها مغزا حقيقي باق وفي حين كان أصدقائي الذين تركتهم في الوطن يستقرون ويتزوجون ويشترون بيوتا ويمنحون وقتهم واهتمامهم لتأسيس شركات هامة أو لقضايا سياسية كنت أقفز من مخرج سهل سريع إلى مخرج سهل سريع آخر وفي سنة 2011 سافرت إلى سان بوترسبرغ في روسيا كان الطعام سيئا وكان الطقس سيئا أيضا ثلج في شهر أيار هل تمزحون؟ وكانت شقة سيئة ولم أجد أي شيء جيد كانت الأسعار باهظة والناس أجلافا لهم رائحة غريبة لم أجد أحدا يبتسم وكانوا يكثرون الشراب كلهم لكني أحببت ذلك كانت رحلتي إلى تلك المدينة واحدة من أفضل رحلاتي إن في الثقافة الروسية قدرا من الصراحة الخشنة التي يفهمها الغربيون عامة على نحو خاطئ لا أثر هناك للتلطف الزائد والتأدب اللفظي الذي يلفك عندنا من كل ناحية مثل شباك العنكبوت لا يبتسم الإنسان هناك لأشخاص غرباء ولا يتظاهر بأنه يحب شيئا لا يحبه في روسيا إن كان هناك شيء غبي فإنك تقول عنه إنه شيء غبي وإذا رأيت شخصا تافها أحمق فأنت تقول له إنه تافه أحمق وإذا أعجبتك فتاة ووجدت أنك تمضي معها وقتا جميلا تقول لها إنها تعجبك وإنك تمضي معها وقتا جميلا لا فرق إن كانت تلك الفتاة صديقة لك أو غريبة أو امرأة قابلتها في الشارع منذ خمس دقائق فحسب خلال أسبوع الأول هناك وجدت هذه الأشياء كلها مزعجة حقا ذهبت لأشرب القهوة مع فتاة روسية وبعد ثلاث دقائق من جلوسنا معا نظرت الفتاة إلي نظرة غريبة وأخبرتني بأن ما قلته لتوي شيء غبي كدت أغص بالقهوة لم يكن في طريقة قولها تلك الملاحظة أي شيء عدواني بل قالتها كما لو أنها تذكر حقيقة من حقائق الحياة العادية كأنها تتحدث عن الطقس في ذلك اليوم أو عن مقاس حذائها لكني ظللت مصدوما وهذا لأننا في الغرب نعتبر هذه الصراحة سلوكا عدائيا إلى حد كبير خاصة إذا بدر عن شخص قابلته منذ قليل فقط لكن الأمر هناك كان هكذا مع الجميع كانوا كلهم مباشرين طيلة الوقت ونتيجة ذلك صار دماغي المبرمج على الطريقة الغربية يشعر بأنه مهاجم من كل ناحية بدأ إحساسي بقلة الأمان يطفو إلى السطح في حالات وأوضاع لم أصادفها منذ سنين لكن الأسابيع تتالت فاعتدت الصراحة الروسية مثلما اعتدت أن تغرب الشمس في منتصف الليل وعتدت شرب الفوتكا يشربونها هناك مثلما تشرب الماء البارد وعند ذلك بدأت أدرك الأمر على حقيقته إنه التعبير الصرف الذي لا يخالطه شيء إنه الصدق بكل معنى هذه الكلمة وهو التواصل من غير شروط أبدا ومن غير التزامات ومن غير دوافع خفية لا أحد يتصرف معك كأنه يحاول أن يبيعك شيئا ولا أحد يبذل محاولات يائسة لكي يعجب الآخرين بعد سنوات من الترحال المستمر صرت على نحو ما فيما قد يكون أكثر الأماكن بعدا عن أمريكا فعشت لأول مرة نكهة خاصة للحرية القدرة على قول ما أراه أو أحسه من غير خوف من أية تداعيات كان هذا نوعا غريبا من التحرر عن طريق تقبل الرفض وبما أنني شخص عاش معظم حياته محروما من هذا النوع من التعبير الواضح الصريح نتيجة الحياة العائلية ذات الانفعالات المكبوتة أول الأمر ثم من خلال تظاهري بالثقة الذي أنشأته بكل عناية فقد أسكرني هذا كأنه نوع من أفخر أنواع الفوتكا انقضى الشهر الذي أنضيته في سانت بطرسبورغ سريعا كأنه البرق وعندما انتهى وجدت نفسي غير راغب في الرحيل إن السفر أداة رائعة لتطوير الذات لأنها تنتزعك من قيم ثقافتك وتجعلك ترى أن هناك مجتمعا آخر يستطيع العيش بقيم مختلفة تمام الاختلاف وينجح في ذلك من غير أن يكره أفراده أنفسهم إن هذا الاحتكاك بقيم ثقافية مختلفة وبمقاييس مختلفة يرغمك على إعادة النظر فيما كان يبدو لك واضحا في حياتك وكذلك على التفكير في أن أسلوب حياتك قد لا يكون بالضرورة أفضل أسلوب للحياة وفي حالة هذا جعلتني روسيا أعيد النظر في أسلوب التواصل ذي اللطف الزائف الذي هو شائع كثيرا في الثقافة الإنجليزية وجعلتني أتساءل في نفسي إن كان هذا يجعل الواحد منا أقل إحساسا بالأمان تجاه الآخرين وأقل قدرة على العلاقة الحميمة معهم أتذكر أنني ناقشت ذات يوم هذه الآلية مع الشخص الذي كان يعلمني اللغة الروسية وقد كانت لديه نظرية أثارت اهتمامي بما أن الروس عاشوا في ظل الشيوعية بضعة أجيال وكانت الفرص الاقتصادية أمامهم قليلة أو معدومة تماما إضافة إلى كونهم محبوسين ضمن ثقافة الخوف فقد وجد المجتمع الروسي أن الثقة هي العملة الأكثر قيمة وحتى تبني الثقة فلابد لك من أن تكون صادقا هذا يعني أنك ترى الأمور سيئة فتقول ذلك من غير أي محاولة لالتماس الأعذار وقد كان إظهار الناس هذا النوع غير السار من الصدق مفيدا لسبب بسيط ألا وهو أنه كان أمرا ضروريا من أجل البقاء يجب أن تعرف من يمكنك الاعتماد عليه ومن لا يمكنك الاعتماد عليه وعليك أن تعرف هذا بسرعة ويتابع معلم الروسي شرح فكرته فيقول إن في الغرب الحر وفرة كبيرة من الفرص الاقتصادية بل فيضا من الفرص الاقتصادية التي تجعل من الأكثر قيمة لك أن تقدم نفسك بطريقة معينة حتى وإن كانت تلك الطريقة زائفة بدلا من أن تتصرف مثل ما يتصرف الروس لقد فقدت الثقة قيمتها وصارت المظاهر والقدرة على الترويج أكثر طرق التعبير فائدة صارت المعرفة السطحية بعدد كبير من الناس أكثر فائدة من معرفة عدد محدود من الناس معرفة وثيقة هذا ما جعل المعيار المتبع في الثقافات الغربية هو أن تبتسم للآخرين وأن تقول لهم أشياء لطيفة مهذبة حتى عندما لا تشعر برغبة في فعل ذلك وأن تكذب كذبات بيضاء صغيرة وتبدي اتفاقك مع شخص لا تتفق معه في واقع الأمر هذا ما يجعل الناس يتعلمون التظاهر بأنهم أصدقاء لأشخاص لا يعجبونهم في واقع الأمر وهذا ما يجعلهم يشترون أشياء لا يريدونها في واقع الأمر إن طريقة عمل النظام الاقتصادي يشجع على هذا النوع من الخداع لكن الجانب السيئ في هذا هو أنك لا تعرف أبدا في الغرب إن كان يمكنك أن تثق ثقة تامة بالشخص الذي تتحدث معه بل إن الأمر يكون هكذا أحيانا حتى بين أصدقاء حقيقيين وحتى بين أفراد الأسرة الواحدة تجد نفسك في الغرب واقعا تحت ضغط كبير حتى تعجب الآخرين مما يجعل الناس يعيدون رسم شخصيتهم كلها بحسب الشخص الذي يتعاملون معه الرفض يجعل حياتك أفضل كنوع من الامتداد لثقافتنا ثقافة الإيجابية الاستهلاك يجري تلقين كثيرين منا اعتقادا مفاده أن علينا محاولة أن نكون إيجابيين متقبلين على نحو أصيل وإلى أقصى حد ممكن هذا هو حجر الزاوية لكثير من تلك الكتب التي يطلقون عليها اسم كتب التفكير الإيجابي انفتح على الفرص واقبل وقل نعم لكل شيء ولكل شخص وهلما جرى لكن علينا أن نرفض شيئا ما وإلا فإننا نغدو من غير معنى إذا لم يكن هناك شيء أفضل من شيء آخر أو مرغوبا لدينا أكثر من شيء آخر فنحن أشخاص فارغون يعيشون حياة لا معنى لها نحن أشخاص من غير قيم نعيش حياتنا من غير غاية غالبا ما يجري تقديم تجنب الرفض أن أرفض وأن أرفض إلينا يتم تقديمه إلينا باعتباره سبيلا إلى أن نحس أنفسنا في حال أفضل لكن تجنب الرفض يعطينا تلك المسرة قصيرة المدى من خلال جعلنا من غير دفة ومن غير توجه على المدى البعيد إن كان لديك تقدير حقيقي لشيء ما فعليك أن تقتصر عليه وهناك سوية ما من الفرحة والمعنى لا تصلها في حياتك إلا عندما تكون قد أمضيت عشرات السنين وأنت تستثمر وقتك وطاقتك في علاقة واحدة أو مهنة واحدة أو هواية فنية واحدة وأنت غير قادر على الوصول إلى تكريس هذه السنوات كلها لذلك الشيء من غير رفض خيارات أخرى يتطلب قيامك باختيار قيمة ما لنفسك أن ترفض قيما أخرى فإذا اخترت جعل زواجي أهم جزء من أجزاء حياتي فإن هذا يعني أنني على الأرجح أختار أن لا أجعل المجون واتهدتك جزءا من حياتي وإذا اخترت أن أحكم نفسي انطلاقا من قدرتي على إقامة علاقات منفتحة مبنية على القبول المتبادل فإن هذا يعني أنني أرفض التخلي عن أصدقائي والإساءة إليهم خلف ظهورهم هذه كلها قرارات صحية لكنها تستلزم ممارسة الرفض عند كل منعطف الفكرة كامنة هنا علينا كلنا أن نهتم بشيء ما حتى نستطيع أن نرى فيه قيمة وحتى نرى في أمر من الأمور قيمة علينا أن نرفض ما ليس في ذلك الأمر لا بد لي من رفض كل ما هو ليس سين إذا أردت أن أجعل سين قيمة لي وهذا الرفض جزء ضروري لا يتجزأ من محافظتنا على قيمنا أي على هويتنا ونحن نتحدد بما نختار أن نرفضه أما إذا لم نرفض شيئا قد يكون هذا نتيجة خوفنا من أن نرفض فهذا يعني أنه ليست لنا هوية على الإطلاق وأما الرغبة في تجنب الرفض مهما تكون التكلفة والرغبة في تجنب المواجهة والنزاع والرغبة في محاولة قبول كل شيء على قدم المساواة وجعل كل شيء منسجما ومتناسقا فهي حالات عميقة خبيثة من أشكال الشعور الزائد بالاستحقاق فبما أن أصحاب هذا الشعور الزائد بالاستحقاق يرون أنهم يستحقون أن يروا أنفسهم أشخاص ممتازين طيلة الوقت نراهم يتجنبون رفض أي شيء لأن ذلك الرفض قد يجعلهم يشعرون بالسوء أو قد يجعل أشخاص آخرين من حولهم يشعرون بالسوء ولأنهم يمتنعون عن رفض أي شيء فإنهم يعيشون حياة من غير قيم حياة تسوقها المتعة والاستغراق في الذات وهم لا يهتمون بشيء أبدا غير الإبقاء على ذلك الإحساس فترة أطول وغير تجنب حالات الفشل المحتومة في حياتهم والتظاهر بأنهم لا يعرفون أي نوع من أنواع المعاناة الرفض مهارة من مهارات الحياة إنها مهارة هامة بل حاسمة الأهمية ما من أحد يرغب في أن يظل عالقا في علاقة لا تجعله سعيدا وما من أحد يرغب في أن يظل عالقا في عمل يكرهه ولا يؤمن به ولا أحد يريد الشعور بأنه غير قادر على قول ما يفكر فيه حقا إلا أن الناس يختارون هذه الأشياء في واقع الأمر إنهم يختارون هذه الأشياء طيلة الوقت الصدق مطلب طبيعي لدى البشر لكن جزءا من كوننا صادقين في حياتنا يتمثل في أن نقبل قول كلمة لا وأن نقبل سماعها وبهذه الطريقة يجعل الرفض علاقاتنا أفضل ويجعل حياتنا الانفعالية صحية أكثر الحدود في قديم الزمان كان هناك مراهقان شاب وشابة وكانت العداوة شديدة بين أسرتهما لكن الصبي ذهب إلى احتفال أقامته أسرة الفتاة لأنه يحب أن يقوم بأشياء حمقاء رأته الفتاة وغنت له الملائكة أغانيها العذبة التي داعبت أنوثتها فوقعت في حب ذلك الصبي هكذا حدث الأمر ثم تسلل الصبي إلى حديقة بيتها وقرر أن يتزوج صباح اليوم التالي من غير أي تأخير لأن هذا كما تعرفون أمر عملي تماما بالنظر إلى أن أهله وأهلها لا يريدون إلا أن يذبح أحدهم الآخر يقفز الزمن بضعة أيام إلى الأمام تكتشف الأسرتان أمر الزواج وتغضبان غضبا شديدا ثم يموت صديق لهما فتحزن الفتاة حزنا شديدا وتشرب مادة تجعلها تنام يومين كاملين لكن المحزن أن الزوجين الصغيرين لم يتعلم بعد أساليب التواصل الواضح بين الأزواج فقد نسيت الفتاة تماما أن تخبر زوجها الجديد شيئا عن أنها ستشرب تلك المادة وهذا ما يجعل الشاب يخطئ فيظن أن حالة الغيبوبة التي سببتها زوجته لنفسها ليست إلا انتحارا يفقد الشاب صوابه تماما ويقتل نفسه ظنا منه أنه سيكون معها في الحياة الأخرى أو شيئا من هذا القبيل ثم تستيقظ الفتاة من غيبوبتها بعد يومين وتعرف أن زوجها قتل نفسه حزنا عليها فتنشأ في ذهنها الفكرة نفسها التي نشأت في ذهنه وتقتل نفسها حتى تلحق به إلى العالم الآخر انتهت القصة تعتبر مسرحية روميو وجولييت مرادفا للرومانسية في ثقافتنا اليوم وينظر الناس إليها باعتبارها قصة الحب الأولى في العالم الناطق بالإنجليزية ويعتبرونها مثلا يسعى العشاق إلى الاقتداء به لكنك عندما تفهم حقا ما يحدث في تلك القصة تجد أن هذين المراهقين كان مجنونين تماما ولم يقتل نفسيهما إلا للبرهنة على هذا الجنون الذي أصابهما يظن دارسون كثر أن شكسبير كتب مسرحية روميو وجولييت لا لكي يحتفي بالرومانسية بل حتى يسخر منها وحتى يظهر حماقتها المطلقة لم يرد شكسبير أن تكون مسرحيته تمجيدا للحب بل أراد منها العكس تماما لوحة ضخمة من مصابيح النيون الوامضة كتب عليها ابتعد وأحاط بها ذلك الشريط الأصفر الذي تضعه الشرطة وعليه عبارة لا تتجاوز الشريط خلال القسم الأعظم من تاريخ البشرية لم يكن الحب الرومانسي موضع احتفاء مثل ما هو الآن والواقع أن الناس ظلوا إلى أواصط القرن التاسع عشر أو نحو ذلك يعتبرون الحب أمرا لا ضرورة له ويرون فيه عقبة نفسية محتملة خطرة تعترض سبيل أمور أكثر أهمية في الحياة من قبيل العمل الجيد في الزراعة والزواج من شخص لديه قطيع كبير من الأغنام وكثيرا ما كان الشباب والشابات يرغمون على ترك أهوائهم الرومانسية لصالح زيجات عملية من الناحية الاقتصادية من شأنها أن تمنحهم وتمنح عائلاتهم مزيدا من الاستقرار وأما اليوم فإننا نخطئ كثيرا عندما يفتننا هذا النوع من الحب المجنون الغبي هذا محدد من محددات ثقافتنا وكلما كان الحب الرومانسي أكثر درامية كان ذلك أفضل وسواء كان في قصة الحب المعنية بن أفلك منطلقا إلى تدمير ذلك الكويكب حتى ينقذ الأرض من أجل الفتاة التي يحبها أو كان فيها الحب الذي جعل ميل جيبسون يتخيل أثناء تعذيبه حتى الموت من قبل الإنجليز صورة زوجته التي اتصبت ثم قتلت أو حب تلك الجنية الصغيرة التي تتخلى عن خلودها حتى تظل مع أراغورن في فيلم ملك الخواتم أو أي شيء من تلك الأعمال الكوميدية الرومانسية الغبية حيث يقوم جيمي فالون بتزوير بطاقات مباريات فريق ريتسوكس لأن لدى الحلوة درو باريمور حاجات ما أو أي شيء من هذا القبيل إذا كان هذا النوع من الحب الرومانسي شيئا مثل الكوكاين فإننا كلنا كثقافة أشبه بتوني مونتانا في فيلم سكارفيس ندفن وجوهنا في جبل من ذلك الكوكاين ونحن نصرخ قولوا مرحبا لصديقي المشكلة هي أننا نكتشف هنا أن ذلك الحب الرومانسي شيء يشبه الكوكاين بل هو يشبه الكوكاين إلى حد مفزع إنه يثير الأجزاء نفسها من أدمغتنا التي يثيرها الكوكاين وهو يجعلك تحلق عاليا ويكون لديك إحساس جميل برهة من الزمن لكنه يخلق لك مشكلات أكثر من التي يحلها تماما مثل ما يفعل بك الكوكاين ثم إن القسم الأكبر من العناصر التي يسعى الحب الرومانسي خلفها الإظهار الرومانسي العاطفي الذي يذهل المشاعر والحالات الفوضوية المجنونة من الانتعاش والاكتئاب المفاجئين ليست صحية وليست تعبيرا حقيقيا عن الحب والحقيقة أن هذا كل ليس إلا شكلا آخر من الشعور الزائد بالاستحقاق الذي يظهر من خلال العلاقات العاطفية بين الناس أعرف ما تفكرون فيه الآن يجعلني هذا الكلام أبدو شخصا يثير الاكتئاب لا أكثر فما هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام السيء عن الحب الرومانسي لكن استمعوا إلي حتى النهاية الحقيقة أن هناك أشكالا صحية وأشكالا غير صحية من الحب يقوم الحب غير الصحي على وجود شخصين يحاولان الهرب من مشكلاتهما عن طريق العواطف والمشاعر تجاه أحدهما الآخر وبكلمات أخرى يستخدم كل منهما الآخر مهربا له أما الحب الصحي فهو قائم على وجود شخصين يعرف كل منهما مشكلاته ويقر بها ويتعامل معها بمعونة من الشخص الآخر وليس الاختلاف بين علاقة صحية وعلاقة غير صحية إلا من حيث أمران اثنان واحد مدى تقبل المسئولية تقبلا حسنا من جانب كل طرف من طرفي العلاقة اثنان استعداد كل شخص لإبداء الرفض تجاه شريكه ولقبول الرفض أيضا حيثما توجد علاقة مسممة غير صحية يوجد إحساس هش ضعيف بالمسئولية من جانب الطرفين ويوجد أيضا انعدام للقدرة على الرفض وعلى قبول الرفض وأما حيث توجد علاقة صحية فيها حب حقيقي فإن هناك حدودا واضحة بين الشخصين وقيامهما وهناك أيضا ساحة مفتوحة للرفض ولقبول الرفض حيثما يكون الرفض ضروريا وأعني بكلمة حدود رسم خط يفصل بين مسئوليات الشخصين عن مشكلاتهما فالأشخاص الذين يعيشون علاقة صحية فيها حدود واضحة قوية يتحملون المسئولية عن قيمهم ومشكلاتهم ولا يعتبرون أنفسهم مسئولين عن قيم شركائهم وعن مشكلاتهم وأما من يعيشون علاقة مسممة يضعف فيها وجود تلك الحدود أو ينعدم فهم يعمدون دائما إلى تجنب المسئولية عن مشكلاتهم ويعتبرون أنفسهم مسئولين عن مشكلات شركائهم كيف يبدو شكل هذه الحدود السيئة أو الضعيفة؟ هاكم بعض الأمثلة لا يمكنك الخروج مع أصدقائك من غيري فأنت تعرف أنني أغار كثيرا عليك أن تظل معي في البيت زملائي في العمل حمقى يجعلونني أتأخر عن الاجتماعات دائما لأن علي أن أشرح لهم كيف يقومون بأعمالهم لا أستطيع تصديق كم جعلتني أبدو غبية أمام أختي لا تعارضني بعد الآن أبدا عندما تكون أختي حاضرة أود أن أذهب إلى تلك الوظيفة في ملواكي لكن أمي لن تسامحني أبدا إذا انتقلت إلى مكان بعيد عنها إلى هذا الحد يمكنني الخروج معك في موعد لكن أرجو أن لا تخبر صديقة ساندي إنها تشعر بقلق حقيقي عندما يكون لصديق وهي ليس عندها صديق نرى في كل سيناريو من هذه السيناريوهات أن المتكلم يعتبر نفسه مسؤولا عن مشكلات أو عن مشاعر ليست مشكلاته ولا مشاعر أو أنه يطالب الآخر بأن يتحمل المسؤولية عن مشكلاته أو مشاعره على نحو عام يقع الأشخاص الذين لديهم هذا الشعور الزائد بالاستحقاق في واحد من فخين اثنين خلال علاقاتهم العاطفية إما أن يتوقع من الطرف الآخر تحمل المسؤولية عن مشكلاتهم كنت راغبا في قضاء عطلة نهاية أسبوع لطيفة هادئة في البيت وكان عليك أن تعرف هذا وتلغي مشاريعك الأخرى أو أنهم يتحملون قدرا زائدا عن مشكلات الطرف الآخر لقد خسرت وظيفتها من جديد لكني أظن الذنب ذنبي لأنني لم أكن مساندا لها كما يجب سوف أساعدها غدا في كتابة سيرتها الذاتية من أجل التقدم إلى وظيفة جديدة يعتمد أصحاب الشعور بالاستحقاق الزائد هاتين الاستراتيجيتين في علاقاتهم كما يعتمدونهما في كل شيء وذلك لأن هذا يساعدهم في تجنب قبول المسؤولية عن مشكلاتهم ونتيجة هذا فإن علاقاتهم تكون هشة زائفة وتكون ناتجة عن محاولة تجنب الألم الداخلي بدلا من التقدير الحقيقي لشركائهم في العلاقة وبدلا من الإعجاب بهم وبالمناسبة لا يسري هذا على العلاقات الرومانسية وحدها بل على الصدقات والعلاقات العائلية أيضا قد تحاول أم متسلطة أن تتحمل المسؤولية عن المشكلات في الحياة عن أبنائها وبناتها وفي هذه الحالة يعمل شعورها الزائد بالاستحقاق على تشجيع الشعور الزائد بالاستحقاق لدى أطفالها لأنهم يكبرون مقتنعين بأن على أشخاص آخرين تحمل المسؤولية عن مشكلاتهم دائما هذا ما يجعل المشكلات في علاقاتك العاطفية شبيهة إلى حد غريب بالمشكلات الموجودة في علاقة والديك عندما تكون لديك مساحات غامضة تتعلق بالمسؤولية عن مشاعرك وانفعالاتك المناطق التي لا يكون فيها واضحا من هو المسؤول عن ماذا وأين هي غلطة هذا أو ذاك ولماذا تفعل الأشياء التي تفعلها فإنك تكون غير قادر أبدا على تطوير قيم قوية من أجل نفسك وتكون قيمتك الوحيدة هي أن تجعل شريكك سعيدا أو تصير قيمتك الوحيدة هي أن يجعلك شريكك سعيدا لكن هذا يؤدي إلى إحباط النفس وهزيمتها بطبيعة الحال كما أن العلاقات التي تتسم بهذا النوع من الغموض تنتهي عادة إلى التهاوي والسقوط مع كل ما يرافق هذا من دراما وألعاب نارية لا يستطيع الناس حل مشكلاتك وليس عليهم أن يحاولوا حلها لأن ذلك لن يجعلك سعيدا وأنت غير قادر أيضا على حل مشكلات الناس لأن ذلك لن يجعلهم سعداء العلامة المميزة للعلاقة غير الصحية هي رؤية شخصين يحاول كل منهما حل مشكلات الآخر حتى يكون مسرورا من نفسه وأما العلاقة الصحية فهي أن يحل كل طرف مشكلاته بنفسه حتى يكون شعور كل منهما تجاه الآخر طيبا لا يعني وضع الحدود الصحيحة أنه لا يجوز لك تقديم العون والمساعدة إلى شريكك أو شركتك وهو لا يعني أيضا أن لا تتلقى المساعدة بدورك على الطرفين أن يساعد كل منهما الآخر لكن هذا يجب أن يحدث فقط لأنك تختار أن تساعد ولأنك تختار ذلك فقط وليس لشعورك بأن المساعدة واجب عليك أو حق لك إن أصحاب الشعور الزائد بالاستحقاق الذين يلومون الآخرين على انفعالاتهم ومشاعرهم وأفعالهم يفعلون هذا لقناعتهم بأنهم إذا جعلوا أنفسهم يعيشون الألم دائما باعتبارهم ضحايا فسوف يأتي شخص ما في نهاية المطاف وينقذهم وسوف يتلقون الحب الذي أرادوه دائما والأشخاص أصحاب الشعور الزائد بالاستحقاق الذين يلقون باللائمة على أنفسهم فيما يتعلق بأفعال أشخاص آخرين وبمشاعرهم وانفعالاتهم يفعلون هذا لقناعتهم بأنهم إذا أصلحوا حال الطرف الآخر وأنقذوه أو أنقذوها فسوف يتلقون الحب والتقدير الذين أرادوهما دائما هذان هما الجانب المضيء والجانب المظلم في أي علاقة مسمومة هذان هما الين واليان في تلك العلاقة الضحية والمنقذ الشخص الذي يشعل النار لأن هذا يجعله يبدو أكثر أهمية والشخص الذي يخمد النار لأن هذا يجعله يبدو أكثر أهمية عادة ما يوجد تجاذب قوي بين هذين النوعين من الأشخاص وعادة ما ينتهي بهم الأمر بأن يكون معا إن الأعراض المرضية لديهما متوافقة توافق تاما وغالبا ما يكون هؤلاء الناس قد ترعرعوا في كنف والدين تظهر لدى كل منهما هذه السمات أيضا وهكذا يكون نموذجهم للعلاقة السعيدة قائما على الشعور الزائد بالاستحقاق وعلى ضعف الحدود لكن المحزن أن كل شريك من الشريكين يفشل في تلبية الاحتياجات الحقيقية للشريك الآخر والواقع أن هذا الأسلوب في إلقاء اللوم والمبالغة في قبول اللوم يعمل على إدامة الشعور الزائد بالاستحقاق وبالقيمة الذاتية المتدنية الذي يمنع كل واحد منهما من تلبية احتياجاته العاطفية والانفعالية في المقام الأول تعمل الضحية على خلق مشكلات أكثر فأكثر لا بد من حلها لا لأن هناك مشكلات حقيقية جديدة قد ظهرت بل لأن هذا يجعلها أو يجعله تتلقى الاهتمام والعطف الذين تتوق إليهما وأما المنقذ فيحل المشكلات واحدة بعد أخرى لا لأنه أو لأنها مهتم بتلك المشكلات حقا بل لأنه مقتنع بأن عليه حل مشكلة أخرى حتى يستحق الاهتمام والعاطفة وفي الحالتين يكون القصد أنانيا ويكون شرطيا وبالتالي فهو نوع من التخريب الذاتي الذي لا يعرفه الحب الحقيقي إلا في حالات نادرة وإذا كانت الضحية تحب المنقذ حقا فسوف تقول له انظر ها هي مشكلتي لست مضطرا إلى حلها من أجلي ساعدني فقط عندما تراني قد بدأت أحلها بنفسي وسيكون هذا تعبيرا حقيقيا عن الحب أن تتحمل المسئولية عن مشكلاتك ولا تجعل شريكك مسؤولا عنها وإذا أراد المنقذ إنقاذ الضحية حقا فإنه سيقول انظري إنك تلقين باللائمة في مشكلاتك على الآخرين عليك أن تتعامل مع الأمر بنفسك وسوف يكون هذا تعبيرا حقيقيا عن الحب أيضا وإن يكون شكل هذا التعبير غريبا بعض الشيء مساعدة الآخر في حل مشكلاته وبدلا من ذلك نرى أن الضحية والمنقذ يستخدم أحدهما الآخر للوصول إلى حالة من النشوة الانفعالية أي إلى مخرج سريع سهل يشبه هذا نوعا من الإدمان الذي يجعل كل طرف يجد في الطرف الآخر تلبية وإشباعا له والمفارقة أن هؤلاء الناس عندما يخرج الواحد منهم في موعد مع شخص معافا من الناحية العاطفية والانفعالية يشعرون غالبا بالضجر وبعدم وجود الكيمياء بينهما إنهم يتجاوزون الناس المعافين انفعاليا ممن لديهم إحساس داخلي بالأمان العاطفي والانفعالي لأن الحدود الواضحة لدى شريك يحس هذا الأمان كله لا تبدو مثيرة إلى الحد الكافي لتوليد تلك النشوات الدائمة التي هي حاجة لابد منها لأصحاب الشعور الزائد بالاستحقاق وأما الضحايا فإن أصعب شيء عليهم في العالم كله أن يكونوا مسؤولين عن مشكلاتهم إنهم يمضون الحياة كلها مقتنعين بأن الآخرين مسؤولين عن أقدارهم وغالبا ما تكون الخطوة الأولى في اتجاه تحمل المسؤولية عن أنفسهم مصدر ذعر كبير لديهم كما أن أصعب شيء في العالم على المنقذين هو الكف عن تحمل المسؤولية عن مشكلات الأشخاص الآخرين إنهم يمضون حياتهم كلها وهم يشعرون بالقيمة والتقدير والحب فقط لأنهم ينقذون أشخاص آخرين وهكذا فإن التخلي عن هذه الحاجة أمر يثير الذعر لديهم أيضا إذا ضحيت من أجل شخص يهمك أمره فمن الضروري أن يحدث هذا لأنك تريد حدوثا لا لأنك تحسه واجبا عليك أو لأنك تخشى ما قد يترتب على عدم فعل ذلك وإذا ضحى شريكك من أجلك فيجب أن تكون تلك التضحية ناجمة عن رغبته الحقيقية الأصيلة أو رغبتها لا عن أنك استخدمت الغضب أو الإحساس بالذنب للتلاعب بعواطفه أو بعواطفها حتى تحصل على تلك التضحية لا قيمة للأفعال الناجمة عن الحب إلا إذا جرى الإقدام عليها من غير شروط ومن غير توقعات مسبقة قد يصعب على الناس التمييز بين القيام بأمر ما انطلاقا من الإحساس بالواجب والقيام به طوعا لكن هناك اختبارا كاشفا اسأل نفسك إذا رفض فما أثر الرفض على العلاقة واسأل أيضا إذا رفض شريكي شيئا أريده فكيف يكون أثر ذلك الرفض على العلاقة إذا كانت الإجابة هي أن الرفض سيسبب انفجارا دراميا تتكسر فيه أطباق خزفية فهذه إشارة سيئة فيما يخص علاقتك وهي توحي بأن علاقتك مشروطة وبأنها قائمة على مكتسبات سطحية يتلقاها كل واحد من الآخر بدلا من أن تكون قبولا غير مشروط من الجانبين أي أن يقبل كل طرف الطرف الآخر مع مشكلاته لا يخاف من لديهم حدود قوية واضحة أن تحدث نوبات غضب مزاجية أو مجدلات أو حتى بعض الألم وأما أصحاب الحدود الضعيفة المائعة فهم يخشون هذه الأشياء فيعمدون دائما إلى تطويع سلوكهم بما يتناسب مع حالات المد والجزر عند الطرف الآخر من العلاقة يفهم أصحاب الحدود القوية أنه من غير المعقول توقع تلبية كل طرف من طرف العلاقة حاجات ورغبات الطرف الآخر تلبية تامة وهم يدركون أيضا أن من الممكن أن يجرحوا مشاعر شخص ما في وقت ما لكنهم يفهمون أيضا أنهم غير قادرين على تحديد كيف يشعر الناس الآخرون ويفهم أصحاب الحدود القوية أيضا أن العلاقة الصحية المعافاة ليست أن يتحكم كل طرف بمشاعر الطرف الثاني بل أن يساند كل شريك شريكه على نموه الفردي وحل مشكلاته بنفسه لا يجوز أن تكون شديد الاهتمام بكل ما يهتم به شريكك بل إن الأمر كله قائم على أن تكون مهتما بشريكك بصرف النظر عما يهتم أو ما لا يهتم به وهذا هو الحب غير المشروط كيفية بناء الثقة زوجتي واحدة من النساء اللواتي يمضين أوقات طويلة أمام المرآة تحب أن تبدو رائعة وأنا أيضا أحب أن تبدو رائعة بالطبع وفي الليهل التي نريد أن نخرج فيها تخرج من الحمام بعد ساعة كاملة من التجميل والاهتمام بالشعر والملابس وكل الأشياء التي تفعلها النساء في تلك الجلسات ثم تسألني كيف تبدو عادة ما تبدو لرائعة ورغم هذا فإن شكلها لا يبدو لي جيدا بعض الأحيان لعلها حاولت أن تفعل شيئا جديدا بشعرها أو قررت ارتداء حذاء قرر مصمم أزياء لامع من ميلانو أنه شيء متميز يسبق زمن مهما يكون السبب في تلك الحالات فإن النتيجة لا تعجبني تنزعج كثيرا عندما أقول لها شيئا كهذا ثم تعود إلى خزانة الملابس في الحمام لتغير كل شيء فتتأخر في الخروج نصف ساعة وخلال هذا الوقت تلقي زوجتي بشتائم كثيرة يكون بعضها من نصيبي النمط الشائع هو أن يكذب الرجل في هذه الحالات ليجعل زوجته صديقته مسرورة لكني لا أكذب عليها لماذا؟ لأن الصدق في علاقتي بها أكثر أهمية في نظري من أن تكون مشاعرنا طيبة طيلة الوقت المرأة التي أحب آخر شخص يتعين علي أن أشغل بالي بطريقة مراباته ولحسن حظي فأنا متزوج من امرأة موافقة على هذا ومستعدة لسماع ما أفكر فيه كما هو وبطبيعة الحال تفعل زوجتي مثل ما أفعل فتنبهني كلما أخطأت وهذه واحدة من أهم المزايا التي توفرها لي باعتبارها شريكة حياتي ومن الطبيعي أن الأنا عندي تصاب ببعض الكدمات أحيانا فأغضب وأتذمر وأحاول المجادلة لكني أعود بعد بضع ساعات وأقر بأنها كانت محقة سواء كانت على صواب أم لا نعم إنها بقول حقيقة ما تراه تجعلني شخصا أفضل رغم انزعاجي مما تقوله لي في هذه الحالات عندما يكون في قمة أولوياتنا أن نجعل أنفسنا مسرورين بأنفسنا طيلة الوقت أو أن نجعل شركاءنا مسرورين بأنفسهم طيلة الوقت فمن المؤكد أن لا أحد منا سينتهي به الأمر وهو مسرور بنفسه وسوف تنهار العلاقة كلها قبل أن نفطن إلى شيء لا يمكن أن توجد ثقة من غير وجود نزاع فالنزاع موجود لكي يجعلنا نميز بين من هو معنا من غير شروط ومن هو معنا من أجل المكاسب لا يثق أحد برجل يقول نعم دائما ولو كان باند الخيبة هنا لقال لك إن الألم في علاقاتنا أمر ضروري لتمتين ثقة كل منا بالآخر ولخلق قدر أكبر من الإلفة بيننا حتى تكون العلاقة صحية معافاة يجب أن يكون طرفاها مستعدين لقول كلمة لا ولسماع تلك الكلمة وقادرين على قول كلمة لا وعلى سماعها أيضا فمن غير ذلك الصد ومن غير وجود حالات رفض عارضة تتفكك الحدود وتهيمن مشكلات أحد الطرفين وقيمه على الطرف الآخر هذا يعني أن نزاع ليس أمرا طبيعيا فحسب بل هو ضروري ضرورة مطلقة للحفاظ على العلاقة الصحية وإذا كان شخصان متقاربين هذا التقارب كل لكنهما عاجزين عن تناول الاختلافات بينهما تناولا مفتوحا صريحا فإن العلاقة قائمة على التلاعب وعلى سوء الفهم وسوف تتحول ببطء إلى علاقة مسمومة الثقة أهم مكونات العلاقة لسبب بسيط ألا وهو أن العلاقة من غير ثقة لا تعني شيئا في واقع الأمر قد تقول لك امرأة إنها تحبك وإنها تريد أن تكون معك وإنها مستعدة للتخلي عن كل شيء من أجلك لكنك لا تستفيد شيئا من هذا الكلام كله إذا لم تكن واثقا مما تقوله لك وأنت لا تشعر بأنك محبوب إلى أن تثق بأن الحب الذي تجري مصارحتك به آت من غير شروط ومن غير أن تكون له أي تلواحق متعلقة به أو أهداف خارج الحب وهذا ما يجعل الخيانة أمرا هداما إلى هذا الحد لا علاقة للأمر بالجنس في حد ذاته بل إنها الثقة التي انهارت نتيجة الجنس فمن غير الثقة لا يمكن لأي علاقة أن تستمر حقا فإما أن يعاد بناء الثقة المفقودة أو تنتهي تلك العلاقة كثيرا ما أتلقى رسائل من أشخاص تعرضوا للخيانة من جانب شركائهم لكنهم راغبون في البقاء معهم وهم يتساءلون عن الوسيلة التي تجعلهم قادرين على الاستمرار والثقة به أو على الثقة بها من جديد يقولون لي إن العلاقة صارت عبءا عليهم في غياب الثقة بل صارت تشبه خطرا لابد من مراقبته والتدقيق فيه بدلا من أن تكون مصدر بهجة ومتعة المشكلة هنا أن أكثر الناس الذين يكتشفوا أمر خيانتهم يعتذرون ويقدمون وعودا من قبيل لن أفعل هذا ثانية وهذا كل ما في الأمر كما لو أن الجنس حدث بفعل المصادفة وحدها وهناك الكثير ممن يتعرضون للخيانة ثم يقبلون هذه الإجابة على علاتها ولا يتساءلون عن القيم التي لدى الشريك وعما يهتم به حقا وهم لا يسألون أنفسهم إن كانت تلك القيم والاهتمامات تجعل الشريك شخصا يستحق البقاء معه إنهم في قلق شديد على استمرار العلاقة قلق يجعلهم غير قادرين على فهم أن الأمر صار ثقبا أسود يبتلع احترامهم لأنفسهم إذا كان أحد الشريكين يخون شريكة فهذا لأن هناك شيء أكثر أهمية بالنسبة إليه من تلك العلاقة قد يكون ذلك الشيء إحساسه بالسلطة والتأثير تجاه شخص آخر وقد يكون سعيا إلى تعويض إحساس ما بالنقص من خلال ممارسة الجنس وقد يكون استسلاما لنزوات عارضة لكن مهما يكون الأمر فمن الواضح أن قيم من يخون شريكة ليست بالقيم التي تدعم وجود علاقة سليمة معافاة فإذا لم يقر الشخص الذي يخون شريكه بهذا الأمر وإذا لم يكن قادرا على مواجهته وإذا اكتفى بتلك الأقوال المألوفة من قبيل لا أعرف بما كنت أفكر كنت في حالة انزعاج شديد وكنت ثملا وكانت هي هناك فهذا يعني أنه مفتقر إلى وعي الذات الجدي الضروري لحل أي مشكلات في علاقته ما يجب أن يحدث في هذه الحالة هو أن يبدأ مرتكب الخيانة تقشير طبقات بصلة إدراك الذات لديه حتى يكتشف القيم السيئة التي جعلته يخون الثقة وحتى يعرف إن كان لا يزال يجد قيمة في تلك العلاقة ويجب أن يكون قادرا على القول هل تعرفين ما الأمر؟ إنني شخص أنني وأنا أهتم بنفسي أكثر من اهتمامي بعلاقتنا أو يقول إذا أردت الصدق فإنني لا أحترم هذه العلاقة كثيرا إذا كان من يخون غير قادر على التعبير تعبيرا صريحا واضحا عن القيم السيئة التي لديه وإذا لم يبين للطرف الآخر أنه قد تجاوز تلك القيم فما من سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه أهل للثقة وإذا كان غير أهل للثقة فإن العلاقة لن تتحسن ولن تتغير أبدا العنصر الآخر في إعادة كسب الثقة بعد خسارتها عنصر عملي إنه نوع من سجل المتابعة إذا أساء الطرف الآخر إلى الثقة بينكما فإنه يمكن أن يقول لك كلاما لطيفا لكنه في حاجة إلى رؤية سجل مستمر من الأفعال والحالات التي تقول لك إنه لم يعد يسيء إلى تلك الثقة بهذه الطريقة فقط يمكنك التأكد من أن قيم من خان الثقة لم تعد معوجة وأن ذلك الشخص سوف يتغير حقا ومما يؤسف له هنا أن بناء هذا السجل الذي يشجعك على الثقة من جديد يستلزم وقتا طويلا فما من شك في أن هذا الوقت أطول بكثير من الوقت الذي استغرقه تهاوي ثقتك فيه وخلال فترة إعادة بناء الثقة هذه من المرجح أن تكون الأمور سيئة حقا وهذا يعني أن على كل من طرفي العلاقة أن يعيى مدى مشقة تلك العملية التي اختار أن يمر بها إنني أستخدم هنا الخيانة في العلاقة العاطفية لكن هذه العملية تنطبق أيضا على كل خلل أو خرق في أي علاقة عندما تنهار الثقة لا تكون إعادة بنائها ممكنة إلا إذا تحققت الخطوتان التاليتان واحد اعتراف من خان الثقة بالقيم الحقيقية التي سببت ذلك الخرق وتحمل المسؤولية عنها اثنان تمكن من خان الثقة عبر فترة من الزمن من بناء سجل متابعة يشير بوضوح إلى إمكانية الثقة بالطرف الآخر مرة أخرى ولا يجوز أن تكون هناك أصلا أية محاولة للمصالحة من غير توفر الخطوة الأولى تشبه الثقة طبقا خزفيا إذا انكسر الطبق مرة فمن الممكن جمع أجزائه ولصقها من جديد بقدر كبير من الحرص والاهتمام أما إذا كسرته مرة أخرى فإنه يتشضى إلى قطع أصغر منذ قبل ولا بد من زمن أطول بكثير من أجل جمع تلك القطاع مرة أخرى وإذا كسرت الطبق مرة أكثر فأكثر فإنه يتشضى إلى درجة تصير معها إعادة إصلاحه أمرا مستحيلا تماما هناك قطع متكسرة كثيرة جدا وهناك أجزاء صارت غبارا الحرية من خلال الالتزام الثقافة الاستهلاكية شديدة النجاح في جعلنا نريد المزيد والمزيد والمزيد وتقوم أشكال التسويق الكثيرة كلها على فكرة مفادها أن المزيد أحسن دائما لقد عشت سنوات كثيرة مقتنعا بهذه الفكرة اجمع مزيدا من المال وزر مزيدا من البلدان وعش مزيدا من التجارب وكن مع مزيد من النساء لكن المزيد ليس بالشيء الأفضل على الدوام بل إن العكس هو الصحيح في واقع الأمر وغالبا ما نكون أكثر سعادة بالأقل لا بالمزيد عندما تكون أمامنا فرص وخيارات كثيرة جدا فإننا نعاني ما يطلق عليه علماء النفس مفارقة الاختيار ومن حيث الأساس كلما ازدادت الخيارات المتوفرة لنا كلما صرنا أقل رضا بالشيء الذي يقع اختيارنا عليه مهما يكن ذلك الشيء وهذا لأننا على بينة من الخيارات الأخرى التي تخلينا عنها كلها فإذا كانت لديك إمكانية الاختيار بين مكانين للعيش ثم اخترت واحدا من هذين المكانين فمن المرجح أن تشعر بالثقة والراحة لأنك اتخذت الخيار الصحيح وسوف تكون راضيا عن قرارك أما إذا كنت قادرا على الاختيار بين ثمانية وعشرين مكانا للعيش ثم اخترت مكانا منها فإن مفارقة الاختيار تقول إن من المرجح أن تنضي سنوات في الشك والعذاب ووضع قرارك موضع التساؤل ستسأل نفسك كثيرا إن كنت قد أقدمت على الخيار الصحيح حقا وإن كان هذا الاختيار يزيد سعادتك حقا إن هذا القلق وهذه الرغبة في اليقين وفي الوصول إلى الكمال وإلى النجاح هي ما يجعلك شخصا غير سعيد فماذا نفعل؟ إذا كنت شخصا مثل ما كنت أنا فسوف تحاول عدم اختيار أي شيء على الإطلاق ستحاول إبقاء خياراتك مفتوحة إلى أطول وقت ممكن وسوف تتجنب الالتزام مع أن الاستثمار عميقا في مكان واحد أو شخص واحد أو عمل واحد أو نشاط واحد يمكن أن يحرمنا الخبرة الواسعة التي نحب أن تكون لدينا فإن الجري وراء مروحة واسعة من الخبرات يحرمنا من فرصة عيش ما يقدمه لنا المضي عميقا في أي تجربة هناك تجارب لا يمكن المرور بها إلا عندما تعيش في المكان نفسه خمس سنوات أو عندما تكون مع الشخص نفسه أكثر من عشر سنوات أو عندما تعمل في المهنة نفسها أو المجال نفسه أكثر من نصف عمرك أنا الآن في الثلاثينيات من عمري وأنا قادر أخيرا على إدراك أن الالتزام يتيح لي بطريقته الخاصة كثرة وافرة من الفرص والتجارب التي لم يكن ممكنا أن تتوفر لي من غير وجوده وذلك أينما ذهبت ومهما فعلت عندما يسعى المرء إلى تشكيلة واسعة من التجارب والخبرات فإن هناك عائدات متناقصة مع كل مغامرة جديدة ومع كل شيء جديد أو شخص جديد إذا كنت لم تغادر بلدك الأصلية قبل الآن أبدا فإن البلد الأول الذي تزوره يحرض فيك تحولا كبيرا في النظرة إلى العالم لأن قاعدة التجارب التي لديك محدودة كثيرا وأما عندما تزور عشرين بلدا فإن البلد الحادي والعشرين لا يضيف إليك الكثير وعندما تزور خمسين بلدا فإن البلد الحادي والخمسين لا يكاد يضيف إليك شيئا ينطبق الأمر نفسه على الممتلكات المادية والمال والهوايات والوظائف والأصدقاء وعلى الشركاء العاطفيين والجنسيين أيضا نجد هنا كل القيم السطحية العرجاء التي يختارها الناس لأنفسهم كلما ازداد عمرك كلما اكتسبت تجارب أكثر وكلما صار أثر كل تجربة جديدة عليك أقل من ذي قبل كانت الإثارة كبيرة جدا عندما شربت الكحل في حفلة لأول مرة في حياتي وعندما كررت ذلك للمرة المئة كان الأمر ممتعا وأما بعد خمسمائة مرة فقد صار ذلك أشبه بعطلة نهاية أسبوع عادية وأما بعد ألف مرة فإن الأمر يصير مضجرا لا أهمية له كان أكبر ما حدث لي على المستوى الشخصي خلال السنوات القليلة الماضية هو أنني صرت قادرا على الانفتاح على الالتزام لقد اخترت رفض كل شيء باستثناء أفضل الأشخاص والتجارب والقيم في حياتي ووضعت نهاية لمشاريع كلها وقررت التركيز على الكتابة وجعلها عملي الوحيد ومنذ ذلك الوقت صار موقعي على الانترنت أكثر شعبية مما كنت أتخيله ممكنا التزمت التزاما بعيد المدى بالعلاقة مع امرأة واحدة والمفاجأة أنني وجدت هذا أكثر مردودا بالنسبة إلي من كل ما عشته في الماضي من مغامرات ولقاءات وعلاقات استمرت فترة قصيرة جدا التزمت بالعيش في مكان واحد فكان المردود الاجتماعي مضاعفا من خلال حفنة من الصداقات الحقيقية الصحية وذات المعنى كان ما اكتشفته شيئا مخالفا تمام المخالفة للحدث المعتاد إن في الالتزام قدرا حقيقيا من الحرية ومن الشعور بالتحرر لقد وجدت فرصا أكبر وأكثر أهمية نتيجة رفض البدائل الأخرى لصالح ما اخترت أن أجعله مهما في حياتي يمنحك الالتزام حرية لأنك تكف عن التشتت والتلاهي بما هو غير هام وبما هو تافه يمنحك الالتزام حرية لأنه يجمع انتباهك وتركيزك فيصبهما في الاتجاه الأكثر فعالية في جعلك سعيدا معافا كما أن الالتزام يجعل اتخاذ القرار أكثر سهولة ويزيل أي خوف من الوقوع في الخطأ وذلك لمعرفتك أن ما لديك منذ الآن جيد تماما فلماذا ترهق نفسك بالسعي وراء المزيد والمزيد والمزيد من جديد إن الالتزام يسمح لك بالتركيز الدقيق على حفنة من الأهداف ذات الأهمية الكبيرة ثم بتحقيق قدر من النجاح أكبر مما يمكن أن تحققه بأي طريقة أخرى وعلى هذا النحو فإن رفض البدائل يحررنا رفض كل ما هو غير منسجم مع أكثر قيمنا أهمية ومع المقاييس التي اخترناها إنه رفض الجري الدائم وراء الاتساع من غير عمق بالتأكيد إن التجارب الواسعة أمر مرغوب فيه بل هو ضروري عندما تكون شابا وهذا لأن عليك أن تخرج إلى العالم وتكتشف بنفسك ما يبدو لك أنه يستحق أن تستثمر حياتك فيه لكن العمق هو حيث يكون الذهب مدفونا عليك أن تلتزم بشيء ما وأن تحفر عميقا حتى تصل إلى ذلك الذهب هذا صحيح في العمل وفي العلاقات وفي بناء حياة جيدة لنفسك إنه صحيح في كل شيء الفصل التاسع وبعد ذلك تموت ابحث عن الحقيقة لنفسك وسوف أراك هناك كان هذا آخر ما قاله لي جوش قاله بطريقة تهكمية فقد حاول أن يبدو ما قاله عميقا مع السخرية في الوقت نفسه من الناس الذين يحاولون أن تبدو كلماتهم عميقة كان جوش صديقا من أصدقاء المقربين وكان ثملا تماما في تلك اللحظة مررت بأهم لحظة تحول في حياتي عندما كنت في التاسعة عشرة من عمري أخذني صديق جوش إلى حفلة في مكان واقع عند إحدى البحيرات إلى الشمال من مدينة دالس في ولاية تكساس تلة عليها بيوت صغيرة للإيجار وتحتها بركة سباحة وتحت بركة السباحة جرف مشرف على البحيرة كان الجرف صغيرا ولعل ارتفاعه كان قرابة عشرة أمتار إلا أن ذلك الارتفاع كان كافيا بالتأكيد لأن يجعلك تفكر مرتين قبل أن تقفز إلى البحيرة وأما في وجود المزيج المناسب من الكحل وضغط الأصدقاء فإن من الممكن أن يحزم المرء أمره سريعا ويقفز بعد قليل من وصولنا إلى تلك الحفلة كنت جالسا مع جوش في بركة السباحة كنا نشرب البيرة ونتحدث مثلما يتحدث شخصان حريصان على إثبات أنهما ذكرين تحدثنا عن الشرب وعن الفرق الموسيقية وعن الفتيات وكذلك عن مختلف الأشياء الممتعة التي فعلناها خلال ذلك الصيف بعد أن تركنا مدرسة الموسيقى تحدثنا عن العزف معا في إحدى الفرق وعن الانتقال إلى نيويورك كان هذا حلما مستحيلا في ذلك الوقت كنا طفلين فحسب سألته بعد قليل وأنا أشير برأسي إلى الجرف المشرف على البحيرة هل القفز من ذلك الجرف ممكن؟ أجابني جوش نعم إن الناس هنا يفعلون ذلك طيلة الوقت وهل ستقفز؟ رفع كتفيه وقال لي قد أقفز سوف نرى افترقنا في وقت لاحق من تلك الأمسية جذبت انتباهي فتاة آسيوية جميلة كانت تحب ألعاب الفيديو وهذا ما كان في نظري كنت غرا مراهقا شيئا يماثل ربح جائزة اليناصيب لم تكن الفتاة مهتمة بي لكنها كانت ودودة لطيفة لا يزعجها أن أتحدث وهكذا رحت أتحدث بعد بضع زجاجات من البيرة استجمعت من الشجاعة ما يكفي لأن أسألها إن كانت تريد الذهاب معي إلى البيت لتناول بعض الطعام وافقت الفتاة على ذلك سرنا في اتجاه أعلى التلة فصادفنا جوش نازلا سألته إن كان راغبا في الطعام فرفض الفكرة سألته أين يمكنني العثور عليه بعد ذلك فابتسم وقال لي ابحث عن الحقيقة لنفسك وسوف أراك هناك أومأت برأسي واتخذت مظهرا جادا ثم أجبته لا بأس أراك هناك كما لو أن كل منه كان يعرف مكان الحقيقة بالضبط ويعرف كيف يصل إلى ذلك المكان ضحك جوش وسار نازلا التلة في اتجاه الجرف ضحكت وتابعت الصعود مع الفتاة في اتجاه البيت لا أتذكر كم بقينا في الداخل لكني أتذكر أنني خرجت من البيت مع الفتاة فسمعنا صوت صفارات ولم نجد أحدا من حولنا لم نجد أحدا في بركة السباحة رأينا أشخاص يركضون نازلين في اتجاه الشاطئ الضيق تحت الجرف وكان هناك أشخاص قد وصلوا إلى الماء بالفعل استطعت تمييز شخصين يسبحان في الماء كانت الرؤية صعبة لأن الوقت صار ليلا ولا تزال الموسيقى مستمرة من غير أن يصغي إليها أحد أسرعت نازلا في اتجاه الشاطئ ولم أستنتج شيئا حتى تلك اللحظة بل كنت ماضيا في التهام الساندويتش الذي معي وقد استبدى بي الفضول لرؤية ما ينظر إليه الجميع وفي منتصف الطريق نزولا قالت لي الفتاة الآسيوية الجميلة أظن أن شيئا فضيعا قد حدث عندما بلغنا أسفل التلة سألت شخصا عن جوش لم ينظر إليه أحد ولم يرحب بي أحد كان الجميع منشغلا بالنظر إلى الماء سألتهم من جديد فلم تستطع الفتاة ضبط نفسها وبدأت تبكي عند ذلك قفزت الفكرة إلى ذهني ظل الغطاسون ثلاث ساعات يبحثون عن جوش في قاع تلك البحيرة وقد جاء في تقرير التشريح فيما بعد أن ساقه تشنجت بفعل التجفاف الناتج عن الإفراط في تناول الكحل إضافة إلى أثر الصدمة عندما قفز من فوق الجرف كان الظلام مخيفا عندما قفز وكان الماء طبقات من السواد في ظلمة الليل لم يستطع أحد رؤية مصدر صرخاته التي ارتفعت تطلب النجدة لم يميز شيئا غير صوت تخبطه بالماء الصوت فقط قال لي أبواه فيما بعد إنه لم يكن ماهرا في السباحة لم أكن أعرف هذا لم أستطع البكاء على جوش إلا بعد 12 ساعة كنت في سيارتي عائدا إلى البيت في أوستن صبيحة اليوم التالي اتصلت بأبي فأخبرته بأنني لا أزال قريبا من دالس وإنني سوف أتأخر على العمل كنت أعمل لديه في ذلك الصيف سألني أبي لماذا؟ ماذا حدث؟ هل كل شيء على ما يرام؟ انفجرت باكيا في تلك اللحظة وسال الدموعي نحيب وصراخ ومخاط أوقفت السيارة إلى جانب الطريق وظللت أبكي وأنا ممسك بذلك الهاتف مثل ما يبكي صبي صغير أمام أبيه أصابني اكتئاب عميق في ذلك الصيف أظنني أصبت بالاكتئاب قبل تلك المرة لكن ذلك كان مستوى جديد تماما من انعدام المعنى كان حزني عميقا إلى حد جعله مؤلما حتى من الناحية الجسدية كان الناس يأتون إلي ويحاولون رفع معنوياتي فأظل جالسا أستمع إليهم وهم يقولون لي تلك الأشياء الصحيحة ويتحدثون عن ضرورة تجاوز المحن وعن الطريقة الفضلة لذلك كنت أشكرهم وأقول لهم إنهم في غاية اللطف لأنهم يهتمون بي ويأتون إلي ثم أبتسم ابتسامة مزيفة وأكذب فأقول لهم إنني أتحسن لكني لم أكن أشعر بشيء في أعماق نفسي وبعد ذلك ظللت بضعة شهور أحلم بجوش أحلام أراه فيها معي فنتحدث بحرارة عن الحياة والموت إضافة إلى أشياء متنوعة لا معنى لها حتى تلك النقطة في حياتي لم أكن أكثر من طفل عادي تماما من أطفال الطبقة الوسطى كسول غير مسؤول قلق من الناحية الاجتماعية مع إحساس عميق بقلة الأمان أما جوش فكان شخصا كنت أنظر إليه نظرة احترام من نواحي كثيرة كان أكبر مني سنا وأكثر مني ثقة وأوسع مني تجربة وأكثر قبولا للعالم من حوله وأكثر انفتاحا عليه في واحد من أحلامي الأخيرة عن جوش رأيت نفسي جالسا معه في حوض جاكوزي نعم أعرف أن هذا يبدو شيئا غريبا وعندها قلت له شيئا من قبيل يؤسفني حقا أنك ميت فضحك لست قادرا على تذكر الكلمات التي قالها لي في الحلم لكنها كانت شيئا مثلا لماذا يهمك موتي طالما أنك لا تزال خائفا من الحياة فاستيقظت باكيا كنت جالسا مع أمي على الأريكة في يوم ما من ذلك الصيف وكنت أحدق فيما يطلقون عليه اسم الخواء فأرى العدم الذي لا نهاية له ولا سبيل إلى فهمه حيث اعتدت أن أجد صداقة جوش في تلك اللحظة جاءني إدراك مفاجئ بأنه إذا لم يكن هناك حقا سبب لفعل أي شيء فما من سبب أيضا لعدم فعل أي شيء ففي مواجهة حتمية الموت لا مبرر أبدا لأن يستسلم المرء أمام خوفه أو حرجه أو شعوره بالخجل لأن الأمر كله ليس أكثر من قبضة من اللاشيء إذا أمضيت القسم الأكبر من حياة القصيرة في تجنب ما هو مؤلم ومزعج فهذا يعني أنني أتجنب أن أكون حيا في ذلك الصيف أقلعت عن المريوانا والسجائر وألعاب الفيديو تركت أيضا أوهام السخيفة عن أنني سأصبح نجما من نجوم الروك وتركت مدرسة الموسيقى وانتسبت إلى الجامعة بدأت أذهب إلى صالة التمرينات الرياضية وخفضت وزني صار لي أصدقاء جدد وصارت لي أول صديقة وللمرة الأولى في حياتي بدأت أهتم بدروسي ففاجأني اكتشاف أنني قادر على تحصيل درجات جيدة عندما أولي الأمر بعض الاهتمام وفي الصيف التالي تحديت نفسي لأرى إن كنت أستطيع قراءة خمسين كتابا في خمسين يوما وقد نجحت في هذا ثم انتقلت في السنة التي بعدها إلى جامعة ممتازة في الناحية الأخرى من البلاد حيث تفوقت للمرة الأولى في حياتي كلها تفوقت دراسيا واجتماعيا لقد شكل موت جوش النقطة التي أستطيع تحديدها بأكبر قدر من الوضوح في حياتي إنها النقطة التي أقول قبلها وبعدها كنت قبل تلك المأساة شخصا مع دوم الطموح تسكنه الأوهام وكنت شخصا محبوسا ضمن هاجس خيالاتي عن نظرة العالم إلي وأما بعد المأساة فقد تحولت إلى شخص جديد مسؤول مجد محب للمعرفة ظلت لدي تلك الأحاسيس بقلة الأمان وكل الأشياء التي ترافق ذلك مثل ما نحن جميعا لكنني صرت الآن مهتما بما هو أكثر أهمية من الأشياء التي تثير قلقي ومخاوفي لقد كان الفرق كبيرا أمر غريب أن يكون موت شخص ما قد منحني الإذن بأن أعيش أخيرا ولعل أسوأ لحظة في حياتي كانت أيضا تلك اللحظة التي حولتني أكثر من أي لحظة أخرى الموت يخيفنا ولأنه يخيفنا فإننا نتجنب التفكير فيه والحديث عنه بل نتجنب حتى الإقرار به أحيانا حتى عندما يصيب شخصا قريبا منا لكن الموت بطريقة غريبة هو الضوء الذي يقاس به ظل معنى الحياة كله ولولا وجود الموت لبدى لنا كل شيء معدوم الأهمية ولصارت القيم والمقاييس كلها صفرا شيء يتجاوز أنفسنا كان أرنست بكر شخصا منبوذا في العالم الأكاديمي أحرز شهادة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا سنة 1960 وقد قارن بحثه بين الأساليب غير التقليدية في بوذية زن وبين التحليل النفسي في ذلك الوقت كان مذهب زن يعتبر شيئا يليق بالهيبيين ومدمن المخدرات وكان التحليل النفسي الفرويدي يعتبر شكلا من أشكال الشعوذة النفسية باقيا من العصر الحجري وخلال وظيفته الأولى عندما عمل مدرسا مساعدا في الجامعة سرعان ما وجد بكر نفسه بين أشخاص ينكرون أساليب علم النفس باعتبارها شكلا من أشكال الفاشية كانوا يعتبرون ذلك شكلا غير علمي من أشكال القمع الواقع على الضعفاء وكانت المشكلة أن رئيس بكر في العمل كان واحدا من علماء النفس وهذا شيء يشبه أن تقارن رئيسك بهتلر وأنت لا تزال في بداية عملك وكما يمكنكم أن تتخيلوا سرعان ما طرد بكر من عمله وهكذا حمل بكر أفكاره الجذرية وارتحل بها إلى حيث يمكن أن تكون مقبولة مدينة بكرلي في كاليفورنيا لكن عمله هناك لم يستمر طويلا إلا أن ميول بكر المعادية للمؤسسة لم تكن الشيء الوحيد الذي أوقعه في المتاعب بل إن أسلوبه القديم في التعليم ساهم في ذلك أيضا كان يستخدم شكسبير لكي يشرح علم النفس وكان يستخدم نصوصا من علم النفس لكي يشرح الأنثروبولوجيا ويستعين بمعلومات أنثروبولوجية ليشرح علم الاجتماع كان يرتدي ملابس الملك لير ويقوم في غرفة الصف بحركات تشبه حركات المبارزة بالسيف ويلقي أحاديث سياسية طويلة لا علاقة لها بمحتوى دروسه أحبه طلهبه كثيرا وكرهه بقية المدرسين وبعد أقل من سنة وجد نفسه مطرودا من جديد عمل بيكر بعد ذلك في جامعة سان فرانسيسكو الحكومية حيث استطاع الاستمرار في وظيفته أكثر من سنة لكن الجامعة استدعت قوات الحرس الوطني عندما انفجرت الاحتجاجات الطلابية على حرب فيتنام ووقعت أحداث عنف وعندما اتخذ بيكر صف الطلاب وشجب علنا ما فعله رئيس الجامعة شبهه بهتلر وقال تلك الأشياء كلها وجد نفسه مطرودا من عمله تنقل بيكر بين أربع وظائف خلال ست سنوات ثم أصابه سرطان القولون قبل طرده من العمل الخامس كانت حالته سيئة فعلا وقد ظل طريح الفراش بضع سنوات بعد ذلك وكان أمله في الشفاء ضئيلا وهكذا قرر بيكر أن يكتب كتابا سوف يكون كتابه عن الموت مات بيكر سنة 1974 لكن كتابه إنكار الموت فاز بجائزة بوليترز وصار واحدا من أكبر الأعمال الفكرية أثرا خلال القرن العشرين لأنه أحدث هزة في مجالي علم النفس والأنثروبولوجيا إضافة إلى تقديمه أطروحات فلسفية عميقة لا تزال تتمتع بأثرها الواسع إلى اليوم يطرح كتاب إنكار الموت فكرتين أساسيتين واحد الإنسان كائن فريد من حيث إنه الحيوان الوحيد القادر على تصور نفسه والتفكير فيها بشكل مجرد لا تجلس الكلاب هنا وهناك قلقة على حياتها المهنية ولا تفكر القطة في الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي ولا تتساءل عما كان يمكن أن يحدث لو أنها فعلت شيئا ما بطريقة مختلفة ولا تدور بين القردة مجادلات حول احتمالات المستقبل ولا تتساءل سمكة إن كانت بقية الأسماك ستحبها أكثر لو أن زعانفها أطول مما هي عليه وأما نحن البشر فإننا ننعم بالقدرة على تخيل أنفسنا في حالات افتراضية وعلى تأمل الماضي والمستقبل وتخيل واقع آخر أو وضع آخر يمكن أن تكون الأشياء مختلفة فيه ويقول بكر إننا كلنا نتيجة هذه القدرة العقلية الفريدة ندرك حتمية موتنا عند نقطة ما وبما أننا قادرون على تصور نسخ أخرى من الواقع فإننا أيضا الجنس الوحيد القادر على تخيل واقع لا نكون موجودين فيه يسبب هذا الإدراك لدينا ما يطلق عليه بكر اسم رعب الموت وهو قلق وجودي عميق يستبطن كل ما نفكر فيه وكل ما نفعله اثنان تبدأ فكرة بكر الثانية من أطروحة مفادها أن لنا نفسين من حيث الأساس النفس الأولى هي النفس الجسدية النفس التي تأكل وتنام وتشخر وتتغوط وأما النفس الثانية فهي نفسنا المتخيلة أو المكونة من أفكار إنها هويتنا أو كيف نرى أنفسنا يبني بكر حجته على النحو التالي يدرك كل واحد مننا عند مستوى ما أن نفسه الجسدية سوف تموت آخر الأمر وهذا يعني أن الموت حتمي وهذه الحتمية تخيفنا كثيرا على مستوى غير واع من هنا وحتى نعوض عن خوفنا من الخسارة المحتومة لنفسنا الجسدية نحاول إن شاء نفس متخيلة قادرة على العيش إلى الأبد هذا هو السبب الذي يجعل الناس مهتمين كثيرا بوضع أسمائهم على المباني والتمثيل وعلى الكتب أيضا هذا ما يجعلنا نشعر بالحاجة إلى قضاء وقت طويل لنكرسه للناس الآخرين للأطفال خاصة أملا في أن يدوم تأثيرنا فيهم أي نفسنا المتخيلة إلى ما بعد فناء نفسنا الجسدية المادية وتكون آمالنا معقودة على أن هناك من يتذكرنا ويوقرنا ويجلنا بعد أن تكف نفسنا الجسدية عن الوجود بعد زمن طويل من توقف نفسنا الجسدية عن الوجود يطلق بكر على هذا المسعى اسم مشروعنا للخلود الذي يسمح لنفسنا المتخيلة بالعيش زمنا طويلا بعد نقطة موتنا الجسدي وهو يقول إن الحضارات البشرية كلها ليست أكثر من نتيجة لمشاريع الخلود هذا المدن والحكومات والمنشآت والسلطات القائمة اليوم هي كلها مشاريع خلود أقامها رجال ونساء عاشوا قبلنا إنها البقية الباقية من أنفسهم المتخيلة التي امتنعت على الموت لا يقل أثر ونفوذ أسماء بعض الأنبياء والقادة والأدباء في يومنا هذا عما كان لهم من أثر ونفوذ في حياتهم إن لم يكن أكثر هاهنا مكمن الفكرة كلها وسواء كان الأمر من خلال إتقان فن من الفنون أو علم من العلوم أو فتح أرض جديدة أو اكتساب ثروة هائلة أو إنشاء أسرة كبيرة متحابة يمكن أن تستمر أجيالا بعد موت مؤسسها فإن كل ما في حياتنا من معنى ناجم عن هذه الرغبة الأصيلة في أن لنموت أبدا إن الدين والسياسة والرياضة والفن والاختراعات التكنولوجية كلها نتيجة مشاريع البشر للخلود ويذهب بكر إلى القول إن الحروب والثورات وحالات القتل الجماعي تحدث عندما تصطدم مشاريع الخلود لدى مجموعة من البشر بمشاريع الخلود لدى مجموعة أخرى ويجري تبرير قرون من الاضطهاد وسفك دماء الملايين بأنه كان دفاعا عن مشروع الخلود الخاص بمجموعة بشرية ما بمواجهة مشروع الخلود الخاص بمجموعة بشرية أخرى وأما حين تفشل مشاريعنا للخلود وعندما يضيع المعنى وعندما يبدو أفق بقاء نفسنا المتخيلة بعد فناء نفسنا الجسدية مستحيلا أو مستبعدا فإن رعب الموت يصيبنا خلقا رهيبا يسبب الاكتئاب ويستولي على عقولنا من الممكن للصدمات الكبيرة أن تسبب هذا ومن الممكن أن يسببه شعورنا بالخجل وبأن المجتمع لا يقيم لنا اعتبارا كما يشير بكر إلى أن الأمراض العقلية يمكن أيضا أن تكون سببا في هذا إن كنت لم تنتبه بعد فإن مشاريع الخلود هذه هي قيمنا إنها ما يقيس المعنى والقيمة في حياتنا وعندما تفشل قيمنا فإننا نفشل أيضا أتحدث هنا من الناحية النفسية ما يقوله بكر هو في جوهره أننا مدفعون جميعا بالخوف من الإفراط في الاهتمام بأشياء كثيرة لأن اهتمامنا بشيء ما هو ما يلهينا عن الواقع وعن حتمية موتنا كما أن عدم الاهتمام بأي شيء على الإطلاق يعادل الوصول إلى حالة شبه روحانية من قبول عدم دوام وجودنا نفسه في تلك الحالة يصير احتمال وقوع المرء في أشكال كثيرة من الشعور الزائد بالاستحقاق أمرا قليلا لاحتمال إلى حد بعيد وفي آخر المطاف توصل بكر إلى إدراك جديد مفاجئ عندما كان على فرش الموت المشكلة كامنة في مشاريع الخلود لدى الناس وليست في الحلول التي يصلون إليها فبدلا من محاولة تنفيذ تلك المشاريع عن طريق القوة القاتلة غالبا وعن طريق فرض نفوسهم المتخيلة على العالم فإن على الناس أن يضعوا نفوسهم المتخيلة موضع التساؤل وأن يحاولوا قبول حقيقة أنهم سيموتون يطلق بكر على هذا اسم الترياق المر ويحاول تقبله بنفسه وهو يواجه موته الوشيك صحيح أن الموت أمر سيء لكنه محتوم من هنا فإن علينا أن لا نحاول تجنب هذا الإدراك بل أن نتصالح معه إلى أقصى حد نستطيعه فعندما تصير حقيقة موتنا مريحة لنا هو جذر خوفنا كله وهو القلق الخفي الكامل الذي يحرك كل ما في حياتنا من طموحات تافهة نصير قادرين على اختيار قيمنا بحرية أكبر من غير أن يقيدنا سعينا غير المنطقي خلف الخلود فنتحرر من نظراتنا الدغمائية الخطرة الجانب المشرق للموت أخطو من حجر إلى آخر وأتسلق بثبات وتتقلص عضلات ساقاي وتؤلمني وفي هذه الحالة التي تشبه النشوة الحالة النابعة من الجهد الجسدي المتكرر البطيء أجد نفسي أقترب من القمة تصير السماء واسعة عميقة وأنا وحدي الآن رفاقي خلفي بمسافة كبيرة يلتقطون صورا للمحيط وأخيرا أتسلق جلمود صخر فينفتح المشهد كله أمامي أستطيع الآن الرؤية من هنا حتى الأفق لا متناهي أحس كأنني أنظر إلى آخر الأرض حيث يلتقي الماء بالسماء حيث يلتقي الأزرق بالأزرق تعصف الريح من حولي وتزعق أرفع رأسي وأنظر كل شيء متألق كل شيء جليل إنني في رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا وهذه هي النقطة التي ظن الناس يوما أنها آخر نقطة في أفريقيا من الجهة الجنوبية وآخر نقطة في العالم إنه مكان مضطرب مكان كله عواصف ومياه غادرة مكان شهد قرونا من التبادل والتجارة والنشاط البشري وهو مكان الأمل الأخير يالا المفارقة هناك قول مأثور في اللغة البرتغالية أليدوبرا أوكابو دابو إسبرينسا وهو يعني إنه يدور حول رأس الرجاء الصالح والمفارقة في هذه العبارة أنها تتحدث عن حياة الإنسان عندما تكون في آخر مراحلها بمعنى أنه صار غير قادر على إنجاز المزيد أخطو فوق الصخور في اتجاه الأزرق تاركا لاتساع تلك الزرقة أن يحيط بمجال رؤيتي كله إنني أتعرق لكني أشعر بالبرد وأنا مستثار وسعيد لكني متوتر هذا هو الأمر الريح تصفع أذني تمنعني من سماعي أي شيء إلا أنني أرى الحافة هناك حيث تلتقي الصخرة بالعدم أتوقف ثم أظل لحظة ساكنا في مكاني بعيدا عن تلك الحافة بضعة أمتار فقط أستطيع رؤية المحيط في الأسفل أمواجه تضرب الجروف والزبد يعلو فوقها أمواج ممتدة أميالا في كل الجهات تيارات مائية غاضبة تصارع تلك الجدران التي لا سبيل إلى اختراقها وأمامي منحدر شبه رأسي لا يقل ارتفاعه فوق المياه التي في الأسفل عن خمسين مترا وإلى يميني أرى السائحين متناثرين عند شاطئ البحر في الأسفل يلتقطون صورا ويتجمعون هنا وهناك مثل أسراب من النمل إلى يساري آسيا ومن أمام السماء ومن خلفي كل ما أملت فيه وأتيت به معي ماذا لو أن هذا كل ما هنالك ماذا لو أن هذا كل ما هو موجود أنظر من حولي إنني وحدي أخطو خطوتي الأولى في اتجاه حافة الجرف يبدو الجسم البشري كما لو أنه مزود بردار طبيعي يرصد الأوضاع المفضية إلى الموت فعلى سبيل المثال عندما تصير على مسافة ثلاثة أمتار من حافة أحد الجروف حافة من غير سياج واق يسري في جسدك كله نوع من التوتر يتصلب ظهرك ويتحبحب جلدك تصير عيناك شديدتي التركيز على كل تفصيل من تفاصيل ما يحيط بك وتشعر كأن قدميك مصنوعتين من صخر كأن مغناطيسا خفيا ضخما يشد جسدك برفق إلى الخلف إلى حيث الأمان لكني أقاوم ذلك المغناطيس وأجر قدمي الصخريتين مقتربا من الحافة وعلى مسافة متر واحد ينضم دماغك إلى تلك الجوقة أنت قادر الآن لا على رؤية حافة الجرف فحسب بل على رؤية صفحة الجرف نفسها إلى الأسفل مشهد يحرض مختلف التصورات غير المرغوب فيها عن التعثر والسقوط والتدحرج في هوة الموت المتلاطمة في الأسفل المسافة بعيدة حقا يذكرك دماغك بهذا إنها بعيدة حقا ماذا تفعل يا صاحبي توقف عن الحركة توقف أقول لعقلي أن يصمت وأتابع تقدم البطيء عندما تصير المسافة أقل من متر واحد يصير جسدك كله في حالة تأهب شديد يكفي الآن أن تتعثر بشريط حذائك فتسقط مجتازا هذه المسافة البسيطة التي تفصلك عن نهاية حياتك وتحس أن هبة ريح قوية يمكن أن تقذف بك طائرا في تلك الأبدية حيث يلتقي الأزرقان ترتعش ساقاك ترتعش يداك أيضا ويرتعش صوتك إن أردت القول لنفسك إنك لا تريد القفز إلى حدفك هذه المسافة الصغيرة الباقية هي الحد المطلق النهائي لمعظم الناس إنها كافية لأن تسمح لك بالانحناء وإلقاء نظرة سريعة على القاع لكنها لا تزال بعيدة إلى الحد الذي يسمح لك بإحساس أنك لست في خطر حقيقي بعد وأنك لست موشيكا على قتل نفسك بعد إن الوقوف على هذه المسافة القريبة من حفة الجرف حتى لو كان جرفا جميلا ساحرا مثل رأس الرجاء الصالح يطلق إحساسا مسكرا بالدوار ويهدد بأن يجعلك تستفرغ آخر وجبة تناولتها أهذا هو؟ أهذا كل ما هناك؟ وهل صرت أعرف كل ما سأعرفه في حياتي كلها؟ أخطو خطوة أخرى خطوة صغيرة جدا ثم صغيرة جدا بعدها صارت المسافة نصف متر الآن ترتجف ساقية المتقدمة عندما أضع وزن جسدي عليها أتابع التقدم أقاوم المغناطيس أقاوم عقلي أقاوم غريزة البقاء كلها صارت المسافة ثلاثين سنتيمترا وأنا أنظر مباشرة إلى صفحة الجرف في الأسفل تنتابني رغبة مفاجئة في الصراخ وينكمش جسدي وينخفض بفعل غريزي يريد حماية نفسه من شيء متخيل يصعب تفسيره تصير الريح أشبه بعاصفة من البرد تأتي الأفكار كأنها لكمات متلاحقة خاطفة تحس نفسك عائما عندما تصير المسافة ثلاثين سنتيمترا وأيضا وأينما نظرت إلا صوب الأسفل تحس نفسك قد صرت جزءا من السماء نفسها وتظن في تلك اللحظة أنك سوف تسقط أجث إلى الأرض لحظة وأحبس أنفاسي أستجمع أفكاري أرغم نفسي على النظر إلى الأسفل إلى الماء الذي يضرب الصخور من تحتي ثم أنظر إلى يميني من جديد إلى النملات الصغيرة تدور من حول اللافتات التي في الأسفل وتلتقط الصور وتجري خلف البصات السياحية لا فرصة أبدا لأن يراني أحد منهم هذه الرغبة في لفت الانتباه رغبة غير عقلانية على الإطلاق لكن الأمر كله غير عقلاني وبالطبع فإن من المستحيل تمييزي هنا في الأعلى وحتى لو لم يكن تمييزي مستحيلا فما من شيء يستطيع هؤلاء الناس البعيدون قوله أو فعل لا أسمع غير الريح أهذا هو؟ يرتعد جسدي ويصير الخوف بهيجا معميا أركز ذهني وأجعل أفكاري تصفو في نوع من التأمل ما من شيء يجعلك حاضرا منتبها أكثر من أن تكون على مسافة سنتيمترات فقط من موتك أنهض واقفا وأنظر من جديد فأجد نفسي يبتسم أذكر نفسي بأنه لا مشكلة أبدا في الموت إن لهذه الرغبة في الموت بل حتى التحرش المفرط بالموت جذور عتيقة جدا كان الرواقيون في اليونان وروم القديمتين يحثون الناس على تذكر الموت في كل وقت حتى يصيروا قادرين على الاحتفاء بالحياة أكثر وعلى البقاء متواضعين في مواجهة مشقات الحياة كلها وفي أشكال كثيرة من الديانة البوذية كثيرا ما يجري تعليم ممارسة التأمل باعتباره وسيلة يحضر بها الإنسان نفسه للموت وهو لا يزال على قيد الحياة ويعتبر جعل المرء ذاته تنحل وتذوب في العدم الواسع بلوغ حالة النيرفانة أو حالة الإشراء جولة تجريبية في اجتياز الحد الفاصل وبلوغ الناحية الأخرى بل إن مارك توين نفسه ذلك الأحمق كثير الشعر الذي جاء إلى الأرض ثم غادرها ممتطيا مذنب هالي يقول إن الخوف من الموت نابع من الخوف من الحياة والإنسان الذي يعيش ملأ حياته يكون مستعدا للموت في أي لحظة أنحني عند حافة الجرف وأميل إلى الخلف قليلا أضع راحة يدي على الأرض من خلفي وأخفض مؤخرة ببطء حتى تلامس الأرض ثم أزلق إحدى قدمي تدريجيا حتى تتجاوز حافة الجرف هناك صخرة صغيرة ناتئة تحت الحافة أضع قدمي عليها ثم أزلق قدمي الثانية فأضعها على الحافة البارزة نفسها أجلس هناك لحظة مائلا إلى الخلف مستندا على كفية الريح تعبث بشعري صار القلق محتملا الآن طالما بقي نظري مركزا على خط الأفق وعندها أجلس منتصبا وأنظر إلى أسفل الجرف من جديد ينبع الخوف مرة أخرى ويسري على امتداد عمودي الفقري فيكهرب أطرافي ويجعل تركيز عقلي كله منصبا على الموضع الدقيق لكل جزء من جسدي لكل سنتيمتر من جسدي يكون الخوف خانقا بعض الأحيان لكني أفرغ أفكاري كلما خنقني وأركز انتباهي كله على قاعر الجرف من تحتي وأرغم نفسي على التحديق في نهاية الممكنة ثم أقر بأنها موجودة إنني جالس على حافة العالم على أقصى النهاية الجنوبية لقارة أفريقيا على بوابة الشرق كان إحساسا منعشا بهيجا يمكنني الإحساس بالأدرينالين يسري في جسدي لم يسبق لي في حياتي كلها أن جعلني بقائي ساكنا إلى هذا الحد متحفزا إلى هذا الحد أعيش هذه النشوة كلها أصغي إلى الريح وأراقب المحيط وأنظر إلى نهاية الأرض ثم أضحك مع الضوء مع كل ما يلامس إحساسك بأنك جيد إن مواجهة حقيقة فنائنا أمر في غاية الأهمية لأنه يزيل عنا كل ما في حياتنا من قيم تافهة سطحية هشة وفي حين ينفق أكثر الناس أيامهم في الجري خلف دولار إضافي أو خلف زيادة شهرتهم واهتمام الناس بهم ولو قليلا أو خلف مزيد من التأكيد على أنهم محقون أو على أنهم محبوبون فإن الموت يفاجئنا كلنا بسؤال أكثر إيلاما بكثير وأكثر أهمية بكثير ماذا ستترك من بعدك كم سيكون العالم مختلفا وكم سيكون أفضل عندما تنتهي حياتك ما الأثر الذي ستتركه ما العلامة التي ستتركها فيه وما الأثر الذي ستكون قد سببته يقولون إن رفة جناح فراشة في أفريقيا يمكن أن تسبب إعصارا في فلوريدا فما الأعاصير التي ستتركها بعدك لقد أشار بكر إلى إمكانية القول إن هذا السؤال هو السؤال الوحيد الهام محقا في حياتنا كلها إلا أننا نتجنب التفكير فيه نتجنب التفكير فيه لأنه سؤال صعب ونتجنب التفكير فيه لأنه سؤال مخيف ونتجنب التفكير فيه لأننا لا نمتلك أي فكرة عما نفعله في هذه الحياة وعندما نتجنب هذا السؤال فإننا نسمح لقيم ثانوية بغيضة بأن تختطف عقولنا وتسيطر على طموحاتنا وارغباتنا فمن غير الاعتراف بالموت الذي يحدق فينا دائما يبدو لنا السطحي هاما ويبدو لنا الهام سطحيا الموت هو الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نكون على يقين منه ولأنه هكذا فمن الواجب أن يكون بوصلة نستعين بها في توجيه قيمنا الأخرى وقراراتنا الأخرى كلها إنها الإجابة الصحيحة على جميع الأسئلة التي يجب أن نطرحها لكننا لا نطرحها والسبيل الوحيد لأن تحس راحة تجاه الموت هو أن تفهم نفسك وأن ترى نفسك كما لو أنك شيء أكبر من نفسك وأن تختار القيم التي تمتد إلى ما بعد زمنك أنت نفسك قيم بسيطة مباشرة يمكنك التحكم فيها ويمكنها التسامح مع فوضى العالم من حولك هذا هو الجذر الأول لكل سعادة وسواء كنت تحب الإصغاء إلى أرستو أو إلى علماء النفس في جامعة هارفرد أو إلى يسوع المسيح أو إلى فرقة بيتلز فسوف تجدهم جميعا يقولون لك إن السعادة تأتي من الشيء نفسه الاهتمام بشيء أكبر من نفسك والإيمان بأنك عنصر مكون من كل أكبر منك بكثير وبأن حياتك ليست أكثر من عملية جزئية تحدث ضمن عملية كبيرة لا سبيل إلى فهمها هذا هو الإحساس الذي يجعل الناس يذهبون إلى دور العبادة وهو ما يجعلهم يخوضون الحروب وهذا ما يجعلهم ينشئون عائلات ويجمعون المدخرات التقاعدية ويبنون الجسور ويخترعون الهواتف المحمولة إنه هذا الإحساس الغامر بأنك جزء من شيء أكبر منك وأكثر منك معرفة هذا ما يسلبنا إياه الشعور الزائد بالاستحقاق فلهذا الشعور بالاستحقاق قدرة على امتصاص انتباهك كله إلى الداخل إلى داخلك فيجعلك تحس كما لو أنك مركز مشكلات الكون كلها وأنك من يعاني المظالم كلها وأنك من يستحق العظمة كلها دونا عن الجميع ولأن الشعور الزائد بالاستحقاق مغر إلى هذا الحد فهو يعزلنا عن غيرنا ينقلب فضولنا تجاه العالم وتنقلب إثارتنا بفعل هذا العالم رأسا على عقب فتعكس ما فينا من تحامل وانحياز ورفض ونلقيه على كل شخص نلتقيه وكل حدث نعيشه قد يكون هذا مغريا وقد يكون جذابا وقد يمنحنا إحساسا طيبا بعض الوقت بل قد يفتح لنا أبوابا كثيرة لكنه سم للروح هذه الآليات هي الوباء الذي يصيبنا الآن نحن في حالة رخاء مادي لكننا نتعذب نفسيا على نحو ضحل منخفض السوية يتخلى الناس عن كل مسؤولية ويطالبون المجتمع بأن يراعي مشاعرهم وحساسياتهم يتمسك الناس بيقينيات عشوائية ثم يحاولون فرضها على الناس الآخرين ولو بالعنف وذلك باسم قضية محقة مخترعة ما وينغمس أناس أسكرهم إحساس زائف بالتفوق على الآخرين في حالة من الشلل والسبات لخوفهم من محاولة فعل شيء ذي قيمة ثم الفشل فيه أدى إفساد العقل الحديث بالدلال إلى وجود بشر يشعرون بأنهم يستحقون شيئا من غير أن يكسبوا ذلك الشيء بشر يشعرون بأن شيئا ما حق لهم من غير أن يضحوا من أجل ذلك الشيء إنهم بشر يقدمون أنفسهم على أنهم خبراء ورواد أعمال ومخترعون ومجددون وأصحاب عقول مستقلة ومدربون للناس من غير أن تكون لديهم أي تجربة حقيقية في الحياة وهم لا يفعلون هذا لأنهم يرون أنفسهم أكبر من الآخرين بل يفعلونه لأنهم يشعرون بالحاجة إلى أن يكونوا كبارا وإلى أن يكونوا مقبولين في عالم لا يحتفل إلا بما هو استثنائي متفوق تخلط ثقافتنا اليوم بين النجاح العظيم واستقطاب انتباه عظيم مفترضة أنهما شيء واحد لكنهما ليس شيئا واحدا إنك شخص عظيم أنت عظيم حقا سواء أدركت هذا أو لم تدركه وسواء أدركه غيرك أو لم يدركه لست عظيما لأنك اخترعت تطبيقا من أجل هاتف آيفون ولا لأنك تمكنت من إنهاء دراستك قبل الآخرين بسنة ولا لأنك اشتريت لنفسك زورقا حديثا فاخرا ليست هذه الأشياء ما يحدد العظمة أنت عظيم بالفعل لأنك قادر في مواجهة ما لا نهاية له من التشوش وفي مواجهة الموت المحتوم قادر على مواصلة اختيار ما توليه اهتمامك وما لا توليه اهتمامك هذه الحقيقة وحدها هذا التفضيل البسيط لقيمك أنت في الحياة هو ما يجعلك جميلا وهو ما يجعلك ناجحا وهو ما يجعلك محبوبا بالفعل حتى إذا لم تدرك هذا حتى إذا كنت تنام في العراء حتى إذا كنت جائعا وأنت أيضا ستموت ستموت لأن الحظ ابتسم لك فعشت قد لا تحس هذا لكن عليك أن تذهب في وقت ما فتقف على حافة جرف فلعلك تحسه عند ذلك كتب بوكوفيسك ذات يوم سوف نموت جميعا سنموت كلنا يا لهذا السرك هذا وحده كاف لأن يجعل الواحد منا يحب الآخر لكننا لا نفعل هذا إن توافها الحياة تداعب أحاسيسنا وهي تصيبنا بالذعر أيضا نحن بشر يأكلهم اللا شيء عندما أتذكر تلك الليلة إلى جانب البحيرة عندما كنت أنظر إلى جسد صديق جوش وقد أخرجه المسعفون من الماء أتذكر كيف رحت أنظر في ظلمة ذلك الليل فأرى كيف تذوب أناي فيها ذوبانا بطيئا علمني موت جوش أكثر بكثير مما كنت أدركه أول الأمر نعم لقد ساعدني في أن أتدارك أمري في أن أتحمل مسؤولية اختياراتي وفي أن أسير خلف أحلامي بقدر أقل من الخجل وبقدر أقل من المثبتات لكن هذه كلها كانت نتائج جانبية لدرس أكثر عمقا وأهمية كان ذلك الدرس كما يلي لا ينبغي أن نخشى شيئا أبدا وقد كان تذكير نفسي بموتي تكرارا على مر السنين سواء عن طريق التأمل أو عن طريق قراءة الفلسفة أو عن طريق فعل أشياء مجنونة من قبيل الوقوف على حافة جرف في جنوب أفريقيا كان الشيء الوحيد الذي ساعدني على إبقاء هذا الإدراك في مركز تفكيري دائما هذا القبول لموتي وهذا الإدراك لهشاشتي هو ما جعل كل شيء أكثر سهولة وهو ما جعلني أتخلص من كل إدمان كان عندي وأحدد هويتي وأواجه شعوري الزائد بالاستحقاق وأقبل المسؤولية عن مشكلاتي هكذا مضيت أكافح مخاوفي وقلقي وأقبل فشلي وكل رفض يواجهني بدى هذا كله أقل ثقلا من خلال تفكيري في موتي كلما حدقت في الظلمة أكثر صارت الظلمة أكثر ضياءا وصار العالم أكثر هدوءا وصارت مقاومة لا واعية تجاه أي شيء أقل من ذي قبل بقيت بضع دقائق جالسا هناك عند حافة الجرف متشربا كل شيء وعندما قررت النهوض أخيرا مددت يدي إلى الخلف ثم جذبت نفسي مبتعدا عن الحافة وبعدها وقفت ببطء تفقدت الأرض من حولي حتى أتأكد من عدم وجود حجر يمكن أن أتعثر به فأقع وبعد تيقني من أنني في أمان بدأت السير عائدا إلى الواقع خمس خطوات عشر خطوات جسدي يستعيد نفسه مع كل خطوة صارت خطواتي أكثر خفة وتركت مغناطيس الحياة يجذبني إليه من جديد بعد أن تجاوزت بضع صخور وعدت إلى الطريق الرئيسي انتبهت فرأيت رجلا ينظر إلي توقفت ونظرت في عينيه قال لي لقد رأيتك جالسا على الحافة هناك كانت لهجته أسترالية خرجت كلمة هناك من فمه غريبة أشار بإصبعه في اتجاه القارة المتجمدة الجنوبية صحيح المشهد رائع أليس كذلك إنني أبتسم وهو لا يبتسم في وجهه مظهر جاد أمسح يدي بمنطلون القصير لا يزال جسدي يضج من أثر ذلك الاستسلام يسود صمت غريب يتوقف الاسترالي برهة كما لو أنه حائر لا يزال ينظر إلي من الواضح أنه يفكر فيما يقوله بعد ذلك وبعد لحظة يجمع كلماته بحذر ويقول هل كل شيء على ما يرام ما إحساسك أظل لحظة صامتا لا أزال مبتسما حي حي تماما يزول الشك والحيرة من وجهه وتحل ابتسامة محلهما يومئ برأسه ويتابع سيره في الطريق أما أنا فأظل واقفا هناك مستمتعا بالمشهد منتظرا وصول رفاقي إلى القمة شكر وتنويه كان هذا الكتاب أول الأمر شيئا كبيرا فوضويا وكان لا بد لما هو أكثر من يدي الاثنتين من أجل نحته والخروج منه بشيء يمكن فهمه أولا وقبل كل شيء أشكرك يا فرناندا يا زوجة الذكية الجميلة التي لم تتردد أبدا في أن تقول لي كلمة لا عندما كنت في أمس الحاجة إلى سماعها أنت لم تجعليني شخصا أفضل فحسب بل إن حبك غير المشروط وملاحظاتك المفيدة المتواصلة خلال عملية الكتابة كلها كانت مما لا غنى لي عنه أشكر أبي وأمي لأنهما تحمل سخافاتي طيلة تلك السنين كلها وظل يحبانني رغم كل شيء ولعلي أستطيع القول الآن إنني لم أحس نفسي قد صرت كبيرا ناضجا حقا قبل أن أفهم كثيرا من الأفكار الواردة في هذا الكتاب وبهذا المعنى فقد كانت فرحة لي أن أكون معكما خلال السنوات المعدودة الماضية بعد أن صرت ناضجا وأيضا أوجه الشكر إلى أخي لم أكن أشك يوما في حبنا واحترامنا المتبادل حتى عندما كان يزعجني كثيرا أنك لا تكتب لي أشكر أيضا فليب تنبر ودرو بيرني هذين العقلين الكبيرين الذين اتفقا سرا على جعل عقلي يبدو أكبر من حقيقته إن ذكاءكما وعملكما الجاد لا يزال يغمرني بفضله أشكر أيضا مايكل أوفيل لأنه كان اختبارا لتوتر ذهني خاصة عندما يتعلق الأمر بفهم أبحاث علم النفس وكذلك لأنه كان يتحدان دائما لكي يجعلني أثبت فرضياتي وأشكر محرري لوك ديمسي لما بذله من جهد في شد مفاصل كتابتي أشكره أيضا على شتائمه الكثيرة التي أظنها فاقت شتائمي وأشكر وكيلة النشر مولي غليك على مساعدتها لي في تحديد رؤية هذا الكتاب ودفعه إلى المضي في العالم وصولا إلى أكثر بكثير مما كنت أتوقعه له وكذلك أشكر تايلور بيرسون ودان أندروز وجودي أنتنبرغ على مساندتهم خلال هذه العملية كلها لقد حرستم على إبقاء مسؤولا وعلى إبقاء صاحيا طيلة الوقت الشيئان الذين يحتاج إليهما كل كاتب أكثر من أي شيء آخر وأخيرا أشكر ملايين الناس الذين قرروا مهما تكن أسبابهم قراءة ما يكتبه عن الحياة هذا الشخص ذو الفم البذيء القادم من بوستن إن طفان رسائل البريد الإلكتروني التي تلقيتها من أولئك الراغبين في إطلاعي على أكثر الزوايا حميمية في حياتهم إطلاعي أنا الشخص الغريب تماما يجعلني أشعر بأشد التواضع ويبث الإلهام في نفسي عند هذه اللحظة من حياتي يمكنني القول إنني أمضيت آلاف الساعات في قراءة هذه المواضيع وفي دراستها لكنكم أنتم من كان ولا يزال المصدر الحقيقي لكل ما أعرفه فشكرا لكم جميعا استمعتم إلى فن لا مبالا تأليف مارك مانسون ترجمات الحارث النبهان الناشر دار الرمل صدر عن كتاب صوتي لعام 2019